رواية أبا بيل في قرية صغيرة اسمها الجساسة هناك بدأت هذه القصة واحد لم يكن طفلا عاديا أبدا فهو لم يخرج من رحم والدته باكيا مثل بقية المواليد بل خرج صامتا يقلب بصره في الأشياء مدهوشا كما لو أنه تفاجأ بوجود كوكب آخر غير الكوكب المظلم الضيق الذي كان يعيش فيه وبينما كان الطفل لا يزال ساكنا بين يدي القابلة إذ وقعت عيناه على والدته المستلقية بظهرها فوق الأرض والغارقة في عرقها اللانهائي فانتفض جسده الصغير اللزج الملطخ بدماء الولادة مثل سمكة زينة صغيرة أخرجوها للتو من حوضها المائي زحفت والدته على مؤخرتها بصعوبة بالغة حتى أسندت ظهرها على حائط الطين القديم غطت بطرف اللحافي عري فدييها الممتلئين بالحليب ثم رفعت يديها المرتجفتين في الهواء دعيني أراه قالت جمانة هل هو بصحة جيدة يا ماريا؟ إنه بخير أجابت القابلة وهي تنحني لتضعه برفق بين يدي أمه وتهمس انظري لعينيه إنه ما تشبهان عينيك كثيرا يا سيدة جمانة عندما أصبح بين يدي والدته مد أصابعه الصغيرة نحو خصلة نافرة من شعرها الناعم وألقى القبض عليها بقوة لا تتوافر لدى طفل في مثل عمره وبينما هو يمسك خصلة شعرها النافرة تلك إذ جعل يتدبر بصمت وخشوع راهب في عينيها البندقيتين اللون كما لو أنه في تلك اللحظة كان يقرأ فيهما البداية والنهاية بعد وقت قصير اقترحت القابلة ما رأيك في أن أخذه لغرفة أخرى ريثما ترتاحين قليلا وحينها فقط بكى الطفل بصوت عال كما لو أنه يعترض لا بأس دعيه قالت جمانة ببراءة أنا لا أشعر بالتعب ألن يأتي السيد بحر ليطمئن عليك وعلى الطفل لم تفسح جمانة مجالا لذلك السؤال بأن يعكر عليها صف وفرحتها بالقادم الجديد عندما يجد والده فصحة من الوقت سيأتي بالتأكيد وهل فكرت بالاسم الذي ستطلقينه عليه؟ في الحقيقة كانت جمانة قد قررت في وقت سابق أن أحدا لن يسميه غير زوجها لذلك سوف تظل تطلق عليه لقب الطفل حتى يعود والده من غيابه ويختار له اسما لم تبح بقرار هذاك إلى القابلة لكي تجنب نفسها مغبة أسئلة كثيرة لن تنتهي غير أن القابلة ماريا سألت كما لو أنها استطاعت قراءة ما يدور في عقل سيدتها هل تفكرين بتأجيل تسميته حتى يعود أبوه ويسميه بنفسه؟ وبنبرة جادة تشيي بعدم رغبتها في الإجابة قالت ربما يا إلهي إن شهور كثيرة قد مضت على غياب السيد بحر ولا أحد يعلم متى قد يعود يبدو أنك بذلت مجهودا معي طيلة اليوم يا ماريا قاطعت جمانا ثرثرة القابلة بأدب والآن وقد تأخر الوقت تستطيعين الانصراف لبيتك لأخذ قصة من راحة وسأرسل لك أجرتك في الغد أرادت أن تقول بأنها تفضل البقاء للمساعدة لكن جمانا حدست ذلك فسبقتها بالقول لا تقلقي إذا احتشتك لاحقا فسأجد من أرسله في طلبك لملمت القابلة أدوات الولادة البدائية التي جلبتها معها ثم وضعتها في كيس واسع من القماش حملته فوق كتفها بعد أن أحكمت إغلاقه جيدا التفتت نحو جمانا وسألت بلطف هل تريدين مني شيئا آخر قبل أن أذهب؟ وهي تمرر يدها على رأس طفلها الناعم طلبت جمانا منها أريد منك إطفاء القناديل فالنار يجب أن تطفأ قبل النوم كما تعلمين معك حق قالت ذلك ثم ذهبت لتنفذ ما طلب منها لم يستغرق الأمر كثيرا من الوقت حتى كانت ماريا قد أطفأت جميع النيران المنبعثة من القناديل المتآكلة المعلقة على حيطان المنزل فأصبح البيت مظلما باستثناء إضاءة خافتة كانت تنبعث بهدوء من نافذة الغرفة التي تجلس فيها جمانا مع ابنها ولما لم يعود هناك شيء آخر لتفعله القابلة فإنها اتجهت نحو باب الفناء استعدادا للمغادرة ولكنها ماء فتحت الباب حتى خفق قلبها بقوة وسقط من يدها كيس القماش الذي كانت تحمله فوق كتفها اتسعت عيناها بسبب المفاجأة لقد شاهدت خلف الباب شيئا لم تتوقعه أبدا اثنان شاهدت أمامها أقدم جنية عرفها أهالي قرية الجساسة كانت امرأة يطلقون عليها لقب ذات الطائر الأحمر اسمها الحقيقي تاج وكان جميع من في القرية يخافون منها ويحاولون قدر الإمكان اجتناب غضبها ورغم تقدمها في العمر إلا أنها لا تزال تحتفظ بقدر كبير من الجمال يخبرنا بأنها كانت شديدة الفتنة عندما كانت أصغر سنا لها شعر غجري أسود اللون يتخلله بعض خصل الشيب الرمادية وبشرة ضيضاء مشدودة مثل جلد حصان سباق وملامح هادئة تشبه وقت غروب الشمس كانت تاج تمتلك طائرا نادرا أحمر اللون مرقشا بحبات ريش برتقالية كان ذلك الطائر من فصيلة العنقاء اسمه إكليل وقد قامت بسرقته من عش والدته عندما كان لا يزال داخل البيضة لذلك استطاع الترويضه وجعله خادما لها ثم ولأن ذلك الطائر الأحمر لم يكن يفارق تاج وكان مثل ظلها تماما يذهب معها أينما تذهب فإن أهالي قرية الجساسة مع الوقت نسوا اسمها الحقيقية نهائيا وأصبحوا يطلقون عليها لقب ذات الطائر الأحمر قالت القابلة ماريا بخوف شديد ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تعلمي أن لا تحشري أنفك في الأمور التي لا تخصك يا ماريا فلو أنك قبل قليل لم تأتي بذكر غياب زوجها بحر لما قامت جمانا بطردك لم تتفاجأ القابلة كثيرا لمعرفة ذات الطائر الأحمر بذلك الأمر فقد كان من الطبيعي جدا أن تعرف تلك الجنية بأكثر الأشياء السرية التي تدور خلف الأبواب المغلقة حاولت ماريا الدفاع عن كرامتها السيدة جمانا لم تقم بطردك لقد صرفتني فقط لأنها تشعر بالتعب نعم بالتأكيد قالت ذات الطائر الأحمر ساخرة لابد أنها شعرت بالتعب من ثرثراتك التي لا تنتهي لم تحاول القابلة أن تجادل في الأمر أكثر معك حق أنا ثرثارة وكلامي لا ينتهي قالت ذلك ماريا بتوتر واضح ثم هرولت مبتعدة وقد أنساها الخوف أن تحمل معها كيس القماش من على الأرض إكليل قالت الجنية تحادث طائرها الأحمر ابقى هنا ريث ما أعود زعق إكليل وهو يرفرف بجناحيه الطويلين في الهواء فقالت لا لا نتأخر سأنجز ما جئت من أجله ثم نرحل سريعا سارت بخفة في ساحة البيت الداخلية متجهة نحو الغرفة التي ينبعث من نافذتها إضاءة خافتة والتي تجلس فيها جمانة وحيدة مع ابنها الرضيع وكانت ذات الطائر الأحمر في كل مرة تمضي فيها بجوار قنديل مطفأ معلق على الحائط تعود النار للاشتعال فيه فورا وبهذه الطريقة ما كادت تصل تلك الغرفة حتى أصبح جميع البيت مضاء من جديد فتحت باب الغرفة ونظرت نحو الطفل وقالت يبدو أنه في صحة جيدة يا جمانة التفتت جمانة نحو مصدر الصوت مندهشة أنت بالذات ليس مرحبا بك هنا همست بنبرة حادة تسألت ذات الطائر الأحمر ببرود لا يلائم حساسية الموقف ألا أستطيع الاطمئنان عليك حتى في مثل هذا اليوم؟ لا أريدك أن تطمئني علي ثم أضافت بتوتر لقد حذرتك أكثر من مرة بألا تحاول الاقتراب مني مات تفهمين أيها الحمقى أنني لن أقوم بأذيتك ولكنك قد تؤذينني بقدومك إلى هنا فلن تسير الأمور على ما يرام لو عرف زوجي بالحقيقة أين هو زوجك؟ ها؟ تساءلت بحنق لقد مضت شهور كثيرة على اختفائه بخيبة أمل سحيقة نظرت جمانة نحو الأرض وهمست ولكنه قد يأتي في أي لحظة وماذا سيحدث لو أنه عرف بالحقيقة؟ ألا تقولين بأنه يحبك؟ نعم يحبني ولكنني لا أريده أن يكتشف بعد كل هذه السنين الطويلة التي قضيتها معه أنني أقصد أننا أعني أنك لم تعد تعلم ماذا يجب عليها أن تقول لذلك فإنها أخذت نفسا عميقا ثم أكملت جملتها قائلة أنت تعلمين ما الذي أريد قوله بالضبط؟ لماذا تخجلين؟ لا أحد يخجل من حقيقة أصله قولي له بأنك قاطعتها جمانة قبل أن تكمل جملتها لماذا لا تقولين لي أنت عن سبب مجيئك لهنا هذه الليلة؟ من أجله قالت الجنية العجوز وهي تشير بإصبعها ذي الظفر الطويل نحو الطفل النائم ثم أردفت هل لا أستطيع إلقاء نظرة عليه؟ أم أنك ستحرمينني من ذلك أيضا؟ ولأنها تعلم بأن ذات الطائر الأحمر لن تؤذي طفلها وبأنها لن ترحل قبل أن تحقق ما جاءت من أجله فإنها مدته نحوها وهي تقول لها باستسلام ومن غير أن يساور قلبها الشك بحقيقة ما هو قادم حسناً وأردفت بحزم ولكن بسرعة حملته بين يديها وهي تبتسم تأملت فيه قليلاً ثم همست متسائلة هل ستقولين له عندما يكبر؟ بأنه مختلف عن البقية وبأنه... صرخت عليها مقاطعة حديثها قبل أن تكمل هذا يكفي ذات الطائر الأحمر أدركت أنها أغضبت جمانا كثيراً فقالت لتغير الموضوع هل أستطيع أن أتمنى له في أذنه أن يعيش حياة سعيدة؟ كانت تلك إحدى عادات الولادة في قرية الجساسة حيث تقوم الأم باختيار الصديقة الأقرب لقلبها وتطلب منها أن تتمنى في أذن مولودها أن يعيش حياة سعيدة وكانت الأم تحرص كثيراً في انتقاء تلك الصديقة لأنهم كانوا يعتقدون بأن شقاء المولود وسعادته مربوطان بصلاح قلب الشخص الذي سيتمنى له وسترحلين بعدها؟ نعم سأرحل رفعت دات الطائر الأحمر الطفل إلى مستوى فمها ثم بدأت تتمتم في أذنه بصوت منخفض متظاهرة بأنها تتمنى له أن يعيش حياة سعيدة ولكن في الواقع لا أحد غير الرب يعلم ماذا كانت تلك الجنية العجوز تقول في أذنه بالضبط وحين انتهت من وشوشته ألسقت أذنها على صدره وأصاخت السمع لصوت دقات قلبه في الحقيقة لم يكن أحد في العادة يستمع لصوت دقات قلوب المواليد بعد الانتهاء من التمني لهم في آذانهم في هذا ربما تسألت جمانا بشك ماذا تفعلين؟ أجابت بتوتر شش أصمتي قليلاً وبعد فترة من الوقت ابتسمت دات الطائر الأحمر أخيراً وتنفست الصعداء إذ أنها تحققت مما جاءت من أجله أعادته إليها ثم غادرت دون أن تتكلم ولو أن الطفل فقط استيقظ في تلك اللحظة من نومه وفتح عينيه فكانت أمه ستشاهد في عينه اليسرى وهجاً أحمر اللون غريباً وبعد عشرة أعوام ثلاثة كان الطفل حينها يرتدي ثوباً يصل إلى منتصف ساقه يحمل بيده سراجاً قديماً متآكلاً فيه قبس من نار يطوف به في ساحة البيت الواسعة كعادته كل ليلة قبل النوم ليتحقق مما إذا كانت أبواب ونوافذ البيت مغلقة ومما إذا كانت القناديل المعلقة على الحيطان مطفأة وبينما لا يزال في جولته التفقدية تلك إذ سمع صوتاً عند الباب كان الوقت متأخراً جداً من تلك الليلة الباردة ولم يعتد الطفل طوال سنواته العشر الماضية على الزيارات المفاجئة لذلك فإنه وضع السراج جانباً إنحنال يلتقط فردة حذائه بيده ووقف في مكانه متخذاً وضعية مقاتل ثم زمجر قلقاً وهو ينظر نحو الباب كشبل أسد صغير التقطت أذناه حفيف خطوات غريبة تقترب من عرين الأسود لس رغم الظلام الحالك إلا أن ضوء القمر الناعم ساعده على رؤية ملامح ذلك اللس وهو يقفز من فوق حائط البيت كان رجلاً طويل القامة نحيلاً يرتدي ثياباً سوداء ويلف حول عنقه شالاً صوفياً يمتلك ملامح وجه حادة كما لو أنه استعارها من نسر أنف معقوف عينان قاسيتان حاجبان مرسومان بدقة وشارب ثقيل متصل بلحية خفيفة حدق الطفل فيه بحذر لأكثر من خمس دقائق مثل ملاكم في حلبة قتال يتحين قرع الجرس للهجوم على خصمه ابتسم اللس مرتبكاً كيف حالك أيها الصغير ثم ومن دون مقدمات هجم عليه مستعيناً بفردة حذائه فلم يملك ذلك اللس حينها إلا أن يهرب من أمامه كادت تلك المطاردة أن تمتد طويلاً في ساحة البيت الداخلية لولا أن اعترض أحدهم طريقة طفل ماذا تفعل؟ صاحت جمانة في وجهه توقف إنه أبوك جلست على الأرض لفت ذراعيها حول ابنها بحنو وجعلت تحاول إقناعه بأن ذلك الرجل هو والده وبأنه ليس لصاً كما يظن وحين اقتنع بعد فترة طويلة من الجدال لم يشعر بالخجل ولم يعتذر عن سوء تصرفه كل ما قاله هو لم أكن أعرف كانت جمانة سلفاً قد حضرت كلمات العتاب التي ستقولها أمام زوجها عندما يعود من غيابه ولكن عندما جاء مات الكلام في صدرها ذلك أن كل معارك المرأة دائماً ما تنتهي بانتصارات الحب تمنت لو أنها في تلك اللحظة تستطيع أن تركض نحوه وتعانقه بقوة لتخبره بالعناق فقط كم هي مشتاقة إليه وكم صلت في غيابه حتى يعود إليها بخير وكم كانت تطيل النظر في القمر كل يوم لربما كان زوجها ينظر للقمر بتلك اللحظة فيعانق طرفه في السماء البعيدة طرفها وكم ثرثرت عنه في ليالي الحنين مع الشهب والنيازك والأفلاك المسيرة وكيف أنها في كل مرة كانت تخبر النجمات نجمة نجمة بأنه أشد الأشياء عشقاً وقرباً إلى فؤادها وروحها وقلبها لم يمضي الكثير من الوقت حتى طرق شخص غريب عليه من الباب قاطعاً على جمان أحلامها التفت بحر نحو مصدر الصوت وهمس بعد أن اتسعت عيناه من القلق وظهرت على جبينه خطوط تجاعيد خفيفة تشي بخوفه يبدو أنه صديقي أيوب نهضت جمانة من جوار ابنها لتدخل إحدى الغرف وهي تقول هل أعد لكم شيئاً للأكل؟ لا قال بحر فأيوب لن يمكث هنا طويلاً سار الطفل خلف أمه يتبعها فأمره والده بالبقاء ابقى لتلقي التحية على صديقي أيها الصغير أرسل نظرة عصية لوالده دون أن يتكلم ثم أكمل سيره خلف أمه اسمعي الكلام قالت جمانة وهي توقف الطفل في مكانه وتنظر إليه بحدة اسمع كلام أبوك ولكنني لا أعرف من يكون حتى أسمع كلامه يا أمي قلت لك بأنه أبوك دعيه يا جمانة همس بحر الصغير معه حق فهو لا يعرفني بل سيسمع كلامك رغماً عنه ثم أرسلت نحو ابنها نظرة معاتبة وأردفت بحدة ستبقى هنا لتلقي التحية على صديقي والدك لأجلك فقط همس لأجلك سأفعل حين فتح بحر الباب ظهر له رجل ضخم مثل غول ما إن رآه الطفل حتى اعتقد في نفسه بأن صديق والده ذاك يملك طولاً وعرضاً لا ينبغي لمخلوق بشري أن يمتلكهما كان أسود اللون حلق الذقن والشارب له شعر طويل يبقيه على هيئة ضفائر ويشده إلى الخلف وقد بدى شكل مظهره العام يشبه شكل محارب كان في طريقه للذهاب نحو معركة حيث يعلق على ظهره قوساً يصل طوله لستة أقدام وكنانا يضع بداخلها ثلاثة عشر سهماً بالإضافة لسيف ضخم يحمله على خاصرته دخل أيوب البيت ثائراً ولكنهما إن لاحظ وجود الطفل أمامه حتى هدأ قليلاً وابتسم كاشفاً عن أسنان ناصعة البياض بينها سن واحدة ذهبية تسأل باندهاش بالغ هل هذا هو ابنك؟ نعم هز بحر رأسه هذا ابن مد أيوب يده الكبيرة في إماءة مصافحة فتقدم الطفل نحو اليد الممدودة في الهواء وحين صافحها شعر بأن يده سقطت في بئر عميقة مظلمة وعندما انتهت المصافحة وعاد لأمه كان يتفحص يده في الطريق حتى يتأكد من أنها ما زالت في مكانها وأنها لم تسقط في تلك البئر العميقة المظلمة ما إن دخل الطفل للغرفة التي تجلس فيها والدته وأصبح الجو في الخارج آمناً بعض الشيء لتبادل الكلام حتى التفت بحر نحو صديقه أيوب وسأله باندفاع ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنت من يجب عليه الإجابة عن هذا السؤال يا بحر أجاب أيوب بحنق ثم أضاف بعد أن أخفض صوته قليلاً قد كسرت مثاق الدم خاصتك بزيارتك المتهورة هذه هل تعلم ما الذي قد يفعله بك ناب الفيل وبعائلتك لو اكتشف الأمر؟ بوجه يملأه القهر رد بحر قد مضت أكثر من عشرة أعوام لم أرى فيها زوجتي ولا ابني ولم يعد في مقدور احتمال المزيد أنت من أوقعت نفسك في هذه الورطة منذ البداية قال بلهجة مؤنبة لقد نصحتك بأن لا تتزوج هذه المرأة حتى لا تورطها معك في مشكلاتك ولكنك لا تصغي لأحد هل عرضت نفسك للخطر ولحقتني إلى هنا حتى تعاتبني؟ لا بل جئت لأنقذك وأنقذ عائلتك من الدمار الذي قد يلحق بهم بسببك ثم أضاف أنت يجب أن تغادر هذا البيت بسرعة لن أذهب إلى أي مكان أنا سأبقى هنا كف عن عناد الأطفال هذا يا بحر قال بصوت خرج من تحت أسنانه ثم أردف متسائلا هل ستكون سعيدا عندما يقوم ناب الفيل بقتل زوجتك وابنك بعد أن يكتشف أمر زيارتك هذا في الغرفة المجاورة كانت جمانة تجلس قرب النافذة تحاول استراق السمع لتلك المحادثة التي تدور بين زوجها وصديقه أيوب لكنها لم تتمكن من فهم كلمة واحدة فذلك بسبب أصواتهم التي ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى لو أنها فقط واصلت استراقها السمع لفترة أطول لربما كان هناك احتمال كبير في أن تفهم كل شيء غير أن ابنها الذي بدى متضايقا من وجود أغراب في البيت قرر فجأة أن يندفع إلى الخارج الغرفة ويضع حدا لوجوده ما هناك من دون حتى أن يعطي لوالدته فرصة إيقافه أنتم الاثنان إنكما تسبباني لنا الإذعاج صمت أيوب قليلا ثم قال معتذرا وهو ينهض لم أكن أقصد إذعاجكم في هذا الوقت المتأخر على كل حال اتجه نحو الباب وقبل أن يغادر أوقفه بحر معتذرا آسف كان يجب علي أن لا أشركك في هذا الأمر منذ البداية الأصدقاء ليسوا في حاجة للاعتدار يا صديقي رد أيوب بك يا ستن ثم تابع كنت أعلم سلفا بأنني أعرض حياتي للخطر ومع هذا اخترت أن أقف معك حرر أيوب المزلاج الحديدية للباب ولكنه قبل أن يدفع بجسده للخارج التفت نحو الطفل مبتسما وقال يا لك من قملة صغيرة مزعجة كانت ليلة قارسة البرودة حالكة الظلام وحده شعاع القمر الناعس المرهق هو من كان ينير تلك البقعة من كوكب الأرض أراد بحر الدخول لغرفة نوم زوجته غير أن الطفل وقف أمامه معترضا طريقا اذهب إلى غرفة أخرى هنا أنام أنا وأمي فقط فقال بحر محاولا تقديم رشوة لذلك الحارس العنيد سأشتري لك حمارا مثل بقية الأولاد إن سمحت لي بالدخول لم يتكلم الطفل سأشتري لك ثيابا جديدة لو أنك ابتعدت لم يتكلم أيضا سأقوم برسمك لو أنك نفذت ما أطلبه منك ها؟ هل تعرف حقا؟ ألم تخبرك أمك بأنني أجد الرسم؟ كان الطفل مسحورا بفن الرسم وكان يرسم من وقت لآخر بعض الرسومات على ورق البردي مستخدما الفحم والريشة ودوات الحبري وكانت جمانة على الرغم من سوء رسماته إلا أنها تشعر بالكثير من الرضا عندما تشاهده يمارس تلك الموهبة التي تذكرها بوالده آه ماذا قلت؟ هل أنت موافق؟ نسي المقابل الذي يجب عليه دفعه مقابل الرسم نعم نعم أريدك أن ترسمني هتف بحماس سأفعت ولكن بعد أن تسمح لي بالدخول أو لا؟ قال متذكرا وهو يستعيد عناده أنت لن تدخل إلى هنا أبدا أطال بحر النظر في عيني ابنه البندقيتين لون والتين تشبهني كثيرا عيني زوجته محاولا أن يقرأ فيهما طريقة يستطيع من خلالها الدخول للغرفة وقد كان مستعدا لأن يستمر طويلا في عمليات التفاوض تلك لوقت طويل ولكن الجمانة التي أزاحت ستارة النافذة وظهرت له من خلف الشباك أو مأت له برأسها تخبره بألا يتعب نفسه فالطفل يراه شخصا غريبا وهو لن يسمح لشخص غريب بالنوم في فراش أمه وفي الصباح كان الطفل يغط في نوم عميق عندما نهضت والدته من جواره وجعلت تتسحب بهدوء لخارج الغرفة وعندما تأكدت من أنها أصبحت في أمان وأن ابنها لم ينتبه على حركتها أكملت طريقها نحو غرفة زوجها مشيا على أطراف أصابع قدميها لم تكن تعلم إن كانت ستجده مستيقظا أم أنه لا يزال نائما لذلك فضلت أولا أن تلقي نظرة عليه من خلال النافذة لتتحقق وعندما فعلت وجدته يضع لمساته الأخيرة على ثيابه وهو ينظر إلى نفسه من خلال انعكاس المرآة المتسخ سطحها بالغبار فعرفت أنه كان يستعد للرحيل مرة أخرى لم ينتبه إليها في بداية الأمر ولكنه عندما انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على ثيابه واستدارا لينصرف وجدها تنظر إليه من خلال النافذة وما إن التقت العين بالعين حتى سقطت أول دمعة من عينيها ورغم أن حائطا وبابا ومسافة كانت تفصل بعضهما عن بعض إلا أنه خيل إليه سماع صوت ارتطام دمعتها بالأرض فتح الباب واتجه نحوها بمزيد من الحذر لكي لا يكتشف الطفل الأمر توقف أمامها مباشرة تاركا بينه وبينها مسافة قبلة رفع وجهها الحزين الناعم بيده وراح يتأمل في عينيها البندقيتين اللون واستطاع رغم الدموع المحتشدة فيهما قراءة هذه الجملة والمكونة من ست كلمات ابقى ففي رحيلك لا أمان لنا تجاهل تلك الكلمات الستة المكتوبة في عينيها وقال هل تعلمين بأنك ثاني أجمل امرأة رأيتها؟ قالت بغيرة وقد ازداد حزنها ومن عساها تكون الأولى؟ أجاب مبتسما أنت صمت قليلا ثم أضاف ولكن عندما تبتسمين ابتسمت واختفى بريق الحزن من عينيها لقد اشتقت إليك يا بحر اعترفت بلحفة وانا اشتقت إليك أيضا ثم تنفس من الأرئتيه وأضاف ما زالت رائحة الياسمين تنبعث منك أنا بستان الياسمين الذي تطاردك رائحته أينما ذهب وتعيدك إليه مكبلا مثل أسير حرب أتذكر؟ وهو يبتسم لها بحنو أجاب أنا دائما أذكر كانت رائحة زهرة الياسمين تنبعث دائما وبطريقة سرية من جسدها وكان بحر وبطريقة غامضة يستطيع التقاط تلك الرائحة حتى وهو في أقاص الأرض وعندما كان يعود إليها في كل مرة كان يقول في الغياب كانت رائحتك تصلني يا جمانة وعندما كان يشاهد في عينيها دهشة الأطفال يبتسم ويضيف أنت بستان الياسمين الذي تطاردني رائحته أينما ذهبت ويعيدني إليه مكبلا مثل أسير حرب ثم وبينما كان يقفني في ساحة البيت الداخلية يتذكرني تلك الأيام البعيدة إذ مدت يدا مرتعشة أمسكت بها زوجها من ثيابه السوداء بالقوة ذاتها التي أمسك الطفل بها خصلة شعرها النافرة عندما حملته بين يديها لأول مرة كانت جمانة فتاة طاغية الجاذبية للحد الذي جعل بحر يجد صعوبة بالثبات متوازنا في مكانه عندما يشاهدها لأول مرة عيناها البندقية اللون وشفتها البارزتان وأنفها المستقيم ووجهها الأبيض المرقط بحبات النمش الخفيفة المنتشرة على وجنتيها وأجزاء معينة من رقبتها كل ذلك كان يجعل من جمالها شيئا نادرا لها جسد نحيل يبرز منه صدر نافر مستدير يشبه فاكهة شمام ناضجة وتملك شعرا رمادي اللون طويلا عندما تجعله مسترسلا فوق كتفيها تصبح كما لو أنها فتاة من السماء تلقي على الأرض نظرة من وراء سحب الليل الرمادية المتراكمة أمام سطوة زوجها أخفضت جمانا خطوط دفاعاتها تماما اقترب بحر منها أكثر حتى بات يستطيع رؤية نفسه في حدقتين عينيها تخالطت أنفاسهما ببعض حتى أصبح كل واحد منهما يتنفس زفير الآخر ولكن قبل أن يضع قبلته عليها أنت صرخ الطفل من ورائهما ابتعد عنها ثم انحنى ملتقطا فردة حذائه وراح يركض باتجاه والده الذي ما إن رآه حتى هرب نحو الباب أزال المزلاج والتفت نحو زوجته ليلقي عليها نظرة الوداء ووجدها تضع يدها عند فمها وتضحك ابتسم سعيدا من أجلها ثم وقبل أن يكمل هروبه أجابها على تلك الجملة التي قرأها في عينيها والمكونة من ست كلمات لا أخشى عليك مغبة رحيلي وإلى جانبك هذا المفترس أربعة بعد فترة طويلة من غياب بحر وفي أحد المساءات الهادئة طرق أحدهم بنقر خفيف الباب الخشبية للبيت ورغم بعد الغرفة التي كان الطفل وأمه يجلسان فيها بتلك اللحظة إلا أن الطفل تمكن من سماع ذلك النقر ماذا بك؟ سألت عندما شاهدته يثب قائما هناك من يطرق الباب عندما ذهب ليفتح الباب وجد أمامه فتاة شابة ربما كانت في مثل عمر والدته تقريبا تحمل بين يديها جرة ماء وطبقا من الطعام حيث تبادل الأطعمة بين بيوت قرية الجساسة كان إحدى أكثر العادات ثباتا ورسوخا هناك وقد كان من الطبيعي جدا في أحيان كثيرة أن يفتح الطفل باب البيت ويأخذ أطباق الطعام وجرار الماء من فوق العتبة ويدخلها للمطبخ دون حتى أن يعرف هوية مرسلها أخذ منها جرة الماء وطبق الطعام شكرا قال وهو يهم بإغلاق الباب بقدمه لحظة قالت الفتاة الشابة أريد الحديث مع والدتك عندما جاءت جمانة قالت لها تلك الفتاة بأن والدتها تدعوها للانضمام إليهن في الغد حيث سيجتمع في بيتهم بعض نساء القرية وحين سألتها عن سبب تلك الدعوة أجابت الفتاة إنه اجتماع دوري نقوم به كل شهر وأضافت بلطف وقد اشتقنا إليك كثيرا فقد مضى زمن طويل لم نجتمع فيه معك في الحقيقة كانت جمانة أيضا قد اشتاقت لصديقاتها من نساء القرية وكانت تشعر بالحاجة إلى الترويح عن نفسها قليلا برفقتهم غير أنها في الوقت ذاته تعلم بأن ابنها لن يوافق على أن تتركه وحيدا في البيت ريثما تذهب وتعود لهذا فقد فتحت فمها لتعتذر عن تلبية الدعوة بيد أن الطفل الذي أحس برغبة والدته في الذهاب تكلم قائلا سوف تلبي أم الدعوة حقا؟ هاتفت الفتاة هل ستحضرين غدا يا جمانة؟ نظرت والدته بدهشة نحوة وسألته بصوت منخفض لتتأكد هل ستوافق على البقاء وحيدا في البيت؟ ريثما أقوم بتلك الزيارة؟ لا بل سأتي معك ولأنها كانت تخاف من أن يتسبب لها بالمتاعب هناك فقد قالت سأخذك معي شرطة ألا تثير المتاعب اتفقنا؟ اتفقنا وهكذا أكدت جمانة للفتاة بحماس عن نيتها في القدوم غدا وهي لا تعلم أبدا ما الذي كان ينتظرها هي وابنها هناك في مساء اليوم التالي كان المجلس يعج بالكثير من النساء وبالثرثرات الفارغة والأحاديث التي لا تنتهي جلس الطفل بجوار والدته وقد أبدأ التزاما بوعده لها بعدم إثارة المتاعب ولكن بعض النساء التي كنا يرغبن بالتمتع بالخصوصية في تناقل الأحاديث الخاصة قد أبدأنا احتجاجا على وجود ذلك الولد وسطهم قالت إحدى النساء لماذا لا يذهب ابنك للعب مع الأولاد يا جمانة؟ التفتت نحو ابنها وهمست اذهب للعب مع بقية الأولاد يا صغيري لا أريد همس في أذنها أريد البقاء معك ثم ولكي تبرر إصراره على البقاء معها قالت لهن بأنه يمر بوعكة صحية إذا فهو لا يشعر بالرغبة في اللاعب مع بقية الأولاد فاضطرت النساء في ذلك اليوم إلى خوض أحاديثهن الخاصة وهن يستخدمنا لغة يعتقدن بأنها سرية ولكن في الحقيقة كان الطفل يسجل في رأسه ويفهم كل كلمة يسمعها وفي أثناء تلك الزيارة وبينما النساء يواصلن أحاديثهن تلك إذ حدث ما لم يكن أحد يتوقعه أبداً حيث اقتحمت ذات الطائر الأحمر المكان فجأة دون أن تتلقى منهن دعوة أو تطرق عليهن الباب طالبة الإذن بالدخول أرى أنهن الكثير من النساء من الجساسة ولأنهن كن يشعرن بالخوف منها فإن واحدة منهن لم تبدأ اعتراضاً على مجيئها باستثناء جمانة التي تعرف بأن تلك الجنية لم تأتي إلا من أجلها سأعود لبيتي قالت وهي تستعد للمغادرة ثم وفي محاولة لتلطيف الأجواء حاولت بعض النسوة استبقائها قليلاً بينهن غير أن ذات الطائر الأحمر قالت وهي تتخذ لنفسها مكاناً تجلس فيه وبنبرة صوتي من جاء يفتش عن المتاعب دعوها تأخذ أحمقها الصغير وتذهب به إلى البراز ومن غير أن تعلق جمانة أمسكت يد ابنها وغادرت المجلس متجهة نحو الباب لتغادر ولكنها لم تتمكن من فتح الباب أو تحريكه كما لو أنه كانت هناك الكثير من الأيدي الخفية التي تمنع مفاصله من الحركة لم تتساءل عن تلك الظاهرة الغريبة فقد كانت تعرف السبب اتركوا الباب همست بنبرة منفعلة أنا آمركم بأن تتركوه حالاً إلى من تتحدثين؟ ليس هناك أحد سأل الطفل ببراءة وهو يرى أمه تتحدث مع الهواء كانت جمانة تعرف الكلام الذي يجب عليها أن تقوله لتصرف تلك الأياد الخفية والتي بأمر مباشر من ذات الطائر الأحمر كانوا يمنعون الباب عن الحركة غير أنها لم تكن تريد أن تتكلم حتى لا تثير انتباه ابنها لأسرار كان غافلاً عنها قالت بغضب وهي تعود لحيث يجلس النساء اتبعني أما ذات الطائر الأحمر فما إن شاهدت جمانة وهي تعود للمجلس حتى قالت ساخرة يبدو أن هناك من غير رأيه أنت تعلمين لماذا عدت؟ ردت بحنة الباب مقفل لماذا لا تحاولين فتحه؟ قالت ذلك ثم ضحكت بصوت عال كما لو أنها ألقت دعابة مضحكة وعندما وجدت نفسها الوحيدة التي تضحك في المجلس فإنها غضبت وأمرت بقية النساء بأن يضحك لماذا لا تشاركني الضحك؟ انتبه بقية النساء للأمر ولفرط الخوف قمنا بمشاركتها الضحك حتى إن إحداهن بالغت في الأمر قليلا وكادت أن تؤذي نفسها عندما سقطت على وجهها لكثرة ما ضحكت نظرت ذات الطائر الأحمر نحو الطفل وقالت بمكر لماذا لا تذهب للعب مع بقية الأولاد أيها الصغير؟ أخفت جمان ابنها خلفها وهي تقول لا شأن لك به دعي الولد يجيب آمانك قصصت لسانه ثم أعادت الجنية العجوز السؤال وهي تنظر نحوه لماذا لا تدع أمك تجلس مع النساء وتذهب للعب مع بقية الأولاد؟ أريد البقاء معها همس بخجل وهو يتشبث بثيابها وهنا قالت ذات الطائر الأحمر بطريقة قاسية وهي تنظر نحو أمه يجب أن يختلط ابنك هذا الرخو مع بقية الأولاد يا جمانا حتى لا يصبح من كبار المخناثين في المستقبل تلقت جمانا ذلك الخطاب القاسي بألم شديد وشعرت بأنها تريد الدفاع عن ابنها بأي طريقة لكنها لم تكن تعلم بماذا كان يجب عليها أن تجيد أما الطفل الذي شعر بالوجع الذي تسببت به تلك المرأة لوالدته فإنه انحنى ليلتقط فردة حذائه هاي أنتي لا تتحدثي معها بهذه الطريقة هكذا صرخ في وجه الجنية وهو يحاول مهاجمتها مستخدما فردة الحذاء أما والدته وبقية النسوة فقد حاولنا الإمساك به وجره بعيدا حتى لا تقوم ذات الطائر الأحمر بإذائه غير أنه كان قويا بما يكفي ليتحرر من قبضة النساء ويندفع بشراسة نحو العجوز محاولا ضربها بفردة حذائه صاحت جمانة أرجوك لا تفعل توقف الطفل قبل أن يصل إلى هدفه بخطوتين لا أحد يؤذيك وينجو بفعلته قال دون أن يلتفت للخلف ابتسمت ذات الطائر الأحمر وهي تنظر للطفل إذ أنها رأت فيه العلامة الثانية التي تؤكد صحة ما تعتقده بشأنه فقد تحولت عينه اليسرى عند الغضب للون الأحمر القاتم ولو أنه التفت لوالدته في تلك اللحظة لكانت هي أيضا ستشاهد ذلك التحول المخيف في عينه ولكنه لم يلتفت إليها وظل يحدق بغضب نحو ذات الطائر الأحمر لقد كان يشعر برغبة غريبة وشديدة في رؤية الدماء تتفجر منها وفي الوقت نفسه لا يريد أن يعصي أمر والدته لذا فقد استطاع أخيرا بعد صراع طويل مع الوحش الذي بداخله أن يهدأ أخذ نفسا عميقا وعادت عينه للونها الطبيعي انتعلى فردة حذائه ثم استدار نحو الخلف عائدا إلى أمه نظر مباشرة إليها وهمس بصوت حاد لأجلك فقط فالحقيقة كان ذلك كله مدبرا ومخططا له من ذات الطائر الأحمر إذ إنها لم تلقي كل تلك الإهانات على جمانة إلا لكي تختبر شيئا ما في نفس ذلك الولد وقد نجحت فيما خططت له قالت غير مكترثة بالنساء التي كنا يسمعنها لقد أخبرتك من قبل بأن هذا الولد مختلق لا أريد أن أسمع هذه الصخفات صاحت جمانة في وجهها قبل أن تتم جملتها ثم أمسكت ابنها من يده واتجهت به نحو الباب حاولت فتحه للمرة الثانية غير أنه كان لا يزال مغلقا بواسطة تلك الأياد الخفية ولكن ولأنها هذه المرة تحديدا كانت تريد الخروج من هناك بأي ثمن فقد قالت دون تفكير بالعواقب أنا جمان ابنة الملك جبار الأباطرة آمركم بالابتعاد والسماح لنا بالخروج ما إن قالت ذلك حتى انفتح الباب من تلقاء نفسه وسمع ابنها صوتا ثقيلا ينبعث من الهواء يقول اقبل اعتذارنا عندما عادت إلى البيت نظرت جمانة نحو ابنها وكان من الواضح لها أن لديه الكثير من الأسئلة تدور داخل عقله وربما هذا أيضا كان ضمن خطة ذات الطائر الأحمر إذ إنها أرادت بتصرفها الفض ذاك أن تخلق في داخله الأسئلة حتى يعرف الحقيقة ويكتشف السر الذي تحاول والدته إخفاءه عنه وفي حقيقة الأمر قد نجحت ذات الطائر الأحمر إلى حد كبير بإثارة فضوله ولكن الجمانة التي تعرف جيدا كيف تتعامل معه جلست على ركبتيها من أجل أن تصبح في مثل طوله وضعت يدها على كتفه لتجعل كلماتها أكثر تأثيرا عليه ثم أمرته ولكن بنبرة متوسلة سوف تنسى كل الأشياء التي شاهدتها وسمعتها هناك ولكني أريد أن أعرف من هو الملك الجبار الذي قلت بأنك قاطعت هجمانا بشكل صارم أعلم بأن لديك الكثير من الأسئلة تتقافز في رأسك ولكني أريد منك أن تنساه اتفقنا ليس قبل أن تخبريني عن الملك جبار هذا الذي قلت بأنك ابنته وعن الصوت الذي تكلم في الهواء وقال لك قبل اعتذارنا وأريد منك أن تخبريني عن تلك المرأة العجوز ولماذا كانت تهينك بتلك الطريقة ولماذا لم تسمح لي بضربها أريد أن أعرف لماذا كان الباب موصدا رغم أن المزلاج لم يكن قاطعته للمرة الثانية وهي تنظر في عينيه وإذا قلت لك من أجلي كان من الصعب جدا عليه أن ينسى كل تلك الأسئلة التي في رأسه أو تلك النظرات الغريبة التي كانت ترسلها العجوز إليه وإلى والدته لقد كانت تنظر إليهما بحب عميق لا يستطيع أن يجد له تبريرا مقنعا ورغم هذا إلا أنه كان مستعدا لأن يفعل أي شيء من أجل والدته لذلك فقد همس قائلا لأجلك فقط كانت جمانة تدرك أهمية القصة في تهذيب النفس وتأديبها لذلك كانت كل ليلة طوال السنوات الماضية تقص على ابنها قصة ما قبل النوم وعندما تنتهي فإنها تضع قبلة على جبينه وتخبره بالجملة الختامية والتي يفهم من خلالها دائما أن القصة انتهت وأن موعد النومي قد حان تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم تصمت قليلا لتضمن أن تلك الجملة سوف تستقر في رأسه فلا ينساها طيلة ما تبقى من حياته وتقول أخيرا اتفقنا أما هو فإنه رغم ظلام الغرفة الدامس إلا أنه كان يغلق عينيه في كل مرة ويحلل تلك الجملة في عقله تحليلا دقيقا وبعد أن يفهمها جيدا ويستوعب معناها بشكل تام يفتح عينيه في الظلام ويسأل هامسا يجيب الرب أي دعوة يا أمي نعم أي دعوة في ذلك الزمن البعيد عاشت مملكة أبابيل في عصور لا نهائية من الانحطاط والظلام والجهل حيث كان من النادر جدا أن يهتم أحد من أفراد الشعب بتحصيل العلوم والمعرفة وربما العلم الوحيد الذي يسعى الجميع للحصول عليه هو تعلم الفنون القتالية كالرماية والمبارزة بالسيف ورقوب الخيل وكان تجارة الجوار والعبيد وأنواع التجارات القليلة الأخرى كبيع المواشي والجلود والصوف والأواني الخزفية البدائية ذات الصناعات اليدوية هي الشغل الشاغل لهم ورغم ذلك إلا أن جمانا حرصت على تمكين ابنها من تعلم القراءة والكتابة ولم تكتفي عند ذلك القدر فحسب بل أرادت القيام بإرساله إلى الجد نوفل وهو رجل طاعن في السن يشاع بأنه يعتنق إحدى الديانات السماوية القديمة ويعرف بأنه الشخص الوحيد المتعلم في قرية الجساسة غير أن الطفل كان له رأي آخر في هذه المسألة لقد قمت بتعليم القراءة والكتابة وهذا يكفي أجابته جمانا وهي تمسك أرنبة أنفه بلطافة نعم لقد أصبحت تجيد القراءة والكتابة أيها الرائع ولكن هناك الكثير من العلوم المهمة الأخرى والتي سوف تتلقاها بشكل أفضل لو أنك ذهبت للجد نوفل كان هناك شيء غريب وجذاب في طريقة حديث جمانا تجعل ابنها يحب النظر إليها وهي تتكلم معه فهي طوال الوقت تحافظ على طيف ابتسامة لا يغادر وجهها وتصب كل تركيز عينيها عليه فتجعله يشعر وهو يتحدث معها كما لو أنه أهم شيء في الدنيا أكملت قائلة لن تبق صغيرا طوال عمرك يا بني ستكبر يوما ما وستحتاج حينها لعقلك في هذه الحياة ثم أضافت وهي تلكز بإسبعها رأسه وتقول بطريقة محببة ولن يصبح عقلك هذا مفيدا من غير أن تغذيه بمزيد من العلوم والمعرفة اتفقنا وإذا وافقت على الذهاب للجد نوفل فهل ستأتين معي فقد أصبحت أكبر من أن تحتاج لمرافقة والدتك أجابت بحنو لا أزال صغيرا فأنا في الرابعة عشرة من عمري فقط ثم أضاف متسائلا بنفاذ صبر هل ستأتين معي عند الجد نوفل أم لا ستذهب وحدك وسأظل في انتظارك هنا حتى تعود وتخبرني بالأشياء التي تعلمتها هنا اتفقنا؟ لا لم ناتفق قال بعناد لن أذهب إلى أي مكان لا تكونين فيه معي وإذا قلت لك من أجلي أنا أفعل أي شيء من أجلك ولكن ليس هذا الطلب أرجوكي قال ذلك ثم صمت فجأة إذ سمع هسيس أقدام مريبة كانت تتحرك بحذر في الساحة الداخلية للبيت ماذا هناك؟ تساءلت أمه ابقي مكانك أجاب وهو ينهض ثم أمسك بفردة حذائه وذهب ليستطلع الأمر وبعد قليل هتف إنه بحر يا أمي ومثل عرائس الماريونات والتي يتحكم بها شخص ما عبر خيوط دقيقة من خلف الستار راح الحنين بخيوطه اللامرئية يحرك جمانا نحو زوجها بدى وجهه المتعرق بفعل حرارة الشمس أكثر شحوبا من المرة الماضية عندما جاء لزيارتهما قبل أربع سنوات وأسفل عينيه الحادتين ترتسم دائرتان بلون البنفسج تدلان على إرهاقه ورغم ذلك الذبول إلا أنتين كالعينين كانتا ولا تزالان نقطة ضعفها قال بحر وهو ينظر نحو ابنه لقد كبرت كثيرا لقد مضت أربع سنوات قالت تعاتبه بالطبع سيكبر اقترب منهما محاولا معانقتهما لكن لبنى وقف له بالمرصاد ابق بعيدا لا تقترب منا حاولت أمه أن تذكره باحترام والده لكنه حدث ذلك فالتفت إليها قبل أن تتكلم هذا ليس أبي لقد تركنا منذ زمن طويل ورحل عنه لم يبرر غيابه كل ما فعله باحر هو أن قال مستسلما حسنا سوف أبقى بعيدا ثم أضاف إن كان هذا ما يرضيك صاح بحدة ما الذي جاء بك؟ صاح جمان بن فعال أصمت يا ولد جئت كي أرسمك أجاب مبررا وسأغادر في اليوم التالي أعدك ابقى معنا ولا ترحل مجددا يا بحر نظر إليها وابتسم محاولا أن يخفي عنها آبار أحزانه الجوفية هو لا يستطيع أن يكشف لها أسباب الغياب بالطبع لأنه يعلم جيدا فضاعة ما قد يحدث لها والابنه إن فعل ذلك قال بتماسك مزيف لا أستطيع البقاء بنبرة صوت باكية قالت كفاك غيابا لدي الكثير من التجارة التي يجب علي الاهتمام بها كان يجب عليه وهو يكذب أن يغمض عينيه حتى لا تقرأ زوجته الكذب فيهما لقد فاته أن يتذكر بأن الإناث يستطعن بغرائزهن قراءة لغات العيون وأن أكاذيب الذكور لا تنطل عليهن أبدا قالت قل الحقيقة ربما نستطيع مساعدتك تدخل ابنها معاتبا توقف عن التشبث بيد تريد الرحيل صمت بحر ولم يعلق بينما قرأت جمانا في عينيه إجابة عندما تعرفان الحقيقة ستغفران لي كل شيء أخرج من تحت ثيابه رقعة من ورق البردي وحجر فحم أسود قف إلى جوار والدتك أيها الصغير ثم أضاف وهو ينظر لزوجته ابتسمي لكي تصبح الرسمة أجمل مستخدما حجر الفحم جعل بحر يخطط أبعاد الرسمة بشكل خافت وحين انتهى من رسم الخطوط الأولية راح يهتم بالتفاصيل الدقيقة للملامح وخربشات الشعر ثم ولكي يطفي مزيدا من الواقعية على رسمته فإنه رسم الضلال بكثير من الحرص والاهتمام وعندما انتهى أخيرا مسح بإصبعه الخطوط غير المرغوب فيها في حقيقة الأمر لم يكن بحر أصلا بحاجة لرؤية ابنه وزوجته حتى يقوم برسمهما فهو يجيد الرسم مستعينا بقوة ذاكرته غير أنه كان يريد استغلال تلك الفرصة ليتأمل عائلته من غير أن يمنعه أحد من فعل ذلك تقدم إلى حيث كان الابن يقف بجوار أمه مد رقعة ورق البردي إليه وراح يقيس ردة فعله من خلال تعابير وجهه لم يتمكن الابن من إخفاء مدى بهاره بروعة الرسمة فلفرط براعتها شعر بأنه كان ينظر لولد وامرأة حقيقيين يسكنان داخل تلك الورقة بدى مبتسما في الرسمة رغم أنه في الواقع كان يقف مقطب الحاجبين واكتشف في تلك اللحظة فقط وهو يحدق في صورته أنه ورث عن والدته الكثير من التفاصيل من وجهها الجميل الأمر الذي كان سيجعل ملامحه تبدو منطقية لو أنها على فتاة أكثر من كونها على ذكر سأله بحر ما رأيك في الرسمة؟ فأجاب بك برياء ومن غير أن يعيد رقعة ورق البردي لوالده أستطيع أن أرسم أفضل منها ربت والده على شعره وقال بحنم أنا واثق من أنك تستطيع في تلك الليلة لم يحاول بحر الاقتراب من غرفة زوجته لأنه كان متأكدا من أن ابنه لن يسمح له بالدخول لذلك فإنه لجأ لحيلة أشد مكران أخبر أمك بأنني أريد وسادة أضعها تحت رأسي أيها الصغير تناهى ذلك الكلام لأذن جمانة التي كانت لم تخلد للنوم بعد وأدركت على الفور ما كان يرمي إليه زوجها من وراء ذلك الطلب فقامت بتمرير وسادتها البيضاء الخاصة إلى ابنها وقالت أعطي أباك هذه الوسادة احتضن بحر الوسادة العابقة برائحة زوجته الياسمينية ثم غط في نوم عميق وبهذه الطريقة سيتمكن من استدعائها في أحلامه من غير أن تكون هناك قوة في العالم تستطيع منعه من فعل ما يريد في صباح اليوم التالي خرج بحر من غرفته منتجيا وكأن كل ما مارسه في أحلامه المنحرفة والتي ظل طوال الليل يفكر ويحلم بها كان حقيقيا كان الطفل حينها يجلس بجوار والدته يمسك رسمة والده بينما يحاول باليد الأخرى أن يرسم واحدة أفضل منها لكي يقهره بها اقترب بحر منه واستطاع أن يشاهد رسمة ابنه البدائية والتي تدعو للضحك أكثر من كونها تدعو لأي شيء آخر لقد كنت محقا حين قلت بأنك تستطيع أن ترسم أفضل مني قال بحر ذلك بظرافة ثم خطف رقعة ورق البردي خاصته من يد ابنه طواها بعناية وخبأها في أحد جيوب ثيابه انظر الآن وصاعدا عندما أشتاق إليكما سأنظر لهذه الرسمة وأنا ماذا أفعل عندما أشتاق إليك؟ سألت جمانة لم يجبها واتجه نحو الباب ليغادر لكنه توقف لبعض الوقت استدار إلى الخلف بترد كما لو أنه كان يريد أن يفعل شيئا ليس واثقا من عواقب نتيجته ثم فجأة وبعد صمت امتد للحظات صاحب كل صوته مفزعا بذلك الطيور التي كانت تستريح على حائط البيت أحبك يا جمانة فتح الباب متسما وهو يجيل النظر في دروب القرية وكأن تلك الكلمة التي باح بها للتو قد نجحت في إنعاش قلبه التفت مرة أخرى نحوها وكانت عيناه طنبضان بالحياة أكثر من أي وقت سابق أجابها عن سؤالها السابق قائلا غني لي يا جمانة غني وسيحضر طيفي ليراقصك طبع قبلة مطولة على راحة يده وأرسلها لزوجته عبر الهواء ابتسم للمرة الثانية ثم غادر ذاهبا مع الريح أما الطفل فقد وثب قائما وأخذ يلكم الهواء بيديه كيفما اتفق حتى يشتت القبلة الهوائية تلك ويمنعها من الوصول لوالدته بينما نظرت جمانة إلى الأرض لتخفي خجلها بعد أن شعرت بحرارة تلك القبلة وهي تهبط بسلام لمعانقة شفتيها حين حل الظلام وجاء وقت النوم خرج الطفل كعادته مرتديا الثوب الذي يصل طوله إلى منتصف ساقه يحمل في يده استراج المتآكل ليستعين بضوءه الخافت على الرؤية طاف أرجاء البيت ليتأكد من إغلاق النوافذ والأبواب ومن إطفاء قناديل الحائط انتهى من جولته التفقدية سريعا ثم عاد لوالدته وحشر نفسه معها تحت اللحاف وهما سيسألها ما هي قصة اليوم كانت جمانة في تلك الليلة مجغولة البال تفكر في أمر ما وليست في مزاج جيد يتيح لها الكلام أبدا غير أنها في الوقت ذاته كانت تعلم أيضا بأن ابنها لن يغلق عينيه وينام قبل أن تحكي له قصة فقالت منذ وقت طويل طويل جدا كان هناك جيش كبير من البشر والجن والطير والرياح كانوا جميعهم يسيرون خلف رجل واحد اسمه النبي سليمان متخيلا ذلك الجيش الكبير وهو يسير تحت قيادة رجل واحد ردد الطفل اسم النبي منذهشا سليمان أكملت كان ذلك الجيش الكبير يعبر من خلال وادا ضخم اسمه وادي النمل فصاحت آنذاك نملة صغيرة اسمها جرسة جرسة؟ نعم جرسة أكدت والدته ثم تابعت صاحت جرسة بصوتها كله تخاطب بقية أفراد النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حين سمع النبي سليمان كلام النملة ابتسم وشأ ولكن يا أمي قطعها متسائلا تفسمعها النبي سليمان وهي نملة صغيرة لها صوت صغير الرياح أجابت الرياح هي من وضعت الكلام في أذنه الرياح نعم إنها أحد جنود النبي ردد متعجبا الرياح حين سمع النبي سليمان كلام النملة ابتسم وشكر الرب على هذه القدرة التي خصه بها وأمر الجنود بالتوقف فتوقف كامل الجيش ريث ما يدخل النمل مساكنهم ثم ولأن جمان كانت تريد الانتهاء من القصة بأسرع وقت ممكن فقد صمتت قليلا قبل أن تقول الجملة الختامية والتي يفهم ابنها من خلالها أن القصة انتهت وأن موعد النوم قطحان تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب يجي أهذا كل شيء؟ اعترض هل انتهت قصة النوم؟ يجب عليك أن تنام الآن وقد تأخر الوقت كثيرا ولكنني أريد أن أعرف ما الذي حصل بعد ذلك سأخبرك غدا ولكن قاطعته قبل أن يكمل يجب عليك أن تنام الآن وغدا سأكمل لك القصة استسلم أخيرا وهو يغطي نفسه باللحاف بينما قالت أمه تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم أضافت اتفقنا؟ صحيح أنه لم يكن راضيا عن مدة القصة ونهايتها السريعة إلا أنه تفاعل مع جملة والدته الختامية فأغلق عينيه وجعل يحلل كل كلمة من تلك الجملة في عقله تحليلا دقيقا وحين استوعب وفهم كل معانيها سألك عادته أي دعوة يا أمي؟ نعم أي دعوة؟ اتفقنا في تلك الليلة بالذات لم تتمكن جمانا من الخلود للنوم فقد كانت مجغولة البال تفكر في أمر ما في الحقيقة التي يخبئها زوجها بحر عنها لقد شعرت اليوم وهي تنظر إليه بأنه متورط بشيء كبير جدا فقد كان ذلك واضحا من خلال تعابير وجهه المرهق وعينيه اللتين يقطنهما الخوف كانت تائها لا تعرف ما الذي يجب عليها أن تفعله ضائعة مثل فتاة صغيرة أفلتت يد والدتها وسط الزحام ورغم كل ذلك التيه والشتات إلا أنها كانت تعلم جيدا إلى من يجب عليها أن تلجأ في مثل هذه الحالات تسحبت من جوار ابنها برشاقة لبؤة ثم سارت على أطراف أصابعها نحو باب البيت فتحته بحذر حتى لا تصدر مفاصله صوتا عاليا يفضح خطتها التفتت يمينا وشمالا لتتحقق من خلو الطريق وعندما تيقنت من أن أحدا لا يراها سارت بعيدا لقد ذهبت شرقا نحو المكان الذي لم يكن عليها أبدا أن تفكر بالذهاب إليها ستة لم يكن القمر حاضرا في تلك الليلة المرعبة لذلك انتشرت النجوم في السماء على مد البصر والقرية التي كان سكانها نائمين بدت في ذلك الوقت المتأخر جدا من الليل كما لو أنها مكان قديم هاجره البشر اتجهت شرقا نحو الغابة التي لم يسبق لبشري من قبل أن يدخلها وخرج منها حيا الغابة المظلمة وهي أرض فسيحة تغطيها الأشجار العالية المتشبكة وتنهض في منتصفها قلعة حجرية كبيرة ذات طابقين سكنتها قديما عائلة ملكية من الجن اسمها عائلة الأباطرة دخلت الغابة من ممرها الواسع والذي يشبه فوهة كهف كبيرة غير مبالية بالأخطار التي تحفها أو ربما قد تحدث لها بالداخل كانت تسير بخطوات ثابتة وسط الضباب والظلام وحفيف استكاك الرياح بأوراق الأشجار والأصوات الصاخبة لنقيق الضفادع والهسيس المنخفض لأجنحة الخفافيش المعلقة في الأغصان رأسا على عقب كانت جمانة تعرف أن هناك من يراقبها بعينين باردتين من وراء الأشياء ولكنها لم تبالي ما إن اقتربت من تلك القلعة الصخرية ذات الطابقين حتى سمعت صوتا يشبه زمجرة أسد سيء المزاج رفعت بصرها نحو مصدر الصوت بقلق فرأت طائرا ضخما يجلس على قمة القلعة وينظر نحوها بغضب كما لو أنه يحاول تحذيرها من مغبة الاقتراب أكثر ولكن لأنها كانت تريد التحدث مع صاحبة تلك القلعة بأي ثمن فقد أكملت سيرها غير مكترثة بالتحذير فما كان من ذلك الطائرة حين شاهدها تقترب إلا أن قفز من مكانه ضاربا الهواء بجناحيه الطويلين منطلقا نحوها شاهرا في وجهها مخالب سوداء معقوفة ذات نهايات قاتلة إكليل صاح أحدهم من داخل القلعة عد إلى مكانك وقبل أن يغرس الطائر مخالبه في جسدها استجاب لذلك النداء فصفق الهواء مرة أخرى بجناحيه الطويلين ليرتفع بضعة أمتار نحو الأعلى ويستدير في الجو عائدا إلى مكانه ثم ولأن أحدا لم يظهر في الأرجاء فإن جمانا صاحت بصوت مرتفع أين أنت؟ وعندما لم تتلق جوابا غير الصرير الخافت الذي تبعثه حشرة الليل فإنها اقتربت بخطوات حذرة نحو بوابة القلعة وقالت بهمس يملأه الرجاء أرجوك أريد التحدث إليك فتحت ذات الطائر الأحمر البوابة ما هو الأمر الخطير جدا الذي دفعك للمجيء إلى هنا؟ أليس مرحبا بي هنا؟ سألت جمانا بحياة ابتسمت لها ذات الطائر الأحمر بحنان بالغ وقالت أنت تعلمين بأن أمك سترحب بك دائما أيتها الحمقى الشيء الذي كانت جمانا تحاول إخفاءه عن الجميع هو أن ذات الطائر الأحمر في الحقيقة تكون والدتها أما السبب الذي كان يدفعها لصدها دائما عنها فهو لأنها تخاف من أن يقوم بحر بهجرها في أحد الأيام لو عرف بحقيقة كونها جنية لقد تخلت جمانا في الماضي عن كونها فردا من أفراد عائلة الأباطرة الملكية من أجل الزواج به وهي الآن ليست مستعدة لخسارته مهما كانت الأسباب قالت متوسلة لم يعد في استطاعة قلبي أن يحتمل المزيد أظنك تتحدثين بشأن بحر هزت رأسها بضعف فبسقت ذات الطائر الأحمر على الأرض تبا للرجال ثم أردفت أتعلمين؟ يجب أن نعاملهم كما تتعامل إناث العناكب مع ذكورها إنها تقوم بقتلهم بعد أن تأخذ منهم حاجتها تجاهلت نصيحة والدتها الثمينة تلك وقالت أحتاج إليك يا تاج أنقذيني إن الوساوي ستأكلني ابتسمت ذات الطائر الأحمر وهي تقول مضى زمن طويل لم ينطق فيه أحد اسمي الحقيقي ثم أفسحت مجالا وأضافت ادخلي وأخبريني ما الذي حدث معك لا أستطيع الدخول لا أملك الكثير من الوقت فقد يستيقظ ابني في أي لحظة ولن تجري الأمور بخير إذا استيقظ من نومه ولم يجدني ابتسم التاج ساخرة ذلك الأحمق الصغير ماذا كان يظن عندما حاول مهاجمتي أعتذر لك بالنيابة عن الطفل لقد أصبح في عامه الرابع عشر وأنت لا تزالين تنادينه بالطفل وقد قررت أن لا يسمياه أحد غير والده اختاري له اسما مؤقتا على الأقل ما رأيك بأساطير كاسم أخوك البشر لا يسمون هذه الأسام حسنا ما رأيك بي قاطعتها لم آتي لأناقش معك اختيار اسم له معك حق حسنا ما الذي تريدين مني أن أفعله به؟ بالطفل تبا لك وللطفل يا جمان أقصد زوجك ما الذي فعله بحقك؟ وما الذي تريدين مني أن أفعله به؟ لا لا لم يفعل شيئا كل ما في الأمر هو أن قلبي غير مطمئن ضحك التاج ساخرة هذا ما يحدث لقلب الأنثى عادة عندما يسكنه رجل ثم أردفت متسائلة ولكن لماذا الآن؟ ماذا تقصدين؟ لقد صبرت عليه كثيرا لماذا الآن بدأ قلبك غير مطمئن؟ لأنه عندما جاء بحر لزيارتنا اليوم قاطعت حديث ابنتها والدهشة واضحة في سؤالها بحر جاء لزيارتكم اليوم؟ نعم وقال شيئا لم أتمكن من فهمه وهذا ما دفعني للقدوم إليك قالت ذلك ثم أخفضت رأسها دليلا على تأسرها ارفعي رأسك وأخبريني عن الذي قاله رفعت جمانا رأسها ثم حركت شفتيها سامحة للكلمات بالخروج قالت عيناه لنا عندما تعرفاني الحقيقة ستغفراني لي كل شيء وأنت ما الذي تريدين مني أن أفعله؟ أريد منك أن تخبريني بالحقيقة بعد تردد قصير همست تاج بحزم أحضر لي شيئا فيه من رائحة بحر شيئا فيه من رائحة بحر؟ تسألت بغرابة مثل ماذا؟ لا أعلم أي شيء قطعة من ثيابه القديمة مثلا كانت جمانا قد قامت منذ وقت طويل بغسل جميع الثياب القليلة التي يمتلكها زوجها لذلك فإنها لم تكن تملك شيئا فيه من رائحته أعتقد أني لا أملك طلبك هذا فكري بحل فمن غير رائحته لن أتمكن من العثور عليه تذكرت شيئا لقد نام على وسادتي البارحة أستطيع أن أجلبها لك لو أردت هذا جيد بقليل من الحظ قد يفي هذا بالغرض لن أتأخر قالت وهي تستعد للعودة لبيتها ثم أضافت بحماس سأحضر لك الوسادة وأعود بأسرع وقت ممكن وقبل أن تذهب أوقفتها تاج ما الذي ستقدمينه لي مقابل هذه الخدمة؟ فأنت كما تعلمين أنا لا أقدم خدماتي دون مقابل التفتت إليها جمانا وقد بدى وجهها جادا وهي تقول ما الذي تريدينه؟ ظل تاج صامتة لبعض الوقت كأنها تفكر في الثمن الذي ستطلبه وعندما طال صمتها كثيرا قالت جمانا بنفاذ الصبر اطلبي أريد منك أن تتوقف عن مناداتي بتاج أو ذات الطائر الأحمر وكيف تريدين مني أن أناديك؟ همست بخجل أمي وأضافت هذا هو الثمن ابتسم شيء ما بداخل جمانا فقد كان طلب تاج لطيفا هذا ما فكرت به وهي تقول سأجلب لك الوسادة وأعود بسرعة يا أمي شعر التاج عند سماع تلك الكلمة بشيء لا يمكن للكلمات وصفه لقد سمعت للتو الكلمة التي كانت كل يوم تستيقظ من نومها وهي تحلم بسماعها ولكن جمانا أردفت وكأنها تضع خطا تحت شرط مهم ولكنني سأقولها لك فقط عندما نكون وحدنا اتفقنا وأنا سأحرص دائما على أن نكون وحدنا أرادت جمانا أن تعود للبيت من أجل أن تجلب الوسادة التي نام عليها زوجها البارحة ولكن والدتها اقترحت عليها أن لا تذهب مشيا على الأقدام فقد يستغرق ذلك وقتا طويلا دعي حصاني سابح يوصلكي للبيت لا فليس من الحكمة أن يشاهدني أحد من القرية وأنا بداخل عربته لا تقلقي لن يراك أحد قالت بثقة ثم صاحت سابح سمعت جمانا صوت عجلات عربة تقترب يجرها حصان أبيض ضخم يهز الأرض بحوافره الأربعة فتحت تاج باب العربة بيد ومدت يدها الأخرى لتساعد ابنتها في الصعود للداخل ثم همست في أذن الحصان لا تدع أحدا يراك وضعت قدما على قدم وهي تجلس فوق أحد المقاعد المريحة للعربة وجعلت تشاهد من خلال النافذة الأشجار المرتفعة المتشابكة في الغابة وهي تسير إلى الخلف بسرعة ثم وبينما هي تجلس هناك إذ راحت تسترجع في ذاكرتها تلك الأيام البعيدة عندما عرض عليها بحر الزواج جمانا لقد فعلت في حياتي كل الأشياء الفضيعة والتي قد تضمن لي دخول الجحيم من أوسع أبوابه لكنني لم أتخيل أبدا أنني سأكون شريرا للحد الذي يجعلني يوما أفكر بالزواج بدهشة ممزوجة بغضب قالت حينها ولماذا تريد أن تتزوجني طالما أنك التارع بأن الزواج شر لأنني أحبك ثم أردف أنا العاصي بكل شيء أدخليني جحيمك في اليوم التالي وعلى أضواء النيران المشتعلة عقدت عائلة الأباطرة اجتماعا طارئا في الغابة ليناقشوا فيه أمر ارتباط ابنتهم الجنية ذات السلالة الملكية بمخلوق بشري وكانت تلك هي الحالة الأولى التي تشهدها العائلة منذ أن جاءوا قبل سنين طويلة واستوطنوا أراضي الغابة اجتمع يومها جبار وكبراء الأباطرة حول الصخرة السوداء والتي كان منظرها يشبه لحد ما منظر طاولة اجتماعات كبيرة اتجهت جميع الأنظار نحو جمانة التي جلست وحيدة في الجهة المقابلة لهم مثل متهمة يتم التحقيق معها سألها جبار هل تعلمين أن زواجك بمخلوق الطين ذاك؟ إن له اسم يا أبي قاطعت حديث والدها بحر اسمه بحر أحدثت تلك المقاطعة بعض الجلبة في الاجتماع حيث كان كبراء العائلة يتساءلون فيما بينهم حول موضوع واحد وهو كيف تجرأت جمانة على أن تقاطع حديث كبيرهم حتى وإن كان والدها هدوء أيها السادة قال جبار ذلك وهو يضرب صخرة الاجتماعات بقبضة يده الضخمة ثم تابع قائلا بعد أن التزم الجميع الصمت هل تعلمين أن زواجك من بحر سيكلفك قوة النار خاصتك وبأن عينيك الحمراء ستنطفئان إلى الأبد ولن يكون في استطاعتك إشعالها مجددا وبأنك ساء وبأنني سأصبح عجزة مثل البشر تماما قالت تكمل عن والدها جملة وتضيف أعلم كل ذلك يا أبي وهل تعلمين أيضا بأن قرارا كهذا ربما قد يحرم أطفالك قوة النار لا أريدهم أن يحصلوا عليها قالت ذلك ثم أضافت وإن حدث يوما ورزقت بمولود يحملها فإني سأبذل قصار جهدي حتى أبقي الحقيقة عنه سرا فلا يستخدم قوته أبدا سرتها مهمة في الاجتماع بين كبراء العائلة عندما سمعوا بأن جمانا لا تريد لأطفالها الحصول على قوة النار وأنها إن رزقت يوما بمولود يحمل القوة بداخله فإنها لن تخبره بالحقيقة ضرب جبار صخرة الاجتماعات السوداء بقبضة يده الضخمة هدوء أيها السادة ثم أضاف وهو ينظر نحو ابنته بفضول دعونا نفهم منها لماذا لا تريد لأطفالها أن يحصلوا على القوة تكلمت قائلة بعد أن التزم الجميع الصمت حصول أحد أبناء على قوة استثنائية خارقة للطبيعة البشرية سيثير بالتأكيد شكوك زوجي وقد يعرض أمري للافتضاح أصيب جبار بالدهشة مما سمعه للتو فعلق هذا يعني أنك ستخفين حقيقة أصلك عن بحر ولن تخبريه بأنك من الجن إنه يكره الجن وأخاف أن يهجرني إن عرف بالحقيقة وهنا ومن اللا شيء اقتحم التاج عليهم الاجتماع وهل تعلمين أياتها الحمقاء بأن زواجك من مخلوق طيني ذاك سأ بحر قاطعتها لديه اسم يا أمي إنه يدعى بحر تبا لك يا جمانة رد التاج وأردفت بغضب وهل تعلمين أن زواجك منه يعني التخلي عن كونك فردا من أفراد عائلة الأباطرة وهنا صمتت جمانة لبعض الوقت وكأنها كانت تعرف ذلك القانون جيدا غير أن صمتها ذاك لم يدم طويلا وأجابت في الأخير بثقة سيصبح بحر حينها عائلتي وسنكون أنا وهو عائلتنا الخاصة وهل يعرف أبوك من هو بحر سأل التاج بخبث كمن يدفع شخصا من قمة رأس جبل انظري إلى عينيه وأخبريني استرعت تلك الكلمات انتباه جبار الذي نظر نحو ابنته وسأل هل هناك شيء لا أعرفه؟ بتوتر لم تتمكن من إخفائه همست نعم لقد كان بحر في السابق يعمل مع الجثو اتسعت عينيه جبار ولم يعلق لفرط الفاجعة بينما أصيب كبراء عائلة الأباطرة بالخرس لهول المفاجأة قال التاج تخبرهم بالمعلومة الناقصة التي لم تقلها لهم ابنتها بل إنه كان واحدا من أكبر قادات الجثوم دافعت جمان عنه أخبرني بأنه نادم على ذلك يا أمي ولقد قطع لي وعدا بعدم العودة للعمل معهم ثم أضافت بعينان وأنا أثق به وسأتزوجه لا تصدقي وعدا يقطعه لك رجل قالت ذلك ثم التفتت نحو زوجها جبار بعتب قل شيئا لماذا تبدو موافقا كيف تسمح لابنتك بالوقوع في هذه المصيبة وتابعت بحسرة ألا يكفي لابن الذي خسرناه من قبل ولم نعد نعلم عن أمره شيئا تمتم جبار بحدة وكأنه لم يكن راضيا عن وجود تاج بينهم يكفي غير أنها لم تكتفي وأكملته تنظر مباشرة لعينيه هل ستدع ابنتك تتزوج ذلك البشرية دون أن تحرك ساكنا تدخل جمان بنفاذ صبر قلت لك بأن له اسما يا أمي اسمتي أنتي صرخ التاج في وجهها كأفعى تدافع عن بيضها ثم أضافت بغضب متفجر هل تظنين أننا سنقف أنا وأبوك مكتوفي الأيدي بينما نشاهدك تقفزين نحو الهاوية ضرب جبار الصخرة السوداء بخوة كادت تقسمها لنصفين فصمت التاج والتفتت جميع الرؤوس نحوه حبيست الأنفاس في انتظار قراره الأخير والذي سينفذه الجميع من غير مناقشة قال وهو يوزع نظره في وجوه كبراء العائلة جميعنا سنحترم ما تقرره جمانا طالما أن الأمر لن يضر أحدا من أفراد عائلتنا وأضاف فلتتزوج من تشاء هذه حياتها ولديها كامل الحرية في أن تعيش بالطريقة التي تراها مناسبة ولكن جمال منذ اليوم ووفقا لقانون العائلة فإنها لم تعد واحدة منا لقد تخلت عن كونها فردا من أفراد الأباطرة بموافقتها على الزواج من مخلوق بشري حاول التاج أن تطعن في القرار إنها لا تعرف مصلحة نفسي أصمتي أيتها اللعينة قاطعها جبار وهو ينظر إليها بحقب فأحنت رأسها بحزن واختفت دون أن تضيف شيئا ثم نهض من مكانه وهو يقول سنرحل عن هذه الغابة فلن تعيش عائلة الأباطرة بجوار البشر مرة أخرى يكفي ما خسرناه حتى الآن سنجد لنفسنا مكانا آخر نختبئ فيه وهنا ينتهي الاجتماع لم يأتي اليوم التالي إلا وقد غادر جميع أفراد عائلة الأباطرة خلف جبار باستثناء تاج التي قررت أنها لن تغادر وذلك من أجل البقاء قريبة من ابنتها ورغم أن جمان أخبرتها بأنها لن تعترف بها وبأنها ستقوم بصدها في المستقبل كلما حاولت الاقتراب منها إلا أنها لم تكترث لذلك وقالت بحنان أم لا تغضب من أبنائها مهما عقوها اكفيني أن أتنفس من ذات الهواء الذي تتنفسين منه يا ابنتي وصلت جمانا إلى بيتها أخيرا تسللت بحذر إلى الداخل حتى لا يستيقظ ابنها ويفسد عليها الأمر أخذت الوسادة التي نام زوجها عليها البارحة وعادت للجلوس في العربة لينطلق بها سابح عائدا نحو القلعة وفي الطريق حاولت أن تصفي عقلها من الذكريات حتى تبدو متماسكة وثابتة أمام والدتها وعندما وصلت القلعة وجدت أمها لا تزال تقف في مكانها تنتظر عودتها هبطت جمانا من العربة الخشبية خذي قالت وهي تمد الوسادة لا تزال رائحته فيها هذا جيد تم تمتاج سأزورك غدا في المساء ومعي الخبر بقيت هناك مشكلة واحدة يا أمي أعربت عن قلقها الطفل لن يسمح لك بالدخور إنه لا يسمح لأحد بالاقتراب مني هذا بالإضافة إلى أنه بالتأكيد سأسألني عن سبب وجودك في البيت وعندها لن أعرف كيف أجيد لا عليكي هذه ليست مشكلة سأتصرف معه وفي مساء اليوم التالي كان الطفل جالسا بجوار والدته يرسم بحجر الفحم على ورق البردين محاولا تطوير مهاراته في الرسم عندما لاحظ أمرا غريبا فقد كانت أمه لا تتوقف عن التحديق من خلال النافذة تنظر بقلق واضح نحو باب البيت كما لو أنها تنتظر قدوم شخص ما سألها هل كل شيء على ما يرام لم يتلقى منها إجابة أتأكد أكثر بأن ثمت شيئا غير عادي يحدث هل تنتظرين قدوم أحد لم تجب عليه للمرة الثانية فأضاف بعصبية ما بك يا أمي انتبهت إليه فأجابت بتوتر ومن غير أن تكف عن تحديقها نحو الباب لا شيء يا صغير لا تشغل بالك وفي تلك اللحظة بالضبط طرق أحدهم الباب فقالت وهي تنهض واصل تمرينك في الرسم بينما أذهب لأرى من هناك أمسكها من طرف ثوبها قبل أن تبتعد رجال البيت هم من يفتحون الباب حين فتح الباب وجد امرأة كبيرة في السن تحمل في يدها وسادة ضيضاء وفوق رأسها بأمتار يرفرف طائر أحمر اللون ذو أجنحة طويلة تذكرها فورا إنها تلك المرأة التي تهجمت عليه وعلى أمه في ذلك اليوم سألت هل أمك هنا أيها العفريت الجميل؟ كان يريد أن يغلق في وجهها الباب لكنه لم يتمكن من ذلك فقد تجمد الباب في مكانه فجأة اقتربت منه تاج وهي تردد بصوت منخفض وبطريقة سريعة كلمات غير مفهومة المعاني بالنسبة إليه وحين انتهت نفثت من ريقها على وجهه ثم أعادت تطرح السؤال عليه هل أمك هنا أيها العفريت الجميل؟ نعم قال بشرود وهو يشير نحو الغرفة هي تجلس هناك على الرغم من أنه كان يتنفس بطريقة جيدة وجميع وظائفه الحيوية تعمل بكفاءة عالية إلا أنه لم يعد في استطاعته تحريك أطرافه أو الشعور بشيء مما يدور حوله تمتلكين ابدا مزعجا قالت وهي تدخل سامحيني على ما فعلته به من خلال النافذة نظرت جمانا نحو ابنها فوجدته متصلبا في مكانه لا يتحرم ويلي ما الذي فعلته به؟ تعويذة بسيطة ستضمن لنا بقاءه هادئا ريث ما ننتهي من حديثنا أتوسل إليك يا أمي ألا تفعلي به شيئا سيئا أتعلمين؟ إنه يذكرني بك كثيرا يا جمانا فعندما كنت بمثل عمره كنت شيئا مزعجا للغاية ثم أضافت طمئنها على كل حال لن يحدث له شيء سأعيده لك مثل ما كان قبل أن أرحل أعادت الوسادة في البيضاء لابنتها خذي لقد استفدت منها كثيرا وأضافت فمن غيرها ما كان في استطاعة العثور عليه وما الذي توصلت له؟ أجاب التاج ببرود وهي تجلس لقد عاد بحر للعمل مع الجسوم وأنتي وابنكي في خطر مميت ثم أضافت زوجك يعيش الآن في بيت واحد مع فتاة سمراء من قرية السحرات اسمها أيار تقص شعرها مثل الصبيان ورغم نحالتها إلا أن عليها اللعنة تمتلك مؤخرة ضخمة تشبه مؤخرة فرس النهر كان بحر في الماضي يعد واحدا من أحد أكبر القادات في منظمة كبيرة اسمها الجاثوم تقم بممارسة الجريمة في جميع مدن وقرى مملكة أبابيل من غير أن تتمكن أجهزة الدولة رغم الجهود المبذولة من إلقاء القبض عليها أو على أحد أفرادها نظرا للبراعة والخفة التي يتمتع بها أفراد تلك المنظمة ولكن بعد أن التقى بحر بجمان وأصابهم الحب بسهامه اختلف كل شيء فقد أقلع عن العمل مع منظمة الجاثوم نهائيا وقطع لها وعدا بأن لا يعود لهم لذلك أصاب الإحباط قلبها وهي تسمع ذلك الخبر هل أنت واثقة بما قلته يا أمي؟ ما كنت لأنقل لك خبرا كهذا لو لم أكن واثقة منه ولكنه وعدني بأن لا يعود للعمل معهم لقد نصحتك من قبل بأن لا تصدقي وعدا يقطعه لك رجل يبنتي صمتت جمان لبعض الوقت ثم سألت ما الذي يجب علي أن أفعله؟ عليك أن تحزمي حقائبك وتأتي للعيش معي في القلعة قال التاج وأضافت فهناك في الغابة ومع وجودي أنا وإكليل لن يستطيع أحد الاقتراب منك أو من ابنك عندما سألت جمانا قبل قليل ما الذي يجب علي أن أفعله؟ كانت تقصد أن تقول ما الذي يجب عليها أن تفعله مع زوجها وما هي الطريقة الأنسب للتصرف معه؟ ولم تكن تقصد الشيء الذي فهمته تاج لذلك فقد قالت بعناد سأبقى حتى يعود زوجي وأتحدث معه بخصوص هذا الأمر الحب بالنسبة للمرأة هو أهم معركة في حياتها والمرأة بطبيعها العنيد لا تنسحب أبدا من معاركها حتى وإن كانت خسارتها مؤكدة كانت تلك إحدى أكثر معادلات الحب التي لم تتمكن تاج من استيعابها لهذا فقد أجابت بغضب تبا لك ولزوجك يا جمانة ولهذا القلب الذي تمتلكينه أقول لك أن زوجك عاد للعمل مع منظمة الجاثوم وبأنك وابنك في خطر مميت وأنت تقولين لي بأنك سوف تنتظرينه حتى يعود لو كنت مكانك لهربت تقولين ذلك لأنك لم تجرب أن يتعلق قلبك بأحدهم هل أبدو لك غبية للحد الذي يجعلني أعلق قلبي بأحدهم؟ تجهلت النقاش مع والدتها في ذلك الأمر وسألت فقد قولي لي أين أستطيع العثور على بحر؟ لن أخبرك لماذا؟ قالت معطردة هذا ما جئتك من أجله البارحة لأنك ستموتين لو حاولت اكتشاف الحقيقة رغم الكلام الخطير الذي نقلته إليها تاج إلا أن جمانة لم تكن تفكر فقط في أمر عودة زوجها للعمل مع المنظمة بل كان ثمة شيء آخر يشغل بالها وهو تلك الفتاة التي اسمها أيار والتي يعيش معها زوجها في بيت واحد وعن الأشياء التي قد يفعلانها خلف الأبواب المغلقة عندما يحل الليل عليهما وتقرع الشهوة طبولها لقد اشتعلت الغيرة في قلبها ولا شيء يصبح أكثر جنونا وغباءا من امرأة تغار حدثيني عن تلك التي تسكن مع زوجي انفجرت عليها تاج هل هذا وقت الغيرة أيتها الحمقاء؟ هي تعلم بأن والدتها على حق ولكن من عساه يقنع قلبها بذلك لقد كانت الغيرة تحرقها مثل عصر ليمونة فوق جرح نازف ورغم هذا إلا أنها لا تستطيع أن تكف عقلها عن التفكير بهذا الأمر كان ثمة شعور داخلي يقول لجمانة بأن هناك شيئا ما أجبر زوجها حتى يعود للعمل مع الجسوم ورغم أن ذلك لم يكن يتعدى كونه مجرد إحساسا فقط إلا أنها كانت واثقة من صدق إحساسها قالت أريدك أن ترتب لي موعدا لمقابلة أبي لماذا تريدين مقابلته؟ أريده في أمر أتوسل إليك أن ترتب لي موعدا معه أنت تعلمين بأن الشخص الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك هي الوزيرة خيزران وأين هي خيزران؟ وكيف أستطيع العثور عليها؟ انزعج التاج من ذلك الطلب فقالت أخبريني بصراحة ما الذي تريدينه من والدك؟ أريده أن يحرب الجسوم فهذه هي الطريقة الوحيدة التي قد تعيد لي بحر لن يوافقوا قالت قاطعة عليها الأمل أنت لم تعود واحدة من العائلة حتى يوافقوا على مساعدتك كما أنك تعرفين بالأمور الفضيعة التي حدثت قديما بين الأباطرة والجاثوم وهم ليسوا مستعدين لتكرار تلك التجربة مرة أخرى أحس التاج بخوف ابنتها التي صمتت ولم تعلق لذلك أردفت ليس ضروريا أن تأتي للقلعة أستطيع البقاء هنا لحمايتك إن أردت لا فقد يأتي بحر في أي وقت ولن يكون مسرورا لو جاء ورآتني هنا لن يا رعني سأغادر في اللحظة التي يدخل فيها من الباب والطفل ماذا سأقول له حين يسألني عنك؟ أنا أمك يا جمانة وأنا جدته أيضا هو لا يعرف ولا أريده أن يعرف بأنك جدته قالت جمانة ذلك ثم وضعت يدها على فمها ونظرت نحو والدتها بندى وكأنها انتبهت للخطأ الفضيع الذي أوقعت نفسها فيه أقصد أن أقول لا تقولي شيئا قطعتها لا تسيء فهمي كل ما في الأمر هو أني لا أريده أن يعرف بأنك جنية قالت تاج ثم همست بوجع لقد حفظت الدرس جيدا لا داعي لأن تكرريه علي كل ما التقينا أرجوك لا تغضب مني يا أمي تجهلت تاج ذلك الكلام ثم قالت في محاولة أخيرة لمساعدة ابنتها خذ ابنك وهربي به بعيدا لم تكن الفكرة مناسبة لجمانة فهي ليست من ذلك النوع الذي يعالج مشاكله بالهرب وفي الوقت ذاته تعلم بأنها مهما ابتعدت كثيرا فإن جميع الطرق في النهاية ستقودها نحو الشخص الذي يسكن قلبها الأمور لا تسير بهذه البساطة يا أمي همست بخيبة أيقن التاج أخيرا بأن لا فائدة ترجى من الحديث مع ابنتها العنيدة لذلك فقد سارت نحو الباب الخشبي لتغادر ولكنها قبل أن تذهب توقفت مباشرة أمام الطفل الذي لا يزال متصلبا في مكانه مثل تمثال شم وقالت إنه جميل جدا يا جمانة فبالرغم من كونه ذكر إلا أنه يشبهك كثيرا ماذا أقول له حين يستيقظ من غفوته هذا لا تقلقي لن يكون من السهل عليه أن يتذكر وقبل أن تزيل عن الطفل مفعول التعويذات قالت هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين إخباره بالحقيقة لقد انتهينا من هذا الحديث يا أمي إنه يستحق أن يعرف بأنه مختلف يا ابنتي إنه ابن بحر ابن الطين هل نسيت؟ ابتسم تاج بمكر وهي تقول هيبدو أن هناك خلل يصيب عقول الذين يقعون بالحب ماذا تقصدين؟ أنت هي التي انطفأت عيناك وزالت قوة النار خاصتك نهائيا بعد ارتباطك ببحر ثم وضعت يدها فالفقل بحفيدها وتابعت ولكن هذا الولد يمتلكها وما أدراك أنت؟ سألت بشكل لأنني سمعتها في صدره عندما قمت بحمله بين يدي لأول مرة وهنا فهمت جمان الأمر وعرفت لماذا جاءت والدتها لزيارتها في ذلك اليوم لقد جاءت فقط لكي تتحقق مما إذا كان المولود يمتلك القوة بداخله أم لا لهذا طلبت تاج منها أن تتمنى له حياة سعيدة بينما في الحقيقة لم تفعل ذلك بل ألقت في أذنه التعويذة التي اكتشفت من خلالها بأن ذلك المخلوق يملك بداخله الطين والنار قالت بغضبي من تعرض لخيانة لقد فهمت سبب مجيئك إلي في ذلك اليوم لم تحاول تاج الدفاع عن نفسها وقالت معترفة هذا الولد يستطيع أن يصبح قويا جدا يا جمان لو أنك سمحت لي فقط بتحريك النار في داخله قبل أن يتجاوز مرحلة البلوغ ويصبح عندها ذلك الأمر مستحيلا رفعت جمانا يدا نحو الباب ثم قالت بحزن ارحلي من هنا حاولت الأم أن لا يبدو عليها الحزن وهي تشاهد ابنتها تقوم بطردها من البيت ورغم ذلك إلا أنها قالت بكبرياء لا يخلو من انكسار واضح كما تشائين يا ابنتي ثم وضعت يدها فوق رأس الطفل وقرأت بينها وبين نفسها كلاما بصوت خفي وقالت قبل أن تغادر سيحتاج لبعض الوقت قبل أن يختفي مفعول التعويذة عنه بعد قليل من الوقت بدأت عيناه تستعيدان قدرتهما على الرؤية وبدأ يشعر بالدم وهو يجري في عروق جسده ثم شيئا فشيئا بات في مقدوره الإحساس بالأشياء من حوله هل أنت بخير؟ قالت أمه هل تريد أن أخذك إلى حكيم القرية؟ لم يتكلم بل راح يركض نحو الباب فتحه لكنه لم يجد أحدا قال كانت هناك امرأة تقف في الخارج لا لم يكن هناك أحد في الخارج قاطعت ولكني رأيتها وكان معها عصفور كبير لونه أحمر طوقته بين ذراعيها وهمسه إنها تخيلات لم يكن هناك أحد كان يؤمن بأن أمه لن تكذب عليه لذا فقد صدقها وكذب عينيه معك حق تمتم لم يكن هناك أحد إنها تخيلات هل أستطيع أن أطلب منك شيئا يا صغيري؟ أي شيء لأجلك؟ أبوك؟ ما به؟ فاتش عنه أعثر عليه حتى لو كان مختبئا تحت الأرض انطلق الطفل للتفتيش عن والده في دروب القرية المتشابكة ولفرط حماسه في البحث فقد ابتعد كثيرا حتى وصل لنقطة اختفت فيها البيوت تماما عن مجال نظره ووجد نفسه وحيدا أمام غابة كبيرة كان منظرها من الخارج يغريه للدخول إليها ولكنه ما كذا يتقدم خطوتين باتجاهها حتى سمع فحيح صوت أنثوي مهيب ينبعث من عمق الغابة يقول محذرا لا تدخل أيها الصغير من أنت؟ سأل اسمي تارة وأنت ابن جمانة أليس كذلك؟ كيف عرفت؟ قال مندهشا أنت تشبه أمك كثيرا تعرفين أمي؟ أنا وسمو الأميرة جمانة كنا صديقتين في الماضي أمي أميرة؟ لم يجبه أحد وامتد الصمت طويلا وكأن صاحبة ذلك الصوت اكتشفت أنها قالت شيئا ما كان ينبغي لها أن تقوله حاول الطفل أن يحقق معها بشأن تلك المعلومة غير أنه بدا كما لو أنه كان يتحدث لوحده مع الأشجار العالية لتلك الغابة ثم فجأة عاد الصوت مجددا بعد انقطاعه ما الذي جاء بك لهذه المنطقة؟ كنت أبحث عن بحر عندما وجدت نفسي بالصدفة هنا أمك طلبت منك أن تفتش عنه؟ نعم أجاب هي طلبت مني ذلك عد إليها وقل لها بأن لا تفتش عنه أبدا هنا وفي هذه اللحظة سمع الطفل صوتا آتيا من الخلف يقول ماذا تفعل القملة الصغيرة في مكان خطير مثل هذا؟ كان سعيدا بلقاء أيوب للحد الذي جعله يركض من غير شعور نحوه لمعانقته هل كنت تتحدث مع أحدهم أيها الصغير؟ كنت أتحدث مع تارة قال وهو يشير بإصبعه نحو الغابة هذه الغابة مهجورة ولا يسكنها أحد ولكنني واثق من أنني كنت أتحدث مع أحدهم أخبره أيوب بأن تلك المنطقة اسمها الغابة المظلمة وهي مهجورة منذ زمن بعيد وبأن أحدا لم يسبق له من قبل أن دخلها وخرج منها حيا لذلك فلا أحد يعرف ما فيها وعندما سأل الطفل عن سبب تسميتها بالغابة المظلمة أجابه أيوب قائلا لأنها مظلمة طوال الوقت فحتى أشعة الشمس بالكاد تستطيع الدخول إليها بسبب الأشجار الكثيفة التي تغطي أراضيها ثم سأله خارجا عن موضوع الغابة ولكن لم تقل لي ما الذي أخرجك من البيت تذكر طلب والدته فقال للبحث عن بحر وأضاف هل تعرف أين أجده؟ لا 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 أنا لا أعرف مكان والدك كما أني لم أره منذ مدة طويلة كانت أدوات النفي الكثيرة المستخدمة في الإجابة دليلا على أنه يكذب أنت لا تقول الحقيقة صاح أخبرني أين أجده؟ أخبرتك بأني لا أعرف أيها الصغير وهنا قال مهددا ألم تخبرك أمك إلى أي مكان مخيف يذهب أولئك الذين يكذبون؟ صمت أيوب قليلا تذكر ما حدث له قبل أعوام طويلة حين كان صبيا يباع ويشترى مثل سلعة في أسواق الجوار والعبيد إنه لا يذكر شيئا عن ماضيه السحيط ولم يجرب طيلة حياته معنى أن تكون له عائلة لا لم تخبرني كان يجب عليها أن تخبرك بأن الكاذبة يذهب إلى الجحيم يا أيوب إلى الجحيم أتفهم؟ ابتسم أيوب وهو يشاهد عصبية الطفل والذي أكمل يقول سأكرر سؤالي مرة أخرى عليك وأريد أن تكون صادقا في إجابتك معي هذه المرة اتفقنا؟ هز أيوب رأسه موافقا بينما صاح في وجهه معطردا لماذا لا تقول اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا كرر سؤاله هل تعرف أين أجد بحر؟ كان أيوب يدرك في قرارة نفسه أنه من الخطير جدا إخباره عن المكان الذي يقيم فيه والده ورغم ذلك إلا أنه لم يتمكن من مواصلة الكذب فقد كانت هناك طاقة غريبة تنبعث من الطفل وتؤثر في عقله مباشرة وتجبره على قول الحقيقة قال أيوب وهو يبتعد اتبعني سأقودك إلى مكانه بعد مسافة طويلة جدا قطعها معا سيرا على الأقدام توقف أيوب فوق إحدى الهضاب المرتفعة المكسوة بالأعشاب والمروج الخضراء وأشار بإصبع ضخم كما حبت الكوسة نحو بيت ضيق كان ينهض وحيدا بالقرب من أحد الأنهار تجده هناك ثم أضاف ولكن قبل أن تذهب يجب علي أن أحذرك من ماذا؟ من الفتاة التي ستفتح لك الباب الفتاة التي ستفتح لي الباب؟ اسمها أيار قال أيوب ثم أضاف اسألها عن موعد عودة بحر واحذر من أن تقول لها بأنه أبوك هل تفهم؟ ماذا أقول لها إذن؟ لا أعرف أي شيء ولكن المهم ألا تقول لها بأنه أبوك ثم تابع كما يجب عليك أن لا تجب عن أي سؤال آخر توجهه إلي لماذا؟ كف عن طرح الأسئلة أيها المزعج وافعل كما أخبرتك سار الطفل نحو البيت الذي أشار إليه أيه كان بيتا صغيرا صنعا من الحجارة والطين وجذوع الأشجار وكان منظره الهادئ من قريب يوحي بألا أحد يسكنه الأمر الذي جعله يلتفت للخلف نحو أيوب ويقول هل أنت واثق من أن بحر يسكن هذا البيت؟ لكن أيوب كان قد اختفى من مكانه فتسأل الطفل أيوب أين أنت؟ وعندما لم يجد جوابا صاح أين ذهبت؟ أخفض صوتك أيها المزعج قال أيوب الذي كان يختبئ خلف الشجرة سوف أبقى هنا ريثما تطرق باب البيت وتسأل عن والدك لماذا تختبئ؟ كان أيوب يريد شرح الأسباب ولكنه تذكر أن الطفل لن يفهم شيئا اطرق الباب فقط ولا تنسى الأشياء التي أخبرتك بها أي أشياء؟ عاد يكرر عليه لا تخبرها بأنه أبوك ولا تجب عن أي سؤال توجهه إليك طرق الطفل باب البيت لأكثر من مرة دون فائدة وقد كان في طريقه لأن يستدير عائدا وينسحب من هناك لولا أنه سمع في آخر لحظة أصوات أقدام تقترب فتحت له الباب فتاة سمراء نحيفة ترتدي فستانا قصيرا بفتحة صدر واسعة يظهر أغلب مناطق جسدها السرية هل بحر يسكن هنا؟ سأل وهو يختلص نظرة للداخل نعم ولكنه ليس هنا الآن ثم سألت ولكن من أنت؟ أراد الكذب لكنه لم يكن معتادا على ذلك فقال بحر إنه هو أبي تبدل وجه أيار وهي تقول أنت ابن عقربة الجن إذن؟ لم يفهم لذي كانت تقصده بقولها عقربة الجن فقال متجاهلا أريد أن أتحدث مع بحر في أمر مهم هل هو هنا؟ إنه ليس هنا الآن ثم أضافت بمكر لكي تستدرجه في الكلام ولكنني أستطيع أن أخبره بما تريد عندما يعود انطلت تلك الحيلة عليه فقال أخبريه بأن أمي ترغب في رؤيته مرة أخرى ارتفع حاجباها للأعلى وقالت كمن يقع على سر خطيب هل جاء والدك لزيارتكم في الأيام الماضية؟ نعم قال جاء لزيارتنا مرتين أصابتها الصدمة عندما عرفت بأن بحر قام بزيارة عائلته سألت وكيف عرفت أنه يسكن هنا؟ هل هو من أخبركم؟ أيوب أخبرني أيوب أخبرك؟ سألت مندهشة وأين هو؟ أشار نحو الشجرة التي يختبئ خلفها هناك خلف تلك الشجرة عندما عرفت أيار أن أيوب خلف الشجرة دخلت البيت وتناولت شيئا في يدها لم يعرف الطفل ما هو لأنها دسته تحت قطعة من القماش وخبأته خلف ظهرها اتجهت نحو الشجرة تسير بحذر على أطراف أصابعها ولكنها عندما نظرت للجهة الأخرى لم تجد أحدا لا يوجد أحد هنا هل كنت تكذب؟ أنا لا أكذب اختفت أيار من مكانها بتأثير السحر ثم ظهرت أمامه بلمح البصر وربما اقترابها الشديد منه هو ما سمح له برؤية العروق السوداء الدقيقة والتي لفرط غضبها أصبحت تغطي وجهها أمسكته من تلابيب ثيابه بيد واحدة ورفعته بضع بوصات عن الأرض ثم وباليد الأخرى التي كانت تخبئها خلف ظهرها جعلت تقرب من عند رقبته خنجرا حاد النص سأقتلك إن لم تخبرني عن هوية الشخص الذي دلك على هذا البيت أنا لا أكذب إنه أيوب ضغطت بالخنجر على رقبته أكثر لا تكذب قالت وهي تقرب وجهها منه حتى لعقت بلسانها الطويل شفتيه المقتنزة وكأن الساحرة بتلك الطريقة كانت تتذوق الصدق في كلامه شعر الطفل بالشمئزازي وهو يمسح شفتيه بكف يده صدقيني قال مرعوبا أفلتته من يدها وقالت قبل أن تدخل للبيت وتغلق الباب في وجهه من الأفضل لك ألا تدعني أراك مرة أخرى بعد ذلك ذهبت نحو مطبخها فتحت درجان صغيرا أخرجت منه قارورة مستطيلة مرسوم على زجاجها صورة لعظمتين متقاطعتين وجمجمة مكتوب أسفلها كلمة من حرفين ثم أخرجت جرى تماء صغيرة بنية اللون وطبقا من الطعام لونه أبيض لقد أخطأ أيوب كثيرا عندما دل الطفل على البيت الذي يسكن فيه والده ولكنه لم يفعل ذلك إلا لأنه حقا كان تحت تأثير شيء غامض ينبعث من عينيه البندقيتين اللون يجبره على قول الصدق وما يجعله الآن يشعر بالخوف أكثر هو إدراكه أن الساحرة آيار لن تسكن بعد أن عرفت بأن بحر ذهب لزيارة عائلته وأن جمانا تسعى لاكتشاف الحقيقة عندما قام أيوب بإصال الطفل إلى البيت انتبه لجرة ماء صغيرة بنية اللون وطبقا من الطعام لونه أبيض كانا يقفان عند عتبة الباب لمن هذا الطبق وهذه الجرة؟ تساءل بشك أما الطفل الذي كان معتادا على أن يستقبل كل يوم من الجيران أطباق الأطعمة وجرار الماء ويدخلها للبيت من غير حتى أن يعرف هوية مرسلها فقد أجاب قائلا يبدو أن إحدى صديقات أمي تركت لنا الأكل هناك كالعادة هز أيوب رأسه وابتعد من غير أن يساور الشك قلبه إذ إنه لم يكن يعتقد أبدا بأن الساحرة ستنفذ حكم الإعدام بكل تلك السرعة دفع طفل باب البيت بقدمه واتجه نحو المطبخ حاملا في يده الجرة وطبق الطعام ووضعهما هناك ثم ذهب لينقل لوالدته الأخبار فقص عليها كل شيء منذ اللحظة التي غادر فيها البيت وحتى عاد إلا أنه نسي إخبارها بما حدث معه عند الغابة المظلمة وذاك الحديث الذي دار بينه وبين تارة شعرت جمانة بالغيرة أكثر من أي وقت مضى خصوصا عندما أكد لها ابنها أن تلك الفتاة السمراء التي اسمها أيار تعيش فعلا في بيت واحد مع والده صف لي تلك الفتاة لقد كانت طوال الوقت غاضبة أريد أن أعرف من أجمل هي أم أنا أنت لأنك لا تغضبين علي مثلها لا أحدثك عن هذا قل لي من الأجمل أنت لأنك لا تقفلين الباب بوجهي وهنا أمسكت جمانة بنها من ثيابه وجرته إلى الخارج تدفعه ركلا بقدمها على مؤخرته وما كاد أن يلتفت نحوها محتجا حتى صفعته على وجهه بقوة أسهلت الدماء من عند فمه لماذا تفعلين هذا بي؟ لم تجب عليه وأغلقت في وجهه باب البيت كما فعلت معه أيار تماما الآن أصبحت أنا وهي متعادلتين قالت جمانة من خلف الباب ثم سأل قل لي من الأجمل أمك أم تلك الفتاة؟ أخذ يبكي بصوت غير مسموع بينما قال لقد غضبت عليك وأغلقت الباب بوجهك مثل ما فعلت أيار معك أخبرني الآن من الأجمل هي أم أنا؟ أنا لا أحبك كانت تلك الكلمة التي قالها ابنها أشبه بصفعة يتلقاها شخص استيقظ للتوي من نوم طويل لم تصدق جمانة ما سمعت ففتحت الباب على مهل وأطلت برأسها للخارج ثم سألته بدهشة ماذا قل؟ لماذا تفعلين هذا بي؟ صاح في وجهها أنا أكرهك قال ذلك ثم راح يركض عنها بعيدا دون أن يستمع إليها وهي تهمس لا تذهب أرجو فتحت الباب لتلحق به ولكن صوتا ما جاءها من الخلف أوقفها جمانة قال أحدهم خفق قلب جمانة بشدة إذ إنها كانت تعرف جيدا رمين ذلك الصوت الأشبه بفحيح أفعى التفتت للوراء ببطء شديد واحتاجت للكثير من الوقت حتى استوعبت أن الذي تشاهده أمامها حقيقة وليس وهما تصوره لها ذاكرة الحني سألت غير مصدقة أنت؟ هناك أمر خطير جئت لأخبرك به ثمانية ظنت جمانة أنه مهما كان ابنها غاضبا منها فإنه سيعود إليها قبل غروب الشمس ولكن الشمس غربت منذ أكثر من خمس ساعات ولم يعد فبدى وجهها أكثر شحوبا وأصبحت نظراتها شاردة كما لو أنها ستصاب بعد قليل بالعمى ما الذي أصابها حتى تصفعه على وجهه وتطرده خارج البيت بتلك الطريقة هي نفسها لا تملك إجابة عن تلك الأسئلة التي تدور في عقلها ولكنها كانت تعرف شيئا واحدا فقط وهو أنها أصبحت شخصا آخر عندما بدأ قلبها يشتعل بالغيرة وبينما كانت مجغولة بالبكاء والندم على ما فعلته به لم تنتبه جمانة إلى صرير مفاصل باب البيت وهي تطلق أنة خفيفة تشي بأن أحدهم قد جاء ثم فجأة امتدت يد في الهواء وربتت على شعرها الرمادي الناعن لا تبكي رفعت رأسها ونظرت نحوه بندم آسفة لم أكن أقصد أن أغلق فمها بيده الصغيرة العابقة برائحة الدموع والتراب والحزن أنت أجمل منها قال الطفل أنت أجمل أم في الدنيا كلها ما الذي أفعله لكي تسامحني قصة قال مبتسما ثم مد يده كي يساعدها على النهوض اتفقنا اتفقنا قالت وهي تمسك ذراعه وتستعين بها لتنهض ولكن قبل أن يذهبا إلى غرفة النوم توقف الطفل مكانه وقال هناك شيء آخر أريده منك يا أمي أي شيء لأجلك أريدك أن تنسعه ثم أضاف بصوت جاد أعني بحر جلست على ركبتيها حتى تصبح في مستوى طوله وقالت أهلدك في خطر وهو بحاجة للمساعدة أي خطر لست متأكدة قالت بتردد ورغم أنه لم يكن يحب والده إلا أنه أيضا لم يكن يتمنى له الشر إذن دعينا نذهب إليه حتى نرى ما به لقد تأخر الوقت سننام عندما نستيقظ نذهب إليه اتفقنا اتفقنا كانت جمانة في تلك اللحظة تشعر بالضعف أكثر من أي وقت مضى مشتتة هي بالأحداث التي تدور حولها تخاف من كل شيء وليست واثقة من قدرتها على الصمود أو كتم الأسرار في صدرها تشعر بأنها تائها في فضاء مظلم حيث لا إنارة ولا إشارة تهتدي بها للطريق الصحيح تتمنى من كل قلبها لو كان بإمكانها وضع حد لكل الأشياء التي تحيط بها نظرت نحو ابنها وقالت أحضر لي بعض الماء ثم تعالى لأحكي لك قصة ذهب إلى المطبخ أمسك بجهل جرة الماء البنية التي كانت الساحرة أيار قد وضعت فيها السم ثم صب منها الماء لوالدته وعاد ليعطيها الكأس وهو لا يعلم بأنه كان يقدم لها الكأس الأخيرة عندما أفرغت والدته كأس الماء في جوفها سألها ببراءة هل أحضر لك المزيد؟ ردت وهي تمسح فمها بكف يدها لا هذا يكفي ثم ولأن موعد النوم اقترب فقد قالت هل أنت مستعد لسماع القصة؟ ليس قبل أن أطفئ قناديل الحائط وأغلق الأبواب والنوافذ أما جمانة فقد بدأت تشعر بزوبعة خفيفة تدور في رأسها قالت لطفلها قبل أن يغادر لا تتأخر حين عاد إليها بعد أن أكمل مهمته التفقدية على مرافق البيت وجدها ممددة فوق فراش النوم تمسك بطنها بكلتا يديها وتتألم بشدة سألها ما بكي؟ هل تشعرين بالتعب؟ ولأنها لم تكن تريده أن يقلق عليها فقد أبعدت يديها من عند بطنها واستوت في جلستها متكئة بظهرها على حائط الطين الذي اتكأت عليه عندما حملته بين يديها لأول مرة صنعت على وجهها المرهق ابتسامة زائفة وقالت لا تقلق أنا بخير هل أنت مستعد لسمع القصة؟ تمدد بجوارها مثل جرو صغير يتمدد بجوار المدفأة في ليلة شتائية مستعد أكثر من أي وقت مضى قال بحماس بدأت جمانة قصتها منذ وقت طويل طويل جدا كان هناك طفل صغير وأم تحبه جدا كان يعيشان في كوخ بعيد بعيد جدا ذات يوم رحلت تلك الأم عن ابنها الصغير وتركت له عند صديقتها سرا خطيرا خطيرا جدا نظرت لعيني ابنها وسألته كمعلم يختبر تركيز أحد طلابه ماذا تركت تلك الأم لطفلها الصغير؟ تركت له عند صديقتها سرا خطيرا خطيرا جدا انظر إلى عيني وأعد علي القصة قالت وقد بدأ مفعول السم في الظهور أنت تتعرقين همس بخوف وهو يمد يده إلى جبينها ثم أضاف جبينك ساخن وهي تبعد يده عن جبينها قالت لا تهتم انظر إلى عيني وأعد علي القصة وهو ينظر إلى عينيها قال منذ وقت طويل طويل جدا كان هناك طفل صغير صمت أكمل لماذا سكت؟ أكمل ببطء محاولا أن يتذكر تفاصيل القصة كان هناك طفل صغير وأم تحبه تحبه جدا كان يعيشان في كوخ بعيد بعيد جدا ثم ذات يوم رحلت تلك الأم تردد قليلا وكأنه نسي المقطع القادم فساعدته جمانا هامسة وهي تهز رأسها رحلت تلك الأم عن ابنها الصغير ها وماذا بعد؟ آه نعم تذكرت رحلت تلك الأم عن ابنها الصغير وتركت له عند صديقتها سرا خطيرا خطيرا جدا أعطته قبلة على جبينه مثل مكافأة ثم قالت لن تنسا هذه القصة يا صغير أليس كذلك؟ لن أنساها همس بحيرة ثم ولأن جمانا لم تقل هذه المرة جملتها الختامية والتي يفهم الطفل من خلالها أن القصة انتهت وأن موعد النوم قدحان فإنه قال باستغراب شديد هل انتهت القصة؟ لا لم تنتهي أكملي إذن ستكملها أنت يوما وتصنع نهايتها بنفسك لم يفهم تلك الأحجية ولكنه حرك رأسه موافقا وقال بقلق لا تجهدي نفسك ارتاحي الآن صحيح أن بطنها كان يؤلمها وكانت تشعر بأن هناك سكاكين حادة تنغرس في جدار معدتها لكنها تظاهرت بأنها بخير كي لا يصاب ابنها بالجزع أغمضت عينيها وهي لا تزال تتكئ بظهرها على حائط الطين هل تحبين بحر يا أمي؟ فاجأها بسؤال مباغت لا لا أحبه همست بتردد ثم مدت جسدها على فراش النوم فذهب ليجلب لها وسادة يضعها أسفل رأسها ولكنه عن غير قصد جلب لها الوسادة البيضاء ذاتها التي كانت تعبق برائحة والده وما إن دسها تحت رأس أمه حتى التقط أنفها رائحة زوجها العابقة فيها فمررت أطراف أصابعها على ظهر الوسادة بحنو كما لو أنها تتخيل نفسها تصافح صدر بحر ثم تمتمت بهمس خافت ها أنت ذاجئت يا بحر لقد اشتقت إليك كثيرا لتويس ألن الطفل إذا ما كنت أحبك أم لا قلت له لا حتى لا أثير حفظته بينما في الحقيقة كنت أقصد ألف نعم ونعم حين استيقظ من نومه مساء اليوم التالي وجد والدته على غير العادة لا تزال نائمة فلم يشاء أن يوقظها من نومه وقرر أن ينتظر بجوارها في صمت حتى تفيق من تلقاء نفسها ولكن غروب الشمس قد اقترب ومر الكثير من الوقت وجمان لم تستيقظ بعد فسأل بشك أمي؟ وعندما لم تجب على نداءاته المتكررة أزال الغطاء عن وجهها فشاهد شيئا غريبا كان وجهها قد أصبح شاحبا تحيط به هالة زرقاء اللون وهناك زغب خفيف عند زاوية فمها وحين وضع أذونه عند صدرها لم يستمع لصوت دقات قلبها انتابه الخوف فوثب قائما وهو يقول يجب أن يأتي الحكيم لرؤيتك 9- كان المطر في تلك الليلة يصب بقوة كما لو أن أحدا فتح جميع صنابير السماء دفعة واحدة وكان البلل الذي أصاب جسد الطفل قد ضاعف من قسوة البرد عليه ورغم الشائعات التي يرددها جميع النساء ورجال القرية في تلك الفترة والتي تقول بأن الوحوشة تفضل ليالي المطر في استياد فرائسها إلا أنه لم يفكر بالاختباء في البيت حتى يهدأ الطقس قليلا بل راح يركض بكل سرعته في أرجاء القرية مفتشا عن بيت الحكيم وبينما هو يركض إذ أطلق الرعد صوتا مرتفعا أدخل الرعب إلى قلبه فأغمض عينيه من شدة الخوف لكنه لم يتوقف بل واصل الرقض تحت المطر ثم وبسبب عدام الرؤية لديه تعثرت قدمه بحجارة بارزة لم ينتبه إليها فسقط أرضا استعانى بيديه لينهض إلا أنه ما كانت أضعف بكثير من أن تحمل جسده في تلك اللحظة وربما بسبب البرد والجوع والمطر استسلم وسقط مغشيا عليه وبعد وقت قصير استيقظ من نومه خائفا بسبب مدافع الرعد التي توالت بشكل مرعب في السماء واحتاج لبعض الوقت حتى يتذكر السبب الذي من أجله وجد نفسه خارج البيت ممددا فوق بركة من الوحل والطين مستلقيا تحت وطأة المطر الغزير الحكيم هاتف متذكرا وبمزيد من الجهد استطاع أن يسند نفسه على يديه ويثب منتصبا ليكمل رحلة البحث عن حكيم القرية ولكنه ما كاد يخطو خطوتين نحو الأمام حتى سمع أصوات أقدام تقترب منه من هناك؟ صاح متسائلا كان المطر لا يزال يضرب بقوة وكأنه يريد أن يلقن الأرض درسا لا تنساه وكان الليل شديد الظلمة وكأن هناك من أطفأ جميع أضواء الكوكم وحدها رياح الشتاء الباردة كانت تغني قصيدة الخوف والحجارة والصخور والأشجار يرددون خلفها آخر بيت في تلك القصيدة كرر سؤاله تحت المطر بصوت أعلى من هناك؟ لم يجب عليه أحد هذه المرة أيضا ولكن وقع الأقدام ظل يقترب منه أكثر وعندما لمعت عروق البرق في السماء وأضاءت حوله المكان استطاع مشاهدة الحقيقة حيث كانت تقف أمامه أربعة ذئاب تنظر إليه سعيدة بوجبتها السهلة راح أكبرهم يتقدم نحوه لا يبدو أن جروى البشر هذا فيه الكثير من اللحم يا رفاق قال الذئب الأكبر لرفاقه ولكنه سيفي بالغرض على كل حال أليس كذلك؟ بلى سيفي بالغرض كررت الذئاب كلام زعينها بحماس أما الغريب في الأمر فهو أن الطفل خيل إليه أنه استطاع فهم ما تقوله تلك الحيوانات المفترسة كلمة كلمة حرفا 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 ولكنه لم يصدق ذلك الأمر بالطبع وفسره على أنه تخيلات ورغم أن الطفل لا يعلم بأنه سيكون وجبتهم القادمة إلا أنه لم يشعر بالخوف بل كان يشعر بالغضب كان غاضبا لأنه يعتقد بأن الوقت ليس مناسبا للموت لقد شعر بأنه سيقوم بخيانة والدته لو أنه مات قبل أن يقدم لها المساعدة يجب عليه أن يواصل البحث عن بيت الحكيم مهما كلفه الثمن إنحنى ليأخذ فردة حذائه وعندما رفع رأسه كانت عينه اليسرى قد تحولت للون الأحمر القاتل ثم راح يهجم قافزا في الهواء بكل قوة نحو الذئب الأكبر وبالتالي قفز ذلك الذئب باتجاهه ولكن وقبل أن يصطدم الاثنان في الهواء حادث شيء ما كان من شأنه أن يقلب الموازين رأسا على عقب قبل أن يشتبك الاثنان في الهواء بلحظة واحدة كان هناك سهم قد انطلق من مكان ما شق له طريقا من بين قطرات المطر ليستقر أخيرا في عنق الذئب الأكبر ويسقطه أرضا اللعنة اهربوا يا رفاق هذا ما قالته بقية الذئاب بعضها لبعض بصوت عال وهي ترى قائدها مستلقيا على الأرض تتفجر من رقبته الدماء انجو بفرائكم وقف الطفل مدهوشا لا يعلم ما الذي حدث تكلم أحدهم تحت المطر وهو يقترب منهما سكا في يده قوسا طوله ستة أقدام كم أنت شجاعة نأيتها القملة الصغيرة المزعجة أيوب هتف الطفل ثم قال بغرابة ولكن كيف عرفت أنني هنا؟ كان أيوب طوال الوقت يحرص بيتهم من بعيد خوفا عليهم من غدر منظمة الجاثوم وأثناء تلك المراقبة استطاع أن يشاهد الطفل وهو يخرج من باب البيت فقرر اللحاق به لحمايته من أي حماقة قد يرتكبها أخبرتني السماء بأنك هنا ثم أضاف ولكنها لم تخبرني إلى أي مكان تريد الذهاب إليه في هذه الليلة المرعبة أمي مريضة وخرجت لطلب المساعدة ما الذي حدث؟ سأل باهتمام يشي بخوفه من شيء ما لا وقت لأشرح لك ولكن إن كنت تريد مساعدتي فخذني للحكيم عند زاوية الطريق كان هناك منزل صغير بدأ أنه كان يقاوم بصعوبة واضحة هجمات المطر القوية مد أيوب صبعا في الهواء مشيرا نحوه ذاك هو منزل الحكيم راح الطفل يطرق الباب بكل قوته كما لو أنه كان يريد تحطيمه ولم يتوقف عن الطرق حتى جاء الصوت الغاضب من الداخل لتصبك السماء بشلل في أصابعك يا من تطرق الباب بهذه الطريقة هل هذا منزل الحكيم؟ سأل أنا أبحث عن منزل الحكيم فتح أحدهم الباب وكان رجلا طويلا في أواخر الأربعينيات من عمره جسده نحيل مثل ساق قصب سكر وشعره منفوش غير مصفف يجعل منظره العام أشبه بمكنسة أوساخ لديه لحية تشبه لحية عنز فحل وكان شاربه الحليق هو الأمر الذي أكسب أنفه بروزا مبالغا به نعم هذا منزل الحكيم أجاب وأنت هو الحكيم أليس كذلك؟ بل زوجته ثم أردف بحده أنت تضيع وقت ماذا تريد؟ كان حينها يرتدي ثوبا طويلا أخضر اللون ويحمل في يده اليسرى كتابا ضخما منخوش على غلافه اسم الترجمان وفي قبضة يده اليمنى يحمل سراجا ينبعث من فتيله المشتعل هسيس ضوء خافت من أنت؟ تسأل وهو يقرب السراج من وجه الطفل وما الذي يفعله صبي في مثل عمرك هنا وفي هذا الوقت المتأخر؟ جئت أخذك لترى أمي إنها مريضة أدخل حتى يهدأ الطقس قليلا ثم نذهب لاحقا لرؤيتها وأضاف متذمرا لكن بهمس منخفض لتقضي السماء على أمهات هذه الأيام كيف يسمحن لأولادهن بالخروج في مثل هذه الأجواء الخطيرة؟ لا تتكلم عن أمي بهذه الطريقة أما الحكيم الذي عرف أنه جرح مشاعره فقط قال آسف لم أكن أعني ذلك تعال ادخل ريث ما يخف المطر هي لم تسمح لي همس وكأنه قابل اعتذاره وأضاف معطيا العذر لوالدته لقد جئتك وهي نائمة ثم ولكي يقنعه بالذهاب معه الآن وبأسرع وقت ممكن فقد جعل يشرح له الحالة التي ترك والدته عليها قال له بأنها لا تتكلم وبأن قلبها متوقف كليا عن المض وأخبره عن الهالة الزرقاء التي تحيط بوجهها الشاحب وعندما انتهى من كلامه لم يكن لدى الحكيم أدنى شك بأن والدة هذا الصبي لم تكن تعاني من مرض ما بل كانت ميتة ثم وكنوع من العزاء وضع الكتاب واستراج جانبا وشمر عن أكمامه وقال حسنا أيها المتهور سأتي معك خذني إليها ما كاد الاثنان يسيران تحت المطر بضع خطوات قليلة حتى صاح الحكيم بخوف وهو يشير بإصبعه نحو الأمام يا للسماء لم أكن أعرف أن في قريتنا غوريلات اعترض أيوب أنا لست غوريلة إنها تتكلم قال الحكيم وهو يمسك الطفل من يده ويجده عائدا نحو المنزل غوريلة تتكلم صاح الطفل هذا صديقي أيوب وهو الذي ساعدني في الوصول إليك اسمها أيوب أنا لست غوريلة قال أيوب بغضب اقترب الحكيم منه كما لو أنه يريد التحقق ثم قال بطريقة مستفزة يا للسماء أنت تشبهها حتى من القريب يا رجل أنت تملك لسانا طويلا أيها الحكيم واشياء أخرى أيضا هل تريد رؤيتها؟ اقترب أيوب منه وقال بنبرة مهددة لو لم يكن هذا الولد بحاجة لك لكنت سألقنك درسا في الأدب أجاب الحكيم بنبرة الصوت نفسها لو لم تكن الغوريلات شيئا نادرا في هذا العالم لكنت سأركل لك مؤخرتك المبللة تدخل الطفل بينهما منهيا الشجار هيا يجب أن نذهب بسرعة أمي مريضة عشرة في أحد أيام الجمعة وبعد منتصف الليل بقليل وبينما المطر لا يزال منهمرا في الخارج بقوة قال الحكيم بنبرة آسفة كما لو أنه يعتذر نيابة عن القدر للطفل الذي كان يحدق فيه منتظرا نتيجة الفحص لقد ماتت أما الطفل الذي لم يدرك معنى الموت فقد ردد ببراءة ماتت لقد فارقت والدتك الحياة منذ البارحة أيها الصغير لفرط ما كان يحب والدته فإنه لم يتخيل حتى في أكثر كوابيسه رعبا أنه قد يفقدها يوما لذلك لم يستوعب ما قاله الحكيم وذهبا في الاعتقاد إلى أن والدته ربما تكون مصابة بمرض اسمه الموت فغادر الغرفة لبعض الوقت وحين عاد كان يحمل بين يديه بعض النقود المعدنية خذ قال وهو يمدها نحو الحكيم إنها جميع ما نملك من مال بدهشة سأل الحكيم وما الذي تريد مني أن أفعل بكل هذا المال اشفها همس متوسلا اشفها من الموت شعر الحكيم بأنه ما كان يجب عليه أن يوافق على القدوم مع هذا الصغير منذ البداية وفكر في أن ينسحب عائدا إلى منزله غير أنه لن يفعل ذلك قبل أن يكشف عن السر الخطير الذي اكتشفه أين أبوك؟ أليس لديكم رجل كبير يهتم بأمركم هنا؟ سيقودك إليه أيو هل ستتركني أذهب وحدي مع ذلك الشخص المخيف؟ لا أستطيع مغادرة البيت فربما تستيقظ أمي وتحتاج لمساعدتي في أية لحظة كان الحكيم يريد أن يصرخ في وجهه قائلا بأن والدته لن تستيقظ مجددا كان يريد أن يشرح له علميا معنى الموت غير أنه فضل بألا يكون هو الشخص الذي يوقظ الصبي من أحلامه أما أيوب الذي لم يكن يعلم بعد عن المصيبة التي حدثت بالداخل فإنه ما إن شاهد باب البيت يفتح حتى هرول نحو الحكيم هل سارت الأمور على ما يرام؟ هل أصبحت جمانة بخير؟ تلك السيدة لم تكن مريضة منذ البداية بل كانت ميتة ولكنه أخبرني بأنها ذلك الصغير لا يعرف شيئا قطعه الحكيم بنفاذ صبر ثم أضاف إنه أبله يظن بأن قلب والدته قرر أن يأخذ قصطا من الراحة وأنه قد يعاود النبض مجددا في أية لحظة سألا والفاجعة تتسلق متن حباله الصوتية وماذا يجب علينا أن نفعل؟ يجب أن تسارع في دفنها ولكن قبل ذلك أريد مقابلة زوجها لم يشعر أيوب بالاطمئنان من ذلك الطلب فقال متسائلا تريد مقابلة بحر؟ حرك الحكيم رأسه وأوضح هناك شيء يجب أن يعرفه زوجها شيء؟ تساءل بقلق بالغ شيء مثل ماذا؟ لا أستطيع إخبارك إنها أخلاقيات المهنة كما تعلم فهمت قال أيوب وهو يسير حسنا تعال أخذك إليه هل سنقطع مسافة طويلة تحت هذا المطر مجددا؟ نعم فنحن لن نصيل إليه قبل شرق الشمس في هذه الحالة أستطيع التنازل عن أخلاقياتي قال الحكيم وأضاف سأخبرك عن السر بشرط أن تنقله لزوجها لاحقا أخبره الحكيم بأنه من خلال الفحص الذي أجراه على جثة جمانة اكتشف أن سبب وفاتها لم يكن طبيعيا بل كان بسبب تسم من حاد أصاب وظائفها الحيوية وما يجعل الأمر أكثر خطورة هو أنه يعتقد بأنها لم تتسمم عن طريق الخطأ أو المصادفة بل يعتقد أن هناك من عامد لتسميمها إننا نقف أمام قتل مدبر قال معلنا عن نتيجة الفحص النهائي في تلك اللحظة عرف أيوب أن منظمة الجثوم استطاعت بطريقة ما الوصول لجمانة وقتلها بعد أن وصلهم خبر زيارة بحر لعائلته ومحاولة اكتشاف زوجته للحقيقة تكلم الحكيم مقاطعا حبل أفكار أيوب وهناك شيء آخر ماذا؟ جمانة ما بها؟ إنها ليست بشرية كان الطفل لا يزال يجلس بجوار والدته ينتظر بفارغ الصبر تحصن حالتها عندما سمع صوت تحطم باب البيت فذهب ليستطلع الأمر شاهد والده يقف صامتا في منتصف الساحة الداخلية للمنزل وبجواره يقف أيوب وقد عرف من خلال المنظر العام لهما بأن هناك شيئا سيئا قد وقع حاول كعادته منع والده من الدخول إلى الغرفة فما كان من بحر إلا أن ضربه بقوة على رأسه مستخدما حافة يده ليسقط لابن أرضا في مكانه فاقدا الوعي وحين دخل بحر إلى الغرفة وشاهد ملامح وجه زوجته الشاحبة المستبغة بهالة زرقاء عرف أن الحكيم كان محقا بشأن السم تعال أيوب صاح مناديا على صديقه حاول أيوب قدر الإمكان أن لا ينظر نحو جثة جمانة وكأنه لم يكن يريد أن تحتفظ ذاكرته بمنظرها وهي ميتة اقترب من صديقه أكثر وقال معزيا إن الحب شيء عظيم تعطيه لنا الحياة مرة واحدة أعلم بأن خسارتك كبير ولكن الوقت وحده يا صديقي هو من سيخفف عنك مصائبك ثم أضاف ربما ترى كلامي صعبا في البداية ولكن الأيام ستؤكد لك صحة ما أقول إنحنى بحر ليضع قبلة الوداع على مفرق شعر جمانة ثم أغلق عينيها براحة يده برفق وقال ربما تقول ذلك لأنك لم تجرب الحب يا أيوب لا شيء في الدنيا يخفف عنا مصائب الفراق إننا نحملهم في قلوبنا ونظل نتذكرهم حتى ونحن أموات في قبورنا وأضاف وهو يغطي جسد زوجته باللحاف دعي النساء يقمن بغصلها واطلب من رجال القرية دفنها تساءل أيوب ألن نشارك معهم في الدفن أمسك بحر مقبض سيفه وقال وهو يقف لا فنحن لدينا حساب يجب أن نصفيه معنا بالفيل هل تفكر بمحاربته؟ وهل لدينا خيار آخر؟ ولكنك تعرف أن الوقوف ضده انتحار ما زال في إمكانك الانتحاب يا أيوب وقد أخبرتك من قبل بأن الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه لماذا أقرأ في كلامك الخوف إذن؟ لست خائفاً ولكنني أريد أن أعرف ما تفكر به يا بحر سنذهب غرباً نحو سلسلة الجبال المحرمة لطلب المساعدة تقصد قبائل الأشاوس؟ سأل بدهشة أميراتهم تدين لي ولك بمعروف كبير وهي الوحيدة التي تستطيع الوقوف معنا وهكذا امتطى بحر وصديقه أيوب صهوتي جواديهما واتجها غرباً لآخر حدود المملكة حيث سلسلة الجبال المحرمة والتي يغرب خلفها نجم شمس أبابيه ذهبا ليطلبا المساعدة من آشاس أميرة قبائل الأشاوس لتشارك معهما في الحرب القادمة من غير أن يتوقع أحد منهما نوع المفاجأة التي كانت في انتظارهما بالطريق عندما زال أثر الضربة التي تلقاها الطفل على رأسه وفتح عينيه وجد نفسه ممدداً في ساحة البيت وكان أول شيء قد فعله هو أن دخل الغرفة التي تنام فيها والدته وعندما لم يجدها شعر بالفرح معتقداً أنها أصبحت بخير وأنها استطاعت أخيراً أن تنهض من فراشها أمي راح يناديها أمي وعندما لم يعثر عليها عرف أنه كان مخطئاً في اعتقاده وأنها ليست بخير وأن هناك أمر كبير قد حدث لكنه لا يعرف بالضبط ما هو فتح باب البيت وراح يفتش عنها في الخارج ورغم أن الوقت كان لا يزال ظهراً إلا أن قرية الجساسة بدت خالية من الناس على غير العادة ثم وبينما هو يفتش عنها إذ عثر عن طريق مصادفة على تلك العجوز التي كان أهالي القرية يطلقون عليها لقب ذات الطائر الأحمر كانت تسير حافية القدمين تتلحف بالسواد والحزن باد عليها لا تقلق أنا معك همست وهي تمد ذراعيها إليه ركض نحوها ولكن ليس ليحتضنها كما كانت تريد أن تفعل معه بل يضربها بفردة حذائه ولكنه قبل أن يتمكن من الوصول إليها شعر بشيء حاد يشبه كماشة حديدية أمسكته من عند ظهره ورفعته عالياً لقد حمله طائر العنقاء بمخالبه وطار به متجهاً نحو مقابر قرية الجساسة عندما وصل به الطائر لهناك تركه يسقط من بين مخالبه ثم استدار في الهواء وحلق بجناحيه مبتعداً لم يتألم الطفل كثيراً عندما ارتطم بالأرض بل نهض بسرعة ليقذف الطائر بالحذاء ولكنه لم يفعل ليس لأن طائر العنقاء الأحمر ذاك كان قد ابتعد واختفى عن مجل الرؤية فقط بل لأن الطفل شاهد أمامه شيئاً لم ير مثله من قبل كان هناك عدد كبير من الرجال يسيرون نحو مكان واحد يحملون فوق أكتافهم شيئاً خشبياً يشبه السرير يتمدد عليه جسد لا يتحرك مغطاً بقماش أسود وتفوح منه وبقوة رائحة الياسمين أمي قالها وهو يحدق نحو التابو أمي قالها بصوت خافت كما لو أنه يوقظ شخصاً نائماً أمي قالها للمرة الثالثة ثم بكى لم تترك له رائحة الياسمين مجالاً للشك في أن ذلك الشيء الذي كان أولئك الرجال يحملونه فوق أكتافهم ليس إلا جسد والدته جماناً لقد اعتقد للحظة أنهم يسرقونها منه لهذا فقد راح مثل فارس من المغول يهاجم بكل شراسة نطح أجسادهم الصلبة برأسه عض بأسنانه سيقانهم المتعرقة والتي كان لها طعم الخل والغبار والشعر تمدد أمامهم ليعيق طريقهم ولكن شيئاً من تلك المحاولات لم ينجح لذلك فكر في طريقة أخرى لإيقافهم وبينما هو يحاول إيجاد الطريقة المناسبة إذ ضرب بحذائه عن طريق المصادفة عانت أحد الرجال فسقط ذلك الرجل أمامه صريعاً لا يستطيع أخذ أنفاسه وهذا ما جعل الطفل يمسح دموعه بكم ثيابه ويبتسم لقد عرف الطريقة في وقت قصير جداً استطاع أن يسقط خمسة عشر رجلاً بتكراره الضربة في تلك المنطقة الحساسة وحين أصبح وجوده عائقاً حقيقياً أمام موكب الدفن فإنهم وضعوا الجثة جانباً وراحوا يطاردونه وكل واحد منهم يضع يده أسفل حزام بطنه حتى يحمي بها نفسه من الضربات الغادرة ألقوا عليه القبض بعد نصف ساعة من الملاحقة المتواصلة ثم ولكي لا يثير وجوده عائقاً أمامهم مرة أخرى فقد تبرع خمسة من الرجال بتقييد أطرافه إلى أن ينتهي الباقون من دفن الجثة وبينما هو مقيد الأطراف يراقب الرجال وهم يقومون بدفن أمه إذ حدث شيء غريب معه حيث اختفى فجأة ضجيج الأصوات من حوله وسمع صوتاً واحداً فقط يتردد في الأرجاء وكأنه قادم من خلف السحاب إنه صوت والدته جمانة وهي تقول لا تبكي يا صغير ربما سأغيب عنك الآن لكننا سنلتقي في السماء يوماً اتفقنا ثم اختفى صوتها وعاد ضجيج أصوات الرجال إلى أذنه كان يراقبهم بخيبة أمل وهم يهلون التراب عليها وكان يستطيع في تلك اللحظة أن يشعر بكل حبة رمل وهي تحط فوق جسدها كما لو أنهم كانوا يدفنونه هو حياً ورغم الغبار المتطاير والذي يصل عينيه مع الهواء إلا أن عينيه ظلتا مفتوحتين طوال الوقت ولم يرمش بهما ولو لمرة واحدة وحين أصبحت أمه تحت التراب تماماً ولم يعود الرجال الخمسة أو بقية الرجال الآخرين يخافون من إزعاجه لهم فإنهم حرروا أطرافه لكنه لم يتحرك من مكانه خطوة واحدة كل ما فعله هو أنصرخ تجاه القبر لا لم نتفق الصدمة القاسية التي تلقاها والحزن والوحدة وسطوة الشمس الحارقة ربما تلك هي الأشياء التي جعلته يسقط في مكانه مغشياً عليه ذهبت جمانا إذن ولم يعد لديه ملجأ آمن يأوي إليه وقد كبر ألف سنة في لحظة واحدة ذلك أن كل الأبناء يشيخون فجأة في اللحظة التي يفقدون فيها أمهاتهم أحد عشر غدر جميع رجال القرية أرض المقبرة وعاد كل واحد منهم لاستكمال عمله ولم ينتبه أحد منهم إلى الطفل عندما سقط على وجهه فاقداً الوعي متأثراً بخسارته الفادحة وحدها تلك اليد الممتلئة بعروق كثيرة هي من امتدت نحو جسده الممدد فوق الأرض ثم حملته وسارت به بعيداً صعد التاج إلى عربتها الخشبية بينما حفيدها فاقداً الوعي بين يديها خذنا إلى القلعة أعطت أمراً لسابح صهل الحصان الأبيض بصوت عال ثم انطلق يلاحق الريحة مخلفاً وراءه عواصف من الغبار لا تنتهي سنهتم بهذا الولد لبعض الوقت يا إكليل قالت تحدث طائرها الأحمر الذي كان يحلق قريباً من العربة سنهتم به إلى أن يصبح قوياً فهو لا يمكنه مواصلة الحياة من غير مساعدتنا أطلق إكليل زئيراً عالياً فقال التاج كنت أعرف أنك ستقول ذلك وهكذا أخذته إلى القلعة صعدت به للطابق الثاني حيث غرفتها نازعت عنه ثيابه قطعة قطعة حتى أصبح عارياً أمامها مددته فوق سبيلها الواسع وجعلت تتأمل لبعض الوقت ملامحه الحادة والناعمة والقريبة جداً من ملامح وجه أمه وحين فرغت من تأملاتها تلك قالت تكلم إكليل الذي كان يقف على إفريز النافذة لو لا تلك الدودة التي بين فخذائه لا اعتقدت أنه فتاة إنه يشبه والدته كثيراً يا سيدتي قال إكليل أثار ذلك الحديث أججان تاج فقالت بصوت حزين الحمقى لم تستمع لنصيحتي ثم أضافت بخيبة أمل كنت أعرف أن هذا ما سيحدث لها لو أنها فتشت وراء الحقيقة لم يكن إكليل يعرف ما الذي يدور داخل عقل سيدته في تلك اللحظة لم يكن يعرف ما هي الخطوة القادمة التي تخطط لها هل تفكر بالانتقام من الأشخاص الذين قتلوا ابنتها؟ أم أن لديها خطة أخرى؟ ما الذي تخططين لفعله يا سيدتي؟ تنهد التاج بصوت مرتفع يبدو أنها هي نفسها لا تعرف سأعد له بعض من سائل النسيان أولا يجب أن ينسى هذا الولد ولو مؤقتا كل الأحداث الصعبة التي مر بها قرار صائب أيدها إكليل الذي يعرف حاجة الطفل للنسيان خصوصا هذه الفترة من الجيد أنك توافقني على هذا القرار همست لم أكن سأوافق لو أنك قررت محو ذاكراته إلى الأبد امتدت بينهما لحظات من الصمت شعر فيها إكليل بأن هناك كلاما عند سيدته ولكنها لا تعرف كيف تقوله هو الذي عاش معها طيلة حياته منذ أن كان فرخا صغيرا برتقاليا لون وحتى اليوم لن يصعب عليه قراءة التردد الواضح على ملامح وجهها أشعر بأن هناك أمرا ما تريد سيدتي قولة أخذ التاج نفسا عميقا ثم قالت هذا الولد مهدد بالخطر كما تعلم سنقوم بحمايته قطعها بأدب سنكون في ظهره دائما لا تدع منظره الضعيف هذا يخدعك ربما يوحي لك شكله الآن بأنه في حاجة للمساعدة ولكنه سيكبر غدا وحينها لن تعجبه فكرة بقائنا الدائم معه ما الذي تفكر سيدتي به؟ أفكر برماد العنقاء قالت بحزن أريده أن يكون قاويا جدا الذي يعرف إكليل جيدا يعلم بأنه يميل إلى الصمت في معظم الأحيان وبأنه لا يصاب بالدهشة حتى من أكبر المفاجآت التي قد تطرأ عليه ولكن الذهولة هذه المرة كان واضحا جدا في نبرة صوته وهو يحاول التحقق مما سمعه للتو هل قلت رماد العنقاء؟ أريد أن أحرك قوة النار بداخله قالت معترفة ولكن ربما تكون النار ليست بداخله أصلا حتى تقوم بتحريكها لقد سمعتها تشتعل في قلبه عندما حملته بين يدي لأول مرة لماذا لا تنتظرين لبعض الوقت ريثما تتحسن حالته لا أستطيع يا إكليل فأنا أخاف أن يبلغ الولد وعندها تصبح فكرة تحريك النار بداخله مستحيلة وأضافت بتوتر يجب أن نشكر الحظ لأنه على الرغم من كونه في نهاية عامه الرابع عشر إلا أنه لم يتجاوز مرحلة البلغ بعد ولكن الولد فاقد للوعي يا سيدتي قال بتوتر نياشي بخوفه وربما تقتله قوة النار لو أنها تحركت بداخله ولم يكن جسده مستعدا لها أجبت ببرود لن أحزن عليه وقتها فلا حاجة لي به إن كان لن يصبح قويا إكليل يعلم بأن فكرة تحريك النار بداخل الطفل لن تكون سهلة أبدا إنها عملية خطيرة وحساسة وتتطلب تطحية كبيرة وجهدا شاقا وبأن نسبة نجاحها ليست مضمونة لذلك يجب عليه أن يحاول صرف نظر سيدته عن الموضوع بأي طريقة لم تكن أمه لتوافقك الرأي لو أنها مازالت على قيد الحياة وهنا انفجرت تاج وهي تقول بصوت غاضب كان يجب عليها أن لا توافق منذ البداية عندما تقدم لها مخلوق الطين الأحمق ذاك للزواج لكنها قالت بأنها وقعت في حبه انظر ماذا فعل بها الحب لماذا كان زوجها غائبا عنها طوال تلك المدة لماذا لم يقم بحمايتها لأنه ببساطة عاد للعمل مع المنظمة ولأن إكليل يشاطر تاج وقتها كله فإنه يعرف السر الذي خبأته عن ابنتها جمانة ولم تخبرها به وهو أن منظمة الجاثوم هددت بحر بقتل زوجته وطفله في حال أنه لم يعد للعمل معهم لذلك قال لماذا لم تخبريها عن الحقيقة؟ لقد كانت جمانة تستحق أن تعرف قبل موتها بأن غياب زوجها عنها لم يكن إلا من أجل حمايتها هي وابنها بندم أجابت كنت أعتقد أنني أحميها بإخفاء الحقيقة عنها لم أكن أريدها أن تعرف بأنه عاد مرغما عنه للعمل مع المنظمة حتى لا يتعلق قلبها به أكثر وتحاول مساعدته كنت أريد منها أن تهرب بعيدا عن الخطر وتبدأ حياة جديدة ولكن يبدو أنني لم أفهم الحب جيدا لم يسبق لتاج أن بكت أمام إكليل في حياتها بل لم يسبق لها إطلاقا أن بكت أمام أحد من قبل ليس لأنها لا تملك قلبا أو عاطفا بل لأنها لم تكن تحب أن ينظر إليها أحد بعين الشفقة ولكن هذه المرة لم تتمكن من كبت دموعها وهي تستعد لرواية القصة التي جامعت جمانة بزوجها بحر قبل أعوام طويلة جدا قالت كانت الجاسوم تفرض على أهالي قرية الجساسة دفع إتاوة كبيرة إتاوة؟ سأل مقاطعا إنها مبلغ ضخم كانوا يقومون بدفعه للمنظمة بداية كل عام جديد من أجل تفادي الوقوع في المشكلات معهم ولكن الأهالي الذين ضاقوا ذرعا من هذا الظلم قرروا في أحد الأيام أن يفعلوا شيئا آخر ماذا فعلوا؟ قرروا إرسال وفد من أعيانهم لمقابلة طاغين ملك مملكة أبابيل كي يطلب منه أن يجد لهم حلا في مشكلتهم تلك كان قصر الملك يقع في جزيرة الأرباب وكانت الجزيرة ولدوافع أمنية مشددة تقع بعيدا جدا عن جميع المدن والقرى وقد حصنها طاغين بجيوش جرارة من المقاتلين البشريين المدربين جيدا ومن الشياطين والمردة والسحرات ضد أي هجوم محتمل فأصبح ذلك المكان حصنا منيعا يصعب على أي عدو مهما كانت قوته اختراقا ذهب أعيان قرية الجساسة أولا بقيادة شيخهم همام نحو قرية الساحرات حيث الميناء الوحيد الذي تستطيع القوارب الانطلاق منه نحو الجزيرة في ذلك اليوم تقدمت إليهم شواهر عميدة قرية الساحرات وهي امرأة عجوز مسنة لديها فمن صغير خال من الأسنان كأنها هي بنفسها من قامت بشقه في وجهها بشكل أفقي بواسطة سكين وكان لديها أسفل عينها اليمنى ثؤلول أسود كبير تطل منه أربع حبات شعر طويلة وتمتلك أنفا واسعا من خرين للحد الذي كان في استطاعة المرء مع قليل من الإنارة أن يشاهد عقلها من خلاله إذا ما أرجعت رأسها للخلف قليلا سألت ما هو الأمر الذي تريدون مقابلة جلالة الملك طاغين من أجله ليجد لنا حلا مع منظمة الجاثوم أجابها الشيخ همام بوقار لا بأس طلبكم مجاب تستطيعون الذهاب للقائه ولكن يجب أن تنزعوا ملابسكم عن أجسادكم وتذهبوا لمقابلته وأنتم عراه حتى نضمن أنكم لن تخبئوا سلاحا تحت ثيابكم في الطريق رفض أعيان قرية الجساسة ذلك الشر خصوصا أن شيخهم كان معهم فأصرت شواهر قائلة لن تذهبوا لرؤية الملك طاغين إلا وأنتم عراه وعندما رأى الشيخ همام أنه لا مناصة من ذلك الشر فقد خلع ثيابه عن جسده الهزيل وهو يقول إن كان هذا هو الثمن لحل موضوعنا فلا بأس في ذلك ثم فعل الجميع مثله وصعد للقائب كان يتطلب السفر نحو جزيرة الأرباب ثلاث ليال كاملة على متن قارب خشبي يجلس فيه ستة من الرجال يجدفون بتواصل ومن غير توقف وعندما وصلوا أخيرا لهناك كان يجب عليهم أولا قبل الوقوف بين يدي الملك أن يتحمموا فوق الشاطئ من رائحة العرق والشمس والملح العالقة بأجسادهم وأن ينظفوا أفواههم العابقة برائحة القيط حين أصبحوا بين يدي الملك طاغين ركع أعيان قرية الجساسة له احتراما وتقديرا وبعد قليل من الوقت هاتف الحاجب عليهم تستطيعون النظر إلى وجه جلالته رفع الجميع رؤوسهم ينظرون نحوه بإجلال وإكبار طلب الشيخ همام الإذن بالحديث وعندما سمح له قال أيها الملك العظيم أنت تعرف الضائقة التي تمر بها البلاد وتعرق لما لا تؤثر على نفسك عناء المقدمات أيها الشيخ قال الملك مقاطعا منظمة الجاثوم قال همام ما بها إنها تضعنا كل بداية عام جديد أمام خيارين إما الموت بحد سيوفهم أو الموت بحد الفقر والجوع والعطش أصبحنا يا مولاي نعمل طوال العام من أجل تأمين الإتاوة لهم وهذا الأمر لو استمر طويلا فسيؤدي بنا إلى الفناء كان الملك طاغين ذو العيون الزرقاء الناعسة والوجه الوسيم يطيب له الجلوس فوق عرشه ومراقبة مواطني مملكته وهم يقفون أمامه ويشتكون من سوء حال حياتهم كان يجد متعة كبيرة في تأمل أشكالهم الضعيفة والهزيلة كما لو أنه عالم حشرات يراقب كل يوم من خلف مجهره سلوك حشرة اكتشفها حديثا أنتم تعلمون بأن حراسنا منذ فترة طويلة وهم يحاولون الإطاحة بالجاثوم غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد ولكنني أريد منك أن تعود لأهالي قريتك وتخبرهم بأننا سنبذل في الأيام القادمة مزيدا من الجهد للإطاحة بهم حينها تجرأ أمام واقترب من العرش خطوتين وقال بطريقة ودية وهو يفرق يديه مثل ذبابة له أنك أيها الملك تأمر ساحراتك لاستطعنا الإمساك بهم بدأ الغضب يتسلل لقلب طاغي لكنه رد بأدب إن الساحرات أيها الشيخ مصخرات لخدمتي أنا وحدي ولكن يا مولاي أنت وشعبك واحد وما يضر شعبك يضرك وهنا وثب الملك من فوق عرشه لا تشبهني بأحد أنا الرب يا همام انكمش الشيخ على نفسه وانتزم الصمت هو لا يشعر بالخوف من أن يبطش به طاغين فقد عاش طويلا ولم تعد فكرة الحياة تغريه مثل السابق كل ما يخشاه في تلك اللحظة هو أن يقرر الملك عدم مساعدة أهالي قريته فتأتي منظمة الجاثوم بعد أيام ولا تجد معهم الإتاوة وحينها يحل بهم الخراب والدمار أرجوك ساعدنا فلتساعد أنفسكم بأنفسكم كيف وقد منعت عنا السلاح؟ هذا ليس من شأني أنت المسؤول عن حماية شعبك أنت الملك قال طاغين وقد اشتد به الغضب بل أنا الرب الذي يتولى رعايتكم وأنا حر فيما أفعل وبعد أن عرف همام بأن لا فائدة ترجى منه صمت قليلا ثم قال إلى أنا يعرف أنك لست الرب أجاب بعناد استغفرني يا همام وأضاف رافعا صوبه أنا ربكم الأوحد لست إلا خراء قال ذلك ثم استدار منصرفا اشتد الغضب في قلب الملك بسبب الإهانة التي تلقاها من الشيخ وقرر أن يرد عليه الصفعة بأخرى أشد منها فأمر الحرس أن يلقوا القبض عليه وعلى أعيان قريته ويقوموا بإعدامهم جميعا ثم وفي الساحة الخارجية الفسيحة الممتدة أمام قصر مملكة أبابيل قام الجلاد بقص رؤوس أعيان قرية الجساسة واحدا واحدا وعندما جاء الدور على همام فإن طاغين اقترب منه وقال له شيئا في أذنه بصوت خفيض ثم أمر الجلاد بقص رأسه تدحرج رأس الشيخ همام أرضا وقد بدت ملامح وجهه الميتة وكأنها مصابة بالدهول بسبب ذلك السر الذي استمع إليه قبل أن يفصل رأسه عن جسده قال طاغين له أنا لا أستطيع الوقوف ضد الجسوم أهما ليس لأن حرس مملكة أبابيل لم يتمكنوا من الإمساك بهم مثل ما أخبرتك سابقا بل لأنني أنا وناب الفيلي شخص واحد أنا رئيس منظمة الجسوم وفي اليوم التالي ولكي يخمد الملك طاغين احتمال قيام أي ثورة قد يشنها رجال قرية الجساسة عليه في المستقبل فقد قام بتجهيز سرية كاملة من فرسان منظمة قوامها ثلاثمائة مقاتل مدججين حتى آخرهم بالدروع والسلاح وأدوات الحرب الثقيلة وعين عليهم اثنين من أشد فرسانه رعبا وبطشا بحر وأيوب وأعطاهما أمرا بقيادة السرية نحو قرية الجساسة وقتل كل الذكور فيها كانت الساعات تمضي ثقيلة على أهالي القرية فقد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الأخبار التي سيعود بها الأعيان من قصر الملك حيث أن وقتا طويلا كان قد انقضى دون فائدة ثم فجأة وبطريقة غامضة انتشرت شائعات غريبة في كل مكان تقول بأن الملك طاغين قام بقص رؤوس كل أعيان قرية الجساسة حاول عقلاء القرية تكذيب تلك الشائعات واقترحوا أن ينتظروا لعدة أيام أخرى للتثبت أكثر من صحة الخبر ولكن عند فجل اليوم ذاته انقطع الشك باللقين عندما شن ثلاثمائة مقاتل يرفعون رايات الجاثوم هجوما ساحقا ضد أهالي القرية حاول رجال الجساسة الصمودة وحماية أنفسهم من ذلك العدوان ولكن المعركة كانت غير متكافئة القوى أبدا فقد كان أولئك الثلاثمائة مقاتل يحاربون بالسيوف والرماح ويصدون بدروعهم الحديدية الصلبة الهجمات المتواضعة التي يشنها عليهم رجال القرية من وقت لآخر بهراوات الخشب البالية كان النصر أكيدا للجسوم وكان ذكور القرية في طريقهم نحو الفناء ولكن شيئا ما وقع في تلك اللحظات غير سير المعركة تماما حيث قام أحد فرسان منظمة واسمه غفران باختطاف فتاة عزلاء كانت تحاول النجاة بنفسها من الخطر أثار صراخها الحاد انتباه الجميع فالتفت القائد بحر نحوها وحين شاهد الرعب في عينيها البندقيتين اللون شعر بالرحمة عليها وهو الذي لم يكن قد شعر بالرحمة يوما غفران دعي الفتاة تذهب قال القائد بحر إنها لي لقد وجدتها أولا رد غفران وصعدمها لبقية نسائي كانت تلك الفتاة هي جمانة وكانت تستطيع استخدام قواها الخاصة في تلك اللحظة للتخلص من قبضة غفران ولكن عائلة الأباطرة قد منعت سابقا أفرادها من استخدام القوة أمام البشر تحت أي ظرف كان لهذا واحتراما لقانون العائلة فإن جمانة لم تفعل شيئا من شأنه أن يلفت الانتباه لحقيقة كونها جنية قالت تحدث القائد بحر أطلب منه أن يتركني أرجوك دعها تذهب غفران فنحن لم نأتي لهنا من أجل سرقة النساء أغلق غفران فمهى بيده المتسخة بالتراب والدم حملها فوق ظهر حصانه كغنيمة حرب هذا لن يحدث يا بحر سأقوم بأخذها قال ذلك وهو يركل خاصرة حصانه بكعبي قدميه محاولا الهرب بها ولكن بحر التفى عليه بسرعة وقام من دون أي مقدمات وبكل قوة بغرس سيفه في فتحة العين الصغيرة الموجودة بخوذة رأس غفران الحديدية لتخترق ذؤابة السيف حدقة عينه وتخرج من الجهة الخلفية لجمجمته خافت جمانة من منظر الدم وهو يتفجر من رأس ذلك الفارس لا تخافي قال لها بحر ثم حملها بذراع واحدة وأجلسها خلفه على متن الحصان تمسكي بي جيدا سأخرجك من هنا عندما شاهد الفرسان قائدهم يقتل أحد زملائهم من أجل الفتاة اعتبروها خيانة عظمى وقرروا فورا تنفيذ حكم القتل عليه وهكذا انتقلت المعركة فجأة إلى داخل أعضاء الجسوم حيث حاصر الفرسان قائدهم شاهرين سيوفهم ضده قال أحدهم أسحرتك هذه الفتاة يا بحر لتقتل غفران من أجلها بحر يعلم بأن ما فعله للتو يعتبر خيانة وبأنه مهما حاول تبرير فعلته لهم فإنهم لن يقتنعوا بكلامه وهو يدرك ألا سبيل للفكاك من تلك الورطة التي أدخله فيها تهوره غير الاشتباك المباشر معهم صاح مناديا أيوب أين أنت أحتاج إليك من خلف فرسان منظمة الجسوم ظهر فارس أسود اللون مهيب أخذ يخترق الصفوف بسيفه ودرعه حتى وقف بجوار صديقه وقال وهو يرى الموت الذي يحيط بهما من جميع الجهات المنظر مخيف من هنا ما زال بإمكانك الانسحاب رد بحر فابتسم كاشفا عن أسنان بيضاء بينها سنة واحدة ذهبية اللون الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه بدأت المعركة وكان لأيوب وبحر البراعة الكافية والتي تضمن لهم الصمود لكنهما ومهما بلغا من الصبر والقوة فإنهما لم يستطيعا المواصلة لآخر المعركة حيث بدأ الصديقاني بعد فترة طويلة من الكر والفر يشعران بالتعب والإرهاق يبدو أن نهاية اقتربت يا أيوب قال بحر لاهثا وهو يواصل القتال آسف ما كان يجب علي أن أشركك في هذا الأمر لا عليك يا صديقي لا تعتذر سيكون من دواعي سروري أن أرافقك نحو الجحيم وفي أثناء المعركة تعرض بحر لسهم غادر اخترق فخذه الأيمن قاطع شريانه الفخذين مما تسبب له في خسارة الكثير من الدماء الأمر الذي جعل قوته الدفاعية تنهار بشكل سريع فقال يحادث صديقه أيوب عندما بدأ يشعر باقتراب الهزيمة خذ الفتاة وأهرب بها وأنا سأغطي ظهرك ريث ما تبتعد بل سنبقى معا حتى النهاية اسمع كلامي لا لن أتركك بدأ بحر تدريجيا بفقدان تركيزه ووعيه بالأشياء من حوله نتيجة لكمية الدم الكبيرة التي فقدها من جسده وعندما انتبهت جمانا إلى هذا وشاهدت بعينيها مقدار التطحية التي بذلها ذلك القائد من أجلها فقد قررت كسر قانون عائلة الأباطرة واستخدام قوتها الخاصة في إنقاذ الموقف توهجت عيناها بلون أحمر مشع ثم أمسكت بيدها ثياب بحر الذي فقد أخيرا وعياه وصرخت تخاطب أيوب وهي تمد يدها الأخرى نحوه أنت أمسك يدي لم يفهم أيوب ذلك الطلب الغريب الذي تطلبه منه تلك الفتاة وهو يجابه وحده الهجوم الشرس الذي يشنه فرسان منظمة الجاثوم عليه وعلى صديقه الفاقد للوعي كانت يد جمانا ممدودة نحو أيوب تنتظر منه فقط أن يمد يده لإمساكها صرخت مرة أخرى في وجهه ثق بيه أمسك بيدي فعلى أخيرا مثل ما طلبت منه مد يده نحو يدها الممدودة وما إن أمسك بها حتى اختفى ثلاثتهم من وسط المعركة ليجد أيوب نفسه بعد لحظات قد انتقل مع صديقه وتلك الفتاة لمكان آخر سأل برعب كيف فعلت ذلك؟ سأشرح لك لاحقا ثم صاحب بتوتر وهي تسد بيدها جرح بحر النازف يجب أن ننقذه بسرعة لقد فقد الكثير من الدماء توقف التاج عن الكلام كما لو أن الحديث عن الماضي بات يزعجها لقد قلت لها بأن الحب هو التوأم اللطيف للموت لكن الشباب كعادتهم لا يقتنعون إلا بعد فوات الأوان هذا يعني أن أيوب كان يعرف سر جمان منذ البداية يا سيدتي؟ نعم وهي التي طلبت منه أن يحتفظ بالسر لنفسه وأن لا يخبر به أحدا حتى صديقه بحر وهل استطاع فرسان المنظمة لاحقا قتل ذكور قرية الجساسة؟ أخذ التاج نفسا عميقا ثم قالت عندما عرفت عائلة الأباطرة أن ابنتهم تورطت في ذلك النزاع انطلقوا للمعركة لإنقاذها ولكن عندما وصلوا إلى هناك ولم يعثروا عليها ظنوا أنها ماتت أو أن مكروها قد أصابها فقاموا بقتل جميع فرسان الجثوم ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لم تتجرأ المنظمة على إرسال قواتها لقرية الجساسة مرة أخرى وكيف وقع بحر وجمان في الحب لاحقا؟ ليس هذا هو المهم تملصت من الإجابة ثم نظرت نحو حفيدها الممدد أمامها وتابعت المهم هو أنني أريد أن أجعل هذا الولد أقوى ولكنك تعرفين أننا قد ثم صمت إكليل كما لو أنه يفكر في انتقاء الكلمة المناسبة ليكمل بها جملته وعندما فكر لبعض الوقت وخانته كل تعابير ولم يعد يعرف ماذا يقول حرك ذيله الطويل الأشبه بذيل طاووس وقال أنت تعلمين ما الذي أريد قوله؟ أعرف قالت تاج بحصافة ولكنني تقدمت في العمر على كل حال ويجب أن يصبح لك سيد آخر حتى لا تجد نفسك ميتا معي في يوم من الأيام ثم أضافت مداعبة أليس ما أقوله صحيحا؟ شارف العنقاء أن يموت مع سيده أجاب بنبرة حزينة لا تستطيع تاج تحضير رماد العنقاء إلا بطريقة واحدة وهي أن تقوم بإحراق طائرها إكليل ثم تأخذ الرماد المتبقية من جسده المحترق وتغطي به جسد حفيدها وهنا تكمن الخطورة فإذا استطاع جسد الطفل أن يمتص ذلك الرماد تكون تاج قد نجحت في تحريك النار بداخله وفي حال لم يتمكن جسده من امتصاص الرماد يكون ذلك معناه أن التجربة فشلت وأنه في طريقه للموت تمتم لها إكليل قائلا لم يسبق لي من قبل أن رفضت لك أمرا ولن أرفض لك هذا الطلب الأخير وكنوع من الوداع اقتربت منه سيدته ففتح لها جناحيه وعنقها لقد كانت أياما رائعة أليس كذلك؟ سألته بغصة أجاب بثبات ولكنها تعلم بأن داخله منكسر بالتأكيد كانت كذلك وأردف متسائلا هل كان إكليل خادما مطيعا يا سيدتي؟ لا همست لقد كان صديقا وفيا وهذا ما يجعل فراقه أصعب ماذا سوف تسمين الفرخ الجديد؟ سأل بفضول اتزمت له بحنان وهي توشوشه في أذنه كأنها تخبره بسر الفرخ الذي سوف يولد من رمادك سيكون اسمه إكليل حتى أذكرك كلما نظرت إليه أو نداه أمام أحد ثم ولكي لا يجعل الوداع صعبا أكثر مما هو عليه فإنه لم يدع ذلك العناق يمتد طويلا وراح يحلق من النافذة مبتعدا وهو يقول بنبرة محايدة لكي لا يجعلها تشعر بالذنب على التضحية به سأجمع الحطب من الغابة وأنتظرك أمام القلعة وإنها سأنتهي من آداد سائل النسيان للولد ثم سألحق بك هبطت إلى المطبخ وتناولت قدرا حديديا متوسط الحجر وضعت في جوفه سائلا لزجا له كثافة العصر لونه أحمر ثم خلطت معه بعض الزهور السوداء أشعلت نارا هادئة تحت القدر وانتظرت قليلا إلى أن بدأ الدخان في التصعب أخرجت بعد ذلك عصا خشبية وبدأت تحرك بها السائل بشكل دائري وهي تردد تعويذة النسيان ينسى 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 ينار يزهرة سوداء يسائل أحمر للنسيان اجعل ابن جمانا ينسى فلا شيء يشفي جروح القلب غير الموت أو النسيان ولم تتوقف عن التحريك إلا بعد أن أصبح لون السائل خمرياً ذاكناً مثل لون نبيذ عنب معتق غمست طرف إصبعها في السائل الساخن ثم لعقته بطرف لسانها كأم تختبر كمية الملح في الطعام مر قالت ولكنه سيجعل جروحه تمر في الطابق الثاني من القلعة وفي الغرفة الواسعة ذات الشبابيك الطويلة المفتوحة والتي ينفذ منها الهواء وأشعة الشمس اقترب التاج من السرير تحمل في يدها شراب النسيان جلست بالقرب من حفيدها الذي كان لا يزال فاقداً للوعي أسندت بيدها ظهره ثم قربت الكأس من عند فمه باليد الأخرى اشرب تمتمت هذا سيجعلك تنز وحين انتهت من دفع سائل النسيان إلى جوفه مددته مرة أخرى فوق السرير بشكل مستقيم ثم أحكمت الغطاء على جسده تحركت بعد ذلك نحو النافذة وألقت نظرة على الساحة الأمامية للقلعة فوجدت إكلي لينتظرها في الخارج وقد جمع حوله الكثير من أحطاب الغابة لم تكن تاج تريد أن تكبد نفسها مزيداً من الحزن على فراق طائرها ربما لذلك لم تتكلم معه عندما هبطت إليه بل جعلت بصمت تشكل الأحطاب فوق الأرض بشكل هندسي استعداداً للمحرقة القادمة دعنا ننتهي من هذا الأمر سريعاً قالت عندما انتهت حرك إكليل جناحيه ليقفز فوق الأحطاب ثم نظر نحوها ابدأ قالت بنبرة صارمة تعطيه شارة البد بدأ وجهه الحاد المثلث يصبح أكثر جدية من أي وقت مضى استبغت عيناه باللون الأحمر الناري ثم فجأة أطلق زئيراً مخيفاً حتى إن تاج وهي التي لا تخاف شيئاً شعرت بالخوف في تلك اللحظة ثم فتح إكليل من قاره فخرج منه لهب حارق أشعل به الأحطاب الكثيرة التي يقف فوقها ولم ينضي الكثير من الوقت حتى قامت تلك النار بالتهامه كلياً من الصعب أن نصف مشاعر تاج وهي تشاهد صديقها الوفي يحترق أمام عينيها ولكننا لا نستطيع أن نقول أبداً بأنها شعرت بالندم لاتخاذها ذلك القرار إذ إنها تدرك بأن الهدف الذي ترغب في تحقيقه من وراء ذلك الفعل يستحق منها كل تلك التضحية عندما انطفأ الحريق وتحول إكليل أخيراً إلى رماد كان يجب عليها أن تتحرك سريعاً لتنفيذ الجزء الآخر من خطتها اتجهت نحو ذلك الرماد حركته بيديها وكأنها تفتش عن شيء ما تحته وعندما وجدت ما تبحث عنه ابتسمت كان فرخاً صغيراً بحجم قبضة الكف له ريش كثيف برتقالي اللون ناعم ويملك عينين مذعرتين تشبهان عيني أرنب خائف ولديه منقار صغير معقوف ويملك قدمين هزيلتين في كل واحدة منهما خمسة مخالب ضعيفة ومن كان سيشاهد فرخ طائر العنقاء الصغير ذاك والذي ولد مرة أخرى من رماده لن يأتي في باله أبداً أن ذلك المخلوق اللطيف سيصبح سلاحاً قاتلاً وفتاكاً عندما يكبر قالت وهي تنظر إليه بحنوب مرحباً يا أنت كان فرخ طائر العنقاء ينظر إليها بتعجب إنه لا يعرف أي شيء عن هذه المرأة العجوز ولا يعرف من تكون ولماذا هي تحدق فيه بهذه الطريقة الغريبة أراد التاج أن تربط على ريشه الناعم أن تحمله بين يديها لكنها لم تفعل لأنها كانت تخاف من أن تفعل ذلك فيتعلق بها الفرخ معتقداً بأنها سيدته الجديد جمعت بيديها كل الرماد ثم سارت به نحو القلعة وعندما نظرت للوراء وجدت الفرخ باقياً في مكانه يحدق بها لا يعرف ماذا يصنع فصاحت عليه اتبعني أيها الفرخ صعدت إلى حيث كان حفيدها لا يزال ممدداً فوق السرير أزالت من عليه اللحاف وبدأت تغطيه بالرماد حرصت على ألا تترك بوصة واحدة في جسده إلا وتتيقن من أن الرماد يغطيها باستثناء المنطقة الصغيرة عند فتحتي أنفه وذلك حتى يكون في مقدوره أن يتنفس وعندما انتهت أخيراً من تغطية جسده غادرت الغرفة تاركة خلفها الفرخ وحده مع الطفل إنها بتلك الطريقة تدرك بأن الرماد سيكون كفيلاً بأن يحرك قوة النار الراكدة داخل حفيدها وأن المدة الطويلة التي سيقضيها الاثنان معاً ستكون كافية لكي يتعرف فيها فرخ طائر العنقاء على سيده الجديد اثنى عشر في اليوم التالي فتحت تاج باب الغرفة بقلق وهي تحبس أنفاسها من الخوف أطلت برأسها لتلقي نظرة على جسد الطفل وعندما لم تجد أثراً من الرماد عليه تنفست الصعداء ومسحت بإصبعها دمعتين فرح هبططا على خديها فقد استجاب جسده لرماد العنقاء وأصبحت قوة النار في طريقها للتحرك وما هي إلا أيام قليلة ويكون بعدها مستعداً لتلقي التدريبات التي ستجعل منه جنياً قوياً ولكن سعادتها لم تكتمل إذ إنها تنبهت للتوي إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجهها وهي أن حفيدها لا يزال نائماً منذ اللحظة التي أخذته فيها من المقبر وحتى هذه اللحظة لذلك كان يجب عليها أن تأخذه لحكيم القرية حتى يرى ما به ويحاول معالجته مدت يدها نحوه لتحمله ولكنها ما كادت أن تفعل ذلك حتى وقعت لها مشكلة أخرى لقد ظهر لها فجأة فرخ طائر العنقاء من أسفل السرير وهاجمها عضها في يدها مستخدماً من قاره الصغير المعقوف وحاول أن ينشب مخالبه الخمسة الضعيفة في جسدها حتى يمنعها من لمس الطفل وبسبب هجومه المتهور ذاك كسر عن طريق الخطأ أحد مخالب قدميه إنه الآن يقوم بالدفاع عن الطفل كيف غاب ذلك عن بالها؟ لن يكون من السهل عليها إقناع ذلك الفرخ العنيد بأنها لا تريد أن تؤذي سيده الجديد هي تعلم بأنه لا يزال ضعيفاً وبأنها تستطيع التغلب عليه بكل سهولة لكنها تعلم أيضاً بأن سلالة العنقاء لا تنسى أبداً ولا تغفر وبأن لها من الكرامة ما يجعلها تعود مهما طال الزمن للانتقام من كل شخص حاول في يوم ما أذيتها لذلك حاولت أن تشرح له الموقف بهدوء سيدك بحاجة لرعاية طبية حرك الفرخ رأسه يميناً وشمالاً كأنه يخبرها بأنه لا يثق بها فقالت انظر إليه إنه لا يتحرك سأخذه فقط إلى الحكيم وعندما بدى شكله أنه لا يزال غير مقتنع بكلامها فقالت تستطيع أن تأتي معنا لتتحقق بنفسك وأضافت بصوت جاد ثق بي لن أسمح لأحد بالقيام بأذيته أعيدك أمام منزل صغير يقف عند زاوية الطريق توقفت العربة الخشبية التي يجرها سابح بعد رحلة استغرقت الكثير من الوقت هبطت تاج من العربة تحمل حفيدها بين يديها بسهولة رغم ثقل وزنه يتبعها فرخ طائر العنقاء الذي بدى قلقاً ومتوتراً من أمر هذه الزيارة وما كادت أن تطرق باب المنزل حتى جاءها الصوت الصاخط من الداخل من هذا الحيوان الذي يطرق الباب بهذا الوقت؟ ألا يستطيع الإنسان أن يرتاح قليلاً في هذه القرية الغريبة؟ عندما فتح الحكيم الباب وشاهد من كان يقف أمامه شعر بفداحة الورطة التي أوقعه فيها لسانه الطويل ذات الطائر الأحمر؟ قال مرتبكاً أعتذر لم أكن أعرف أنه أنت لم تتكلم وظلت تحدق فيه لبعض الوقت باستياء فقال إن كان هناك حيوان فإنه أنا وأضاف بخوف كيف أخدمك؟ هذا الولد ما به اجعله يستيقظ اقترب الحكيم ليلقي عليه نظرة فاستطاع أنفه أن يلتقط رائحة الرماد يا للسماء ما هو سر هذه الرائحة الكريهة في جسده؟ لقد دهنته بشيء خاص ما اسم هذا الشيء الخاص؟ قال الحكيم بتقزز براز؟ سأقص لسانك الطويل هذا يا حكيم النحس متجاهلاً ذلك التهديد ألقى الحكيم عليه نظرة ثانية وقال بخبص هل أنت مهتمة بسلامته كثيراً؟ أومأت برأسها فقال دعينا إذا نعقد صفقة أي نوع من الصفقات؟ لقد دذلت في السابق جهداً كبيراً مع هذا المتهور دون مقابل كم تريد من المال؟ سألت بنفد صبر سأكون أبله لو أنني أطلب مالاً من جنية مثلك ما الذي تريده يا حكيم النحس؟ أخبريني أنت ما الذي تستطيعين دفعه لي؟ سأحقق لك أمنية واحدة ثم أردفت هل هذا يكفيك؟ يكفي أدخليه دعينا نرى ما به قال وهو يفسح لها مجالاً للعبور صاح فرخ طائر العنقاء محتجاً فسأل الحكيم وقد انتبه إليه للتو ما خطب طائر البرتقالة هذا؟ إنه غاضب لأنك دعوتني للدخول ولم تقم بدعوته أوه آسف لم أنتبه تفضل بالدخول أنت أيضاً كان فرخ العنقاء يقف قريباً منهما يراقب بتركيز كل حركة يقوم بها الحكيم أما تاج فقد كانت تشعر بالقلق إنها ليست واثقة مما فعلته بحفيدها تخاف من أن تكون قد استعجلت في إعطائه سائلاً نسيان أو أن رماد العنقاء قد تسبب في إلحاق الضرر بوظائف جسده الحيوية قام الحكيم بتمديده على السرير الذي يعالج فيه مرضاه سأبدأ بفحص العين أولاً قال متباهياً بنفسه إنها نافذة الجسد الرئيسة كما تعلمين ومن خلالها يستطي تباً لك ولكلامك الكثير الذي لا ينتهي حكيماً نحس قاطعته بغضب ثم أمرته قائلة ابدأ بفحص الصغير بسرعة رفع الحكيم إصبعاً مرتجفاً في وجهها وقال بنبرة باكية بهذا الأسلوب لن أستطيع الكشف عن حالة الصبي بطريقة صحيحة وهذا سيكون بسببك أنت ثم هو لأنه كان يريد أن يشتم أحداً ويعرف أنه لا يتجرأ على توجيه الشتيمة لتاج فقد حول إشارة بإصبعه نحو فرخ طائر العنقاء وقال وبسبب تلك النظرات الغريبة التي يرسلها لهذا الطائر الأبلة اعترض فرخ طائر العنقاء بإطلاقه صوتاً يحمل نبرة استفهامية كما لو كان يريد أن يقول بأنه لم يفعل شيئاً سيئاً ليستحق ذلك التوبيخ فقالت له تاج تعتذر لا لم يكن يقصد أن يسيئ إليه كل ما في الأمر هو أن هذا الحكيم يمتلك لساناً طويلاً وهو يحتاج من وقت لآخر أن يمده قليلاً خارج فمه تمتم الحكيم وهو لا يزال يشعر بحاجة للتنفيس عن غضبه أمتلك شيئاً آخر طويل وإن كنت لا تمانعين أستطيع أيضاً أن أمده قليلاً إلى الخارج أمسكت لسانه بيد ثم أمسكت بيدها الأخرى عضوه الحساس واصل فحص الولد حتى لا أقص لك أشياءك الطويلة أسناً لا بس أفعل جيد قالت تاج ثم أضافت وهي تبعد يديها عنه ابدأ بدأ بفحص العين اليمنى أولاً ثم انتقل لفحص العين الأخرى ولكنه ما كاد أن يفتح الجفن الأيسر لعين الطفل حتى أصابته الدهشة يا للسماء ما بك تسألت هل ثم تخطب؟ هناك شيء غريب ثم أضاف بدهشة عينه اليسرى تصدر وهجاً لونه أحمر لم تكترث لما قاله الحكيم لأنها تعلم بأن السبب الحقيقي وراء الوهج في عينه هو إشارة للنار التي بدأت تتحرك في داخله قالت دعك من هذا الأمر وابدأ في علاجه رد الحكيم ممازحاً وهو يحاول التقرب منها وكسر حاجز الخوف معها لما لا تنفثين عليه بعضاً من تعاويذك؟ أم أنك أصبحت كبيرة في السن على مثل هذه الأشياء؟ هل تريد مني أن أقوم بتحويلك إلى ضفضة حتى ترى بعينيك مدى قوتي يا حكيم النحس؟ كنت أمزح هذا ليس وقتاً مناسباً للمزاح أيها الأحمق نظر الحكيم نحو الفرخ ليشتمه ولكن نتاج حدست ذلك إياك ثم أردفت وهي تشير بعينها نحو حفيدها افحص الولد جلب الحكيم ربطة أعشاب مقوية وأخرج من أحد الجوارير ورقة صفراء صغيرة الحجم مطوية كان مكتوباً عليها بالزعفران وبخط دقيق جداً بعض الآيات التي جاء ذكرها في أحد الكتب السماوية وضع تلك الورقة مع الأعشاب داخل طبق فخار أضف القليل من الماء المغلي ثم قام بخلطها مستخدماً يد نجر خشبية هذا الدواء سيجعله يفيق تمتم وهو يصقيه من الوصفة تسأل التاج هل هناك احتمال في أن يظل نائماً لفترة طويلة أيها الحكيم؟ لا أعلم وأضاف لا بد أن خسارته لأمه كانت أكبر بكثير من أن يستطيع قلبه وعقله تحملها وماذا في إمكاننا أن نفعل حيال ذلك؟ لا شيء غير أن نصلي للسماء من أجله وأضاف إنه الآن في عالم آخر ويجب علينا أن ننتظر حتى يجد بنفسه الطريق الصحيح للعودة لعالمنا هذا هل سيطول انتظارنا؟ قد يستيقظ بعض لحظات وقد لا يستيقظ أبداً بعد ساعات طويلة من الصمت تجرأ الحكيم قائلاً هل هذا الصغير مثل والدته؟ ماذا تعني؟ قالت بتوتر ماذا تعني بقولك مثل والدته؟ أنا أعرف الحقيقة يا ذات الطائر الأحمر جمانة لم تكن بشرية ما الذي يجعلك تقول كلاماً مثل هذا؟ ماذا عساها تكون إذن؟ لقد أفنيت عمري في هذه المهنة قال بثقة كنت هناك حين مات الكثير من البشر ولم أشاهد في حياتي شيئاً يشبه موت جمانة من قبل وقد كان قلبها متوقفاً عن النبض بينما يشع من عينيها وهج غريب لونه أحمر يشبه بالضبط الوهج الأحمر الذي يصدر من العين اليسرى لهذا الولد وهل هذا ما جعلك تفترض أنها ليست بشرية؟ لقد قرأت عن هذه الظاهرة ذات مرة في أحد الكتب ماذا قرأت؟ حين يموت الجن تظل أعينهم متوهجة لبعض الوقت بلون أحمر قاتم ثم تنطفئ نهائياً ولكن الشيء الوحيد الذي لا يجعلني متأكداً ولم أفهمه هو أنه كيف لجنية أن تموت بسم بشري صمت التاج قليلاً تفكر في الخروج من هذه الورطة لكنها أدركت أخيراً أنها محاصرة من جميع الاتجاهات وأنها لن تستطيع الكذب على الحكيم الذي كان يبدو أنه مطالع جيداً على تلك الأمور فقالت لقد تخلت عن قوتها منذ وقت طويل منذ اللحظة التي وافقت فيها على الزواج من بحر حتى لو أنها تخلت عن قوتها فإن جسدها لا يزال مكوناً من النار والجن لا يموتون بسم بشري التفت التاج إليه وقالت بتوتر لم تستطع إخفاءه ما الذي تقصد قوله؟ أقصد أن أقول بأن هناك أحداً من الجن كان له يد في مقتل جمانا أخذت نفساً عميقاً قبل أن تقول بخيبة أمل وبماذا يفيد هذا الكلام؟ لقد ماتت ولن تعود هل هي ابنتك؟ في لحظة ضعف حركت رأسها معترفة بالسر فسأل الحكيم وهل هذا الولد ينتمي للجن؟ إنه مختلف توقفت عن الكلام قليلاً ثم استطردت توضح قائلاً بشرياً تماماً وليس جنياً أيضاً إنه كلاهما في الوقت نفسه هل تقصدين أنه هجين؟ بالضبط أجابت هجين امتدت بينهما لحظة صمت طويلة حتى سألته تاج هل جربت الحب يوماً؟ مرة واحدة قبل عشرين عاماً عندما كنت شاباً ثم أضاف مداعباً ولكنني الآن لست مرتبطاً بواحدة إن كنت تفكرين بالارتباط به ابتسمت وهي تقول تمهل أيها الحكيم أنا لست حمقاء لهذه الدرجة لست حمقاء للوقوع في الحب أم للارتباط به كلاهما بالطبع قالت ذلك ثم سألت لماذا لم تجرب الحب مرة ثانية؟ لأن القلوب تصبح فاسدة بعد الفراق ولا تصلح للحب مرة أخرى تناهدت وهي تحرك رأسها وتقول ربما تكون محقاً ولكن لماذا سألت إن كنت قد وقعت في الحب من قبل؟ كنت أريد أن أعرف هل كان الحب يستحق من جمان كل هذه التضحية أم لا؟ نحن الرجال لا نستحق أن يضحي أحد بحياته من أجلنا على كل حال قال ذلك ثم نهض من مكانه ليتفحص الطفل وحين عاد سأل وأنت وأنا ماذا؟ ألم تجرب الحب يوماً؟ لم تجب عن ذلك السؤال وصمت طويلاً للحد الذي اعتقد معه الحكيم أن صمتها ذاك إشارة منها إلى رغبتها بعدم الإجابة غير أنها في نهاية المطاف بعدت بين شفتيها وقالت بحياء مرة واحدة وكان منذ زمن طوي ولماذا لم تجرب الحب مرة أخرى؟ لأن القلوب تصبح فسدة بعد الفراق ولا تصلح للحب مرة أخرى ابتسم الحكيم بشرود وقال معك حق ثم أضاف متسائلاً بنبرة مرحة ولكن أخبريني من يكون سيء الحظ ذاك الذي وقعت في حبه؟ شبار الأباطرة فقال الحكيم مدهوشاً ملك أبابيل السابق أومأت له برأسها فقال الحكيم مصعوقاً بذلك الخبر متى؟ أقصد كيف حدث ذلك؟ قالت وكأنه هناك قصة تختبئ خلف نبرة صوتها إنه زوجي ثم أردفت بحزن سحيق ولكننا لم نعم مثل الأول لحظة واحدة لحظة لكي أستوعب الأمر هل اسمك تاج؟ همس التاج والتي كان جميع من في القرية لا يعرفون إلا أن اسمها ذات الطائر الأحمر نعم أنا هي إذن أنت التي تزوجها الملك جبار قبل زوال حكمه بسنين قصيرة؟ انعطف الحديث بينهما لمناطق وعرة لم تكن ترغب الجنية العجوز في الحديث عنها لذلك قالت بصراحة لا أريد الكلام بهذا الشأن صمت الإثنان لبعض الوقت حتى ابتسم الحكيم أخيراً وهو يشير بإصبعه نحو السرير انظري لقد بدأ يستعيد وعياه فاتحطفل عينيه ووجد نفسه في غرفة كئيبة عابقة برائحة الأعشاب وبقايا حطب محترق مضاءة بواسطة شعاع الشمس العابر من خلال الزجاج المتسخ للنافذة وأول ما شعر به هو ذلك الشيء الدافئ الذي يتحرك عند يده أين أنا؟ سأل متعجباً ثم نظر نحو الفرخ وما هذا الشيء؟ قال التاج وهي تبتسم وتقترب منه هذا الشيء هو خادمك الخاص اسمه إكليل ردد الطفل بهمس خافت إكليل؟ حرك الفرخ جناحيه وذيله الصغير ورأسه في آن واحد وبدى كما لو أنه يريد أن يطير من شدة الفرح فقال التاج إنه سعيد بعودتك عودتي؟ تدخل الحكيم بصوت مرح يشبه صوت رجل يلقي نخباً لقد أقلقتنا عليك أيها الولد الأبلى هل عرفتني؟ أنا الذي جاء معك في الليلة الماطرة تلك من أجلئة أيها الحكيم قال التاج وهي تلكزه بكوعها كما لو أنها تخاف من أن تدعه يتكلم فيتذكر حفيدها كل شيء نحن لا نريد أن نتعبه بأشياء لن تفيده نظر الطفل بغرابة نحو الحكيم لبعض الوقت ثم قال لا لم أعرفك من أنت؟ صعد الطفل إلى العربة أولاً وفوق كاتفه يستريح فرخ طائر العنقاء كما لو أنه يستريح فوق غصن الشجرة أما تاج فقد تأخرت عمداً داخل منزل الحكيم لأنها تريد الحديث معه في أمر هام هل أخبرت أحداً بسر جمان ذا؟ أخبرت أيوب وطلبت منه أن يخبر زوجها بالأمر لم تقلق تاج فهي تعرف أن أيوب سيحافظ على الوعد الذي قطعه لجمان قديماً ولن يخبر صديقه بحر بالحقيق ولكنها تشك في أن يستطيع هذا الحكيم الثرثار الحفاظ على السر لذلك فقد فكرت جدياً في قتله لكي تدفين السر معه ولكن في الوقت ذاته قدم لها الحكيم صنيعاً لن تنساه بمساعدتها في شفاء حفيدها وهذا ما دفعها لأن تحتار حتى أكون صديقة معك أن أفكر جدياً بقتلك وهل بهذه الطريقة تشكرين الذي يقدم لك المساعدة؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي يمنعني من الإقدام على قتلك قال التاج بأسفاً ثم أضافت اسمع دعني أتفق معك على أمر سأدعك تعيش مقابل أن تحافظ على سر هذا الولد وأن لا تخبر قصته أحداً هل أنت موافق؟ قال الحكيم الذي لم يكن يريد أن يموت أعيدك بأن لا أخبر أحداً ثم ولأنها أيضاً لم تكن تريد لبحر أن يعرف بأن ابنه معها فيأتي للمطالبة به قالت ولن تخبر أحداً بأنك رأيت هذا الولد معي ثم أكادت عليه أي أحد حتى لو كان أبوه؟ حرك الحكيم رأسه موافقاً ولن أخبر أحداً بأنني رأيته معك حتى لو كان أباه وقبل أن تنصرف من أمامه أوقفها متسائلاً متى تحققين لي الأمنية؟ هل فكرت بواحدة؟ بالطبع ما هي أمنيتك؟ أمنيتي هي أن تحقيقي لي الكثير من الأمان لا تكن سخيفاً لا تستطيع أن تتمنا بهذه الطريقة فكر بأمنية واحدة فقط وسأحققها لك قال ذلك ثم غادر حين وصلوا إلى القلعة ونزلوا من العربة التفت الحصان الأبيض نحو الطفل وهدف أيها الولد حمداً للحظ على سلامتك أما الطفل فقد التفت لتاج مندهشاً إنه يتكلم مثلنا هو لا يتكلم مثلنا ولكن أنت بطبيعتك تستطيع فهم لغة الحيوانات والتخاطب معهم بها أكثر ما كان يؤرقه في تلك الفترة هو أنه لا يتذكر شيئاً عن ماضيه أبداً كانت جميع ذكرياته تبدأ منذ الثانية التي فتح فيها عينيه ووجد نفسه فيها ممدداً فوق سرير الحكيم إنه يعرف بأنه لم يأتي للحياة في تلك اللحظة وأنه لا بد من أن تكون لديه حياة أخرى عاشها من قبل ولكن الغريب في الأمر هو أنه كلما حاول أن يتذكر شيئاً من ماضيه كان رأسه يؤلمه ما اسمكي؟ قال وهو يشير بإصبعه نحو جدته تاج أجابت ثم أشار نحو نفسه وسأل وعنا؟ إنه في بداية الخامسة عشرة من عمره وكان الجميع لا ينادونه إلا بالطفل أو بالولد هكذا فكرت وهي تجيبه قائلة سوف نفتش لك عن اسم في أقرب وقت أيها الولد وهذا الطائر الصغير لماذا يلاحقني أينما ذهب؟ إنه خادمك وهو الذي ساعد في تحريك النار بداخلك ماذا تقصدين بأنه ساعد في تحريك النار بداخلي؟ كانت تاج تؤمن بأن من حق حفيدها على الأقل إدراك طبيعة تكوينه البيولوجي لذلك أجابت أنت مخلوق هجيم كانت لك أم جنية وأب من الإنس ودت لو أنها تستطيع إخباره عن والدته ولكنها خافت من أن يستعيد ذاكرته إن فعلت ويتذكر كل شيء قبل أن تنتهي من تدريبه التفتت نحو الفرخ وأمرته بأن يقترب ولكن الفرخ صاح في وجهها دليلا على أنه يرفض الانسياع لآوامرها فقال التاج لحفيدها مره بأن يقترب أريدكما في أمر مهم ماذا أقول له؟ قل له إكليل تعال إلى هنا إكليل تعال إلى هنا تمتم بتردد أخفض الفرخ العنيد رأسه وحرك جناحيه وذيله دليلا على الطاعة الكاملة واقترب فقال التاج وهي توزع نظرها بينهما بعد أن نجح جسدك في امتصاص رماد العنقاء أيها الولد وأصبحت سيدا لإكليل فإنه يتوجب علي أن أحذركما أنتم الاثنين من شيء مهم سيعتني كل واحد منكما بالآخر لأن مصيركما بات مرتبطا إن مات أحدكما فسيموت الآخر في الأسبوع التالي كان يجب على تاج أن تبدأ في تدريبه على القيام باستخدام قواه الخفية ليصبح قادرا على إخراجها والتحكم بها لذلك سارعت بإدخاله إحدى غرف القلعة الفسيحة وأغلقت الباب خلفهما دون السماح لإكليل بالدخول رغم إصراره على مرافقتهما لماذا لا تسمحين له بالدخول؟ قال متسائلا لأنني أريدك اليوم بكامل انتباهك ثم ولأنها تعلم بأن الخوف هو العائق الأكبر الذي قد يواجهه في بدايات التعلم والعقبة الوحيدة التي لن ينجح في استخدام قوته الخاصة إلا بعد أن يحطمها فقد تربعت أرضا وأمرته بالجلوس أمامها وقد حرصت على أن تجعل بينهما مسافة فاصلة قدرها سبعة أمتار اجلس هنا جلس حيث طليب منه ثم مدت تاج يدها إلى قفص كبير مغطا بستارة بيضاء كان الطفل في البداية يحسبه حائطا من كبر حجمه لهذا فإنه لم ينتبه إلى وجوده إلا في هذه اللحظة قالت له قبل أن تكشف الغطاء عما بداخله القوة تنبع من القلب الصغير لذلك استحق الأسد أن يكون مالكا للغابة مالكا للغابة؟ إنه لا يخاف شيئا يذهب نحو الموت كما لو أنه ذاهب لنزهة يجب عليك أن تهزم خوفك إن كنت تريد أن تصبح حرا ثم أضافت يجب عليك أن لا تدع الخوف يأسرك فأنت لم تأتي إلى هذه الحياة لتكون عبدا حرك رأسه دليلا على الفهم والطاعة جيد قالت تاج ذلك ثم رفعت الستارة الأبيض عن القفص فشاهد أفعى سوداء طويلة ضخمة من فصيلة كبر الجن سألت أتعلم ما الذي قد تفعله هذه الأفعى بك لو أنها هاجمت عليك؟ كان الخوف مسيطرا عليه للحد الذي جعله لا يستطيع أن ينطق سوف تنفث سمها عليك فتقوم بشل حركتك نهائيا لتجد نفسك بعد قليل في بطنها تعاني من الشلل والضيقة ونقص الهواء بالإضافة للجروح القاتلة التي ستخلفها نيابها الحاد على جسدك كان منظر الأفعى السوداء مرعبا للغاية لها رأس مسطح مثل صفيحة درع إغرقية وعينان بريدتان يشع منهما بريق الموت ولسان النحيل متشعب أسود اللون تقوم بإخراجه من وقت لآخر بينما تصدر فحيحا مرعبا مضغ الطفل ريقا من الخوف ثم قال لا تدعيها تخرج من قفصها أرجوكي وكما لو أنها لم تسمع ذلك الرجاء مدت تاج يدها نحو باب القفص لحظة ماذا ستفعلين قطع الطفل صارخا لا شيء قالت ببرود فقط سأسمح لها بالخروج ولكنها خطيرة اطمئن الأفاعي تسير خلف حدسها وتتغذى على الأشياء التي تشعر بالخوف ثم أضافت لذلك لا تخف أنت وأعدك بأن لا تقوم بأذيتك ولكن أنا خائف استعد إذن لأنك ستكون وجبتها اللذيذة فتحت باب القفص وما إن فعلت ذلك حتى خرجت الأفعى تصحف على بطنها تتلمس طريقها باتجاهه مستعينة بلسانها الأسود الطويل المتشعب والذي يخرج ويدخل باستمرار من عظمتها اللسانية قرأ التاج في عينيه محاولة للهرب فصاحت عليه تحذره إياك أن تفعل وبعد لحظات كان في استطاعته أن يشعر بحرارة لسانها السام وهي تتلمس به جسده مثل عجوز عمياء تتلمس الأشياء بيدها طرأت في رأسه فكرة الهروب مرة أخرى ولكن جاءه التحذير الثاني لا تتحرك ثم أردف التاج هذا إذا كنت لا تريد أن ينتهي بك الحال في بطنها لماذا تفعلين هذا بي؟ قال بصوت باكل أنا لم أفعل لك شيئا سيئا وبدلا من أن تحاول تهديئته وبعث الطمأنينة في قلبه حتى ينجح في هزيمة الخوف سألت هل تعرف ما الذي ستفعله بك هذه الأفعى بعد أن تقوم بالتهامك؟ لم تدع له فرصة التفكير بالإجابة وقالت ستأخذك لأقرب جذع شجرة متين لتقوم بالالتفاف عليه وأنت في بطنها حتى تحطم عظام جسدك عظمة عظمة وذلك لكي يسهل عليها هضمك تاج أنا أشعر بالخ... لا تفكر بقولها حتى قاطعت كن قويا أيها الأحمق لا مكان للضعفاء في هذا العالم المتوحش موتي الآن ولن يذكرك أحد كن شجاعا وسيروي الجميع قصتك لم يكن يعرف ما الذي يجب عليه أن يفعله ولكن ربما وقوفه وجها لوجه أمام الموت كان الشيء الذي جعله يحاول فعل ما تقوله تاج هو لا يريد أن يموت الآن إنه ممتلئ بالحياة لذلك بدأ عقله يفكر بهذه الطريقة الخوف يعني أن تقوم تلك الأفعى بالقضاء عليه عدم الخوف يعني أن نجأه أبقى أعضاءه ساكنة أغمض عينيه وغاص عميقا داخل نفسه مثل غواص يفتش عن صندوق مفقود في أحد قيعان البحار البعيدة وبينما كان منهمكا بالتفتيش عن الخوف بداخله إذ لمح شخصا بشعا له وجه ضخم تغطيه البثور الكبيرة يصنع ابتسامة تكشف أصنان صفراء متسوسة وقف الطفل أمامه وقال أنت الخوف أليس كذلك؟ ما الذي تريده؟ قال الخوف بلى أنا هو أريدك أن ترحل من هنا اسمع أيها الطفل أنا لا أستطيع أن أعصي لك أمرا قال الخوف ثم أضاف فأنت في آخر المطاف سيد مشاعرك وتستطيع أن تأمرني فأطيع أمرك ولكن دعني أخبرك بشيء قبل أن تأخذ قرارك الأخير هذه الأفعى السوداء التي أمامك ستمزقك بأنيابها الطويلة قطعة قطعة انظر إلى عينيها وإلى الطريقة التي تحدق فيها بك إنها جائعة وأنت وليمة سهلة لها انتصر الخوف عليه في الجولة الأولى وكاد الطفل أن يرفع رايته البيضاء مستسلما ولكن في اللحظة الأخيرة جاء الصوت من الخارج لا تستمع إليه قال التاج لا يوجد شيء يستحق أن خاف من أجله هذه الحياة لا تغري إلا الجبناء بدأ أن كلمات تاج تلك جاءت للطفل في التوقيت الصحيح الأمر الذي دفعه ليصرخ قائلا سأفضل الموت بشجاعة كان لابد لي من الموت ارحل أيها الخوف لا مكان لك هنا كما تشاء هذا ما قاله الخوف باستخفاف قبل أن يستدير ويغاد هاي أنت صاح الطفل عليه خذ حقائبك معك فليست لك عودة إلى هنا مرة أخرى لا تكن مغرورا قال الخوف ببرود ومن غير أن يلتفت ستقع في الحب يوما وحينها سأعود إليك طوقت كبرى الجن جسده وكان في استطاعته أن يشعر بعضلاتها الصلبة وبخشونة الحراش في الدقيقة في جلدها وهي تحتك بجسده الهزيل قربت فمها من عند أذنه ثم أطلقت فحيحا منخفضا كما لو أنها في تلك اللحظة كانت تقول له قل مرحبا للموت أيها الصغير لقد كان بين أحضان الموت ورغم ذلك لم يشعر بالخوف تعلم أن تضبط نفسك قال التاج كل الأخطار ستمضي إذا ما كان الصبر معك استمرت كبرى الأفعى تلف نفسها حول جسده ساعة من الزمن كما لو أنها تأخذ غفوتها هناك أما الطفل فإنه خلال ذلك الوقت كان قد أبدى ضباطا عاليا في التركيز وهدوء الآصاب والحفاظ على مشاعره وحين نجح في تدريبه الأول قالت له تاج أطلب منها أن تحرر جسدك الآن أيتها الأفعى قال بثقة حرري جسدي شرط أن تعيدني إلى الغابة قالت هل تسكنين هناك؟ نعم وأنا حارسة الغابة المظلمة ثم أضافت هو اسمي تارة عندما قالت كبرى الأفعى تلك بأن اسمها تارة أحص الطفل بأنه قد سمع ذلك الاسم من قبل ولكنه عندما فتش في أدراج ذاكرته شعر بالألم في رأسه فأوقف عملية التذكر وقال متناسيا الأمر تحرسينها من ماذا؟ من المتطفلين فهذه الرقعة من الأرض لا يسمح لبني البشر بالدخول إليها قالت وهي تحرر جسده ثم تابعت موضحة إنها منطقة خاصة كانت تسكنها قديما عائلة الأباطرة وظل محرما دخول البشر إليها حتى بعد رحيلهم الأباطرة؟ تساءل وكأنه أيضا سمع باسم تلك العائلة من قبل ولكنه لا يذكر أين ومتى وكيف إنها العائلة التي كانت تحكم مملكة أبابيل قديما قالت تارة وما الذي حدث لهم؟ زال حكمهم زال؟ لم تكن تاج تريده أن يعرف أكثر فقاطعت حديثهما يستحسن أن تسرع أيها الولد في إخراج تارة من القلعة قال معترضا ولكني أريد أن أعرف كيف زال حكمهم سأخبرك لاحقا وقت النوم؟ سأل أخبرتك أكثر من مرة بأنك كبرت على قصص النوم ولكنني أحبها افعل كما أمرتك وخثار إلى الغابة هيا بسرعة فتحطف لباب الغرفة فسقط إكليل الذي كان يجلس متكئا على الباب في انتظار أن يفتح له حمله من على الأرض وأجلسه فوق كتفه ثم التفت نحو تارة وقال قبل أن يهرول مبتعدا اتبعيني قالت تاج تحادث تارة شكرا لأنك وافقت على مشاركتي في تدريبه اليوم لم أكن أعتقد بأنك قد قاطعتها بحزن لماذا تقومين بتدريب الصغير يا تاج؟ ما الذي تخططين له؟ أريده أن يصبح أقوى أجابت باختصار تارة تعرف أن تلك الجنية لا تقول الحقيقة لذلك قالت قد يكون في مقدورك فعل أشياء كثيرة يا تاج ولكن الكذب علي ليس واحدا من الأشياء التي تستطيعين فعلها أنا لا أكذب يا تار ربما لا تكذبين ولكنك أيضا لا تقولين الحقيقة كاملة أخذت تاج نفسا عميقا إنها تعرف بأنها لا تستطيع الكذب عليها حسنا معك حق هناك سبب آخر ولكنني أرغب في الاحتفاظ به لنفسي ثم أضافت بتحدي هل لديك اعتراض على ذلك؟ زحفت تارة مغادرة وهي تقول لا ولكن تذكري بأني سأكون دائما هناك وبأنني لن أسمح لك بأذيته أربعة عشر في إحدى الساحات الشاسعة للغابة المظلمة وأمام صخرة كبيرة كانت تنتصب هناك قالت الجدة الجنية وهي تصالب يديها وتحادث حفيدها سوف تستطيع فعلها بالتأكيد ولكن ليست هناك فتحة في تلك الصخرة لكي أستطيع العبور من خلالها للجهة الأخرى يا تاج أنت لست في حاجة لوجود فتحة لكي تستطيع العبور ولكن كيف؟ افعل ما أخبرتك وكفاك تذمرا هذا ما دار بينهما وهي تحاول تعليمه استخدام مهارة العبور النفاذ من خلال الإجسام الصلبة غير أنه لم يكن واثقا من قدرته على استخدام تلك المهارة ورغم ذلك إلا أنه سينفذ ما هو مطلوب منه تراجع عشر خطوات إلى الوراء ثم راح يركض باتجاه الصخرة بكل سرعته وبدلا من العبور من خلالها للجهة الأخرى استضم بها ووقع أرضا تسبب ذلك الاستدام بفتح جرح عميق في منتصف جبينه جعل الدماء تتسرب من خلاله بغزارة إلى عينيه وأنفاه التفت نحوها وقال بشيء من العتاب ألم أقول لك بأنني لن أستطيع ركض إكليل نحوه ليطمئن عليه وما أن شاهد عمق الجرح حتى صاح بصوته الناعم قال الطفل ليطمئنه لا تقلق أنا بخير سدت تاج بيدها فتحة الجرح ومسحت بيدها الأخرى آثار الدم من على وجهه نظرت إلى عينيه البندقيتي اللوني بصرامة كما لو أنها بنظرتها تلك كانت تعاتبه على استدامه بالصخرة وسألت من أنت أنا الطفل أجاب ببراءة لم أقصد اسمك أقصد من تكون رغم بساطة السؤال إلا أنه لم يعرف بماذا يجيب فقال تاج إذا كنت تريد فعلا النجاح في تحقيق أهدافك يجب عليك أولا أن تعرف نفسك جيدا لهذا دعني أسألك مرة أخرى من أنت فكر قليلا وعندما فشل في التوصل لإجابة قال لا أعرف قال التاج ببطء وهي تشير بيدها نحو نفسها أبرا كادابرا ثم كررت مرة ثانية حتى يتعلم طريقة نطقها أبرا كادابرا وتعني أنا الذي يصنع ما يقول حرك رأسه دليلا على الفهم والطاعة والآن أخبرني من أنت أعاد التاج سؤالها عليه آه قال وهو يشير بيده نحو نفسه مقلدا طريقتها برا كادابرا هل تستطيع اختراق تلك الصخرة؟ سألت نعم أستطيع أجاب بثقة إذن؟ صاحت وهي تصفعه على مؤخرته اذهب واصنع ما تقول متناسيا للألم الحارق والذي يسببه له الجرح المفتوح في جبينه تراجع عدة خطوات إلى الخلف ثم وقبل أن ينطلق لتحقيق هدفه وقف إكليل أمامه فاردا جناحيه راسما بها علامة قف كما لو أنه يريد بذلك منع سيده من أذية نفسه إن كنت تؤمن بي فابتعد صاح عليه رغم عدم ثقة إكليل التامة به إلا أنه أخفض جناحيه وابتعد عن الطريق نظر الطفل نحو الصخرة الكبيرة بإصرار وقبل أن يركض باتجاهها قالت له تاج تنفس عبر فتحتي أنفك أشعر بالهواء وهو يغذي داخلك وعندما تشعر بأنك مستعد انطلق تراجع خطوات إضافية للخلف أغمض عينيه وأخذ نفسا عميقا عبر فتحتي أنفه وأحس بالأكسوجين وهو يجري عبر قصبته الهوائية مستقرا في رئتيه مغذيا بعد ذلك كل خلايا جسده وعندما شعر بأنه مستعد فتح عينيه وقد استبغت عينه اليسرى باللون الأحمر القاتم ثم سمح لقدميه بأن تدفعانه نحو الصخرة أما إكليل فقد أشاح بنظره نحو الجهة الأخرى إنه لا يرغب في أن يكون شاهدا على تحطم رأس سيده بينما حبس التاج أنفاسها وهي تراقب انطلاق تحفيدها نحو الصخرة فرغم ثقتها به وتحفيزها المتواصل له إلا أنها لم تكن متيقينة تماما من أنه سيكون قادرا على استخدام مهارة العبور خاصة بهذه السرعة وعندما جاءت اللحظة التي كان من المفترض أن يصطدم بها الطفل في الصخرة ويسقط أرضا كما حدث معه في المرة الماضية استطاع أن يخترقها ويعبر من خلالها للجهة الأخرى عاد إكليل لينظر باتجاه الصخرة حتى يرى ما الذي حدث ولكن عندما لم يجد لسيده أثرا أطلق صوتا ناعما يحمل نبرة استفهامية كأنه يسأل به تاج عن المكان الذي ذهب إليه سيده فتحت أجفمها لتخبره بالجواب ولكنها قبل أن تتكلم صح الطفل بكل صوته وهو يكمل طريقه ركضا بين الأشجار العالية المتشابكة للغابة المظلمة أبرا كدابرا أنا الذي يصنع ما يقول خمسة عشر تعلم الطفل خلال الثلاث سنوات التي قضاها هو وإكليل عند جدته الكثير من الأشياء المهمة وكان في استطاعته تعلم المزيد لو لم يطرق ذلك الشخص بوابة القلعة في مساء ذلك اليوم حدث هذا عندما كان التاج تحاول القيام بتعليمه كيفية التأثير في الأشياء المادية عن بعد ومن غير الاحتكاك المباشر بها الأمر الذي كان سيضاعف من قوته كثيرا لو أنه استطاع إثقان هذه المهارة بشكل كامل أحضرت له شمعة مطفأة جعلتها بعيدة عنه بحيث لا يستطيع الوصول إليها ثم قالت ببرود وكأنها تأمره بالقيام بأتفه الأشياء بساطة اشعل النار في فتيلها أيها الولد من مكانك وبدون أن تتحرك هيا نظر بغرابة نحو فتيل الشمعة المطفأة وقال مستسلما كيف لا أستطيع توقف عن القول بأنك لا تستطيع قل بأنك لا تعرف ما الفرق؟ عندما تقول بأنك لا تستطيع فهذا يعني اعترافك بالعجز ولكن عندما تقول لا أعرف فهذا يعني أنك تحتاج إلى القليل من العلم حتى تحقق هدفك ثم أضافت بنبرة قاسية يجب عليك أن تراقب كلماتك جيدا إنها من تحدد مصيرك حسنا أنا لا أعرف وأريد أن أتعلم كل ما تفكر به قابل لأن يتحقق قالت بحصافة فعقلك لا يستطيع التفكير بالأشياء المستحيلة كل ما ينقصك فقط هو الإيمان بنفسك الإيمان بنفسي؟ قال متسائلا كل ما ينقصك هو الإيمان بنفسك وسترى كيف ينحني لك العالم كله من أجل أن يحقق لك ما تريد حرك رأسه دليلا على الفهم والطاعة والآن حتى تشعل فتيل الشمعة يجب عليك أن تستعين بخيالك بخيالي؟ سأل متعجبا من ذلك الكلام كيف؟ الأهداف تولد أولا في المخيلة ثم تتحقق في الواقع لم أفهم حسنا دعنا نسر خطوة خطوة ثم أضافت بصبر ما الذي تريده الآن؟ أشار نحو الأمام بإصبعه أن أشعن فتيلة تلك الشمعة الأمر بسيط جدا تخيله في رأسك يشتعل وسيحدث ذلك هذا كل ما في الأمر؟ أو ما أتاج له برأسها؟ أغمض عينيه وراح يتخيل بأن فتيلة تلك الشمعة يشتعل ولكنه حين فتح عينيه بعد قليل من الوقت وجد بأن خياله ذاك لم يتحقق في الواقع لقد فعلت كما قلت لي ولم يشتعل الفتيل أعلن استسلامه ضربته على رأسه بقوة وصاحت عليه هل كنت تعتقد أن الأمر سيكون بهذه التفاهة؟ وهو يمسك رأسه بيديه من شدة ألم الضربة ويقول لماذا ضربتني؟ عليك أن تكون أكثر جدية وأنت تتخيل الأشياء إذا كنت تريدها أن تتحقق فعلا لماذا تصرخين؟ لأنك أحمق لقد فعلت كما طلبت مني لقد كانت خيالاتك سخيفة ثم شرحت يجب أن تشاهد في خيالك خيط الدخان الخفيف وهو يتصاعد من الفتيل وتشاهد الضوء المتراقص الذي تبعثه إضاءة الشمعة يجب عليك أن تسمع الصوت الصامت للنار وهي تشتعل أن تستنشق بأنفك رائحة الشمع الذائب هل فهمت؟ أومأ الحفيد برأسه ثم راح يتخيل فتيل الشمعة يشتعل ولكن بالطريقة التي أخبرته بها الجدة فاستطاع في خياله مشاهدة خيط الدخان الخفيف المتصاعد من الفتيل والضوء الناعس المتراقص المنبعث من الشمعة واستطاع أن يستنشق رائحة الشمع الذائب وفي المقابل كانت تاج وإكليل يراقبان عن كثب الرأس الأبيض للفتيل وهو يتحول تدريجيا لللون الأسود سينجح همست تحدث إكليل بصوت منخفض لكي لا تقطع تركيز حفيدها ولكن وقبل أن يتمكن الطفل من إشعال الفتيل كان هناك شيء قد حدث قطع عليه تركيزه وذلك عندما سمع أصوات طرق على بوابة القلعة يبدو أن هناك من يطرق الباب قال شعر التاج بأنه ثمت أمرا سيئا على وشك الوقوع سأرامني الطارق ثم أضافت وأنت واصل تدريبك عندما فتحت بوابة القلعة رأت أمامها الشخص الذي كانت تخاف دائما من قدومه لقد جاء بحر هل أستطيع أن أفهم ما الذي يفعله ابني عند امرأة مثلك؟ لقد آتنيت به في الوقت الذي تخلى عنه الجميع بمن فيهم أنت لم أتخلى عنه لقد ذهبت لمطاردة من قتل زوجتي وأين كنت في تلك الأيام التي كانت زوجاتك فيها تموت في اليوم ألف مرة بسبب التفكير بك وبغيابك عنها أصابت بكلماتها تلك جرحا عميقا في قلبه مما دفعه لأن يواجه صعوبة شديدة في ضبط أعصابه لم أأتي لأشرح لك أسبابا لا تعنيك جئت لأخذ ابني وأذهب هو من سيعتني به أنت؟ أظن أن هذا ليس من شأنك يا ذات الطائر الأحمر لن يخرج الولد من هنا قبل أن تخبرني أريد أن أعرف لماذا تبدي جنية قادرة مثلك اهتماما بولدي؟ راقب لسانك إن كنت تريده أن يبقى داخل فمك قالت محذرة متجاهلا ذلك التحذير أجاب هل ستعطينني إياه أم آخذه باستخدام القوة؟ بهدوء يدل على ثقة عالية بالنفس ردت عليه لن يخرج من هنا قبل أن تخبرني عن الشخص الذي سيعتني به صحيح أن بحر كان فارسا لا يشق له غبار ولكن رغم قوته إلا أنه يجهل تماما ما الذي قد تفعله به تلك الجنية لو أنها قررت فعلا استخدام قوتها ضده لهذا رد عليها قائلا ومن سيقوم بمنعي؟ أنت؟ تجهل التاج تلك الاستهانة الواضحة في نبرة صوته وكررت أجب عن سؤالي يا بحر من سيقوم بالاعتناء بالولد؟ ستقوم أيار بالاعتناء به ستدعو تلك المرأة المعوقة تعتني بحف كادت أن تقول بحفيدي ولكنها تداركت نفسها بآخر لحظة وقالت بالولد؟ هذا ليس من شأنك أخذ التاج نفسا عميقا واستطاعت بعد جهد كبير القيام بضبط أعصابها إنها تعلم مدى العناد الذي يتمتع به بحر وبأنها إن كانت تريد الاحتفاظ بحفيدها فإنه يجب عليها أن تكون أكثر لينا في هذا الموقف أعلم بأن فقدانك لزوجتك لم يكن بالأمر الهيئ ثم أضافت بنبرة أكثر لطفا ولكن هذا الولد يا بحر فقد أصبح في الثامنة عشرة من عمره وهو يستحق الكثير من الاهتمام والرعاية دعه يبقى هنا وأعدك بأني سأقوم برعايته وتعليمه حتى يكبر أكثر جنية مثلك ما الذي ستقوم بتعليمه لابني؟ قال التاج وهي تفقد أعصابها وأيار تلك أليست ساحرة؟ بلى ولكنني أثق بها أما أنت فأنا لا أعرف عنك شيئا أعيدك بأنني سأعتني به جيدا وبأنه سيكون في مقدورك القدوم لهنا في أي وقت لرؤيته والارطمئنان عليه ها ماذا قلت؟ آسف لا أقبل عودا من الغرباء حسنا ربما تكون محقا في عدم قبولك وعدم من شخص غريب وأضافت ولكن أخبرني على الأقل هل ستكون أنت معه؟ لا قال بحر فأنا قد عدت للعمل مع منظمة الجاثوم مرة أخرى اتسعت عينا تاج عندما سمعت ذلك الخبر وقالت غير مصدقة بعد أن قتلوا زوجتك لم يجب وكأنه لم يكن يريد أن يشرح أشياء يرى بأنها لا تعني أحدا غيره قالت تاج غاضبة قلت لي قبل قليل بأنك ذهبت لمطاردة الذين قتلوا جمانا كنت أعتقد أنك ذهبت لتثأر لها وليس لتجدد ولا أكلهم ثم رفعت صوتها في وجهه وصرخت هل حدث لرأسك شيء يا بحر؟ وبنبرة حزينة كما لو أنه يعترف بأخطائه أمام بابا الكنيسة لقد قتلوها بسبب تهوري كان يجب علي أن أصغي لكلام صديقي أيوب عندما نصحني بأن لا أزور عائلتي ولكنني أحمق لم أستمع لنصيحته ومن أجل ذلك قتلوها وهل وعدوك بأنهم سيعيدونها للحياة إن عدت للعمل معهم؟ بل قالوا إنهم سيدعون ابني عيش وما هي شروطهم هذه المرة؟ أن أترك الولد عند أيار تهتم به وأعود للعمل معهم تقصد ليكون تحت أعينهم فيهددونك به عند الحاجة المهم هو أن يكون بخير هل أنت مقتنع بهذا الكلام؟ هل وافقك صديقك أيوب على ذلك؟ لا أعرف عنه شيئا لماذا؟ أين هو؟ قال بحر وهو يبتلع رغبة في البكاء إن كان قد تمكن من النجاة فأظنه عند قبائل الأشاوس ما الذي حدث؟ ألم تكن معه؟ بل كنت ضده قال بنادم ثم أضاف يروي القصة بعد أن قتلوا جمانا اتجهت أنا وأيوب غربا نحو سلسلة الجبال المحرمة كنا نريد طلب العون من الأميرة أشاوس أميرة قبيلة الأشاوس لكي تساعدنا في حرب الثأر ولكن مبعوثي ناب الفيل اعترضوا طريقنا قبل أن نصل إلى هناك ماذا كانوا يريدون؟ أخبروني بأن ناب الفيل يتواعد بقتل ابني إن قمت بأي حركة ضده وما دخل أيوب في الأمر؟ قال التاج بشكل ما الذي فعلته يا بحر؟ بعد موافقتي على العودة للعمل معهم وتعهدي لهم بالطاعة الكاملة كان أول أمر أتلقاه منهم هو قتل صديقي أيوب وهل وافقت؟ لم يجب عليها فكرر التاج بنفاد صبر هل وافقت؟ لم يكن لدي خيار آخر ثم أضاف حاولت قتله لكنه هرب فطارده مبعوثونا بالفيل وحين عادوا قالوا بأنهم قتلوا صمت التاج من الصدمة بينما تابع بنبرة صوت يائسة تشي بعجزه لا أحد يستطيع النجاة من بطشنا بالفيل حتى أنت يا ذات الطائر الأحمر لا تستطيعين الوقوف في وجهه إنه لا يغيب عن علمه شيء حتى أنني بدأت أقتنع فعلا بأنه الرب كما يدعي فهو قوي لا يستطيع أحد التغلب عليه ولديه في كل مكان جواسيس ينقلون إليه الأخبار لو أنني فكرت مجرد التفكير فقط بتكوين قوة ضده وسيعرف بذلك فورا ويأمر بقتل ابني ولن يستطيع أحد أن يمنعه حينها من فعل ذلك لهذا كان يجب علي أن أوافق لم تعلق تاج ولكنها شتمته بنظرتها قال إن الولد هو آخر شيء تبقى لي من زوجتي وأنا لا أريد لشيء أن يمسه بمكروه لذلك وافقت على العودة للعمل معهم وهذه المرة لن أخالف الاتفاق سأطمئنه فقط بأنه أصبح عند أيار وأعود إليهم ولن أرجع لرؤية ابني مهما وسوس لي الحني ثم نظر نحو السماء وهتف هل تسمع يا ناب الفيل؟ لن أخالف هذه المرة لاتفاق أعدك أمسكته من تلاديب كيابه ثم قربته إليها حتى كاذا أنفها يلامس أنفه اخفت صوتك أيها الأحمق أنت تقف أمام قلعة جبار الأباطرة ولن يتجرأ ناب فيلك المخنث هذا مجرد التفكير بالاقتراب من هنا ماتت جمعانا تلك التي من أجلها كنت أتنفس قال بنبرة صوت تشي بعمق جرحي وأظن أنني خسرت صديقي أيوب ولم يتبقى لي عزيز إلى قلبي غير هذا الولد أرجوك دعيني أحافظ عليه بالطريقة التي أراها مناسبة أرجوك يا ذات الطائر الأحمر مضت بضع لحظات أخرى قبل أن تقوم تاج بإفلات بحر من قبضتها والعودة لداخل القلعة دون أن تعلق على كلامه أو تقول شيئاً لحظة إلى أين تذهبين؟ سأحضر لك الولد ذهب التاج إلى حيث الغرفة التي يجلس فيها حفيدها برفقة إكليل ورغم أنها شاهدت فتيل الشمعة يشتعل إلا أنها لم تكن مسرورة كثيراً بنجاحه في اكتساب تلك المهارة الجديدة نظرت مباشرة إليه وكان من الصعب عليها أن تخبره بأنه سيكون مضطراً للرحيم ولكن لم يكن أمامها خيار آخر والدك هنا والدي؟ نعم وقد جاء ليأخذك يأخذني؟ نعم إلى امرأة ستقوم بالاعتناء بك ولكنني أريد البقاء معك قال وهو يتمسك بها أرجوك لا تجعل هذا الوداع يكون صعباً قال التاج بحزن وهي تبعده عنها اسمعي الكلام واذهب معه وأنت لا تقلق سأكون بخير ثم أضافت وسآتي لزيارتك من وقت لآخر اتفقنا؟ عندما قالت اتفقنا ضرب قلبه بقوة وشعر بإحساس لم يستطع في تلك اللحظة تفسيره لم تكن تلك الكلمة غريبة عليه لقد كان يسمعها دائماً ولكن الآن وبطريقة غامضة لا يستطيع أن يتذكر ما بك؟ سألت لماذا أصبح وجهك أصفراً هكذا؟ تجاهل سؤالها وقال بتردد اتفقنا سار خلفها وفوق كتفه يجلس فرخ طائر العنقاء والذي بدى هادئاً غير مبال بالأحداث التي تدور من حوله لم يبدي الطفل أي ردة فعلاً عندما شاهد والده وربما يكون ذلك بسبب ذاكرته المعطلة إنه يقف الآن أمام رجل غريب بالنسبة إليه لم يسبق له في حياته أن رأاه قبل هذه المرة قال بحر وهو يتفادى النظر لعيني ابنه ولتاني تشبهان عيني جمانة هيا يا بني سنذهب لمكان آخر التفت الطفل نحو تاج إنه لا يعرف ماذا يفعل اذهب معه همست وهي تدفعه من كتفه ليس هناك ما يخيف هز رأسه موافقاً وقبل أن يبتعت قال بحر مستغرباً كما لو أنه للتوي ينتبه للطائر ما نوع هذا الطائر؟ اسمه إكليل قال الطفل وهو الذي سأ كاد أن يخبره بكل شيء ولكن قبل أن يفعل أوقفته تاج مستخدمة مهارة التخاطر خاصتها وقالت له من غير أن يسمع بحر شيئاً لا تكمل توقف يجب أن لا يعرف أبوك شيئاً عن هذا الأمر صمت ولم يكمل فقال والده أكمل وهو ماذا؟ ثم ولأنه واصل الحفاظ على صمته ولم يتكلم فإن والده لم يشعر بالإطمئنان خصوصاً وأن ذلك الطائر البرتقالي اللون لم يكن يشبه أي نوع من أنواع الطيور التي كان يعرفها قال حاسماً الأمر لن نأخذ هذا الطائر معنا تحدث مع جدته مستخدماً مهارة التخاطر ماذا أفعل يا تاج؟ يجب عليك أن تجد الطريقة تأخذ فيها إكليل معك التفت نحو والده وقال أريد الاحتفاظ بهذا الطائر صمت قليلاً ثم تابع كما لو أن غريزته أخبرته بأن يستخدم هذه الحيلة أرجوك يا أبي نظر بحر نحو الطائر بشيء من الشك وهو ليس مرتاحاً للأمر ولكنه في النهاية كان تحت تأثير كلمة أبي إنها المرة الأولى التي يطلب فيها ابنه شيئاً منه والمرة الأولى أيضاً التي يناديه فيها بتلك الكلمة قال بعد تردد لا بأس تستطيع الاحتفاظ به غادر ثلاثتهم المكان بينما زمجر التاج بصرير صوت منخفض خرج من تحت أسنانها وهي تشتعل غضباً لقد حكمت على نفسك بالموت حكماً نحس ثم أردفت ولكن قبل أن أصفي حساباتي معك هناك من يجب علي رؤيته أولاً كان من المقترض أن تقوم حرسة الغابة المظلمة بقتل بحر في اللحظة التي وطأت فيها أقدامه أرض الغابة فهو كائن بشري في نهاية المطاف ولكن لأنها لم تفعل ذلك فإن تاج كانت تريد لقاءها من أجل التحقيق معها بشأن هذا التقصير الذي لا يغتفر وقبل أن تذهب للتفتيش عنها سمعت حثيف جسد يزحف تجاهها كان قادماً من بين الحشائش الكثيفة همس التارة وهي تقترب أعلم بأنك تريدين رؤيتي لذلك قررت أن آتي إليك بنفسي لماذا لم تقومي بقتله عندما دخل حدود الغابة؟ لم أستطع لماذا؟ من أجل روح جمانة نشأت كوبر الجن تلك منذ صغرها مع جمانة في قلعة الأباطرة وعلى الرغم من اختلاف جنسيهما إلا أنهما لفرط تعلق بعضهما ببعض عاشا طوال حياتهما كما لو أنهما أختان ولم يحدث أبداً أن افترقاه إلا عندما قررت جمانة الارتباط ببحر والزواج منه ورغم تعلق تارة الشديد بها إلا أنها احترمت قرارها وابتعدت عنها نهائياً كان الغضب الذي في تاج يجعلها تتمنى القيام بقتل تارة ولكن في الوقت نفسه تعلم بأن الدخول في معركة ضدها لن يكون سهلاً فقد تلقت تلك الأفعى تدريباتها على يد جبار الأباطرة نفسه الأمر الذي يجعلها غير قابلة للهزيمة بسهولة اختفت تاج من أمامها دون أن تفعل لها شيئاً واتجهت نحو مكان آخر كان الحكيم وقتها يجلس فوق كرسيه الأثير يقرأ في أحد الكتب القديمة على ضوء شمعة مرهقة عندما سمع فجأة صوتاً من الفراغ يقول ألم أقل لك بألا تخبر أحداً؟ يا للسماوات هل هناك من يتكلم معي أم أنني أتوهم؟ ألم أحذرك بالقتل لو أنك فتحت فمك يا حكيم النحس؟ ذهت الطائر الأحمر؟ ظهر التاج أمامه فجأة وقد كان الانزعاج بادياً عليها وهي تحدق نحوه بغضب راحت تتقدم باتجاهه وقد استبغت كلتا عينيها باللون الأسود وكان شعرها الطويل يتحرك من تلقاء نفسه كما لو أنها في تلك اللحظة كانت تقف وجهاً لوجه ضد تيار هوائي شديد السرعة ضد عيني أشرح لك ظلت تقترب منه دون أن تعطيه فرصة للحديث فقال مدافعاً عن نفسه لم يكن أمامي خيار كنت مضطراً لقد هددني بالقتل إن لم أخبره وعندما بات موته وشيكاً قرر الحكم أن يستخدم آخر ورقة لديه الحياة ثم أضاف برعب الحياة هي أمنيتي لقد عقدت معك اتفاقاً ولا أظن أنك ستنكثين وعدك لي تباً لك صرخ التاج لقد نجوت من الموت ولكنها قبل أن تغادر من أمامه تمتمت له بكلمات لم يفهم معناها ثم مسحت بيدها على وجهه وعندما شعر الحكيم بأن كل شيء في جسده يتقلص وبات جسده يصغر شيئاً فشيئاً حتى اختفى تماماً ولم يبق منه سوى ثيابه التي سقطت أرضاً ثم وبعد قليل من الوقت كان هناك فأر لديه لحية طويلة نسبياً تشبه لحية عنز فحل خرج من كم ثياب الحكيم وقف على قائمتيه الخلفيتين ينظر نحو تاج لبعض الوقت ثم راح يركض بقدمه ويديه مبتعداً ستة عشر في غرفة ضيقة تضج أركانها بشباك العناكب وجد الطفل نفسه وحيداً برفقة فرخ طائر العنقاء بعد أن تركه والده تحت رعاية الساحرة أيار وذهب للعمل مع منظمة الجاثوم وبسبب الوحدة أو ربما الحنين والفراغ كان طوال الوقت يغمض عينيه ويحاول التواصل مع جدته عن طريق مهارة التخاطر أنا وإكليل نشعر بالحزن على فراقك ونفتقدك طوال الوقت هل تسمعين يا تاج؟ ولأنه لم يكن يتلقى منها أي إشارة تدل على الاستجابة فإنه كان يكرر عملية التخاطر تلك لأكثر من مرة ولا يتوقف أخيراً إلا عندما ينام على نفسه من فرط المحاولات والتعب ثم في محاولة أخرى للتواصل مع جدته فقد لجأ ذات مرة لطريقة أخرى حيث قام بالتحدث مع عصفورة حطت على إفريز النافذة الصغيرة للغرفة أيتها العصفورة سأعطيك شيئاً تأكلينه مقابل أن تذهب للغابة المظلمة وتخبر تاج بأنني أريد الحديث معها غير أن تلك العصفورة كانت تنظر نحوه بغرابة من غير أن تفهم منه حرفاً واحداً ثم طارت مبتعداً كان الفشل الذي يحصل عليه من وراء تلك المحاولات يضاعف في داخله الشعور بالوحدة والحزن لقد فقد نهائياً مهاراته التي تعلمها من تاج وانطفأت قوته مضت أيام كثيرة وهو على تلك الحالة من البؤس والضعف قبل أن يستيقظ من نومه في منتصف إحدى الليالي الباردة بسبب إكليل الذي كان ينظر إلى نقطة محددة في ظلام الغرفة ويزمجر بصوت مرتفع مثل كلب حراسة يستشعر قدوم شخص غريب قال الطفل بكسل لماذا توقذني في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ لم يتوقف إكليل عن الزمجرة فعرف أنه كان يحاول إخباره بأن ثمت شخصاً آخر معهما في الغرفة قال وهو يزيل اللحاف عن جسده من هنا؟ لم أتوقع أن يستطيع إكليل اكتشافي وأنا متخفية قال التاج ثم تابعت وهي تظهر نفسها يبدو أن مهاراته بدأت تتطور بشكل جيد هتف وهو يعانقها كنت أعلم بأنك ستأتين صاح طائر العنقاء سعيداً وهو يحرك جناحيه وذيله عندما شاهد سيده يحتضن تاج ورح يحشر نفسه بالقوة بينها وبينه كان ضوء القمر الناعم والذي يتسلل من خلال النافذة الصغيرة يسمح للجدة برؤية ملامح الحفيد والطائر الذين كانت تعب وسوء التغذية واضحاً عليهم يبدو أن أيار تسيء معاملتكما أيها الصغيران بعض الشيء قال بغصة كما أن مذاق الطعام هنا سيء للغاية وإكليل لم يأكل شيئاً طوال الأيام الماضية عرفت أن هذا سيحدث قالت وهي تمد لهما زنبيلاً مليئاً بالطعام كان منظرهما وهما يأكلان الطعام بشراها يدل على أنهما كانا قد وصلا لآخر حدود الجوة وشعر التاج بينما تنظر لوجه حفيدها وهو يأكل بأن هناك أمراً ما يشغل باله وهذا ما تحققت منه فعلاً بعد قليل فما إن فرغ من تناول طعامه ومسح فمه بكف يده حتى سألها قائلاً هل أيار هذه أمي؟ بانفعال أجابت هذه المرأة المعوقة أمك من قال لك ذلك؟ هذا هو تفسير الوحيد وإلا فلماذا يتركني أبي معها ويذهب؟ أخبرتك بأن أمك كانت جنية ألم أعلمك كيف تميز مخلوق النار عن مخلوق الطين؟ بلى إذن هل هذه المرأة المعوقة مخلوقة نارية؟ لا أعلم ماذا تقصد بأنك لا تعلم؟ أشعر بأنني ضعيف جداً ماذا حدث؟ تكلمت بقلق أخبرني شرح لها عن كل الأشياء التي يشعر بها وأخبرها بأنه لم يعد قادراً على استخدام شيء من قوته التي علمته إياها وحين انتهى سألته بشك هل أنت واثق مما تقول؟ إني أشعر كما لو أن قوتي زالت لا تكن سخيفاً لن تزول قوتك بعد أن تحركت في داخلك وفي تلك اللحظة وقبل أن تبدأ بتشخيص حالته وترحي الاحتمالات التي قد تجعل مخلوقاً هجيناً يفقد فجأة قوته ويصبح غير قادر على استخدامها فتح أحدهم باب الغرفة من غير استئذان ما الذي يجري هنا؟ سألت أيار مع من كنت تتحدث؟ نظر باتجاه المكان الذي كان التاج تقف فيه ولكنه لم يجدها فعرف أنها تمكنت من الاختفاء قبل أن تكتشف أيار أمرها وأدرك أنه مع قليل من الحيلة فقط سيستطيع تجاوز هذا المأزقي بسلام لم أكن أتحدث مع أحد لقد سمعتك بأذني وأنت تتحدث مع أحدهم ثم أضافت وهي تشير نحو إكليل بإصبعها الطويل المحشور داخل خاتم النحاسي هل عدت للحديث مع هذا الشيء أيها المعتوه؟ نظر إليها فرخ طائر العنقاء بغضب كان يريد أن يصرخ في وجهها أن يهجم عليها انتقاماً للطريقة السيئة التي توجه فيها الكلام لهما ولكنه تذكر أن سيده أمره بضط النفس وعدم الاندفاع تجنباً للقوع في المشكلات فتجاهل الإساءة ولم يقم بأي حركة لم تكن أيار تعرف أن الطفل هجين لذلك قالت إذا كنت قد عدت للحديث مع هذا الطائر فأريد أن أخبرك بأن البشر لا يستطيعون التحدث مع الحيوانات ثم أضافت بسخرية وإذا كان شكلك في المرآة يوحي بأنك خنزير فهذا لا يعني أنك حيوان حقيقي وتستطيع التواصل معهم كان يخشى من أن تقوم الساحرة بالنظر للأسفل وتلاحظ زنبيل الطعام الذي أحضرته تاج معها ونسيت أن تأخذه عندما ذهبت لذلك فقد قال بصوت خافت حسنا معك حق لن أعود للحديث معه نظرت إلى عينيه بحدة وبدت كما لو أنها أرادت أن تواصل سخريتها ضده ولكنها لن تفعل ليس لأنها أشفقت عليه ولكن ربما لأنها لم تجد لذة في إهانة شخص لا يتأثر بإهاناتها أغلقت الباب خلفها وغادرت عندما تحقق من أنها ابتعدت بما فيه الكفاية همس في الهواء قائلاً قد ذهبت يا تاج أين أنت؟ ولكنها لم تظهر لم يستطع معاودة النوم في تلك الليلة والسبب هو بطنه الذي كان يصدر أصواتاً يخبره فيها بأنه يريد الذهاب سريعاً لغرفة الخلاء لقضاء الحاجة حاول فتح باب الغرفة لكن أيار كانت قد أغلقته بالمزلاج من الخارج قال يحادث إكليل سأحاول العبور من خلال الحائط تراجع خطوتين إلى الوراء نظر نحو الحائط بتركيز عالي ثم راح يركض نحوه محاولاً العبور من خلاله ولكنه لم ينجح في العبور بل ارتطم بالحائط وسقط أرضاً في مكانه لقد زالت قوتي قال وهو يمسح خيط الدمي النازل من عند رأسه ومع مرور الوقت لم يتمكن من أن يمسك بطنه لمدة أطول فاتجه إلى أكثر زوايا الغرفة خلواً من شباك العناكب وأنزل بن طاله إلى حد ركبتيه وقضى حاجته هناك في مساء اليوم التالي وحين جاء الموعد المعتاد والذي كانت أيار تجلب فيه الطعام سيء المذاق لهما استطاعت بمجرد دخولها الغرفة أن تلتقط رائحة حادة كريهة قالت وهي تبحث في أرجاء الغرفة ما هذا؟ وأضافت بعد أن سدت أنفها ما الذي فعلته؟ آسف همس بخجل لم أتمكن من حبس بطني لمدة أطول قامت بجره من عند أذنه نحو غرفة الخلاء صاحت وهي تشير إلى منطقة ممتلئة بالرمل في المرة القادمة تعلم أن تقضي حاجتك هنا يا ابن عقربة الجن كانت تلك المفردة ابن عقربة الجن التي قالتها الساحرة للتو تذكره بشيء ما لقد سمع هذه الكلمة من قبل إنه متأكد مثل ما هو متأكد الآن من أنه يقف أمامها رفع بصره ونظر في وجهها وقد بدأت ذاكرته في تلك اللحظة وبشكل ضببي باستعادة الأحداث القديمة شيئا فشيئا ولكن قبل أن يتذكر كل شيء بوضوح قالت له بشراسة قاطعة على ذاكرته الطريق لماذا تحدق في بهذه الطريقة؟ لا شيء سأعود إلى غرفتي حين عاد إلى غرفته وجد تاج في انتظاره وقد أنهى التنظيف زاوية الغرفة من فضلاته تمتمت بصوت خفيض أغلق الباب خلفك وتعال لدي ما أقوله لك صعد إكليل ليجلس فوق كتف سيده واقترب الاثنان منها قالت وقد اكتشفت السبب الذي يجعله يفقد قوته ويصبح عاجزا عن استخدامها إنه الحزن يا صغير الحزن؟ نعم إنه نقطة ضعفك ثم أضافت تشرح نظريتها انتقالك للعيش هنا قد تسبب في جعلك تشعر بالحزن وهذا ما جعلك تفقد قوتك وماذا في إمكاني أن أصنع؟ قالت ببساطة تخلص من مشاعرك الحزينة تعود لك قوتك وكيف أتخلص منها؟ مدت يدها وأمسكت بكتفه فكر بكل أولئك الذين يحبونك ويهتمون بك ربما يكون هذا مفيدا في طرد أحزانك ولكن لا أحد يحبني قال بيأس أنا أحبك قالت بلطف وإكليل يحبك أيضا حرك إكليل جناحيه بينما كان لا يزال مستريحا فوق كتفه أرأيت؟ إنه يقول لك بأنه يحبك وهل الحزن يجعلني أتواهم أشياء لم تحدث من قبل؟ لم تفهم فسألت ماذا تقصد؟ أشعر بأنني قد التقيت أيار هذه من قبل ولكنني لست متأكدا هل هذا فقط ما تشعر به؟ سألت بقلق أم أن هناك أشياء أخرى؟ هناك شيء آخر أجاب بشروط قبل عدة أيام حلمت بأن هناك مجموعة من الذئاب كانت تريد افتراسي في ليلة منطرة قفز نحوي أكبرهم ولكن شخصا ما أنقذني منهم هل تذكر اسم ذلك الشخص؟ لا أذكر ولكنني أعتقد أنه قال لي شيئا في الحلم ماذا قال لك؟ استغرق بعض الوقت ليسترجع تفاصيل الحلم ثم غمغم قائلا كم أنت شجاعة أيتها القملة الصغيرة المزعجة هذا ما قاله لي الرجل الأسود الضخم حين سمعت تاج ذلك عرفت أن مفعول شراب النسيان قد بدأ في الزوال من عقله وأنه لن يمضي عليه الكثير من الوقت حتى يستعيد ذاكرته من جديد واتذكر كل شيء يجب أن أغادر قالت ثم اختفت وفعلا لم يمضي الكثير من الوقت حتى وقع ما تنبأت بحدوثه تاج فبعد ثلاثة أيام وفي ليلة كان القمر فيها بدرا أفاق الطفل فجأة من نومه لم يكن إكليل السبب هذه المرة بل كان هناك شيء آخر إكليل استيقظ همس بدهشة منظر نحو النافذة فتح الطائر عينيه وراح ينظر إلى حيث أمره سيده كان هناك وميض أزرق اللون ينبض من عند النافذة المكسو زجاجها بطبقة ضبابية خفيفة أبعد عن جسده اللحاف وسار نحو النافذة هو وإكليل بحذر شديد مسح الزجاج الضبابية بيده حتى يستطيع الرؤية بوضوح من خلاله ثم ألقى نظرة على الخارج وما إن شاهد ذلك المنظر الذي أمامه حتى استيقظ شعر جسده وأحس بتيار كهربائي عالي الجهد يعبر عموده الفقري كانت هناك فتاة تقف في الخارج يحيط بها شيء يشبه الغيمة وعلى الرغم من أنه لم يكن يتذكرها بشكل جيد إلا أن عينيها البندقيتين اللون والنظرات الحانية التي تطالعه بها كانت كافية لأن تجعله يشعر بالحنين لشيء ما بعد قليل من التردد قام بفتح النافذ وما إن فعل ذلك حتى استنشق رائحة الياسامين القوية العابقة في نسيم تلك الليلة الباردة فقال من دون أن يفكر وهو ينظر نحوها أمي؟ وما إن نطق تلك الكلمة حتى ابتسم طيف جمانة في وجهه النسيان يؤلم الأموات في قبورهم يا صغير قال ذلك وهي تختفي شيئا فشيئا لا تنسى من أقول أنا التي أحبت كدو عادت إليه الذاكرة من جديد واستطاع أن يتذكر كل الأشياء التي قام التاج بحجبها عن ذاكرته نظر نحو إكليل بغضب كما لو أنه يتهمه بضلوعه في المؤامرة أغرب عن وجهي قال وهو يشير نحو النافذ لم يكن إكليل يعرف الخطأ الذي فعله بحق سيده ليستحق منه تلك الطردة لذلك فلم يتحرك من مكانه وظل واقفا لبعض الوقت لا يعرف ماذا عليه أن يفعل حتى صاح الطفل بوجهه هيا صعد بصعوبة حتى وصل حافة النافذ ثم وقبل أن يقفز إلى الخارج ويبتعد نظر إلى سيده وأطلق صوتا منخفضا يشبه هديل حمامة تائها فقال الطفل الذي فهم قصده لا يهم فلتذهب إلى الجحيم قفز إكليل من النافذة وراح يبتعد بخطوات شديدة البط وكأنه بذلك يريد أن يعطي مجالا لسيده حتى يعيد حساباته غير أن سيده لم يتراجع عن قراره وظل يراقبه بنظرات قاسية حتى ابتعد وخرج عن مجال الرؤية لم يصل إكليل بعد للسن الذي يستطيع فيه الطيران بشكل جيد أو الدفاع عن نفسه ضد أي خطر قد يواجهه حتى ولو كان خطرا بسيطا إنه لا يزال ضعيفا بسبب صغر سنه وأي مواجهة له مع كلب عادي أو قطة متوحشة من الممكن أن تسبب له خطر مميتا لهذا فقد كان يختبئ بعد كل خطوتين يخطوهما ويراقب طريقه جيدا قبل أن يقوم باستئناف سيره من جديد ثم ولأنه لم يكن يملك أحدا يذهب إليه في تلك الليلة فقد قرر الذهاب إلى تاج صحيح أنه يخاف المشي وحده داخل الغابة المظلمة ولكنه لا يملك خيارا آخر تمكن من الوصول إلى هناك لحظة شروق الشمس وربما بسبب الضوء الباهت الخفيف جدا والذي كان يتسرب بصعوبة شديدة من بين الأوراق الكثيفة للأشجار العالية للغابة المظلمة فإن إكليل استطاع كسر حاجز الخوف والدخول كان الضباب الثقيل العائم في الجو يجعل رؤية عليه أمرا صعبا ورغم أن هناك من كان يقترب منه بحذر شديد إلا أن إكليل استطاع رصد تلك الخطوات فاختبأ داخل فتحة كانت محفورة في جزوع إحدى الأشجار ريث ما يزول الخطر مضى الكثير من الوقت قبل أن يشعر إكليل بالأمان ويقرر إكمال الطريق مجددا لكنه ما كاد أن يترك مخبأه ويخطو ثلاث خطوات نحو القلعة حتى شاهد أمامه ذلك الشيء المخيف والذي جعله يتمنى من كل قلبه لو أنه ظل مختبئا في مكانه ولم يخرج لقد كان يقف وجها لوجه أمام حيوان الياغوار المرقت وهو أحد الحيوانات الكاسرة التي سكنت قديما الغابة المظلمة وقد كان شكله النحيل وقوائمه الأربع الطويلة والمهندسة بشكل رشيق تجعل فكرة الهرب مستحيلة بالنسبة لإكليل أحنا حيوان الياغوار المرقت قوائمه الأربع ركز عينيه مباشرة على وجبته الخفيفة ثم حرك ذيله الطويل وكأنه يعطي لنفسه إشارة الهجوم أما إكليل فإنه لم يملك أمام الموت إلا أن يصرخ بكل صوته الناعم الحاد الأشبه بمواء قطة رضيعة تفتش عن تدي أمها هو بالطبع لم يكن يقصد إخافة حيوان الياغوار بصوته ولكنه صرخ لينادي تاج لم تأتي تاج لإنقاذه ربما لأن الصوت لم يصل إليها ولكن الغريب في الأمر هو أن إكليل ما كاد ينهي صرخته تل حتى انكمش ذلك الحيوان الكاسر على نفسه وتحولت ملامح وجهه الشرسة لملامح وجه مرعوبة تقهقر إلى الوراء بحذر ثم استدار وهرب بكل سرعته خائفا وصل إكليل طريقه معتدا بنفسه معتقدا أنه استطاع إخافة حيوان الياغوار بصوت صرخته ولكن بالطبع كان مخطئا فلو أنه فقط التفت في تلك اللحظة إلى الوراء لشاهد خلفه تارا تقف بكل حزم تنظر بغضب كامل نحو حيوان الياغوار حتى خاف وهرب عندما وصل لمنتصف الغابة حيث تقع القلعة كان ريشه البرتقالي اللون قد أصبح متاسخا بفعل الأتربة والغبار ويلهث من شدة الخوف والخطر وطول المسافة التي قطعها سيرا على الأقدام وكان أول من رآه في ذلك الوقت هو سابح الذي أطلق صهيلا مرتفعا ما الخطب؟ قال التاج وهي تفتح أحد نوافذ القلعة أجاب سابح وهو يشير بخطم أنفه نحو الأرض انظري من جاء قفز التاج من النافذة برشاقة جنية شابة ما الذي جرى؟ هل حدث لسيدك مكروه؟ سألت وهي تهزر لفرط الإرهاق لم يتفاعل طائر العنقاء مع ذلك السؤال فذهب سابح وقام بتخزين بعض الماء البارد في فمه ثم عاد وقام بسكبه فوق إكليل ليستعيد وعياه أعاد التاج سؤالها عليه لماذا أتيت وحدك وتركت سيدك هناك؟ شرح لها إكليل ما يريد قوله مستخدما جناحيه ورأسه وذيله وصيحات كان يطلقها من وقت لآخر لم تكن تعني شيئا وحين انتهى سأل سابح هل فهمت شيئا من كل هذه الحركات يا سيدتي؟ أظن ثم همست قبل أن تختفي اعتني به في غيابه سبعة عشر كانت السماء معتمة وجميع أهالي قرية الجساسة نياما في تلك اللحظة وحده الطفل من كان مستيقظا يحوم حول نفسه في المساحة الخالية الضيقة من الغرفة مثل نمر يحاول الفرار من أقفاص الصيادين حاول في البداية الهرب من النافذة لكنها كانت أضياق بكثير من أن يستطيع تمرير جسده منها حاول فتح باب الغرفة لكنه كان مغلقا من الخارج بواسطة المزلاج فكر في العبور من خلال الحائط غير أنه لا يزال حزينا وهو لا يستطيع استخدام قوته عند الحزن وبينما هو في تلك الحالة اليائسة إذ تذكر أمر ما جعله يقفز من مكانه ويهتف كالمجنون أستطيع أن أعيد أمي للحياة لقد تذكر تلك الجملة التي كانت والدته تقولها له دائما بعد أن تحكي له قصة ما قبل النوم تلك الجملة التي كان يغمض عينيه عند سماعها ويحلل في عقله كل كلماتها تحليلا دقيقا تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم فكر عقله بهذه الطريقة إذا كان الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه مثلما كانت أمي دائما تقول فأنا أستطيع أن أعيدها للحياة مجددا لو أنني طلبت من الرب ذلك أمي لن تكذب علي فقد كانت صادقة معي طيلة حياتها لهذا فقد رفع يديه ودعا بينه وبين نفسه يا رب أعد لي أمي أعدها لقيد الحياة كرر الدعاء في قلبه عدة مرات وعندما فرغ من دعائه ذاك كان يجب عليه أن يجد طريقة ما ليخرج بها من بيت الساحرة ويذهب إلى المقبرة حيث سيجيب الرب دعاءه ويجد والدته جمانة في انتظاره هناك وثبقائما على قدميه ترتسم على وجهه البريء ابتسامة سعيدة تشيي بتفاؤله لقد بدأ يشعر بالفرح يحل مكان الحزن ويشعر بالنار وهي تشتعل في داخله مجددا تراجع خطوتين إلى الوراء نظر نحو الحائط بتحدي واضح أبرا كدابرا أنا الذي يصنع ما يقول ثم انطلق نحو الحائط بكل سرعته ولأن الوقت كان متأخرا ولم يكن هناك أحد من سكان القرية مستيقظا في ذلك الوقت وهو لا يعرف الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه للوصول إلى المقبرة فقد توقف عند إحدى زرائب الحيوان ليسأل هل هناك أحد أستطيع سؤاله عن شيء ما؟ أجابه صوت قادم من داخل الزريبة ألا أنت حمار تائه؟ لا لست حمارا أجاب تسأل ذلك الصوت مرة أخرى أي نوع من الحيوانات أنت إذن؟ لست حيوانا يبدو أنك حمار تائه وسكران ثم استمع لصوتين يتضحكان فقال كنت أريد أن أسأل عن المكان الذي يذهب إليه الميت توقفت فجأة أصوات الضحك وبدأ يستمع لأصوات حوافر تقترب إليه قادمة من داخل الزريبة لماذا تسأل عن ذلك الشيء أيها الحمار التائه؟ ثم خرج له حمار اسمه سامري له رأس مثلث صغير الحجم وأذنان طويلتان منتصبتان نحو الأعلى توقف سامري قليلا كما لو أنه يريد استيعاب الموقف وهو ينظر باستغراب نحو ذلك الكائن الواقف على قدمين قال الطفل أرأيت أنا لست حمارا حين شاهد سامري ذلك المخلوق يتحدث إليه نهق بكل صوته وكأنهم يجرونه إلى حدفه وفي أثناء ذلك النهيق المرتفع جاء صوت آخر من داخل الزريبة يقول ما بك يا سامري؟ هل هجم عليك قطيع من السباع المفترسة؟ توقف سامري عن النهيق لحظة إنه بشري يا قمري تعالي وانظري قالت قمري هل هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها بشرا؟ بل إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها بشريا يستطيع الكلام ماذا تقصد؟ تعالي وستفهمي وعندما جاءت قمري قالت لماذا يحدق ذلك الجحش البشري فينا بهذه الطريقة؟ تدخل الطفل قائلا جئت أسأل عن شيء صمتت قمري قليلا تحاول تفسير قدرة ذلك المخلوق على الحديث بلغتهما وعندما لم تجد لتلك الظاهرة أي تفسير فقد نهقت بصوت أعلى من نهيق زوجها في المرة السابقة ولم تتوقف إلا حين قام زوجها برفسها في بطنها أصمتي يا قمري ودعينا نفهم تسألت بخوف ولكن كيف يستطيع هذا الجحش البشري أن يتحدث مثلنا؟ لا أملك وقتا لأشرح لكما فأنا في عجلة من أمري سألت قمري بتحفظ هل أضعت الطريق؟ شيء من هذا القبيل أجاب عليها ثم ألقى بسؤاله أريد فقط أن أعرف إلى أين يذهب الميت بعد موته إلى المسلخة قال سامري إنهم يأخذونه إلى المسلخة حتى يصلخوا جلده ويصنعوا منه الحقائب والثياب والأحب قاطعت قمري حديث زوجها إنه يقصد شيئا آخر إنه يريد أن يعرف إلى أين يذهب الميت بعد موته والإجابة هي إما أنه يذهب إلى النعيم أو إلى الجحيم وهنا تدخلت بومة بيضاء كانت تستريح على غصن شجرة قريب تشاهد وتسمع ما يحدث إنه يقصد المقبرة أليس كذلك أيها الولد؟ ردد الطف المقبرة؟ نعم قالت البومة البيضاء حيث يقومون بدفن الميت تحت التراب تمتم بينه وبين نفسه بصوت مسموع نعم أذكر أنه كان هناك الكثير من التراب حسنا اتبعني سأدلك على المكان ثمانية عشر رغم أن القبور كانت كثيرة ومتشابهة تقريبا في العرض والطول إلا أنه استطاع تحديد موقع قبر والدته بدقة ومن غير جهد مهدديا فقط برائحة الياسمين التي كانت لا تزال تنبعث من قبرها جلس هناك وجعل ينتظرها وكله يقين بأن الرب سيجيب دعاءه ويعيدها إلي سألت البومة البيضاء ما الذي جاء بك إلى المقبرة في مثل هذا الوقت من الليل؟ جئت من أجل أمي ستخرج من هنا بعد قليل لكن الأموات لا يستيقظون لم يناقشها وظل يحدق بتركيز نحو القبر فقالت البومة البيضاء أخبرني ما الذي يجعلك متأكدا بأن أمك ستخرج من قبرها ومن غير أن يزحزح نظره عن القبر شبرا واحدا أجابها بيقين لقد كانت تقول لي دائما أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأنت دعوته أن يعيدها للحياة لهذا جئت إلى هنا أليس كذلك؟ أو مألها برأسه فسألت هل تسمح لي بالبقاء معك؟ ولماذا تريدين البقاء؟ لأنه لم يسبق لي من قبل أن رأيت ميتا يخرج من قبره لا بأس ابقي وحين تأخر الوقت كثيرا وقاربت الشمس على الشروع ولم تعود جمانا إلى الحياة قالت البومة البيضاء بعد أن بدت وكأنها ملت الانتظار يجب أن تعود إلى البيت أيها الولد في الحقيقة نعم هو يجب أن يعود للبيت قبل أن تستيقظ أيار من نومها وتكتشف غيابه نهض الطفل الذي بدى الحزن والإرهاق يظهران عليه بغضوح لا بد أني ارتكبت خطأ ما ماذا تقصد؟ أمي لا تكذب لقد كانت تؤكد لي بأنه يجيب أي دعوة ثم أردف لقد طلبت من الرب أن يعيدها للحياة ولكنه لم يفعل لا بد بأني ارتكبت خطأ ما وجد الطفل أيار في انتظاره عندما عاد إلى البيت تقف عند عتبة الباب وتمسك بيدها عكازا خشبيا كيف استطعت الخروج وباب غرفتك مقفل؟ لم يعرف كيف يجيب فقال قفست من النافذة مستحيل أنت أكبر حجما من إطار نافذة غرفتك ولأنه يعلم بأنها لن تصدقه لو أخبرها بالحقيقة فقد صمت لن تتكلم هليس كذلك؟ سألت بنفاذ صبر أخبرتك لقد خرجت من نافذة الغرفة وتكذب علي مرة أخرى؟ قالت ذلك ثم بدأت تضربه بالعكاز بقوة كما لو أنه جوردون ألقت عليه القب في مطبخها متلبسا وهو يسرق قطعة من الجبن أما هو فإنه لم يبالي بالضربات التي تصبها أيار عليه فقد كان يفكر في شيء آخر في السبب الذي من أجله لم يستجب الرب لدعائه تمدد لاحقا على أرضية الغرفة غير مبالم بالجروح والكدمات العديدة التي أحدثتها أيار على وجهه وأجزاء متفرقة من جسده كان شاردا في التفكير بشأن المسألة ذاتها ومع طول التفكير وكثرة الاحتمالات العديدة التي توصل إليها فإنه في النهاية لم يقتنع إلا بإجابة واحدة فقط لأن الرب لم يسمعني أصلا قال في نفسه ثم أضاء فقد دعوته بقلبي وهو في السماء البعيدة كان يجب علي أن أرفع صوتي عاليا حتى يصل دعائي إليه إنه يتذكر الآن قصة النملة جرسة عندما تكلمت بصوتها الخفيض تأمر بقية أسراب النمل بسرعة الاختباء حتى لا يحطمهم النبي سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يذكر تحديدا أنه سأل أمه في ذلك اليوم عن الكيفية التي استطاع بها النبي سماع النملة الصغيرة ذات الصوت الخفيل فأجابته حينها بأن الرياح هي من قامت بإصال صوت النملة لهذا تسلل سعيدا لسطح البيت تسلق الحائط بسرعة قرد ثبت قدميه على الحافة ورفع رأسه نحو السماء ثم ضم يديه عند فمه مستخدما إياهما كمكبر صوت وجعل يدعو بكل صوته سامحا للرياح بأن تحمل دعواته وتنقلها للرب أعد لي أمي أيها الرب أعدها لقيد الحياة مستخدما قوته الخاصة استطاع الخروج من البيت رغم الاحتياطات العديدة التي وضعتها الساحرة أيار لمنعه من فعل ذلك كان يعدو نحو المقبرة بسرعة فائقة إنه متيقن بأن الرب سيجيب دعوته هذه المرة وبأن والدته ستخرج من قبرها وحين يلقاها سينفض الغبار والأتلبة من عليها يحتضنها بقوة ويطلب منها ألا تغادره أبدا وسيخبرها بأنه موافق على الذهاب وحده للجد نوفل ليتلقى منه العلوم والمعرفة مثل ما كانت تريد منه أن يفعل في السابق ثم وبينما هو يركض نحو المقبرة إذ اقتربت منه البومة البيضاء حتى أصبحت تحلق بمحاذاة رأسه لقد عدت مجددا أيها الولد إلى أين أنت ذاهب هذه المرة للقاء أمي ألم تأخذ درسا من البارحة لقد عرفت الخطأ قال بثقة أي خطأ سأشرح لك هناك وحين وصل هناك لم يجد والدته في انتظاره مثل ما كان يتوقع فقرر أن يجلس بالقرب من قبرها لعلها تعود في أي لحظة انتظر هذه المرة مدة أطول من البارحة وعندما شعر بأن شيئا لن يحدث فقد نهض واقفا وقد بدى مكللا بالضياع وخيبات الأمل قال وهو ينفض الغبار عن ثيابه يبدو أن السماء لا تجيب عادت إليه حالة الحزن مرة أخرى سار نحو البيت بخطوات متثاقلة كان باله مجغولا بالتفكير في السبب الذي من أجله لم يجب دعاءه هذه المرة لم تشأ البومة البيضاء أن تتركه وهو في هذه الحالة من الحزن فحركت جناحيها ولحقت به سوف تلتقي بها في النعيم لم أعد آثقا قال لم أعد آثقا بأن هناك نعيما أصلا لماذا تقول هذا ارتجف الذقنه وهو يقول بصوت أقرب للبكاء إذا كان الرب في السماء فعلا فلماذا لم يجب دعائي وقبل أن تعلق البومة البيضاء قال دعيني وشأني ثم راح يركض متعدا وجد أيار هذه المرة أيضا تنتظره عند عتبة الباب تحرك فكها مثل ناقة تجتر طعاما فقد خبأت له بسقة في فمها منذ اللحظة التي اكتشفت فيها غيابه عن البيت وعندما رأته قادما من البعيد حكت جدار حلقها بصوت يشبه خوار بقرة حتى تضمن أنها ستجمع كل أوساخ فمها في قذيفتها القادمة وعندما اقترب منها وأصبح في مجال رميها بسقت عليه في وجهه ثم بدأت تكيل له الضرب بيديها وقدميها أما هو فقد جعل يتلقى تلك اللكمات والرفسات وهو يردد في نفسه لو كان هناك رب في السماء لأجاب دعائي وبعد نصف ساعة توقفت أيار عن ضربه ولكن ليس إشفاقا عليه بل لأنها لم تعد ترى مكانا جديدا تستطيع تزديد ضرباتها إليه بسقت عليه للمرة الثانية وكأنها بذلك تضع نقطة لنهاية السطر ثم غادرت أما هو فقد نهض من مكانه متوجعا وسار إلى غرفته بوجه ينثال منه الدم وجسد متورم يشبه رغيف خبز طازج جلس القرفصاء في إحدى زوايا غرفته صامتا يفكر في أجوبة تبرر عدم إجابة الرب دعاءه ثم توصل في النهاية إلى حل أخير ليس هناك شيء اسمه الرب تمتم بينه وبين نفسه حين مضت عليه الأيام التالية وهو بخير ولم يجد فرقا يذكر في حياته ازداد يقينا بعدم وجود الرب حتى إنه قال في نفسه ذات مرة بحقد وهو ينظر إلى السماء الصافية من خلال نافذة الغرفة لو كنت هناك أصلا لعقبتني لأني تخليت عنك ثم ولأن القلوب تموت عندما تفقد الخيط الدقيق الذي يربطها بالسماء فإن قلبه مات رغم أنه لا يزال ينبض بالحياة تبدل مزاجه وبدأ يتحسس وحشا ما يولد بداخله أصبحت عينه اليسرى حمراء قاتمة كالدم وبات يشعر برغبة شديدة في إذاء أحدهم اتجه نحو الغرفة التي تنام فيها الساحرة حاول فتح باب غرفتها ولكنه كان موصدا بالمزلاج فقد كانت أيار من ذلك النوع الذي لا يعرف أن يخلد للنوم إلا بعد أن يتأكد من أنه في مكان مغلق لم يكن واثقا من قدرته على استخدام مهارة العبور آنذاك ورغم هذا إلا أنه تراجع إلى الوراء ثم سمح لقدميه بأن تدفعانه نحو الباب كانت الغرفة مظلمة من الداخل وهناك صوت شخير منتظم ينبعثه من فوق السرير أزاح الستائر كي يسمح لضوء القمر بالعبور ثم تقدم حتى اقترب من أيار ومع كل خطوة يخطوها كان يشعر بجسده يصبح أكثر تحجرا وصلابة ويشعر بأن هناك أسياخا من الحديد تسبح داخل عروق يديه كان جسده حارا ويتنفس بصعوبة شديدة ويعاني رجفة حادة بأطرافه إنه يتعرق بشكل غير طبيعي ويحس بألم قاس نتيجة لذلك الشيء الغريب الذي يحدث له لم يمضي عليه الكثير من الوقت حتى نظر إلى يديه مستعينا بضوء القمر الخافت المنبعث من نافذة الغرفة فشاهد الجروح التي بدأت تتشقق شيئا فشيئا من عند رؤوس أصابعه والمخالب السوداء المعقوفة والحادة التي كانت تخترق اللحم وتنمو إلى الخارج لم يشعر بالخوف أو الغرابة وهو يشاهد بعد قليل يديه وقد أصبحت تشبهان يدي وحش خرافي وبدأ كما لو أن ذلك الشيء الذي يحدث معه كان طبيعيا جدا قال بصوت يختلف عن صوته العادي وهو يلكز جسد أيار بأحد مخالبه أنتي ثم أضاف هامسا استيقظي فتحت أيار عينيها متفاجئة بوجوده أمامها حاولت أن تستخدم سحرها في الدفاع عن نفسها ولكنه لم يدع لها فرصة إلقاء تعويذة ضده فقد باغتها بأن غرس مخالبه في صدرها لتغوص عميقا في تكتلات الدهون والنحم ولم تتوقف يده عن الحفر حتى وصلت قلبها وقد كان ذلك ممتعا هذا ما شعر به وهو ينتشر القلب من وراء قفصه الصدري ويشاهد الكتلات الحمراء اللزيجة تنبض قليلا في محاولة للتمسك بالحياة ثم تضعف تدريجيا حتى تتوقف في النهاية من تلقاء نفسها وما كان أكثر إمتاعا من كل ذلك بالنسبة إليه هو عندما تذوق طعم قلبها بطرف لسانه ووجده لذيذا وشهيا وصالحا للأكل اتجه بكل سرعة وهمجية نحو قلعة الأباطرة ضاربا بقدسية الغابة المظلمة عرض الحائط الأمر الذي ما كان تارى لتسمح به لولا أن ذلك الصبي هو ابن أعز صديقاتها صاح عندما أصبح أمام القلعة تاج أظهري نفسك ولأنه لم يتلقى جوابا على طلبه فقد صح مرة أخرى بصوت أعلى أين أنت يا تاج؟ فتحت تاج نافذة الطابق الثاني رأته وهو يقف أمام القلعة واستطاعت من مكان هذاك أن تميز رائحة الدم الطازجة والتي تفوح بصراحة من مخالب يده تنزلين أم أصعد إليك؟ سأنزل هبطت إليه كما طلب منها وتعمدت أن تقف بعيدا عنه بعض الشيء حتى تستطيع تفادي هجومه في حال قرر مهاجمتها ثم وفي محاولة منها لامتصاص غضبه قالت لقد قمت بتحذير والدتك نصحتها بأن لا تحاول اكتشاف الحقيق كافا؟ صح في وجهها مقاطعا لا أريد أن أسمع منك شيئا لماذا جئت إذن إن كنت لا تريد أن تسمع مني شيئا؟ لأقتلك ثم وفي لمح البصر استبغت عينه اليسرى باللون الأحمر القاتم وانطلق نحوها شاهنا في وجهها مخالبه الحادة ذات النهايات المعقوفة حاول إصابتها في أي مكان بجسدها ولكنها تمكنت من مناورة تلك الضربة في اللحظة الأخيرة قالت هل موتي سيجعلك تشعر بالرضى؟ لم يتكلم بل استدار حول نفسه ثم قفز باتجاهها محاولا إصابتها للمرة الثانية ولكنها تمكنت من مناورة تلك الهجمة أيضا لن تستفيد شيئا لو أنك قتلت لن يعيد لك هذا أمك لماذا لا تواجهيني؟ أل أنت لهذا الحد تشعرين بالخوف والعجز؟ هي تعلم بأنه في هذه اللحظة مثل وحش جريح يريد تحطيم أي شيء أمامه لأن جرحا ما ينزف بغزارة من جسده وتعلم أيضا بأن الحكمة في مثل هذه المواقف تتطلب الصبر واتخاذ القرارات السليمة صحيح أنها لا تملك خطة واضحة لتعامل مع غضبه ولكنها ستحاول شراء بعض الوقت ريث ما يهدأ من تلقاء نفسه قالت عرضت عليها الحماية لكنها طلبت مني البقاء بعي ومن غير أن يسمح لها بأن تكمل كلامها صاحة مقاطعا أخبرتك بأني لا أرغب في الاستماع لشيء لو أنك تسمعني فقط لكنت سأقدم لك معروفا لن تنساه بكشفي لك عن الحقيق قالت بهدوء وهي تتوخى الحذر منه إن كنت ترغبين في تقديم معروف لا أنساه فتوقفي عن الهرب قام بهجوم ثالث ضدها ولكنها لم تهرب من أمامه هذه المرة بل وقفت في مكانها ثابتة مثل ما طلب منها وقبل أن يغرس مخالبه في صدرها مدت يدها وأمسكت بمعصم يده ثم نظرت إليه بجدية وقالت أنا من علمك استخدام هذه القوة أيها الولد هل تظن حقا أنني لن أستطيع إيقافك؟ لا يكفي أن توقفيني قال وهو يحاول فك يده من قبضتها يجب عليك التخلص مني لأنك إن لم تفعلي فسأقوم بقتلك يوما الشجاع لا يقاتل إن كانت هناك فرصة للسلام وافري نصائحك لنفسك صاح عليها ثم سدد لها طعنة بمخالب يده الثانية ولكنها كانت تتوقع منه تلك الحركة سلفا لهذا استطاعت أن تلقي القبض على معصم يده الآخر قبل أن ينجح في إنفاذ طعنته لجسدها تكلمت لقد طلبت مني أمك البقاء بعيدا حتى لا يعرف أبوك أنها جنية أمي ليست جنية ها إذن من أين لك كل هذه القوة؟ وكيف استطعت التحدث مع الحمارين عند تلك الزريبة؟ إن لم تكن أمك جنية أيها الأحماق كيف عرفت بحكاية الحمارين؟ سأل بدهشة تلك البومة البيضاء قالت ببرود كانت أنا ليس ظريفا أن تقومي بخداع الآخرين صاح معترضا لم أقم بخداعك قالت ذلك وهي لا تزال تلقي القبض على يريه ثم أضافت كان يجب علي أن أكون بجانبك وأنت في تلك الحالة أنت حفيدي وأنا لن أراك تقوم بإذاء نفسك ولا أتحرك لمساعدتك ظل يحاول تحرير مخالبه من قطتيها ولكن بدون فائدة لقد كانت تحكم القبض عليهم بيد من فلات ولا تسمح له بتحريكهما ولو قليلا يجب عليه أن يفكر بطريقة أخرى للهجوم إن كان يريد حقا تحقيق ما جاء من أجله أنت من قام بتحويله إلى وحش لو لم تكن أمك جنية لم استطعت تحريك القوة بداخلك فتح فمه وتفاجأ التاج بأن أربعة من الأنياب السيفية قد نبتت في فمه حاول أن يقوم بغرس أنيابه في عنقها لكنها ضربته برأسها على وجهه حتى تبعده عنها دعني أعترف لك بشيء قالت وهي تلها أنت أقوى مما ظننت ولا أعتقد أني سأتمكن من تفادي هجماتك لفترة أطول فإما أن تسمعني بأدبه وإلا فسأضطر للرد عليك بهجوم لن تنجو منه بالطبع تاج تكذب فهي لن تستطيع إيذاءه ليس فقط لأنها جدته بل لأنها تدرك بأن تارى تختبئ في تلك اللحظة خلف إحدى الأشجار ترصد وتراقب ما يحدث وهي لن تسمح لها بأبيته مسح بظهر يده خيطا من الدم بدأ يتسرب من فتحة أنفه هو لا يملك نية للتراجع أو الاستسلام ولكنه في الوقت ذاته فكر في أنه لن يخسر شيئا لو استمع للكلام الذي تريد تاج إخباره به لتكون كلماتك الأخيرة صادقة قال باستهانة ابتلعت تاج تلك الإهانة وقالت لقد جاءت أمك لزيارتي في إحدى الليالي طلبت مني المساعدة في اكتشاف الحقيقة قالت لي بأن قلبها لم يعد في إمكانه احتمال المزيد قالت بأنها تريد أن تعرف لماذا كان أبوك يختفي عنها طوال تلك المدة أما أنا فلم أتمكن من رفض طلبها إنها ابنتي على كل حال وكنت أريد أن أفعل أي شيء من أجل تحسين علاقتي بها ذهبت فورا لتقص الأخبار ولكنني لم أكن أتخيل أبدا أنني سأتوصل لتلك الحقيقة التي اكتشفتها بدأت ذقنها ترتجف من شدة التأسر وهي تكمل حديثها في اليوم التالي جئت لأقوم بتحذيرها لكنها لم تصغي إلي ردد بصوت خافت وكأنه بدأ يربط الأحداث بعضها ببعض لم تصغي لك ألم تأمرك أمك بالبحث عن أبوك؟ أجاب وهو يتذكر أمرتني بأن أعثر عليه حتى لو كان مختبئا تحت الأرض قالت وهي تستعيد ذكرياتها في الماضي البعيد كان والدك بحر يعمل لمصلحة منظمة كبيرة اسمها الجاثوم مهمتها إحداث الخراب والدمار في جميع أنحاء مملكة أبابيل وقد كان والدك يعد أحد أهم قادات تلك المنظمة غير أنه اعتزلهم نهائيا عندما التقى بوالدتك جمان ووقع في حبها صمت ولم يعلق لكن عيناه قالتا ماذا حدث لاحقا تزوج الإثنان وعشالي سنوات طويلة في سلام وأمان للحد الذي اعتقد معه أبوك بأن منظمة الجاثوم انصرفت عنه ونسيت أمره تماما ولكنه كان مخطئا بالتأكيد فعندما أصبحت أمك حاملا بك جاء نابو الفيل بنفسه لزيارة والدك شد ذلك الاسم انتباهه فسأل نابو الفيل؟ إنه رئيس منظمة الجاثوم ولماذا جاء؟ ما الذي كان يريده؟ جاء لكي يستعيده لصفوفه وقد كانت المنظمة في حاجة إليه وهل وافق؟ في البداية لم يوافق ولكن نابو الفيل هدده بقتل زوجته وقتل الطفل الذي كان في بطنها والذي هو أنت وماذا فعل بحر حينها؟ هو كان يعلم بأن نابو الفيل لا يهدد عبثا وبأنه واحد من أولئك الأشخاص الذين إذا قالوا شيئا فإنهم يفعلون لهذا فقد قرر أن يعقد صفقة معه وحتى تكون تلك الصفقة أكثر جدية فإنهما قام بإحضار جفنة مليئة بالدم ثم غمس أيديهما فيها وتعهده على ماذا؟ على أن يعود والدك للعمل معه؟ مقابل أن يتعهد نابو الفيل بتركك أنت وأمك تعيشان بسلام وأطلقا على العهد اسم ميثاق الدم قال مستنتجا هذا يعني أن غياب بحر عن البيت كان من أجل حمايتنا أنا وأمي حركت تاج رأسها بأسف ثم أضافت كان نابو الفيل يعلم بأن لا شيء يفسد قلوب رجاله غير الحب لذلك وضع تلك الفتاة الساحرة التي اسمها أيار في منزل واحد مع أبوك حتى تراقب تحركاته وقد أعطاها أمرا بأن تقوم بقتلك أنت وأمك في ثلاث حالات ثلاث حالات؟ نعم وهي إما أن يتوقف بحر عن العمل مع المنظمة أو يقرر زيارة عائلته لأي ظرف كان أو تحاول زوجته اكتشاف الحقيق لذا فإن اللحظة التي أرسلتك فيها أمك للبحث عن والدك هي ذات اللحظة التي حكم فيها عليكما نابو الفيل بالموت ولكنك أيها الولاد نجوت بأعجوبة زمجر بغضب نابو الفيل نعم هذا هو اسم الشخص الذي قتل أمك وحاول قتله ثم تجرأ التاج بالاقتراب منه وقالت والآن انظر إلى عيني وكرر اسمه مرة أخرى نظر إلى عينيها مثل ما طلبت منه وكرر نابو الفيل من أجل هذا اعتنيت بك وقمت بتدريبك قالت معترفة عدني بأنك ستنتقم لها عدني بأن تثأر لموت أمك جمانة أعيدك بذلك قال بحقد أبعدت يديها عن رأسه وهمست هل أنت مستعد الآن لتسمع النصف الآخر من الحقيقة ما زال هناك نصف آخر قال التاج له شيئا مرعبا الحقيقة التي تخصك أنت لم تبدأ بعد لم تكن تعرف كيف تخبره عن الموضوع القادم إنها بصدد أن تكشف له عن الخطة التي لجأت إليها الساحرة أيار لقتل أمه وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو أنها ستخبره بأنه عن غير قصد كان جزءا هاما في إنجاح تلك الخطة قالت كانت أيار تعرف جيدا عادات أهالي قرية الجساسة أيها الولد لذلك لم تبذل جهدا كبيرا في التخلص من والدتك لقد دست لها السم في جرة ماء صغيرة بنية اللون وطبق طعام أبيض وقامت بوضعهما عند عتبة باب البيت ثم رحلت قبل أن يراها أحد ويبدو أنك عندما رأيت طبق الطعام ذاك وتلك الجرة ظننت مخطئا أن إحدى جارات أمك من قامت بوضعهما لكما هناك فقمت بإدخالهما للبيت أليس هذا صحيحا؟ قال متذكرا الليلة الأخيرة التي جمعته بوالدته وقد بدأت المصيبة تطفو على وجهه في تلك الليلة طلبت أمي أن أحضر لها كأسا من الماء صمت وماذا؟ سألت ما الذي حدث أكمل؟ لقد قمت بصب الماء لها من تلك الجرة المسمومة عشرون كانت الصدمة التي تلقاها قوية عليه للحد الذي جعله يفكر بالرحيل بعيدا عن قرية الجساسة لقد قدم بيده السم لوالدته حين طلبت منه أن يحضر لها بعضا من الماء ورغم أنه لم يكن يعلم بوجود السم في تلك الجرة إلا أنه لن يستطيع أن يغفر لنفسه أنه كان سببا في قتلها لم أعد أشعر برغبة في البقاء هنا أشعر بأن كل شيء يذكرني بأمي في هذه المنطقة ماذا تريد أن تفعل؟ لا أعلم كل ما أعرفه هو أنني أريد أن أعانقك قال ذلك ثم أضاف هل أستطيع معانقتك يا تاج؟ أم أنك غاضبة مني لأني هاجمتك وكنت سببا في قتل أمي؟ بالتأكد لم تكن تقصد أيها المسكين ثم اقتربت منه بحنو وطوقت جسده بذراعيها وهي تتمتم تعال إلى جدتك يا حبيبي أشعر بأن قلبي يتمزق أشعر بأنني حزين جدا همست في أذنه بصوت يدعو للتفاعل مهما كانت أحزانك كبيرة تذكر أن كل شيء سوف يمضي لم يكن واثقا من الكلام الذي يسمعه من جدته الآن فلفرط حزنه السحيق جدا كان يشعر بأن ذلك الحزن سيرافقه طوال عمره شعر التاج بما كان يفكر به حفيدها فقالت ثقبي كل شيء سيمضي أنت فقط عليك أن تصمد لبعض الوقت أن تقاتل من أجل الوقوف مهما اهتزت الأرض من تحت أقدامك ولكنني أشعر برغبة في السقوط هذه الذكريات ستظل تجرني نحو الأسفل كلما حاولت الارتفاع هذه الذكريات ستضع رأسي في كيس من الطحين كلما أردت أخذ أنفاسي أنا لا أعرف ماذا أفعل نظرت إليه وقالت لا تسقط هذا ما يجب عليك أن تفعله ثم أضافت فعندما تسقط سيتسابق الجميع نحوك ليس لكي يساعدك على النهوض بل لكي يقف فوق جثتك ويصبح أكثر طولا أنت لا تعرف كم يصبح الأشخاص قذرين عندما يرون شخصا مكسورا أيها الولاد لهذا احتفظ بأحزانك لنفسك واسقط واقفا إن كان لابد لك من الصعوب أو مألها برأسه دليلا على الفهم والطاعة هل أنت مصر على الرحيل الآن؟ سألت ثم أردفت قائلة أستطيع إعطاءك سائل النسيان مرة أخرى لو أردت لا أريد لنابل فيلي أن يغيب عن بالي أجاب وابتسم شيء في داخلها عندما سمعت إجابته وقالت سيكون إكليل مفيدا لو أنك تأخذه معك صحيح لقد نسيت أمره تماما هتف متذكرا أين هو بالمناسبة؟ وحينها طل إكليل برأسه من وراء بوابة القلعة يجب عليه أن يغادر بسرعة إن كان يريد مساعدة نفسه على نسيان الألم ونفض غبار الحزن من على رفوف ذاكرته لقد كانت في داخله رغبة كبيرة للانتقام للحد الذي قد يدفعه لأن يحرق العالم كله لأن واحدا من هذا العالم تجرأ على قتل أمه هو الآن لا يملك مكانا محددا للذهاب إليه بل سيدع المصادفة والأيام والدروب يأخذونه إلى حيث يجب عليه أن يكون قال التاج أنت في حاجة لأصدقاء يساعدونك في تحقيق مهمتك القادمة وأضافت باهتمام فأنت دائما معرض للخيانة والغدر كل شيء قد يخذلك في هذا العالم ولكن الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تدير له ظهرك وأنت مطمئن إلى أنه لن يطعنك من الخلف هم الأصدقاء وكيف أجدهم؟ لا تقلق ستسوقهم إليك المصائل فالأصدقاء الذين تتعرف عليهم في الظروف الصعبة هم الأصدقاء الذين يبقون معك لآخر الطريق قالت ذلك ثم نظرت إلى عيني حفيدها وأكملت وإياك أن تقع في الحب فالشخص الوحيد الذي كان يستحق حبك قد مات هل تفهم؟ أفهم لا تدعي الحب يخضعك أيها الولد فمهما بدى جذاباً وبراقاً في البداية إلا أن نهايتك ستكون قد بدأت في اللحظة التي يتنفس فيها الحب بداخلك ثم أضافت وهي تلقي القبض على عضوه الحساس بيدها وتقول غداً ستستيقظ هذه الدودة التي بين فخذيك وستصبح لديك غرائز وشهوات مثل بقية الرجال تجعلك تتلوى في فراشك محموماً مثل شخص مصاب بالصرع خذ حاجتك من النساء ثم احذفهن بعيداً عنك ولا تلتفت لهن أبداً ولم تفلت عضوه الحساس إلا بعد أن أكد لها بأنه سيفعل كل ما طلبته منه حمل إكليل ووضعه فوق كتفه ونظر نحو جدته وقال سنرحل الآن عاصف قال التاج سيكون اسمك عاصف عاصف ردد بنبرة متسائلة قالت تبرر له اختيارها الاسم منذ زمن قديم ومنظمة الجاثوم تمد جذورها في أراضي مملكة أبابيل ولم يتمكن أحد من إيقافها أو التصدي لها أنت هو الشخص الذي سيعصف بهم يقتلع جذورهم من تربة هذه البلاد ويعيد الأمور لمجراها الصحيح لذلك سيكون اسمك عاصف حرك إكليل جناحيه فوق كتفه واستطاع أن يرتفع بضعة أمتار فوق الأرض ويردد عاصف عاصف لقد بدأ يتكلم هل سمعتيه؟ لقد قال عاصف وقبل أن يغادر الغابة قالت له تاج شيئا سيساعده في تأره هناك جنية اسمها خيزران هي وحدها من ستساعدك في الانتصار على نابل فيه جنية اسمها خيزران مدت تاج يدها عند عنقها وانتزعت قلادة كانت تخبئها طوال الوقت أسفل ثيابها نظر عاصف إليها وهو لا يعرف ما الذي تعنيه تلك القلادة ولا السبب الذي من أجله أظهرتها جدته في ذلك التوقيت بالذات كانت مصنوعة من سلسلة ذهبية دقيقة تنتهي بصفيحة حجرية غير منتظمة الشكل منقوش عليها كلمة أباطرة أبابيل ما هذا؟ سأل بفضول قالت وهي تعلق القلادة في عنقه هذه قلادة الأباطرة ولا يتقلدها إلا فرد من أفراد العائلة وما إن انتهى التاج من تعليق القلادة في عنقه حتى شع من حروفها وهج أصفر لم يدم طويلا حتى انطفر لماذا تعطينني إياها؟ هذه ستساعدك في مقابلة خيزران وكيف سأجدها؟ لا تقلق هي من ستجدك ولكن عندما تصبح رجلا لقد أصبحت في الثامنة عشرة من عمري ألست رجلا؟ الرجولة ليست بالعمر قالت ذلك ثم صمتت وكان هذا آخر ما قالته جدته له قبل أن يرحل هو وإكليل عنها وهكذا انطلق عاصف مع إكليل للتفتيش عن أصدقاء يكونون له حلفاء في الأيام القادمة ليساعدوه في أخذ ثأره من ناب الفيل عندما ينجح في العثور عليه في هذه الأثناء خرجت تارا من المكان الذي كانت تختبئ فيه خلف إحدى الأشجار اقتربت زاحفة ببطء حتى توقفت مباشرة إلى جوار تاج وسألت لماذا لم تخبريه بأن ناب الفيل؟ هو نفسه طاغين ملك مملكة أبابيل لو كنت قد أخبرته بذلك لبحث عن قصر طاغين مباشرة وقام بالهجوم عليه إنه متهور ولا يزال أضعف بكثير من أن يتحداه بمفرده ولكن عندما ينضج قليلا ويصبح مستعدا لذلك سترشده الوزيرة خيزران إلى الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الأخذ بالثأر وإعادة عرش مملكة أبابيل للملك الحقيقي لجده جبار الأباطرة ربما تكونين محقة في ذلك إنني أشعر بالخوف عليه يا تار هل تظنين بأنه سينجو؟ لقد قذفت به لوسط الجحيم وسيحتاج للكثير من الحظ حتى ينجو صمت الاثنان قليلا ثم سألت تارا بجرأة غير متوقعة ألن تحزني لو أن عاصف استطاع فعلا قتل ناب الفيل ومن غير أن تنظر تاج نحوها قالت مجيبة عن ذلك السؤال لم يعد ناب الفيل أخي منذ اللحظة التي انقلب فيها على زوجي جبار وأخذ منه العرش غدرا امتد بينهما لحظة صمت حتى قطعتها تاج بسؤال جريء مضاد حان دورك أنت لتجيبي أنت بالصدق يا تارا أنت تعلمين بأني لا أقول غير الصدق أعرف أنك لا تكذبي اسألي إذن لماذا ذهبت لزيارة جمانة في تلك الليلة التي ماتت فيها؟ نمت جبها كبرى الجن وزحفت مبتعدة لا تديري لي ظهرك يا تارا أجيب عن سؤالي ما هو الشيء الذي دفعك للذهاب لبيت جمانة في الليلة التي ماتت فيها؟ أكملت سحفها نحو الغابة دون أن تتوقف أو تلتفت لا أستطيع أن أخبرك ولماذا عساك لا تستطيعين أن تخبرين؟ لأني لا أكذب والحقيقة لن تعجبك أبدا تارا هي الشخص الوحيد الذي كان يعرف الجزء المتبقي من الحقيقة ذلك الجزء الضئيل الذي لم يكن أحد غيرها في العالم يعرفه وهو أن جمانة كانت قد تناولت من جرة الماء البنية تلك وهي تعرف أنها جرة ماء مسموعة واحد وعشرون تعدى عاصف حدود الغابة المظلمة ثم بعد ذلك حدود قرية الجساسة ولم يكن يعرف أي طرق يجب عليه أن يسلك ورغم هذا إلا أنه واصل السير غربا هو وإكليل لفترة طويلة جدا حتى اقتربت الشمس من الغروب وبدأ الاثنان يشعران بالجوع والعطش إكليل انظر هناك قال وهو يشير نحو البعيد إنها قافلة كانت هناك قافلة تجارية طويلة فيها العديد من الفيلة الضخمة التي كان بعضها محملا بصماديق كبيرة والبعض الآخر يحمل على متنه فتيات وفتيان صغار يجلسون متحاشرين في هوادج ضخمة كانوا في الطريق بهم نحو سوق الجواري والعبيد كانت القافلة ترفع العديد من الرايات الملونة المكتوب عليها تجارة الشابندر عدنان بينما تسير متقدمة نحو الأمام يحفها الخدم الذين يحرصون على رفاهية وخدمة تجار المسافرين ويحفها أيضا الحرس المستأجرون لحماية البضائع التجارية من أطماع اللصوص وقطاع الطريق أستطيع أن أشم رائحة شهية منبعثة من تلك الصناديق الكبيرة قال عاصف ثم أضاف لا بد أن فيها الكثير من الطعام الشهي أليس كذلك؟ إكليل جاع قال إكليل بنبرة متوسلة جائع قال عاصف مصححا وأضاف تعال نتسلل إلى هناك ونأخذ ما نشاء من الطعام ثم نهرب قبل أن يرانا أحد ربما ساعد غلوب الشمس عاصف وإكليل كثيرا على ألا يثيران تباه أحد وهما يتسللان من مؤخرة القافلة لداخل أحد صناديق المؤن الغذائية المربوطة بإحكام على ظهر أحد الفيلة وربما لو أنهما التفتا للخلف وهما يتسللان لصندوق المؤن الغذائية لشاهدا فأرا له لحية طويلة نسبيا تشبه لحية عنز فحل كان يلحق بهما منذ اللحظة التي تعديا فيها حدود قرية الجساسة ملأ الاثنان بطنيهما من الأكل كما توقعت كان الطعام لذيذا هنا قال عاصف متخما لذيذ قال إكليل وهو يتجش قال صوت آخر معهما في الصندوق هل غدرت قرية الجساسة من أجل أن تملأ بطنك بالطعام؟ من هناك؟ تساءل عاصف متعجبا فأر قال إكليل وهو ينظر نحو نقطة معينة في ظلام الصندوق فأر يدخل في مؤخرتك يا طائر البرتقالة أنا لست فأرا أنا الحكيم ولأن الصندوق كان مظلما من الداخل فإن عاصف لم يتمكن من رؤية الشخص الثالث الذي كان يتكلم معهما لذلك فقد سأل أي حكيم؟ الحكيم الذي ساعدك في ليلة المطر كف عن الكذب لا أكذب أنا الحكيم ولكن جدتك حولتني لفأر ولماذا عساها أن تفعل ذلك؟ جدتك مرأة منحرفة لقد جاءت منزلي ليلا كي تراودني عن نفسي ولكن عندما أخبرتها بأني لا أبادلها الشعور نفسه غضبت مني وحولتني لفأر صمت الحكيم قليلا ثم أضاء نساء تافهات كاذب قال إكليل وكأنه استطاع الشم رائحة الكذب في كلامه لست كاذباً رد الحكيم ثم تابع وهو ينظر باتجاه إكليل هل تعرف من الكاذب؟ إنها تاج لقد كذبت عليك عندما أخبرتك بأنك فرخ طائر عنقاء بينما أنت لست إلا برتقالة متكلمة غبية كافا أنتم الاثنان؟ قال عاصف ثم أضاف لماذا تبعتني إلى هنا؟ أريدك أن تساعدني بما؟ بأن تعيدني مثل ما كنت سابقاً كيف؟ أنت مخلوق هجين ومن المؤكد أنك تعرف كيف تفعلها أنا لا أعرف كيف أقوم بإلغاء التعاويد عد بي لي جدتك إذن واطلب منها أن تفعل هي ذلك فكر عاصف ها ماذا سأحصل في المقابل؟ كنت أعرف أنك أبله ومتهور ولكن لم أكن أعرف أنك مبتز أيضاً لا تغير الموضوع ما الذي سأحصل عليه في المقابل؟ سأحقق لك أمني ما رأيك؟ لو كنت تحقق الأمان لا استطعت إلغاء التعويذات عن نفسك اللعنة عليك أيها المبتز قل لي ما الذي تريده؟ تردد قليلاً قبل أن يبوح أريد أن أصبح رجلاً قال الحكيم وهو يضحك ساخراً هذا أغرب طلباً سمعته في حياتي قاطعاً عليه سخريته سأل ماذا قلت؟ هل ستساعدني في أن أصبح رجلاً؟ ولماذا تريد أن تصبح رجلاً؟ لأن هناك امرأة أريد مقابلتها وهل أخبرك أحد أيها المنحرف بأنني أعمل قواد نساء؟ أيها الحكيم لم أعني ذلك الشيء الذي فهمته وماذا كنت تعني إذن ها؟ هناك امرأة اسمها خيزران أريد لقاءها في أمر هام يا سلام وما دخل هذا بذاك؟ هناك شرط وهو أني لن أستطيع لقاءها قبل أن أصبح رجلاً وما الذي تريده منها؟ أريدها أن تساعدني في أخذ ثأري ماذا قلت لي كان اسمها؟ خيزران هل تقصد الجنية خيزران؟ هل تعرفها؟ إن صح ما أعتقد فإن تلك التي تبحث عنها يقال بأنها الوحيدة التي تستطيع أن ترتب لأحد موعداً مع عائلة الأباطرة ثم أضاف؟ فالجنية خيزران هي وزيرة جدك جبار ملك أبابيل السابق جدي كان ملكاً؟ هل تعرف ذلك؟ لم تقل لي جدة هذه المعلومة من قبل كان جدك جبار ملكاً لأبابيل وكانت جدتك تاج الملكة أخفض الحكيم صوته وهو يستعد لقول المعلومة التالية الشائعات تقول بأن هناك واحد من أفراد عائلتكم اسمه طاغين أعلن الانقلاب على جدك الملك جبار واستطاع بالغدر والخديعة هزيمة جيش أبابيل بأكمله وكيف حدث ذلك؟ لأكون صادقاً معك؟ لا أعرف فأنا لم أكن هناك وقتها أجاب ساخراً ثم أردف بجدية ولكن ربما تستطيع الجنية خيزران أن تخبرك القصة عندما تلتقي بها وهل ستساعدني أيها الحكيم؟ في أن أصبح رجلاً؟ لا بأس ولكن شرط أن تجعل جدتك تلغي عني التعويذة أولاً حسناً تعال نرجع للقرية من أجل أن أطلب منها ذلك استعد الجميع لمغادرة صندوق المؤن الغذائية والعودة لقرية الجساسة من أجل أن يطلب عاصف من جدته إلغاء التعويذة عن الحكيم غير أنهم أكادوا يقومون بفتح باب الصندوق حتى صاح قائد حرس القافلة بكل صوته سنتوقف هنا للراحة والتزود بالطعام ونكمل سيرنا فجراً توقفت القافلة عن السير وطوق الحرس تلك المنطقة من جميع المداخل والمخارج حتى يحمل بضائع التجارية بشكل أفضل انقسم خدم القافلة لفريقين ذهب الفريق الأول لنصب الخيام بينما اتجه الفريق الآخر نحو صناديق المؤن الغذائية حتى يأخذوا منها الطعام ويجهزوه ثم يقدموه لتجار القافلة كان عدد صناديق المؤن الغذائية خمسة عشر صندوقاً قام الخدم بفتحها جميعاً باستثناء صندوق وحيد قرروا ألا يقربوه الليلة وأن يتركوه قصندوق احتياطي ليوم الغد ولكن بعض التجار الذين كانوا لا يزالون يشعرون بالجوع بعد أن أكلوا طالبوا أحد مشرفي القافلة بإحضار المزيد وبذلك أعطى مشرف القافلة أمراً لأحد الخدم فيروز أحضر كل الطعام من داخل الصندوق الاحتياطي ولكن ماذا نترك اليوم الغد إن قمنا بإفراغ الصندوق الاحتياطي لا تقلق سنحرص على الوصول لسوق الجوار والعبيض قبل أن يشعر أحد في القافلة بالجوع فيروز هو أحد الخدم الذين انضموا حديثاً للقافلة وهو خادم غريب الأطوار يرتدي ملابس واسعة جداً لا يتكلم مع أحد يغطي جميع ملامح وجهه باستثناء عينيه مستخدماً شالاً أخضر اللون لا ينزعه أبداً وكان بعض زملائه الخدم يطلقون عليه في الخفاء لقب الشاذ جنسياً والبعض الآخر لقب الخصي وذلك لأنه لم يكن يحب الاستماع إليهم أو التفاعل معهم عندما يتحدثون عن النساء فتح الخادم باب الصندوق الأطعمة الاحتياطي ولم يكن يتوقع أبداً أن يشاهد ذلك المنظر الذي رأاه من أنت؟ وكيف وصلت إلى هنا أيها الفتى؟ أما عاصف فإنه لم يعطي لذلك الخادم مزيداً من الوقت حتى يصب بالدهشة لفترة أطول قفز سريعاً خارج الصندوق حاملاً بين يديه إكليل والحكيم يريد أن يهرب بهما بعيداً ولكن قبل أن يحدث ذلك قال له الخادم الحرس يطوقون القافلة ومن المؤكد أنهم سيرونك لم يكترث للتنبيه وواصل ركضه متعداً ولكن الخادم حذره توقف سيقومون ببيعك في سوق الجوار والعبيد إن ألقوا القبض عليك وقد كان الخادم محقاً في تحذيره ذاك فلو أن الحرس ألقوا القبض على عاصف لكانوا سيسلمونه بالتأكيد لصاحب القافلة التجارية الشابندر عدنان ليقوم بعرضه غداً في سوق الجوار والعبيد حال وصولهم هناك لذلك فإن عاصف توقف مكانه والتفت إلى الخلف هل تستطيع مساعدتنا في الخروج من هنا؟ نعم أستطيع لم يعجب ذلك الأمر الحكيم فقال معترضاً لا تثق به سيسلمك بنفسه للحرس أهرب يا عاصف ولكن الحق معه أيها الحكيم قال عاصف وهو يلقي نظرة متفحصة حول المكان انظر حولك إن الحرس يطوقون القافلة من جميع المخارج ومن المؤكد أننا سنثير انتباههم لو أننا حاولنا الهرب قال الخادم شارحاً ما يحدث عندما تتوقف القافلة لأخذ قصط من الراحة فإن الخطر يصبح عليها أكبر لهذا يكثف الحرس من نوبات عملهم خوفاً من أن يقوم قطاع الطريق أو اللصوص باستغلال فترة التوقف وسرقة البضائع وما هي الطريقة الأضمن للخروج من هنا؟ عد للداخل أيها الفتى وانتظر حتى تبدأ القافلة في التحرك فجر الغد عندها يتوزع الحرس على طول القافلة وعرضها ويصبح في إمكانك التسلل هارباً من غير أن يلتفت الانتباه إليك تسلق الحكيم بكتف عاصف أمسك بيديه شحمة أذنه وصرخ يريدك أن تدخل الصندوق ثم يغلق عليك الباب ويستدعي الحرس لأخذك التفت عاصف نحو إكليل وسأل ما رأيك أنت في هذا الأمر؟ نظر طائر العنقاء نحو عيني الخادر وكأنه يريد قراءة نواياه الصندوق قال إكليل وكأنه اطمأن لصدق نوايا الخادر التفت الحكيم نحو عاصف ثائراً هل بلغ بك الجنون لأن تأخذ رأي هذه البرتقالة المتكلمة؟ معرون غبي قال إكليل وهو يرسل إليه نظرة غضب برتقالة بل هاء متكلمة قال عاصف حاسماً القرار سندخل الصندوق حتى تتحرك القافلة فجر الغد وعندها نهرب وأضاف وهو ينظر الخادر نحن ناثق بك ثق بي ارد بنبرة صادقة دخل عاصف ومن معه صندوق الأطعمة الاحتياطي ثم وقبل أن يغلق عليهم الخادم باب الصندوق الخشبي سأل كيف يستطيع هذا الطائر الصغير أن يتكلم مثلنا؟ إنه من فصيلة العنقاء ويمتلك قدراً عالياً من الذكاء للحد الذي يجعله يستطيع فهم لغتنا والتحدث بها ولكنه مثل ما ترى لا يزال يحتاج لبعض الوقت حتى يتحدث بشكل أفضل وماذا بشأن هذا الفأر؟ قال الحكيم متدمراً فأر يدخل في مؤقت قطعه عاصف قبل أن يكمل جملته هذا ليس فأراً إنه إنسان ولكن جدتي حاولته لفأر جدتك تستطيع تحويل الإنسان لفأر؟ إنها جنية آه أنت جني إذن؟ سأل بدهشة ليس تماماً قال عاصف ثم أضاف أنا هجين هجين؟ أمي جنية وأبي بشري قال موضحاً ثم تابع وأنا لست بشرياً تماماً ولا جنياً أيضاً أنا بين هذا وذاك أنا مخلوق هجين كان من المفترض على تاج أن تعلم حفيدها بأن لا يثق بالغرباء وربما لو أنها علمته ذلك لا استطاع تفادي الورطة الكبيرة التي أوقع نفسه فيها الآن فبعد أن أغلق الخادم عليهم الباب الخشبي أخرج من أحد جيوبه قارورة زجاجية بداخلها مادة سائلة نزع عنها الغطاء وغرق بها الصندوق من جميع الاتجاهات ثم ذهب يهرول نحو خيمة الشابندر عدنان وقف الخادم الملثم عند باب الخيمة وهمس أيها الشابندر أيها الشابندر هل أنت هنا؟ قال الشابندر الذي كان يقضي ليلته مع إحدى جواريه الخاصات لا ثم أضاف وهو يلهث كما لو أنه كان يركض داخل الخيمة أنا لست هنا اذهب ولكنني أريد محادثتك في أمر هام في الصباح في الصباح ولكن الأمر الذي أريدك فيه لا يقبل التأجيل صدقني وحدت الأمر الذي أنا فيه لا يقبل التأجيل أيضا أرجوك لن أخذ من وقتك الكثير تبا لك سأفقد تركيزي بهذه الطريقة قل ما عندك ماذا تريد لقد ألقيت القبض للتوي على فتى الهجين وطائر عنقاء وفأر متكلم لم يكمل الخادم الملثم فيروس جملته تلك حتى خرج شابندر عدنان من باب خيمته قد أنسته الفرحة أن يضع شيئا على عضوه الحساس الصغير الضامر الأشبه بغصم شجرة ميت لا حياة فيه كان رجلا قصير القامة منتفخ البطن يشبه سمكة اليافوخ أينهم؟ لقد قمت بحبسهم في صندوق المؤن الغذائية الاحتياطي وضع الشابندر قميصا خفيفا على جسده وأخذ بعض الحرس معه ثم ساروا جميعا خلف الخادم والذي راح يقودهم نحو المكان هناك همس بحذر وهو يشير لهم نحو الصندوق طوق الحرس الصندوق حتى لا يسمح لمن بداخله بالهرب وعندما فتحوا الباب وألقوا بحذر نظرة للداخل وجدوا شابا وطائرا وفأرا وكان ثلاثتهم يغطون في نوم عميق قال الخادم مبررا لقد رششت عليهم بعض الزرنيخ جعلهم يفقدون الوعي هل قلت زرنيخ؟ لقد قتلتهم بهذه الطريقة أيها المعتوه لا تقلق لقد أضفت عليه مسحوق جذور الناردين وهكذا لن يحدث لهم شيء عدا أنهم سينامون طويلا عندما سمع الشابندر تلك الإجابة تسأل بشك ولماذا تراك تحمل معك مثل هذه الأشياء أيها الخادم؟ لم يعرف ماذا يجب عليه أن يقول ولكنه استدرك في النهاية تحسبا لمثل هذه المواقف يا سيد الشابندر أحسنت قال الشابندر متسما وهو يخرج من أحد جيوب قميصه زنبيلا بحجم كف اليد كان ممتلئا بالمال ستكون هذه مكافآتك لهذا العمل عندما جاء الغد وأشرقت شمس سماء مملكة أبابيل فتح عاصف عينيه ووجد نفسه مقيد الأطراف داخل قفص من الحديد يشبه أقفاص الحيوانات المفترسة وعندما تلفت حوله وجد إكليل والحكيم أيضا مقيدي الأطراف مثله وكل واحد منهما كان محبوسا داخل قفص حديدي يناسبه في الحجم والطول أيها الحكيم إكليل استيقظاه استيقظ إكليل في البداية وما إن انتبه للوضع الذي هم فيه حتى راح يحاول جاهدا تخليص نفسه من الحبس ولكن قطبان القفص الحديدية كانت أقوى بكثير من أن يستطيع اختراقها بمنقاره نظر نحو سيده وقال معتذرا عن تقصيره في الحماية لا أستطيع لا بأس سنجد حلا لمشكلتنا هذه ثم ولأن الحكيم لم يستيقظ بعد فقد كرر النداء عليه مرة أخرى أيها الحكيم استيقظ هذا ليس وقت النوم رمش الحكيم بعينيه وهو يتمتم كما لو أنه يشاهد حلما جميلا اوه دعيني أنام قليلا يا أمي أنا لست أمك ويجب أن تفيق بسرعة ثم أضاف بهمس عال استيقظ أيها الحكيم استيقظ استيقظ من نومه منزعجا أول درس يجب عليك أن تتعلمه أيها الأبلاه لتصبح رجلا هو أن لا توقظ شخصا من النوم قال ذلك ثم صمت لبعض الوقت فأخذ يقلب بصره في المكان الذي وجد نفسه فيه وعندما أدرك أنه مقيد الأطراف داخل قفص صغير وأنه موضوع هو وعاصف وإكليل فوق عربة مصطحة مكشوفة يجرها فيل ضخم قال مستدركا لماذا نحن هنا بحق السماء لابد أن ذلك الخادم هو من فعل هذا بنا لقد أخبرتك بأن لا تثق به ولكنك لم تستمع لكلام أيها المتهور ما الذي تعتقد أنهم سيفعلونه بنا؟ أجاب بسخرية لا شيء سيبيعونك فقط في سوق الجوار والعبيد لتصبح صبيا عند أحد الأغنياء وسأصلي للسماء كي لا تقع بين يدي رجل منحرف فصبي بمثل جمالك لن يكون مسرورا كثيرا لو أنه وقع بين يدي الشخص الخطأ أما إكليل فسيضعونه في قدر كبير ويصنعون منه طبق حساء لذيذ فأر غبي قال إكليل فأر غبي قال الحكيم مقلدا بسخرية ثم وفي هذه اللحظة ومن خلف الأقفاص الثلاثة جاءهم صوت يقول آسف لم يكن أمامي خيار آخر عندما التفتوا جميعهم نحو مصدر الصوت وجدوا أن المتحدث هو ذلك الخادم الملثم نفسه الذي أوقعهم في هذا الفخ احتج الحكيم ما الذي تريدنا أن نفعله بأسفك هذا؟ معاتبا تمت معاصف لقد وثقنا بك لماذا فعلت هذا بنا؟ قال الخادم قبل أن يستدير مغادرا وبريق الحزن يشع من عينيه ليس هناك وقت لأشرح لكم ولكنني جئت لأعتذر وقف الحكيم يشيع الخادم بنظرات غريبة وهو يختفي وسط زحام وغبار القافلة الأمر الذي أثار التساؤل في قلب عاصف ما بك أيها الحكيم؟ لماذا تحدق فيه بهذه الطريقة؟ أجاب بصوت جاد ذلك الخادم الملثم ما به؟ إنها امرأة لماذا تقول ذلك؟ لأن عيون النساء تتشابه عندما يصيبها الحزن هل أنت واثق مما تقول؟ ذلك الخادم الملثم يعاصف امرأة وليس رجلا كان السوق ممتلئا حتى آخره بالزبائن عندما وصلت القافلة إلى هناك وحطت بركابها في الأماكن المخصصة لتوقف القوافل ثم ولاختصار الوقت فإن الشابندر عدنان قام بتقسيم تجاره لقسمين أرسل قسما منهم ليبيع الأقمشة والجلود والصوف وأواني الخزف المكومة داخل الصناديق بينما ذهب هو بنفسه مع القسم الآخر للركن المخصص لبيع الجوار والعبيد اجتمع الكثير من الناس رجالا ونساء أمام مصطبة خشبية مرتفعة قليلا عن الأرض تشبه خشبة مسرح من أجل أن يشاهد ما سيتم عرضه عليها من سلع بشرية كان بعض من احتشد هناك يغلبه من فضول ليس إلا ولا يملكون قدرة الشراء أما البعض الآخر وهم الأغنياء والسادة فقد جاءوا من أماكن بعيدة جدا ليحصلوا على كل ما يستطيعون شراءه من جواري وعبيد كان من المتعارف عليه في ذلك السوق أن المبايعة تتم بأكثر الطرق وضوحا وشفافية ومن أجل ذلك فإن تجار القوافل يعمدون لنزع الملابس عن جميع جواريهم وعبيدهم قبل أن يقوموا بعرضهم على الزبائن حتى يبعدوا عن بضاعتهم تهمة الخداع والغش وكان الشخص الذي يملك نية الجادة في الشراء يستطيع فحص الجارية أو العبد قبل إتمام عملية البيع مستخدما كلتا يديه في تقريب بضاعته مالكا الحق كل الحق بتمرير وإدخال أصابعه حتى في أشد مناطق الجسد حرمة وسرية لم أكن أتوقع أن النهاية ستكون بهذه الطريقة قال الحكيم متذمرا وأضاف يا للسخرية سوف نصعد جميعنا على تلك الخشبة اللعينة ويتم عرضنا عليها وكأننا سنضيق فاصليا لا عليك قال عاصف بهدوء يشيب ثقة لديك خطة سوف نهرب بعد أن يتم بيعنا صمت الحكيم قليلا ثم انفجر بخيبة أمل هل تظن أن الأمر سيكون بهذه السهولة أيها الأبلى سيضعون وشم العبودية على جبينك وعندها لن تكون حرا أبدا وشم العبودية لكل عائلة من أغنياء أبابيل شعار خاص يشمون به عبيدهم فإذا رأىك أحد حراس المملكة لاحقا وأنت تملك الوشم على جبينك فإنه سيعرف بأنك عبد هارب وبذلك يستطيع أن يعيدك للعائلة التي هربت منها وربما يحصل منهم على مكافأة مجزية أيضا سأل عاصف كيف نهرب ونحن في الأقفاص والحرس يطوقون قافلة استخدم قوتك ألست مخلوقا هجينا ولديك قدرات خاصة أم أن جدتك كانت تكذب علي عندما أخبرتني بذلك لم تكن تكذب ولكنني لا أستطيع فعل شيء في هذه اللحظة ولماذا؟ لأنني عندما أشعر بالحزن أفقد قوتي يا للسماء ولماذا أنت حزينني الآن؟ لأنني كنت السبب في قتل أمي صمت الحكيم متأثرا بعض الشيء فصحيح أنه كان يمتلك لسانا طويلا وقذرا ولكنه في الوقت نفسه يمتلك أيضا قلبا عطوفا يستطيع بواسطته الشعور بالآخرين والإحساس بمعاناتهم فكر قليلا ثم قال قد تسامح الأم ابنها إن قتلها عمدا ولكنها لا تغفر له إن سمح للآخرين بأذيته لهذا لا تسمح لهم ببيعنا وأضاف برجاء تصرف حاول عاصف أن يحرك النار في عروقه أغمض عينيه وتذكر في تلك اللحظة كل الأشياء التي قامت جدته بتدريبه عليها طيلة السنوات الثلاث التي قضاها عندها استجمع طاقته وبدأت أنفاسه تتغير ردد تلك التعويذة في نفسه لمرات ومرات ولكن من غير فائدة قال مستسلما لا أستطيع لقد قتلت أمي ثلاثة وعشرون انتهى الشابندر عدنان من بيع كل الصبيان الذين أحضرهم معه في القافلة بعد أن قام بعرضهم فوق تلك المصطبة الخشبية ثم أردف قائلا بنبرة فكاهية وبصوت عال حتى يبث روح الحماسة في قلوب الزبائن ويستبقيهم للعرض القادم أيها الناس ابقوا لبعض الوقت حتى تنعموا برؤية الجواري التي أحضرتهن لكم من جميع أطراف العالم إنهن اللاء لم يخلقن في الأرض إلا من أجل إمتاعكم فتيات لسنك باقي الفتيات جمالهن لا ينتهي دلالهن عجيب نهدهن صافية مثل الحليب أردافهن علاج يشفي المريض ارتفعت الضحكات في ممرات السوق وأصبح المكان فجأة أكثر ازدحاما تمددت الأعناق وشخصة الأبصار وبات الناس أكثر توثبا لرؤية أولئك الجواري التي تحدث عنهن الشابندر ولكن الغريب في الأمر هو أن الخادم الملثم فيروز واقف مترقبا وسط الزبائن يريد شراء جارية لنفسه بالمكافأة التي حصل عليها البارحة لم يمضي الكثير من الوقت حتى صعدت أول جارية فوق خشبة المسرح وتم بيعها سريعا بمبلغ يفوق بكثير ثمن أغلى عبد تم بيعه سابقا ثم صعدت الجارية الثانية والثالثة والرابعة وحدث مع كل جارية منهن مثل ما حدث مع الأولى حيث تم البيع بسرعة ولصاحب أكبر مبلغ وعندما جاء دور الجارية الخامسة بدأ الكلام يصبح أكثر صخبا بين جوقة الزبائن ثم وعلى الرغم من أن طقس مملكة أبابيل كان باردا طوال فصول السنة الأربعة إلا أن الهواء فجأة أصبح حرا وبدأ جميع من هناك يتصببون عرقا بسبب الفتنة اللانهائية المنبعثة من تلك الجارية وحده الخادم الملثم هو من كان ينظر نحوها بطريقة مختلفة بدأ الشابندر عدنان يذكر مواصفات الجارية الخامسة قائلا هذه الجارية اسمها سرابي عمرها سبع عشرة سنة وهي فتاة بكر لم يسبق لرجل من قبل أن اقترب منها أسنانها كاملة ومتراصفة مثل أسنان المشت لديها غمازتان في خديها عندما تبتسم قادرتان على إيقاظ كل أشيائك الميتة غمز بعينه بطريقة خبيثة وهتف كبار السن من الذكور يفهمون قصدي بالطبع أليس كذلك؟ انفجر الناس بالضحك وبذات كبار السن منهم ثم التفت الشابندر عدنان وأمر الجارية بأن تبتسم حتى يشاهد الجميع تين كالغمازتين اللتين تحدث عنهما للتو ورغم حزنها الطاغي إلا أنها اغتصبت ابتسامة مزيفة على وجهها خوفا من العقاب أكمل الشابندر شعرها بني مثل رحيق النحل بيضاء هي مثل ندف الثلج جسدها مجدود كالزجاج نهداها مثل رمانتين عضيجتين تابع بعد ذلك كلامه عن الجارية هبوطا من الأعلى للأسفل واصفا مناطق جسدها شبرا شبرا وبكلام لا يصلح أن يقال إلا من أجل شيء واحد فقط وهو إثارة الشبق في نفوس الرجال حيث إنه كتاجر ضليع في مجاله يعلم بأن الرجال لا يصبحون كرماء جدا إلا فقط عندما تتحرك شهواتهم حين انتهى أخيرا من وصف الجارية الخامسة وصفا دقيقا مبالغا به أحيانا صاحب صوت عال وهو يقترب للجمهور أكثر ويرفع يديه بإيماءة حماسية والآن أيها الناس من أين يبدأ المزاد تهتف الأغنياء والسادة للمشاركة وكان الخادم الملثم فيروز يضارب معهم من وقت لآخر رغبة منه في شراء تلك الجارية لنفسه غير أن المبلغ المتواضع الذي بحوزته كان أقل بكثير من المبالغ المرتفعة وغير المعقولة التي وصل إليها المزاد وعندما تيقن أخيرا من أنه لن يستطيع شراء تلك الجارية وفقد الأمل كل الأمل في الحصول عليها فقد تسحب من مكانه وذهب لمكان آخر ذهب نحو الأقفاص الثلاثة المحبوس بداخلها عاصف والحكيم وإكليل والذين كان الشابندر عدنان قد خبأهم لآخر فقرة في العرض كان هناك خمسة من الحراس يقومون بحراسة الأقفاص منعا لحدوث أي محاولة للهرب اقترب منهم الخادم وأخبرهم بأن الشابندر يريدهم في أمر طارق فتحرك اثنان منهم لتلبية النداء ولكنه استوقفهما قائلا إنه يريدكم جميعا نظر الحرس بعضهم ببعض متعجبين سأل أحدهم هل أنت واثق أيها الخادم من أنه يريدنا جميعا؟ نعم ولقد أرسلني لأخذ مكانكم في الحراسة ريثما تعودون انطلت تلك الحيلة البسيطة عليهم وانصرف الحرس الخمسة جميعهم لرؤية ما يريده الشابندر منهم بعدما استطاع الخادم نشلم فتيح الأقفاص من أحدهم دون أن يشعر بخفة يده هاي أنت أيها الفتى الهجيم همس الخادم من خلف الأقفاص التفت عاصف نحو مصدر الصوت وعندما رأى المتكلم قال ما الذي جاء بك مرة أخرى أيها الخادم؟ ما رأيك في أن أحررك وأصدقائك من هذا المكان؟ تدخل الحكيم متسائلا وهو يخاطب ذلك الخادم على أنه فتاة ولماذا عساك ستفعلين هذا معنى أيتها الحلوة؟ ما الذي يجعلك تفترض أنني فتاة؟ سأل الخادم متعجبا لأنني أعرف أنك فتاة قال الحكيم باندفاع ثم أضاف هيا أنزل بن طالك ودعنا نشاهد إثبات رجولتك إن كان كلامي خاطئا أزال الخادم اللثمة الخضراء عن وجهي وقال لقد اختصرتم علي الكثير من الشرح أنت محق أنا فتاة واسمي فيروز سأل الحكيم وقد أذهله جمالها لماذا كنت طوال الطريق تتنكرين بزي الرجال؟ ثم أضاف سؤالا ثانيا ولماذا تريدين الآن مساعدتنا في الهرب؟ تجاهلت فيروز السؤال الأول للحكيم وأجابت على الثاني سأساعدكم مقابل أن تزدوا لي خدمة مستنكرا صرح عاصف هو ما الذي يضمن لنا أننا لا نتعرض لفخ جديد؟ رفعت فيروز إصبعها وأشارت نحو الجارية الخامسة هل ترون تلك الجارية التي هناك والتي يريد الشابندر بيعها؟ نظروا إليها جميعا وعندما شاهدوا جمالها قال الحكيم بحماسة يا للسماء أنا مستعد لأدفع عمري كله مقابل ليلة واحدة معها بدأ عليها بأنها تضايقت في سماعها ذلك التعليق ولكنها قالت متجاهلة سأقوم بتحريركم مقابل أن تمنعوا عملية بيعها سأل عاصف بفضول وما الذي ستستفيدينه من ذلك؟ لأن تلك الفتاة تكون ابنتي أو لا قال الحكيم وقد شعر بالحرج تلك الليلة التي سأدفع عمري كله من أجلها لم أكن أقصد أنني كنت أريد أن أفعل معها ذلك الشيء الذي يدور برأسك فابنتك قبيحة لا تصلحني مثل هذه الأشياء أقصد أن أقول بأن ابنتك جميلة ولكن قاطعت فيروس كلامه لكي تجنبه الحرج في البداية لم أكن أنوي القيام بتسليمكم للشابندر ولكن عندما عرفت أنكم مخلوقات استثنائية فكرت في أنني ربما قد أجني من وراء تسليمكم له مبلغا كبيرا أستطيع من خلاله شراء ابنتي وتخليصها من أن تكون جارية سأل إكليل باهتمام وقد بدى واضحا عليه أنه كان مندمجا مع تلك القصة وماذا حثد بدعها؟ قال الحكيم مصححا يقصد أن يقول وماذا حدث بعدها؟ أكملت فيروس وهي تنظر نحو الطائر المبلغ الذي معي لم يعد كافيا لشرائها ثم نظرت نحو عاصف وقالت قلبي لن يحتمل رؤيتهم وهم يبيعون سرابي ويأخذونها بعيدا لذلك أرجوكم اقبل عذري وساعدوني قال الحكيم محللا كل شيء من أجل هذا قررت الانضمام للقافلة والتنكر بزي الرجال ومن أجل هذا كنت تحتفظين طوال الطريق بذلك المخدر الذي رششته علينا كنت تخافين أن ينكشف أمرك لأحدهم لأحدهم فيتهجم عليك من غير أن يكون لديك سلاح تدافعين به عن نفسك قالت فيروس كاشفة أكثر عما بداخلها طوال الطريق كنت أفكر بخطة لإنقاذ ابنتي ولكن ذلك الأمر بدى مستحينا بوجود كل أولئك الحرس حول القافلة وانقطاعنا عن الأماكن المأهولة بالسكان هل ستقومون بمساعدتي أم لا؟ لم يتكلم عاصف فقال إكليل وهو ينظر نحوه يحثه على الموافقة وافق هيا قل بأنك موافق هتف الحكيم أنا لست مرأة سيئة كل ما في الأمر هو أنني كنت حررين من قيودنا قال عاصف مقاطع سنعيد لك ابنتك وعيناها تغرقان بالدموع أجابت أنا ممتنة لكم قال الحكيم أسرعي قبل أن يعود الحرس ويضعك معنا لم يكن عاصف بعد يستطيع استخدام قوته الخاصة وذلك بسبب بقايا الحزن التي ما زالت عالقة بقلبه لهذا يجب عليه أن يفكر هو والحكيم وإكليل بخطة أخرى غير المواجهة يستطيعون من خلالها تشتيت انتباه الحرس وإعادة سرابي لأمها أربعة وعشرون تسلل الحكيم من بين أقدام الناس بحذر حتى لا يقوم أحد بدهسه دون أن ينتبه إليه ثم اختار امرأة كانت ترتدي فستانا قصيرا وقام بتسلق ساقها العارية بخفة بالغة وصولا إلى فخذها ثم صعودا نحو الأعلى حتى أخرج رأسه أخيرا من عند فتحة صدر فستانها نظر إليها مبتسما وهو يتنفس السعداء وقال بنبرة صوت شخص محصور يقضي حاجته خلف شجرة يا سلام المكان هنا دافئ ورطب صرخت تلك المرأة بكل ما أوتيت من قوة فرغم أنه فأر وهذا سبب يكفي لإخافة أي امرأة إلا أنه بالإضافة لذلك كان يتكلم مثل البشر وله لحية طويلة تشبه لحية عن زفحل تسببت تلك المرأة وبقية النسوة التي خفن من الفأر في ارتباك كبير بين صفوف عامة الناس الأمر الذي بسببه اضطر الحرس للتحرك من أماكنهم حتى يعيد ضبط الصفوف وهنا وبحسب الخطة المتفق عليها بين الأصدقاء الثلاثة يأتي دور إكليل الذي قفز من مكان مرتفع ورفرف بجناحيه في الهواء موازنا نفسه حتى هبطع إلى وجه الشابندر عدنان حاول الشابندر إبعاد ذلك الطائر البرتقالي الذي حجب عن عينيه الرؤية ولكنه لم يتمكن من فعل هذا إلا بصعوبة بالغة وعندما نجح أخيرا في إبعاد الطائر عن وجهه والدفت للمكان الذي كانت تقف فيه الجارية الخامسة لم يجدها فصاح بأعلى صوته أيها الحرس أيها الحرس لقد اختفت الجارية ابحثوا عنها وعندما نظر لنفسه وجد أن ملابسه أيضا كانت قد اختفت من فوق جسده فقال بخجل بعد أن غطى بيديه القصيرتين ما استطاع أن يغطي وفتشوا عن ملابسي أيضا لقد تمكن عاصف وسط اضطراب جمهور الناس الذي تسبب في وقوعه الحكيم من اختراق صفوف الحرس برشاقة عالية من غير أن يشعر به أحد واستغل المدة القليلة التي حجب فيها إكليل الرؤية عن عيني التاجر البدين ليحمل سرابي بين يديه ويهرب بها بعيدا ثم ولأنها لم تكن ترتدي فوق جسدها شيئا فإنه لم ينس قبل هروبه أن يأخذ ملابس الشابندر ويغطي بها جسدها سألت إلى أين تأخذني؟ ابتسم عاصف لها وقال للرؤية شخص عزيز استطاع الجميع أن يتقابلوا في نقطة الالتقاء التي حددوها عندما وضعوا الخطة احتضنت فيروز ابنتها سرابي وبكت كثيرا غير مصدقة أنها استطاعت أخيرا استعادتها لقد شعرت بأنهم انتزعوا قلبي من مكانه عندما هجم أولئك الرجال على قريتنا وقاموا باختطافك لماذا لم تؤثر فيهم توسلاتي بأن يعيدوني إليك يا أمي؟ لأن الرجال لا يملكون قلوبا في صدورهم يا ابنتي لكن لا تحزني سأكون معك ولن أسمح لأحد بأن يأخذك مني مرة أخرى قال إكليل متدخلا وكأنه استطاع سماع أصوات قادمة الحرس هتف الحكيم يجب أن نبتعد من هنا بسرعة الحرس قادمون وقبل أن يبتعدوا عن ذلك المكان لمع شيء حاد في السماء كان متجها مباشرة نحو عاصف انتبهت إليه فيروز ولكن الوقت لم يصعفها لتحذيره أو إبعاده عن مجال السهم ثم وفي غمضة عين انفجرت الدماء في كل مكان وأصيب الجميع بالصدمة والذعر والهلع أمي صاحت سرابي وهنا وفي هذه اللحظة وبينما كان السهم مغروسا في جسد فيروز وكان الحرس الذين عددهم خمسة يطوقونهم من جميع الاتجاهات خيم صمت رهيب على المكان للحد الذي كانت فيه نبضات القلوب تسمع وهي تنبض بخوف من وراء الصدور لم يشعر عاصف حينها بالحزن بل بالغضب تحولت عينه اليسرى للون الأحمر القاتل وبدأ يشعر بصلابة أطرافه وبالحرارة تغز جسده وبأن هناك أسياخا من الحديد تسبح في عروقه للحظة شعر أولئك الحرس الخمسة وهم يشاهدون التحول المرعب للفتى الهجين برغبة شديدة في البكاء والاعتذار عما فعلوه ولكنهم سيتعلمون الآن الشيء الذي فاتهم أن يدركوه في سنواتهم الماضية وهو أن هناك نوعا من الأخطاء لا يصلح معها الاعتذار أو الندم انقض عليهم عاصف مثل ذئب مسعور يهاجم قن دجاج وحين انتهى منهم وعاد مرة أخرى ليطمئن على صحة فيروز المصابة صحت ابنتها سرابي في وجهه بخوف وهي تحتضن والدتها على الأرض أرجوك أيها الوحش لا تؤذن لست وحشا أرجوك ابتعد كررت بتوسط قال الحكيم بعد أن اقترب وشاهد خطورة الإصابة لا فائدة ستموت صرخ عاصف عليه وكأنه يتهمه بالتقصير حاول أن تفعل شيئا لتساعدها وتظن أنني لو كنت أستطيع فعل شيء لتأخرت لقد اخترق نصل السهم صدرها مسببا أضرارا أكبر بكثير من أن أستطيع أو يستطيع أي أحد إصلاحها أيها الأبلة أنت لست إلا فأرا قذرا لا تصلح لشيء قال ذلك من شدة الهياج والغضب ثم تحولت عينه اليسرى للون الأحمر القاتم مجددا وقد خرجت قوته عن مجال سيطرته وبات وجوده يهدد جميع من هناك كان ثائرا للحد الذي ربما تدفعه ثورته لقتل أي أحد من غير أن يشعر بنفسه وكان الحكيم يدرك تلك النقطة جيدا لهذا فإنه فكر في حل سريع يستطيع بواسطته حماية الجميع من تهور عاصف صرخ عليه هل ستقتلنا نحن أيضا مثل ما قتلت أمك من قبل؟ ما إن سمع عاصف تلك الجملة حتى امتلأ قلبه بالأحزان فاختفت الأنياب والمخالب وأصبحت عينه اليسرى طبيعية هرول متعدا عن المكان الذي يقفون فيه فقالت فيروز تناديه أرجوك لا تذهب توقف عاصف مكانه غير أنه لم يلتفت إلى الخلف وذلك ربما لأنه لم يكن يريد لأحد منهم رؤية الدموع المحتشدة في عينيه تكلمت فيروز تناديه بمشقة بالغة بسبب السهم المغروس في صدرها التفت خلفك يا عاصف أستطيع سماعك من غير أن ألتفت ولكنني أريد رؤية وجهك قبل أن أرحل لا ترحلي قال وهو يلتفت إليها باكيا ثم أضع لماذا لم تدعي السهم يقتلني لماذا تلقيته بدلا عني لماذا فعلت هذا بنفسك لأنني لا أستطيع حماية ابنتي مثلك صمتت فيروز قليلا بسبب الألم ثم ثابعت هل ترد لي هذا الدين وتحمي ابنتي بروحك يا عاصف لم يجب عليها فقالت فيروز تكلم فأنا لا أملك وقتا كافيا لأسمع جوابك لم يعلق وظل صامتا يغالب دموعه فقال الحكيم بنفاذ صبر تكلم ستموت المرأة اقترب إكليل من فيروز بخطوات جنائزية مسح لها بريشه البرتقالي الناعم حبات العرق من على وجهها أنا أحميها ثم طار واستقر فوق كتف ابنتها سرابي وأضاف بروحي وقف الحكيم على قائمتيه الخلفيتين ضم يديه كفقير يطلب الصدقة وأنا كذلك يا فيروز سأحميها بروحي ثم وقبل أن تغمض فيروز عينيها بلحظات قليلة جدا وترحل إلى الأبد وضع عاصف يده عند قلبه وهتف بصوته كله كما لو أنه جندي يؤدي قسما أمام قائده أعيدك يا فيروز أعيدك بأن أحميها بروحي بعد موت فيروز بقليل وبينما كان الجميع يشعرون بالحزن والأسف عليها استطاع إكليل أن يرصد وقع أقدام كثيرة تقترب منهم فقفز من فوق كتف سرابي وحرك جناحيه مرتفعا في الجو ليتحقق أكثر من مصدر ذلك الصوت حامى في الهواء مرتين ثم هبط عائدا إليهم حرس كثير قادمون هتف الحكيم عاصف دعنا نبتعد من هذا المكان مد عاصف يدا نحو سرابي هيا تعالي معنا صاحت سرابي أبعد يديك عني أيها الوحش همس لها إكليل بيراجاء تعالي سرابي معنا توسل إليها الحكيم أرجوك يجب أن نتحرك بسرعة وهكذا هرب الجميع من ذلك المكان تجنبا للوقوع في اجتباك مباشر مع حرس القافلة ولكنهم لم يتعدوا كثيرا حتى شاهدوا قرية بطريقهم ففكروا بأنهم قد يستطيعون الاختباء فيها ريث ما يزول الخطر عنهم ما اندخلوا للقرية حتى صادفهم رجل مسن كان للتوي خارجا من بيته له لحية ضيضاء طويلة ووجه عليه أمارات الطمأنينة والوقار يتوكأ على عصا خشبية وظهره منحن نحو الأمان قليلا قال بصوت فيه بحة عميقة وكأن الكثير من الغبار كان عالقا وقتها بحباله الصوتية من ماذا تهربون يا أبنائي؟ الحرس قال عاصف إنهم يتبعوننا وماذا يريدون منكم؟ سأل الرجل المسن يريدون إلقاء القبض علينا حتى يبيعونا ولماذا عساهم يريدون بيعكم؟ لأننا هربنا من سوق الجوار والعبيد وإينهم؟ قال الحكيم متدخلا وبحدة لو أنك استمريت بالتحقيق معنا قليلا فستشاهدهم أمامك بعد قليل وهم يلقون القبض علينا ويجروننا من أمامك جرا ثم أضاف هل ستساعدنا أم نواصل الهرب؟ هذا الفأر يستطيع الكلام؟ هذا الفأر يستطيع أيضا أن يركل لك مؤخرتك العجوزة أيها الرجل الخرف سميه أصوات خطوات تقترب ادخلوا سأخبئكم لبعض الوقت قال الرجل المسن توقف الحرس عنده ليسأله أنت أيها الرجل هل رأيت الغرباء في هذه القرية؟ صبي وفتاة وطائر برتقالي لوني وفأر عفن؟ كاد الحكيم أن يعلق ولكن عاصف سدفمه نعم لقد شاهدتهم قال ذلك ثم أضاف وهو يشير بإصبعه نحو أحد الاتجاهات لقد ذهبوا من هنا أغلق الرجل المسن باب البيت ثم قال وهو ينظر بلطف نحوهم لا تخافوا لقد رحلوا يا أبنائي قال عاصف وهو يتنفس الصعداء ويستعد للمغادرة شكرا لك لن ننسى لك صنيعك هذا لما العجلة؟ اقضوا الليلة هنا وغدا واصلوا سيركم إن أردتم لم يكن فيهم أحد يشعر بالتعب ولكن عاصف يدرك أن الخطر ما زال يحوم حولهم وأن هناك احتمالا كبيرا بأن يقوم حرس القافلة الليلة بنصب فخ لهم خارج القرية قال وهو يحرك رأسه موافقا نقضي الليلة هنا وغدا نستأنف طريقنا عند الصباح أعطاهم الرجل المسن غرفة خاصة لهم وطلب منهم أن يصرف الخجل عنهم وأن يتصرف كل واحد منهم كما لو أنه في منزله الخاص ثم ولك يطفي عليهم مزيدا من الخصوصية فإنه لم يمكث طويلا معهم اقترب الحكيم من عاصف بخجل إنه يعرف الجرح الذي تسبب له به عندما قال له هل ستقتلنا نحن أيضا مثل ما قتلت أمك من قبل لذلك فقط سأله بندم هل أنت غاضب مني؟ لم تقل ذلك إلا من أجل حماية الآخرين لهذا لست غاضب منك شعر الحكيم بالكثير من الارتياح والفرح حين سمع ذلك الرد ثم قال وكأنه يقدم عربون صداقة أتعلم؟ سأبقى معك حتى تعثر على الجنية خيزران وتحقق ثأرك حقا؟ أو مأله برأسه وأباه ولكن بعدها ستطلب من جدتك أن تلغي عني التعويذة اتفقنا؟ ابتسم عاصف عندما سمع كلمة اتفقنا وقال اتفقنا بعد منتصف الليل بقليل طرق الرجل المسن باب الغرفة عليهم كان يحمل بين يديه طبقا كبيرا فيه ما لذ وطاب من الطعام قال مبتسما وهو يدخل لا بد بأنكم قضيتم يوما صعبا وأنكم تشعرون بالجوع يا أبنائي لم تكن سرابي تشعر برغبة في الأكل بسبب تأثرها بموت والدتها ولكنها بعدت بين شفتيها بصعوبة وقالت مجاملة كم أنت رجل طيب تسلق الحكيم جسد عاصف ثم استقر عند كتفه وهمس لقد أحسنت صنعا بقبولك هذه الدعوة الشخص الوحيد الذي لم يكن مرتاحا لهذا الأمر هو إكليل فقد كان طيلة الوقت يراقب تصرفات الرجل المسن بحذر شديد ويتمتم في نفسه من وقت لآخر بكلام لا يسمعه أحد اقترب عاصف منه وهمس هذا ما قاله إكليل قبل أن يقفز في الهواء ويهاجم الرجل المسن مما تسبب في إسقاط صحن الطعام من بين يديه كان الرجل المسن أضعف بكثير من أن يقاوم الهجوم الشرس الذي شنه طائر العنقاء عليه من غير مبرر الشيء الذي دفع عاصف ليصرخ بكل صوته مدافعا توقف إكليل توقف لم يصغي إكليل للأمر مما اضطر عاصف لأن يتدخل مستخدما القوة في إقافه أمسكه من ديله وضرب به عرض الحائط ليتلقى ضربة قوية على رأسه ويسقط أرضا ذهب عاصف يركض نحو الرجل المسن هل أنت بخير يا جداه؟ اطمئن يا بنينا بخير همس بألم ضحك الحكيم بصوت منخفض فلكزته سراب بإصبعها وهمست لماذا تضحك؟ لا شيء ولكن أضحكتني كلمة جداه تلك التي قالها عاصف التفت عاصف نحو إكليل ما خطبك؟ أتفعل هذا مع الأشخاص الذين يقدمون لنا المساعدة؟ كاد أن يدافع عن نفسه ولكن عاصف قاطع فرصته في الكلام لا أريد أن أسمع منك شيئا أغرب عن وجهي كان الجميع ينظرون نحو إكليل بعين التأنيب والشفقة الأمر الذي دفعه لأن يخفض رأسه بانكسار ثم يحرك جناحيه ويغادرهم من النافذة وحدها سرابي التي على الرغم من عدم قبولها ذلك التصرف غير المبرر والذي قام به إكليل إلا أنها وقفت بصفه بعد أن غادر الغرفة لماذا تردته؟ لأنه أخطأ حتى لو أنه أخطأ لا يجوز لك أن تعامله بهذه الطريقة هل أعجبك ما صنع؟ لا ولكنه لا يزال صغيرا ولا يدرك ما يفعل يجب عليه أن يتعلم إطاعة أوامري وأن لا يتصرف من تلقاء نفسه التفتت سرابي نحو الرجل المسن وقالت وهي تحني رأسها أعتذر لك يا جدا بالنيابة عما فعله إكليل بك ضحك الحكيم مرة ثانية لسماع كلمة جدا فصاحت سرابي عليه أيها الحكيم كتم الحكيم أنفاسه لفرط الخوف وهمس أسف قال الرجل المسن بلطف وهو ينظر نحوها أذرك مقبول يا ابنتي وأنت؟ قالت وهي تنظر نحو عاصف أنت شخص بلا رحمة ثم نهضت من مكانها لتغادر الغرفة فحاول منعها لا تلحق بإكليل يجب عليها أن يعرف بأن العقابة سيكون جزاءه في كل مرة يعصفيها أوامري قالت وهي متجهة نحو الباب من غير أن تلتفت له إذا كنت وحشا فلا تطلب من الآخرين أن يصبح مثلك قال عاصف بحدة وغضب لست وحشا ولكنه أخطأ وهنا التفتت نحوه وهي تمسك بمقبض باب الغرفة وتقول يجب أن تقرر يا عاصف إذا ما كنت تعتبره خادما أم صديقا صمت بعدم اكتراث ولم يجب فصاحت عليه أجب عن سؤالي تدخل الحكيم بخوف هامسا أجب عن سؤالها أرجوك لقد بدأت أشعر بالخوف من هذه الفتاة صديق أجاب فتحت البابة وقالت قبل أن تغادر كان يجب عليك أن تستمع لتبريره إذا حتى لو كنت واثقا من أن ما فعله كان خاطئا غادرت سرابي الغرفة للبحث عن إكلي بينما علق الحكيم الفتيات بطبعهن يمتلكن عقولا مثل عقول الحمير لكن أشكالهن جميلة وهذا ما يشفع لهم استغرقت سرابي بعض الجهد حتى وجدت إكلي كان يجلس حزينا فوق غصن إحدى الأشجار العالية مثل ملك معزول وجدتك قالت بلطف وهي تنظر إليه مبتسمة ثم رفعت يدها الناعمة البيضاء الحلوة نحوه وقالت تعال هبط إكليل عن الغصن الذي كان يجلس عليه واستقرف قايدها لماذا جئتي همس قالت وهي تربط على ريشه البرتقالي الناعم لأنني لن أتركك وحيدا وأنت بهذه الحالة أنا خادم سيء لا استخادما يا إكليل أنت صديقنا لا أنا خادم سيء لقد أخبرني عاصف للتوب أنه يعتبرك صديقا لنا بدهشة وعدم تصديق قال هو قال أو مأت له برأسها مؤكدة نعم هو الذي قال ذلك أنا سيء قال بحزن لقد أغضبت صديقي لماذا هاجمت الرجل المسن لأنه كاذب وأنت كيف عرفت لأنه كاذب ابتسمت للطريقة البدائية التي يتكلم بها وقالت لا بأس سنعرف حقيقته لاحقا ما إن انتهت سرابي من جملتها تلك حتى ألقى أحدهم فوقها وفوق إكليل شبكة صيد متينة مصنوعة من الخيوط القوية والكتان السميد كان صيدا سهلا قال أحدهم وهو يقترب كانت عيون الصيادين جميعها مسلطة على سرابي وكأنهم لا يصدقون جمالها وفي أثناء انشغالهم بتأملها استطاع إكليل مستخدما من قاره أن يحدث ثقبا بشبكة الصيد ثم يتسلل خارجا قبل أن ينتبه إليه أحد سآتي لك بالمساعدة قال وهو يحلق مبتعدا لكنه لم يبتعد كثيرا حتى صح عليه أحد الصيادين أيها الطائر نظر إكليل للخلف فوجدهم قد وضعوا سكينا عند رقبتها عد لمكانك وإلا قتلناها لا تستمع إليهم اذهب وأخبر عاصف والحكي سد الرجل بيده فمها وصاح عد وإلا قتلناها ثم ولكي يثبت جديته في التهديد فقد ضغط بالسكين على عنقها أكثر حتى سال الدم وصاح نحن لا نمزح أيها الطائر فبهذه الطريقة استدار إكليل في الجو متنازلا عن إبلاغ عاصف والحكيم بالأمر وعاد إليهم حفاظا على سلامتها قالت سرابي تحادثه لماذا عط؟ همس وهو يسد بريشه فتحة الجرح الصغيرة في عنقها لأنني لن أتركك وحيدة وأنت بهذه الحالة 25 مضى الكثير من الليل وسرابي وإكليل لم يعودا من الخارج بعد لذلك بدأ القلق يتسرب شيئا فشيئا لقلب عاصف غير أنه كتم مخاوفه تلك في نفسه وظل مكانه جالسا ينظر باتجاه الباب وينتظر عودتهما بفارغ الصبر قال الحكيم الذي استطاع قراءة ما يدور في عقله لقد طال غيابهما أليس كذلك؟ بتكبر أجاب لا يهم عرف أنك مهتم مضت بينهما لحظة صمت قصيرة حاول فيها عاصف التظاهر باللا مبالاة حتى هتف الحكيم انظر لقد عدا أخيرا حقا فز عاصف وهو ينظر باتجاه الباب فقال الحكيم بسخرية بعد أن نجح في نصب الكمين له هيبدو أنك حقا لست مهتما لأمرهما صمت ولم يعلق بينما قال الحكيم اسمع أنت شخص أبله كلانا يعرف ذلك ولكن أرجوك لا تكن أبلها أكثر من اللازم أريدك أن تتعلم بألا تدع الغضب يعميك عن فعل الصواب حرس القافلة ما زالوا يبحثون عننا وأنت لا تعرف ما الذي قد يحدث للسرابي وإكليل في الخارج لذا دعنا نذهب للاطمئنان عليهما لا بأس نذهب للاطمئنان عليهما ثم أضاف مشددا على نقطة مهمة وهو ينهض ولكن سنفعل ذلك من غير أن نجعلهما يشعران بنا في بداية الأمر بحثا حول البيت وعندما لم يجدا لهما أثرا قررا أن يوسعان طاق البحث أكثر فافترقا وذهب كل واحد منهما في اتجاه ثم وبعد أن مضت أكثر من ساعة ونصف الساعة من التفتيش المتواصل عدا والتقيا في النقطة التي كان قد افترقا منها سأل عاصف بقلق هل وجدت شيئا؟ لا لقد بحثت في كل مكان أجاب الحكيم ثم اقترح دعنا نرفع أصواتنا بالنداء سرابي إكليل هل تسمعاننا؟ هتف عاصف والحكيم وبسبب تلك الضوضاء التي أحدثاها اجتمع حولهما سكان القرية واقترب الرجل المسن منهما ما الذي حدث؟ لقد اختفى كل من سرابي وإكليل يا جدا غير معقول تمدم الرجل المسن بقلق وأضاف هل من الممكن أن يكون قد رحلا بسبب سوء التفاهم الذي حدث بينكم؟ قال الحكيم مستبعدا ذلك الاحتمال من المستحيل أن يفعل ذلك أخاف يا جدا من أن يكون هناك شيء سيء قد وقع لهما لا تجزع لن يحدث لأحد منكم مكروه وأنتم ضيوف قريتنا قال الرجل المسن ثم صات وهو يرفع كلتا يديه عاليا يتوسل المساعدة يا أهالي القرية هل شاهد أحد منكم الفتاة والطائر؟ خرج واحد من صفوف أهالي القرية كان نحيفا يشبه هيكلا عظميا له عينان واسعتان مثل عيني بومة وملامح وجه شخص ملفوف حول عنقه حبل مشنقة الحرس ثم أضاف والجزع يتسلق حبال صوته لقد أخذهم حرس القافلة شاهدتهم وهم يلقون عليهم القبض أسفل الشجرة نظر عاصف والحكيم بعضهما في وجه بعض وقد بدت الكارثة واضحة عليهما سرابي وإكليل في خطر محتم ويجب أن يتصرفا بأسرع وقت ممكن لا يوجد وقت هتف الحكيم يجب أن نتحرك بسرعة تكلم الرجل المصن هل أنتما في حاجة للمساعدة؟ أنا ورجال قرية في خدمتكم شكرا لقد قدمت لنا أكثر بكثير مما كنا نأمل يا جداه انطلق الاثنان لإنقاذ سرابي وإكليل ولكن قبل أن يتجاوزوا حدود تلك القرية ظهر لهما شاب في الطريق ما أسهل الكاذب عليكما قال ذلك الشاب توقف الاثنان وجعلا ينظران إليه ما الذي تقصده؟ سأل عاصف هل صدقت كلام الرجل المصن؟ نعم أنا أثق به لم يعد هناك أحد يستحق الثقة في هذا الوقت تدخل الحكيم من أنت؟ وما الذي تريده؟ اقترب منهما ذلك الشخص وقال أنا أحد سكان القرية اسمي جاسر وتستطيعاني مناداتي بالشمالين سأل عاصف بتحدي وما الذي تريده أيها الشمالي؟ أريد إخباركما بأن أهالي القرية هم من قاموا باختطاف الفتاة والطائر تمتم عاصف غير مصدق لقد أكد لنا الرجل المسن بأن قاطعه الشمالي الرجل المسن هو بالذات من أمر باختطافهما كان من الصعب عليهما تصديق ذلك الخبر قال الحكيم لنفترض بأنك لا تكذب لماذا سيقوم باختطافها؟ لا تقل لي لأنه أعجب بجمال سرابي وبأنه يريدها لنفسه فذلك الرجل المسن لم يعد يستطيع استخدام مزراب بطنه إلا لتصريف المياه لا أكثر ثم غمز بعينه وأضاف أنت تفهم ما أعنيه بالطبع قال الشمالي موضحا السبب لأنهم يعبدون الأصنام وفي كل شهر يتقربون منها بذبح القرابين تساءل عاصف وما دخل هذا باختطاف سرابي وإكليل؟ فأجاب الحكيم الذي بدأ أنه كان مطالعا على تلك الأمور لأنهم لن يجدوا أجمل من سرابي وأكثر ندرة من إكليل حتى يتقربوا بهما لآلهتهم ها أنت ذا قد بدأت تستخدم عقلك أيها الفائر تمتم الحكيم بكلام لم يسمعه أحد بينما قال عاصف وأنت ما مصلحتك من إخبارنا هذا الخبر؟ لماذا تخون أهالي قريتك؟ لأنني أحترم العقل وتابع موضحا أنا لا أؤمن بتلك الأصنام إنها في آخر المطاف أشياء يخلقها أبناء قريتي بأيديهم ثم يتخذونها آلهة يعبدونها جرب الشمالي عبادة الأصنام عندما كان أصغر سنا ولكن في إحدى المرات هبت رياح شديدة أسقطت كل الأصنام أرضا وحطمتها فعرف حينها أنه يعبد الشيء الخطأ جرب عبادة النار ولكن في أحد الأيام وبينما كان خاشعا في عبادته إذ مر عن طريق المصادفة كلب أجرب بال على تلك النار وأطفأها حاول أن يعبد نجم الشمس ولكن مع الأيام لم تعجبه فكرة أن يغرب الإله من السماء ويشرق في اليوم التالي ومع الوقت توقف عن محاولاته وأصبح يتأمل في الطبيعة محاولا أن يعثر باستخدام عقله فقط على الرب الذي أوجده وخلق كل الأشياء من حوله فقد كان الشمالي يعتقد في قرارة نفسه بأنه لم يأتي إلى الأرض عن طريق المصادفة وبأنه لم يخلق في هذا العالم عبثا يجب أن تتحرك سريعا إن كنتما تريدان إنقاذ الفتاة والطائر كان في مثل عمر عاصف تقريبا له ملامح شخص مشرد وعيناه ناعستان ولديه ذقن مرقشة بحبات شعر نابتة خفيفة لونها أخضر وكان يرتدي ثيابا واسعة بيضاء قصيرة ويعلق على ظهره سيفا طويلا يشبه سيوف الساموراي ملونا مقبضه بالأسود والذهبي قال عاصف سأثق بك لا تثق بي قال الشمالي ثم أردف ففي هذا الوقت لم يعد هناك أحد يستحق الثقة قاطع الحكيم حديثهم الدرامي ثقابي سيموت كل من إكليل وسرابي وأنتما تتحدثان عن الثقة أيها الأبلهان عندما وصلوا للساحة الخلفية للقرية والتي كان من المفترض حسب كلام الشمالي أنها المكان الذي ينصب فيه أهالي القرية آلهتهم شاهدوا منظرا غريبا حيث كان جميع سكان القرية مجتمعين حول نار كبيرة بعضهم يلطموا صدره بيبيه وآخرون يلطمون أنفسهم بسلاسل حديدية وما تبقى منهم كانوا يطفون حول صنم ضخم منتصب في وسط الساحة انظرا هناك قال الحكيم وهو يشير نحو مكان محدد نظر الاثنان نحو المكان الذي أشار إليه الحكيم وقد أصابهما الفزع عندما شاهدوا ذلك المنظر حيث الرجل المسن يقوم بسن سيف ما بقطعة حديدية خشنة حتى يجعل نصل السيف حادا وكانت سرابي تركع بالقرب من قدميه وهي مقيدة يداها للخلف ومعصوبة العينين بربطة قماشية وبالقرب منها وعلى بعد خطوات شاهدوا إكليل محبوسا داخل قفص رفع الرجل المسن السيف بكلتا يديه استعدادا لقص رأسها لقد تأخرنا قال الشمالي وهو يمسك بمقبض سيفه أنا الذي يصنع ما يقول همس عاصف بينه وبين نفسه بينما كانت عينه اليسرى تتحول تدريجيا للون الأحمر القاتم ثم فجأة انطلق نحو النقطة التي يقف فيها الرجل المسن بسرعة تشبه عبور صوت في الفراغ ما هذا؟ قال الشمالي مدهوشا وهو يرى تلك السرعة هذا عاصف قال الحكيم بثقة وقبل أن يقطع نصل السيف رقبة سراب الممدودة كانت هناك خمسة مخالب حادة قد انغرست في بطن الرجل المسن مخترقة جدار معدته نافذة من ظهره للجهة الأخرى نظر عاصف إليه وهمس لو كانت هذه أربابا يا جداه لقامت بحمايتك مني سقط الرجل المسن متأثرا بجراحه وسقط معه سيفه مد عاصف يده الثاني غير المتسخة بالدماء وأزال العصبة القماشية عن عيني سراب وما إن نظر إليها حتى تذكر النبوءة القديمة للخوف عندما قال له لا تكن مغرورا ستقع في الحب يوما وسأعود لقد شعر بأن الخوف عاد ليسكن داخله ويهنس له بنبرة المنتصر ألم أقل لك بأني سأعود؟ أطال النظر في عينيها العميقتين مثل محيط لم يسبق لأحد من قبل أن اكتشف قاعه المظلم لن أدعمك روها يصيبك مرة أخرى قال ثم ومن غير أن ينتبه كان هناك رجل ضخم البنية طويل القامة من أهالي القرية قد تسلل خلصة وأخذ السيف الذي سقط من يد رجل المسن ثم رفعه عاليا ونزل به على رأس الفتى الهجين صاح إكليل يحذره انتبه لم يكن عاصف يريد أن يموت في تلك اللحظة ليس فقط لأنه لم ينتقم بعد ممن قتل والدته ولكن هذه المرة كان هناك سبب إضافي آخر يدفعه للحياة اسمه سرابي لا أريد أن أموت الآن هذا ما قاله في قلبه وهو ينظر للسيف المتجه بسرعة نحوه من غير أن يستطيع فعل شيء أغلق عينيه كتم أنفاسه شد أعصابه واستعد لتذوق كعكة الموت ولكن الحياة كان لها رأي آخر في ذلك المشهد فقبل أن يشق السيف رأس عاصف بلحظة كان هناك سيف آخر يشبه سيوف الساموراي ملونا مقبضه بالأسود والذهبي تدخل معطارضا ليصد الموت ما زال الوقت مبكرا على أن تغادرنا يا صديقي قال الشمالي ذلك وهو يصد بسيفه الخطر ثم أضاف الحكيم الذي يقف على كتفه افتح عينيك يا عاصف لا تخف نحن معك فتح عينيه غير مصدق الأمر الذي حصل للتو فقد كان بينه وبين الموت مسافة لا تدع له فرصة للتفاؤل بالنجاح سأله الشمالي ساخرا وهو يقاوم بصعوبة ذلك السيف الضاغط عليه لا أحب قطعة أملات أحد ولكن هل ستظل مندهشا لوقت طويل؟ هتف الحكيم تصرف أيها الأبلة التف عاصف على ذلك الرجل الضخم البنية الطويل القامة أطبق على رأسه الكبير بكلتا يديه ثم عوجه بحركة سريعة متعاكسة أدت لكسر حاد في العنق تسببت في وفاته مباشرة نظر عاصف نحو الشمالي وقال لقد كنت مخطئا في ماذا؟ يبدو أنه لا يزال هناك أشخاص يستحقون الثقة في هذا الوقت استطاع عاصف مستخدما أحد مخالبه الحادة في معالجة القفل الحديدي للقفص المحبوس بداخله إكليل وحين أخرجه من هناك تقدم له باعتذار شديد للطريقة التي تعامل بها معه مسبقا فقال إكليل سعيدا قال ابتعتذارك ساخرا تمتم الحكيم أتمنى أن تقبل اللغة تعتذارك أيضا يا إكليل ظلت سرابي صامتة لا تتكلم لبعض الوقت ربما بسبب الخوف الذي أصابها والأحداث المرعبة التي مرت بها فقال إكليل الذي انتبه للأمر سرابي بخير لا تقلق أنا بخير أجابت بلطف تطمئنه التفت عاصف نحو أهالي القرية وقال يحدث الشمالي ما رأيك في قليل من الله ماذا تنوي أن تفعل أن نلقن هؤلاء درسا لا ينسوه ولكن الشمال الذي لم تعجبه تلك الفكرة قال هل تعتقد أنني سأراك تقاتل أهالي قرية بينما أتفرج عليك تدخل الحكيم ماذا هل ستقف ضدنا بل مع الحق قد أكون قد ساعدتكم في الخروج من هذه الورطة لكنني لم أفعل ذلك إلا بعد أن تأكيد أكدت من أن الحق معكم إنهم يستحقون الموت هتف عاصف بغضب الذي يستحق الموت قد نال عقابه قال وهو يشير برأس سيفه نحو جثة الرجل المسن أما هؤلاء فلا ذنب لهم في اختطاف سرابي وإكليل لهذا يجب علينا أن نجتنب الاشتباك معهم تدخلت سرابي معه حق دعنا نتجنب الاشتباك معهم يا عاصف نظر عاصف نحو رجال القرية الذين كان الغضب يسيطر عليهم حتى لو أننا تجنبنا فكرة الهجوم عليهم سيقومونهم بالهجوم علينا نهرب من أمامهم إذن رد الشمالي هل معنى هذا أنك ستنضم إلينا؟ يبدو أنني مضطر لذلك وأضاف مبررا فلن يكون مرحبا بي هنا بعد الذي فعلته بكبيرهم ولكن أخبرني إلى أي مكان أنتم ذاهبون للانتقام ممن قتل أمي وزمجر بحق للقضاء على ناب الفيل هل قلت ناب الفيل؟ أتعرفه؟ إنه أخطر رجل في أبابيل إنه رئيس منظمة الجاثوم إذا كنت خائفا تستطيع عدم مرافقتنا بل سأتي معكم قطعت سرابي عليهم الحديث تستطيعان إكمال أحاديثكما بينما نحن نهرب معها حق أيدها الحكيم الذي شعر باقتراب الخطر يجب أن نهرب بسرعة إذا كنا لا نريد الانخراط في حرب مع هؤلاء الناس وهكذا خضع عاصف أخيرا لرغبة الشمالي وأعطى أمرا بالانسحاب فاستطاع الأصدقاء الخمسة الهرب بعيدا من هناك دون إراقة قطرة دم زائدة ستة وعشرون بعد مشوار طويل من السير المتواصل ليل نهار صدف الأصدقاء الخمسة خانا للمسافرين ذا عدة طوابق ينهض عند ناصية الطريق كان بنائه مصنوعا من خشب الأشجار وتفوح من أعطافه رائحة الغابات القديمة فاقترح الحكيم عليهم أن يتوقفوا عنده قليلا ليأخذوا فيه قصطا من الراحة لم يكن عاصف يريد إضاعة المزيد من الوقت بالتوقف المتكرر وكاد أن يرفض ذاك الاقتراح ولكن منظر سرابي التي بدى عليها الإرهاق من طول المشي وقلة الشرب والأكل والراحة أجبره على الموافقة حسنا ولكننا سنكمل سيرنا غدا عند شروق الشمس دخل الأصدقاء الخان وتوجهوا نحو طاولة الاستقبال التي كانت تقف خلفها امرأة بدينة بدت من منظرها المتكبر أنها مالكة الخان هل يوجد لديكم مكان نرتاح فيه حتى الغد؟ قالت بجلافة وهي تمعن النظر في الفأر والطائر أيها الفتى نحن لا نستقبل الحيوانات في هذا النزل كاد الحكيم أن يعلق ولكن عاصف أغلق فمه وتمتم في أذنه لا تتكلم حتى لا يتسبب لنا ذلك بالمتاعب مفهوم حرك الحكيم رأسه موافقا قال الشمالي وهو يخرج من ثيابه كيسا به بعض النقود المعدنية سندفع أجرا مضاعفا إذا ما سمحت باستقبال الفأر والطائر ترددت قليلا قبل أن تبدي موافقتها احرصوا على أن لا توسخ هذه الحيوانات المكان بقاذراتها وضع الشمالي قطعتين ذهبيتين فوق طاولة الاستقبال لا تقلقي هذا لن يحدث ثم أضاف ممازحا فهذه الحيوانات مدربة جيدا على قضاء حاجتها في الأماكن المخصصة لها همس الحكيم متذمرا نعم نقضي حاجتنا داخل فمك أيها المتعجرف بدهشة قالت مالكة الخان هل قال هذا الفأر شيئا؟ لا إنها تخيلات فقط قال عاصف وهو يحكم قبضته على فم الحكيم وأضاف ليخرج من الموضوع هل لا أخذتين للغرفة؟ كان جناحا واسعا ذاك الذي خصصته مالكة الخان لعاصف وأصدقائه مقابل المبلغ السخي الذي دفعوه لها بذلك فإنهم عندما أصبحوا داخل الجناح لم يشعروا بأنهم محاصرون بالمساحة أو كثرة العدد ذهب الشمالي ليجلس عند النافذة وأخذ ينظر في القمر ويتأمل فيه كعادته بصمت محاولا أن يتوصل لإجابات عن الأسئلة الفلسفية الكثيرة التي تسبح داخل عقده اقترب الحكيم من عاصف وطلب الحديث معه على انفراد فذهب الاثنان لآخر نقطة في الجناح بحيث يستطيعان الكلام من غير أن يستمع أحد لما يقولانه أما سرابي المرهقة بسبب الأحداث الصعبة التي حدثت معها مؤخرا فقد تمددت فوق السرير بجوار إكليل ووضعت يدها فوق ريشه البرتقالي الناعم وكأنها صبية تحتضن لعبتها المفضلة ثم أغلقت عينيها ونامت همس الحكيم يحادث عاصف ما الذي ستفعله بشأن هذه الفتاة؟ تقصد سرابي؟ لا أقصد الشمالي ثم أضاف بحدة نعم سرابي ومن غيرها ما بها؟ ما الذي ستفعله بشأنها؟ سأحميها بروحي كما وعدت والدتها ألم تسمع ماذا قاله الشمالي عندما كنا في القرية؟ ماذا قال؟ ألم يقل بأن ناب الفيل الذي تسعى خلفه هو رئيس الجاثوم؟ بلى ولكن هذا ليس شيئا جديدا فأنا أعرف هذه المعلومة من قبل ولماذا لم تخبرني بها؟ أكنت تخبئها لي كمفاجأة تخبرني بها بعد أن موت؟ ناسيت وها أنت قد عرفت هل تريد أن تنسحب؟ لا إذن ما الذي تريده؟ هذه الفتاة تقصد سرابي؟ هل أنت أبله؟ نعم أقصد سرابي توقف عن التحدث بالألغاز وتكلم بوضوح مهمتك القادمة لن تكون سهلة بالنسبة لفتاة مثلها وماذا تقترح؟ نتركها خلفنا ونذهب؟ ولماذا تظن أنني اقترحت عليك الدخول لهذا الخاني منذ البداية؟ ظننت أنك متعب وتحتاج أن ترتاح قليلا لا أنا لست متعبا ولكنني اقترحت ذلك لكي نتخلص من سرابي لم يعجب ذلك الكلام عاصفها مسغاضبا ألم تكن معنا عندما وعدت والدتها فيروس بأنني سأحميها بروحي؟ بلى كنت معكم وقد وعدتها أنا أيضا بأن أحميها إن كنت تذكر لماذا أسمعك تقول هذا الكلام الغريب إذن؟ أقوله من أجل أن أحميها ثم أضاف موضحا ثأرك عند رئيس منظمة الجاثوم إنها أخطر منظمة في أبابيل وهذه الفتاة لن تستطيع مقاومة الخطر القادم هل تستطيع أن تخبرني ما الذي ستقدمه لها؟ لو أنك اشتبكت مع تلك المنظمة المرعبة؟ سأحميها بالطبع بماذا؟ بأنيابك أم بأظافرك الناعمة التي تخرجها وقت غضبك؟ لا تقلل من شأن قوتي أيها الحكيم أنا لا أقلل من شأن أحد أعلم بأنك قوي جدا ولكن لكل واحد منا سبب يدفعه للتضحية من أجله أنا سأخوض هذه المغامرة معك من أجل أن تساعدني لاحقا في إزالة التعويذة عني أنت تريد العثور على الجنية خيزران لكي تساعدك في الانتقام ممن كانوا سببا في قتل والدتك إكليل سيأتي معنا لأن مصيرك ما أصبح مرتبطا الشمالي سيرافقنا لأنه بات مشردا ولا يملك مكانا آخر يذهب إليه ولكن هذه الفتاة لا تملك سببا يدفعها للتضحية من أجله يا عاصف لهذا لا تكن أننيا وتقحمها في مصائبك دعها تذهب في سلام فكر لبعض الوقت في الكلام الذي استمع إليه للتو وأدرك أن ما يقوله الحكيم هو الصواب فالسرابي حقا لا تملك دافعا يجعلها تضحي بحياتها من أجله بالإضافة لذلك فهي أضعف بكثير من أن تستطيع مواصلة هذه المغامرة معهم تم تمام تسائلا وكأنه بدأ يقتنع بالأمر وماذا سيحدث لها إن استيقظت في الغد ولم تجدنا سوف تتساءل قليلا عن المكان الذي ذهبنا إليه سوف تنتظرنا لبعض الوقت معتقدة أننا سنعود إليها وعندما يطول انتظارها ستغادر هذا الخان وتبحث عن حياة أخرى لها هذا كل ما في الأمر ما الأمر؟ فضع الشمالي عليهما حوارهما ما بكما وكأنكما تخططان لشيء مهم أمس عاصف الحكيم يقول بأن علينا ترك سرع بهنا والمغادرة من دونها قال الشمالي الذي فهم الهدف من وراء ذلك الاقتراح لعله يريد أن يجنبها الأخطار القادمة هل هذا يعني أنك موافق؟ لا أعلم يا عاصف فهذا الأمر يعود لتقديرك للموقف ولكني أريد أن أخبرك بشيء ما ربما يساعدك في اتخاذ قرارك وهو أنك إن كنت فعلا تسعى خلفنا بالفيل فهذا يعني أن هناك خطر كبير على حياة السرعبي تسلق الحكيم حتى وصل كتف الشمالي وقال بحماس أقسم لك أيها العاقل إنك لو كنت فتاة لكنت الآن أعرض عليك الزواج أكمل الشمالي يقول ولكن هذا لا يعني أني أوافق الحكيم في كل ما قاله فأنا لا أحب الذين ينسحبون من الحياة فجأة بدون استئذان إن كنت ستغادر هذا المكان من غير استحابها معك فأنا أقترح عليك على الأقل أن تخبرها بالأمر قبل مغادرتك ثم وجه كلامه نحو الحكيم الذي كان يجلس فوق كتفه أرجو أن لا تغضب من كلامي أيها الحكيم ولكنني أقول ما يمليه علي العقل طبع الحكيم قبلة على خده وقال ورغم ذلك لا تقلق لو كنت فذاتا لكنت الآن أعرض عليك الزواج بعد تفكير طويل اقتنع عاصف بالاقتراح الذي قدمه الحكيم ولكنه لم يقتنع أبدا باقتراح الشمالي فهو لن يستطيع أن يوقظ سرابي من نومها من أجل أن يقول لها بأنهم قرروا فجأة الراحيل عنها وتركها خلفهم سوف ننسحب من غير أن نخبرها بشيء في هذه الحالة قال الشمالي وهو يخرج كسى النقود من جيبه ويتابع سنترك هذا المبلغ هنا ربما يكون مفيدا لها عندما تستيقظوا لاحقا ولا تجد أحدا منا وقبل أن يرحلوا تذكر عاصف شيئا أين إكليل؟ أشار الحكيم بخطم أنفه نحو السرير الذي تنام فوقه سرابي وقال إنه نائم هناك معها وأضاف لم أكن أعرف أن طائر البرتقالة هذا زير النساء اقترب عاصف من السرير بحذر حتى لا يوقظ سرابي عن طريق الخطأ إكليل استيقظ همس فتح إكليل عينيه ونظر نحوه وسأل ماذا؟ سنغادر وسرابي سنتركها خلفنا لا قال إكليل لن نترك سرابي كانت تلك هي المرة الأولى التي يعصي فيها أمرا يوجهه إليه عاصف لا أملك وقتا لأشرح لك الأسباب ولكنني آمرك بأن تتحرك فورا قال الحكيم متدخلا وبنبرة صوت مستفزة هل وقعت في حبها يا طائر البرتقالة؟ نظر إكليل نحوه بغضب إنه يشعر بأنه هو السبب وراء هذا الاقتراح وكاد أن يهاجمه فعلا لولا أن سرابي استيقظت في تلك اللحظة ماذا هناك؟ تساءلت بتكاسر لماذا كل هذه الجلبة؟ تظاهر الجميع بأن لا شيء يحدث قال عاصف لا شيء كنا فقط نريد أن نريد أن لم يكن يعرف بماذا يجيب عليها فقال وهو يلتفت نحو الشمالي قل شيئا أيها الشمالي أما الشمالي الذي لم يكن معتادا على الكذب فقط قال سيخبرها الحكيم بكل شيء فهو صاحب الفكرة أليس كذلك؟ حسنا سأقول الحقيقة ثم نظر الحكيم نحوها لبعض الوقت وقد أخجله جمالها من قول الحقيقة نحن فقط كنا نريد أن نأخذ إكليل لكي نقوم بتحميمه فهو لم يستحم منذ فترة طويلة هيا يا إكليل تعال معنا قالت سرابي ببراءة وهي تشم رائحة ريش إكليل الناعم ولكن رائحته جميلة الأنثى لم تأتي لهذه الأرض إلا من أجل أن تقع جميع الكائنات في فخاخ حبها وربما لهذا السبب شعر إكليل بأنه ينتمي لسرابي وبأنه لا يريد بل لا يستطيع أن يتركها ويذهب بعيدا عنها عندما تأكد لعاصف والحكيم والشمالي أن خطتهم باءت بالفشل فقد قرروا الانسحاب ليفكروا بخطة بديلة ولكنهم قبل أن يذهبوا مدت سرابي يدها وأمسكت بيد عاصف وتمتمت بلطافة لا تذهب أرجوك لن أستطيع أن أنام بهذه الطريقة شعر بتيار كهربائي يصعق قلبه عندما أمسكت بيده حاولي أن تنامي لن نزعجك مرة أخرى قال بتوتر لن أستطيع لماذا؟ لا أستطيع النوم بسهولة بعد أن يوقظني أحدهم وماذا تريدين مني أن أفعل حتى تستطيع النوم مرة أخرى؟ لماذا لا تحكي لي حكاية؟ فبهذه الطريقة سأنام بسرعة تدخل الحكيم قائلا اسمعيني يا سرابي نحن جئنا لهنا بسبب مهمة صعبة نريد القيام بها ولم نأتي من أجل أن نقوم بدور المربيات لأحد حاولي أن تنامي من تلقاء نفسك هيا يا عاصف دعنا نذهب ثم أضاف وهو يغمز بعينه لكي نجد خطة بديلة نستطيع من خلالها القيامة بتحميم إكليل فأنا لم أعد أستطيع احتمال رائحته أكثر من ذلك جلس عاصف على طرف السرير وجعل يمرر يده الخشنة على شعرها الطويل الناعي كما كانت أمه تفعل معه في أزمنة سابقة نظر مباشرة إلى عينيها وهو الذي لم تكن لديه خبرة في مجابهة العيون ثم هماس بحنو منذ وقت طويل طويل جدا كان هناك جيش كبير من البشر والجن والطير والرياح كانوا جميعا يسيرون خلف رجل واحد اسمه النبي سليمان كان ذلك الجيش الكبير يعبر من خلال وادا ضخم اسمه واد النمل فصاحت آنذاك نملة صغيرة اسمها جرسة تأمر بقية أفراد النمل بالدخول إلى مساكنهم قبل أن يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وحين سمع النبي سليم قاطع الحكيم القصة هامسا حسنا لقد نامت هيا خذ إكليل ودعنا نذهب وهنا التفت عاصف نحو الحكيم وقال لن أذهب وأترك هذه الفتاة خلفي ولكنها قد تموت معنا ما الذي جرى لعقلك أيها الأبلة فللأبلة وهو الذي يغادر فتاة قطع لها وعدا بالحماية سأل الشمالي هل أنت متأكد مما تقوله؟ أو مأبرأسه مؤكدا ثم قال بثقة سأبقى معها وأحميها بروحي ولن أتركها أبدا وما إن انتهى عاصف من جملته الأخيرة تلك حتى توهجت قلادة الأباطرة المعلقة في عنقه وبات ينبعث من خلال أحرفها شعاع أصفر قوي يظهر واضحا من خلف ثيابه ولم يلبثوا كثيرا من الوقت حتى سمع الجميع صوتا ينبعث من زاوية جناح الخان كان صوتا أشبه بصوت طاحونة هواء قديمة يقول لقد أصفحت رجلا ثم ومن اللاشيء ظهرت في الهواء امرأة سمراء لها شعر غجري أحمر اللون قصير ترتدي فستانا طويلا ضيقا على جسدها الفاتن النحيل تمسك في يدها عصا طويلة تشبه صول جنات الملوك من أنت؟ قال عاصف متوثبا خيزران قالت المرأة أنا الوزيرة خيزران سبعة وعشرون لقد فهم الآن أن الرجولة ليست في التقدم بالعمر بل إنها بالأفعال فعندما وضعته الأقدار قبل قليل أمام الطريقين إما الهرب بعيدا أو الوفاء بالوعد كانت الأقدار في الحقيقة تضعه أمام خياري إما أن يهرب من المسئولية ويظل جبانا طوال عمره صغيرا في عين نفسه وإما أن يأخذ المسئولية على عاتقه ويصبح رجلا كان الجميع مدهوشين من منظر تلك الجنية حتى إن الدهشة انتقلت لسراب نائمة فاستيقظت مفزوعة وهي تهمس بخوف من هذه المرأة همس إكليل الجنية خيزران أما الحكيم فإنه التصق من الرهبة في مكانه وكأنه سقط في بركة من الطين المتحرك وحده الشمالي من بقي متماسكا وسط هيبة ذلك المشهد قالت الجنية خيزران ما الذي تريده يا ابن عائلة الأباطرة؟ الانتقام قال الانتقام ممن قتل أمي وهل تعلم من قتلها؟ ناب الفيل وهل تعلم من يكون ناب الفيل هذا؟ قال الحكيم متطفلا رئيس منظمة الجاثوم التفتت خيزران إليه وقالت توبخه لم يوجه حد إليك السؤال ضحك الحكيم من شدة الخوف وقال آسف عادت خيزران تنظر لعاصف وتسأله هل تعلم من يكون ناب الفيل؟ رئيس منظمة الجاثوم وهنا قالت الجنية خيزران وهل تعلم أيضا بأنه هو نفسه طاغين ملك مملكة أبابيل؟ تضاعف الخوف بقلوب أصدقائه عندما سمعوا تلك المعلومة فالوقوف ضد الملك طاغين يعني الموت الأكيد ولكن لم يتكلم أحد منهم أو يعبر عما كان يشعر به في تلك اللحظة خوفا من غضب الجنية خيزران قال عاصف الذي أحس بتلك المشاعر السلبية التي أصابت أصدقائه سأقتص منه حتى لو اضطررت لقتاله وحدي لحظات من الصمت امتدت بينهم حتى همست سرابي لن تكون وحدك يا عاصف أنا معك لم تبدي خيزران غضبا من تدخل سرابي ذاك فقال الحكيم ايتها الجنية خيزران انظري لقد تكلمت سرابي أصمت أنت ضحك الحكيم مرة ثانية من الخوف وقال حسنا آسف نظرت نحو عاصف وقالت حتى تنجح في قهرنا بالفيل فإنه يجب عليك أن تقنع الأباطر بالتحالف معك وكيف أقنعهم تذهب وتتحدث إليهم وأينهم في مدينة وبار مدينة وبار إنها مدينة تحت الأرض تختبئ فيها عائلة الأباطرة يختبئون تساءل عاصف متعجبا يختبئون من ماذا من طاغين لأنه يريد القضاء عليهم وكيف تريدين مني أن أطلب المساعدة منهم وهم يخافون منه إن طاغين يمر حاليا بأضعف فترات ملكه هناك انقسامات كبيرة في صفوف جيشه بسبب الظلم الذي يمارسه في حقهم كما أن أغلب مدن وقرى مملكة أبابيل أصبح تعاني الفقر والحاجة بسبب الانتهاكات التي تمارسها الجثوم في حقهم لهذا فهناك أمل بأن تستطيع التغلب عليه لو أنك نجحت في إقناع عائلة الأباطرة بالتحالف معك ولماذا يريد القضاء عليهم؟ إنهم الملوك الشرعيون لمملكة أبابيل وهو يريد القضاء عليهم حتى لا يستيقظوا من غفلتهم يوما ويقرر استعادة ما كان لآبائهم وأجدادهم وإذا كانوا هم الطريقة الوحيدة لتحقيق ثأري فلماذا طلبت مني تاج البحث عنك أنت وليس هم؟ لأنني الوحيدة التي تستطيع أن ترتب لك موعدا معهم حسنا، قال بحماس وأنا أريدك أن ترتب لي موعدا معهم لقاؤك بهم لن يكون بهذه السهولة ماذا تعني؟ هناك شرط يجب عليك أن توافق عليه أولا أي شرط؟ لا أستطيع إخبارك به يجب أن توافق عليه قبل أن تعرفه كيف تريدين مني أن أوافق على شيء لا أعرفه؟ إذا كنت تريد تحديد موعد للقاء عائلة الأباطرة فيجب عليك أن توافق على الشرط قبل أن تعرف ما هو ثم أضافت وكأنها تقوم بتنبيهه ويجب عليك أيضا أن تعلم بأنك في حال وافقت على سماع الشرط فإنك لن تستطيع الانسحاب منه أبدا وماذا سيحدث لو أني انسحبت؟ ستموت حينها ويموت معك جميع أصدقائك بدى عاصف مترددا لا يعرف كيف يتصرف فقال مترددا لو أن الموت سيكون لي وحدي لكنت وافقت من غير تفكير ولكن لن أحمل أصدقائي فوقتك قطعت سرابي كلامه هامسة وافق يا عاصف وافق ولن نخذلك همس إكليل والشمالي في ذات الوقت وافق وافق لم يتكلم الحكيم لأنه كان خائفا من أن يقول شيئا فتغضب عليه الجنية خيزران ولكن عندما نظر إليه الجميع ينتظرون قراره فقد هز رأسه وهو ينظر نحو عاصف وكأنه يريد أن يقول له وافق كانت تلك الروح الحماسية العالية والتضحية الكبيرة التي قدمها الأصدقاء إليه كفيلتين بأن تجعله يتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك الأمر فقال وهو ينظر نحو الجنية خيزران حسنا أنا موافق ما هو الشرط ستعرف بعد قليل قالت ذلك ثم ضربت الأرض بعصاها ثلاث مرات فانشقت الأرضية الخشبية لغرفة الخان وخرجت منها شيطانة قصيرة نحيلة تقف على قدمين تغطي صدرها وعانتها بأقمشة خفيفة تعكس ما خلفها كان شكلها يشبه الإنسان تماما إلا أن لون بشرتها يميل للزرقة قليلا وأذناها كانتا أطول بشيء بسيط من الشكل الطبيعي للأذن البشرية تكلمت بصوت يشبه عصفناي هل قامت سيدة الوزيرة بطلبي؟ قالت خيزران وهي تشير بعصاها نحو عاصف هذا الولد يا روزانا ما به؟ إنه عاصف ابن جمانة ابنة سيدك جبار الأباطرة ركعت الشيطانة على ركبة واحدة أحنت رأسها للأسفل خدمتك روزانا يا سمو الأمير إحدى مقاتلات جدك سيد جبار الأباطرة قالت الجنية خيزران أميرك عاصف يرغب في مقابلة عائلته ولكن يجب أن يوافق سمو الأمير على الشرط أولا يا سيدة الوزيرة لقد أخبرني بأنه موافق عذرا قالت روزانا أريد سمع ذلك بنفسي أنا موافق على الشرط قال عاصف متدخلا وهل تعرف ما الذي سيحدث لك في حال انسحبت من الشرط؟ نعم أعرف قالت وكأنها تريد أن تتحقق بنفسها وما الذي سيحدث لك؟ الموت لي ولأصدقائي امتدت بينهما لحظة صمت طويلة وكأن الشيطانة روزانا تريد بفترة الصمت تلك أن تعطي فرصة لعاصف حتى ينسحب ثم ولكي تقوم بشراء بعض الوقت لتمنحه فرصة التفكير أكثر فقد قالت لا أستطيع أن أقول له الشرط يا سيدة الوزيرة لماذا؟ سألت خيزران ذلك الفأر هو السبب قالت الشيطانة وهي تشير نحو الحكيم ما به؟ سأل عاصف يفكر بأفكار قادرة انتجاهي كادت الجمية خيزران أن تسدد له ضربة مستخدمة العصى التي بيدها ولكن الشمالي وسرابي وإكليل حاوطوا الحكيم مستعدين لتلقي الضربة بدلا عنه فقال عاصف متفاخرا وهو يخفض بيده عصاها بمثل هؤلاء الأصدقاء أستطيع القضاء على العالم كله لو أردت قال الشمالي موجها كلامه للحكيم بلهجة معاتبة هل صرفت أفكارك القذرة عن الشيطانة روزانا؟ هل أصبحت تغار أيها الشمالي منذ الآن؟ رد الحكيم ممازحا صاحت سرابي في وجهه أيها الحكيم هذا ليس وقت المزاح فأر غبي قال إكليل حسنا حسنا سأغمض عيني وأفكر بشيء مقرف حتى أصرف أفكاري عنها أغمض عينيه وقال سأفكر بتاج التفت عاصف نحو الشيطانة وقال بإصرار ما هو الشرط؟ وعندما بدا لها أنه لن يتراجع عن رأيه فقالت مستسلمة الشرط هو أن تقتل البشر الذي تزوج والدتك الجمانة ثم تقوم بتقديم دامه لعائلة الأباطرة لفرط صعوبة الشرط فإن عاصف لم يستوعبه في البداية فتدخلت الجنية خيزران قائلة باختصار الشرط هو أن تقتل أباك بحر لا يمكن أن أوافق لا يمكن أن أقتل أبي قالت الجنية خيزران ستموت إذن أنت وأصدقاؤك تحولت عينه اليسرى للون الأحمر القاتم وبرزت مخالبه من رؤوس أصابعه ثم وبلمح البصر وجه طعنة قاتلة للجنية خيزران اخترقت جسدها ونفذت من الجهة الأخرى ولكن خيزران لم تموت بل لم يبدو عليها أن تلك الطعنة تأثرت فيها بأي شكل من الأشكال قالت بهدوء لا يناسب حساسية الموقف ليست كل الأمور تحل بالقتال يا عاصف سحب مخالبه من جسدها وقال بغضب لن أنفذ هذا الشرط سيكون لديك فرصة حتى غروب الشمس وبعدها تموت أنت وأصدقاؤك إن لم تنفذ الشرط قالت الجنية خيزران ذلك ثم اختفت دون أن تضيف شيئا آخر تدخل الشمالي متسائلا وهو ينظر نحو الشيطانة روزانا هل هذه الطريقة الوحيدة التي ستضمن لعاصف مساعدة عائلة الأباطرة بل هذه الطريقة الوحيدة التي ستجعلهم يوافقون على مقابلته سأل عاصف ماذا تعني أعني أن تقديم دم والدك لهم لن يضمن لك موافقتهم على طلبك هل هذا يعني أنهم قد يرفضون طلبي ربما تسألت سرابي أليست هناك طريقة للانسحاب لا أجابت إما تنفذ الشرط أو موت الجميع حسنا اسمعوا أنا لست مستعدا للموت قال الحكيم ثم أضاف لقد وافقت على القدوم إلى هنا معك يا عاصف من أجل مساعدتك في لقاء خيزران وتحقيقي الثأرك وفي المقابل تقوم أنت بمساعدتي في إلغاء هذه التعويذة عني ولم آتي لأموت بهذه الطريقة الرخيصة قالت سرابي معاتبة أيها الحكيم ما هذا الكلام أعلق إكليل جبان لست جبانا ولكني أحب الحياة كثيرا للحد الذي ربما يجعلني أبدو كالجبان في أعينكم ثم التفت نحو عاصف وصاح علي قل شيئا لا تبقى صامتا وعندما صمت عاصف ولم يتكلم فإن الحكيم التفت نحو الشمالي بتوتر وصاح لا أريد أن أموت قبل أن أعرف الرب همس الشمالي معترفا هذا هو الشمالي الذي أحبه وأثق بعقله ثم أضاف وأعدك بأنك لو رافقتني لقرية الجساسة فسأطلب منتاج أن تحوي لك لفتاة وأتزوجك ثم نفتش أنا وأنت عني الرب سويا أصمت أيها الحكيم فأنا لم أكمل كلامي بعد قال الشمالي أنا لا أريد أن أموت وأظن أن لا أحد في هذه الغرفة يريد أن يموت أيضا ولكننا جميعا قد طلبنا من عاصف أن يوافق على الشرط أليس كذلك يا سرابي؟ ألم تطلبي من عاصف أن يوافق؟ وأنت يا إكليل ألم تطلب منه أن يوافق؟ وأنا أيضا طلبت منه أن يوافق وأنت أيها الحكيم ألم تحرك رأسك طالبا منه أن يوافق؟ همس متذمرا لايتني أصبت بالشلل قبل أن أحرك رأسي أكمل الشمالي هل نتخلى عنه بعد أن أخبرناه بأننا سنكون معه؟ قالت سرابي لا لن نتخلى عنه قال إكليل لا نعم قال الحكيم وعندما نظروا إليه جميعا باستياء أردف مستدركا أقصد أن أقول نعم معكم حق لن نتخلى عنه اقترب جميعهم من عاصف وقالوا له بأنهم لن يتخلوا عنه وبأنهم سيقفون إلى جانبه في أي قرار يراه مناسبا وبأنه إن كان لا يريد الإقدام على قتل والده فإنهم مستعدون للتضحية وهنا قال عاصف بعد أن شاهد دعم أصدقائه له أيتها الشيطانة أمرك يا سمو الأمير أحنث روزانا رأسها سأقتل بحر وأقدم دمه لعائلة الأباطرة وحينها مدت يدها في الهواء نحوهم وقالت تعالوا إذن آخذكم للمكان الذي يقيم فيه بحر حتى تساعد الأمير في إنجاز المهمة قبل غروب الشمس ثمانية وعشرون بعد أن انتقلت بهم الشيطانة روزانا من الخان الذي كانوا يقيمون فيه وجدوا أنفسهم فجأة وقد أصبحوا يقفون في ساحة داخلية لبيت كانت تعبق من حيطانه الطينية بقايا من رائحة يا سمينة غابرة تلفت عاصف حول نفسه بتأثر شديد وكأن ذلك المكان قد أصابه في قلبه بمخالب الحني قال يحادث الشيطان هذا هو البيت الذي كنت أقيم فيه مع أمي لماذا جئت بنا إلى هنا؟ لأن والدك أصبح يقيم فيه يا سمو الأمير بحر يقيم هنا؟ سأل بدهشة وإن هو الآن؟ أشارت للغرفة التي كان عاصف ووالدته قديما يخلدان للنوم فيها إنه نائم هناك ثم أضافت قبل أن تختفي بعد أن تنتهي من مهمتك أمسك قلادة الأباطرة بيدك واضرب الأرض بقدمك اليسرى ثلاث مرات آتي إليك تسحب عاصف نحو الغرفة وعندما ألقى نظرة من خلال النافذة وجد والده وقد كان نائما فوق فراش النوم يحتضن بكلتا يديه الوسادة البيضاء ذاتها التي أعطته إياها جمانا قبل أعوام أشعر بأنني لن أستطيع فعلها همس لأصدقائه كيف سأحتمل نظرته لي وأنا أقتله قال الحكيم لست مضطرا لأن تنظر إليه في عينيه ما الذي تقصده؟ سأل بعقل مشتت همس الشمالي موضحا الحكيم يقصد أن تجهز عليه بينما هو نائم ولكنه أبي كيف تريداني مني أن أقتله وهو نائم؟ سأل الحكيم وهل سيكون من البر أن تقتله وهو مستيقظ؟ بعد لحظات من الصمت تكلم الشمالي مؤيدا ربما يكون الحكيم صائبا في الذي قاله يا عاصف اقتله وهو نائم فتتجنب بذلك نصف صعوبة المهمة لم يفضل قتل والده مستخدما قوته الخاصة لذلك فقد مد يده لسيف الشمالي سحبه من غمده وهو يتمتم مثل الذي يهذي وهو سكران أقتله وهو نائم فأتجنب بذلك نصف صعوبة المهمة فتح باب الغرفة بحذر وسار الجميع خلفه حتى يقوموا بمساندته في مهمته القادمة غير أن سرابي فضلت انتظارهم بالخارج وعدم الدخول معهم للغرفة ذلك لأنها حسب قولها لن تحتمل رؤية عاصف وهو يقوم بقتل والده كتم الأصدقاء أنفاسهم وهم يسيرون بعضهم خلف بعض على رؤوس أصابعهم مثل أربع نملات يخططون لسرقة حبات سكر متناثرة فوق بلاط مطبخ وحين أصبح عاصف أخيرا يقف بالقرب من والده شعر بأنه أضعف بكثير من أن يفعلها وفكر بالانسحاب ولكنه تذكر وقتها أن الموت سيكون مصيره ومصير أصدقائه في حال أنه انسحب قام برفع السيف عاليا مستخدما كلتا يديه ولكن قبل أن يقوم بقتل والده سمع طيف صوت يقول له بتوسل أرجوك لا تفعل لقد كان واثقا من أن ذلك الصوت الذي استمع إليه هو صوت والدته جمانة نظر يمينا وشمالا يفتش بعينيه عنها في أركان الغرفة وعندما لم يجد لها أثرا همس بشوق أمي لماذا توقفت همس الحكيم الصوت قال عاصف وهو شارد الذهن سأل الشمالي أي صوت ألم تسمع لتوي صوتا ما همس الحكيم بنفاذ صبر لم نسمع شيئا هيا أنجز مهمتك قبل أن يفيق والدك أنا سمعت قال إكليل أرجوك لا تفعل هل رأيتم لقد كنت متأكدا قال الشمالي يبدو أنك تتوهم احتج عاصف قد استمع إليه إكليل مثلي ألم تقول بأن مصيرك أصبح مرتبطا بمصير إكليل أو ما أعاصف برأسه فقال الشمالي ربما من أجل ذلك استطاع أن يستمع للوهم الذي استمعت أنت إليه عاد ليرفع السيف عاليا مرة أخرى بكلتا يديه بعد أن اقتنع أخذ يحدق في والده النائم بتردد وانتظر لبعض الوقت قبل أن ينزل عليه بالسيف ويقتله كما لو أنه كان يريد بانتظاره ذاك أن يستمع مرة ثانية لطيف صوت أمه همس الحكيم هيا يا غاصف ماذا تنتظر؟ أشعر بأنني لا أستطيع قال وهو لا يزال رافعا السيف عاليا ثم وفي تلك اللحظة بالضبط تكلم شخص آخر في الغرفة ولكن هذه المرة لم يكن وهما فالجميع استطاعوا سماع ذلك الصوت وهو يقول افعلها يا ولدي لقد كان بحر صحيح أن الماضي المشترك بينهما لم يكن جيدا على الإطلاق وصحيح أيضا أن عاصف كان يعتقد في نفسه بأنه لا يحمل أي مشاعر حب تجاه والده ولكنه اكتشف للتو بأنه كان مخطئا في اعتقاده فما كاد أن يستمع لصوته حتى عرف إلى أي حد هو يحبه أفلت السيف من كلتا يديه وارتمى في حضنه وفي المقابل كان بحر سعيدا بذلك اللقاء ممتنا للحظة التي جعلته يحقق آخر أمنية في قلبه وهو أن يحتضن ابنه الوحيد ولو لمرة واحدة في حياته كلها قال عندما وصلني خبر مقتل أيار عدت لرؤيتك يا ولدي ولكنني لم أجدك سألت عنك جميع من في القرية ولكن بدون فائدة حتى تاج قالت بأنها لا تعرف عنك شيئا اعتقدت أن مكروها قد أصابك وبأني سأفقدك إلى الأبد لم يكن هناك وقت للتظاهر بالجهل فلم يتبقى أمامهم إلى ساعات قليلة جدا وتقوم الجنية خيزران بقتل عاصف وأصدقائه إن لم ينجز المهمة قبل غروب الشمس لذلك سأل والده بجرأة هل ما زلت تعمل مع منظمة الجاثوم يا أبي؟ مندهش الرد بحر أن أخبرك بهذا الأمر لقد أخبرتني تاج بكل شيء تلك المرأة الحقيرة غمغم بحر بحق هل لهذه الدرجة لم تكن أمي تعني لك شيئا يا أبي؟ لماذا تقول ذلك؟ لماذا عدت للعمل معهم بدلا من الانتقام؟ أخذ بحر نفسا عنيقا قبل أن يجيب قائلا صدقني لقد حاولت في السابق أن أثأر لأمك ولكننا بل في الأرسل لي رسلا يهددونني بقتلك إن قمت بحركة واحدة ضده خفت عليك يا ولدي لذلك وجدت نفسي مضطرا لأن أعقد معه صفقة جديدة أي صفقة هذه؟ أن أعود للعمل مع الجاثوم وقابل أن تعيش أنت بسلام وما الذي حدث بشأن صديقك أيوب؟ عندما عقدت الصفقة معهم وعدت للانضمام إليهم كان أول أمر أصدره لي أولئك الرسل هو القيام بقتل أيوب لكي أثبت للمنظمة ولائي وطاعتي وهل فعلتها يا أبي؟ هل قتلت صديقك؟ سأل غير مصدق لحسن الحظ استطاع أن يهرب من أمامي في اللحظة الأخيرة ولكن الفرسان المنظمة قاموا بمطاردته وعندما عادوا قالوا بأنهم قتلوه ثم أضاف بحر والأمل يشع من عيني لكنني أعرف أنهم لم يفعلوا وما الذي يجعلك متأكدا؟ قلبي يحدثني بأن أيوب لا يموت بتلك البساطة وأين تظنه الآن إن كان لا يزال حيا؟ أظن أنه يختبئ في سلسلة الجبال المحرمة سلسلة الجبال المحرمة؟ إنها المنطقة الوحيدة في أبابيل التي لا تجرؤ منظمة الجاثوم على الدخول إليها لماذا؟ بسبب قبائل الأشاوس التي تسكن تلك الجبال وتسيطر عليها ومن أين لهم تلك القوة التي تمنعهم الاقتراب من تلك القبائل؟ العلم قال بحر موضحا تلك القبائل لديها العلم والقوة إنها ليست قبائل عادية يا ولدي فهم ليسوا بشرا ولا جنا ولا شياطين أو سحرة إنها قبائل عريقة من سلالة القناطير وهم أصدقاء أوفياء لي ولأيوب استرعت تلك الكلمة القناطير على انتباه عاصف ولكنه سأل عن شيء آخر ألم يحاول ناب الفيلي أن يخضعهم لسيطرته؟ بالطبع حاول يا ولدي وقامت حروب كثيرة من أجل أن يسيطر عليهم ويستفيد من علمهم وقوتهم ولكنهم كانوا أقوى بكثير من أن يستطيع إخضاعهم لسلطته لذلك وحقنا للدماء أقنعته أنا وأيوب بترك قبائل الأشاوس وشأنها واقتنع؟ لا لم يقتنع ولكنه تظاهر بذلك لكي يحفظ ماء وجهه وكيف أصبحت تلك القبائل لاحقا صديقة لكما بعد أن عرفت أشاس أميرة قبيلتهم بأمر وساطتنا تلك وبأنني أنا وأيوب من أقنع ناب الفيلي بإيقاف الحرب قامت باعتبارنا الصديقين لهم وأقسمت لنا أمام نفر من كبراء أفراد قبيلتها على أنها لن تنسى السلام الذي صنعناه من أجلهم وأنها ستدين لنا بذلك المعروف إلى الأبد ولكن منظمة الجاثوم يا أبي قطعه والده منزعجا من تلك الأسئلة الكثيرة لماذا كل هذا الاهتمام بمنظمة الجاثوم يا ولدي؟ أجاب بصراحة لأن يريد قتلنا بالفيل اعترض بحر مندفعا إياك أن تفكر في هذا وقد قتل المرأة التي أحبتك ثم أردف بغصة ماتت أمي وهي تردد اسمك ألا يكفيك هذا للثأر؟ يكفي يا ولدي ولكنك لا تزال صغيرا على الموت ما قيمة الحياة إن كنا سنحياها بجب أنا لست جبانا ولكنني أحبك ولا أريد أن أفقدك مثل ما فقدت أمك من قبل صمت بحر قليلا ثم تابع بحصافة إن كنت قد جئت إلى هنا من أجل أن تقتلني فافعل فأنا لا تهمني الحياة كثيرا ولكن أرجوك ابتعد عن ناب الفيل إنه أخطر بكثير مما تظن لم يعلق بينما أكمل والده متوسلا عدني بأنك ستبتعد عنها بالفيل ولكن أمي يا أبي أمك لن تكون راضية عنك وهي تشاهدك ترمي بنفسك للموت حتى لو كان ذلك من أجل الانتقام لها صمت عاصف متأثرا بالجملة الأخيرة التي قالها والده هل حقا لن تكون والدته جمانا راضية عنه وهي تشاهده من العالم الآخر يجابه الأخطار من أجل الثأر لها هزه بحر بقوة وصرخ بوجهه عدني بأن تصرف فكرة الثأر عن رأسك كاد أن يقطع له وعدا بالتوقف عن الثأر لولا ذلك السهم المنطلق بسرعة البرق والذي اخترق نافذات الغرفة واستقر نصله في قلب والده أصيب الجميع بالفاجعة بينما ظل بحر متماسكا ثابتا مثل شجرة عتيقة لا تصرخ مهما أنشب الحطابون فيها أنصل فؤوسهم سقط على ركبتيه أرضا من غير أن يلتفت حتى إلى الخلف لمحاولة رؤية الشخص الذي أطلق عليه السهم أدخل يده المرتعشة في ثيابه وأخرج من أحد جيوبه السرية رقعة ورق بردي قديمة كانت مطوية بعناية فائقة ثم همسا بلطف وهو يمدها نحو ابنه ويقول هل تذكر يا بنين؟ فتح رقعة ورقة البردي فشاهد الرسمة التي رسمها والده قبل سنوات طويلة له ولأمه كان فيها عاصف أصغر سنا وأقصر طولا وممتلئا بالسعادة والحياة يقف بجوار والدته الجميلة ذات الشعر الطويل مبتسما تشع من عينيه نظرات الأمل والتفاؤل كأنك رسمتها لنا البارحة قال بحني استعاد بحر ورقة البردي من يد ابنه وطواها بعناية وكان حريصا على ألا يلوثها بدمه المنثار من فتحة الجرح ثم أعاد وضعها في جيبه كما لو أنه كان يريد أن يأخذها معه للعالم الآخر قال وهو ينظر لعينيه أنا آسف لأن هناك شيئا ما في هذه الدنيا حرمك مني ولكنني كنت مجبرا على أن أبتعد من أجل حمايتك أنت وأمك تنهد بحر وهو يقول متابعا آه يا ولدي لقد كنت مغرما بك طوال عمري ولقد أحببتك كما لم أحبب في حياتي شيئا قط أرجوك لا تموت قال عاصف صديقي أيوب ما به إن صادفته يوما فلتنقل إليه حبي وأسفي ولتخبره أنني أعرف بأنه سيغفر لي حتما صمت قليلا كأنه يطلب من الموت أن يمهي له بعض الوقت ثم أكمل حديثه بصعوبة بالغة سيغفر لي أيوب من غير أن أقدم له عذرا هو الذي أخبرني ذات مرة بأن الأصدقاء ليسوا بحاجة للاعتدار ثم فجأة فاحت في الغرفة رائحة يا سمين قوية استطاع الجميع أن يلتقطها رفع بحر عينيه نحو سقيفة الغرفة وابتسم بحياء مثل مراهق وقعت عيناه مصادفة على عيني الفتاة التي يحبها قال قبل أن يغادر أمك تقرئك السلام يا ولدي وتخبرك أيضا بأنها أحبتك كما لم تحبب في حياتها شيئا قط لفرط الغضب فإن عين عاصف اليسرى تحولت للون الأحمر القاتل وانطلق هو وإكليل للتفتيش عن القاتل دخلت سرابي الغرفة في تلك اللحظة والفجيعة واضحة على ملامح وجهها قالت باكية لقد رأيت المرأة التي أطلقت السهم عبر النافذة سأل الشمالي متعجبا كانت امرأة وكانت متقدمة بالعمر ولكني لم أتمكن من رؤيتها بشكل جيد صاح الحكيم في وجهها لماذا لم تصرخي أو تحاولي إيقافها؟ قالت سرابي وبكاؤها يزداد حدة لا أعلم لقد شعرت بأن هناك أياد خفية كانت تقيد أطرافي تمنعني من الكلام أو الحركة طاف عاصف أرجاء قرية الجساسة شبرا شبرا للبحث عن الشخص الذي أطلق السهم على والده وكان إكليل في الوقت ذاته يحلق على ارتفاع شاهق من أجل الحصول على رؤية أفضل إكليل هل لمحت شيئا؟ صاح عاصف لا شيء قال إكليل تعال نذهب لرؤية تاج لابد أنها ستفيدنا في هذا الأمر عندما أصبحا يقفاني أمام قلعة الأباطرة صاح عاصف مناديا على جدته حتى استجابت أخيرا لم يخطر في بالي أبدا أنني سأراكم اليوم قالت ذلك وهي تفتح البوابة انظر إليك يا عاصف من يراك الآن لا يصدق أنك في أواخر الثامنة عشرة من عمرك فقط ثم هتفت وهي ترفع رأسها وتنظر للسماء وأنت يا إكليل لقد أصبحت أكبر من ذي قبل وأصبح في إمكانك التحليق لمسافات عالية راح الحفيد يخبرها باختصار وعجل عن كل الأشياء التي حدثت معه هو وإكليل منذ اللحظة التي غادر فيها الغابة وإلى اللحظة التي يقفان فيها أمامها الآن ولكنه لم يخبرها عن سرابي بالطبع لحاجة في نفسه أما تاج فقد كانت تستمع إليه وفي الوقت ذاته تتأمل تفاصيل وجهه الجميل وشاربه الخفيف وحبات الشعر الخضراء التي غطت خديه مثل عشب حديقة النابت وتين كالعينين البندقيتين والتين أصبحتها أكثر قسوة وجاذبية كان طوله الفارع الذي حصل عليه مؤخرا وعضلات جسده المفتولة توحي بأنه شاب في الخامسة والعشرين وليس فقط في أواخر الثامنة عشرة من عمره وعندما فرغت من تأمل حفيدها راحت تنظر لإكليل الذي أصبح ريشه البرتقالي الناعم مرقشا ببعض حبات الريش الحمراء الداكنة والتي تشي باقتراب موعد بلوغه وعندما انتهى عاصف من كلامه وانتهت هي من تأملاتها سألت وماذا ستفعل؟ هل ستحقق الشرط وتقتل أبوك؟ كنت سأفعل في بداية الأمر ولكنني بدلت رأيه ماذا تعني بأنك بدلت رأيك؟ ثم أردفت بانفعال ستقتلك خيزران وتقتل معك أصدقائك أيها المتهور لقد مات أبي فعلا هناك من قام بقتله باح بألم ألم تفعلها أنت؟ سألت بغرابة لا لقد فعلها شخص آخر وقد جئت إليك حتى أعرف من هو وهل يهمك كثيرا أن تعرف هويات الشخص الذي قام بقتل والدك؟ ألا تشكر حظك لأن ذلك الشخص المجهول أنجز لك ما كنت تعجز أنت عن تنفيذه؟ تخيل لو أن والدك لم يموت ها؟ لكانت الشمس ستغرب من السماء بعد قليل وتأتي الجنية خيزران لقتلك أنت وأصدقائك كنت وأصدقائي مستعدين للموت بدلا عنه والآن مات أبوك وانتهى الأمر ولم يعد هناك حاجة ليموت أحد بدلا عن أحد أليس كذلك؟ ربما تكونين محقة ولكنني سأنفذ وصيته الأخيرة على الأقل أي وصية؟ لقد أوصاني بصرف فكرة الثأر عن رأسي بهدوء يشي باقتراب كارثة سأل التاج هو أوصاك بذلك؟ أو مأ برأسه فسألت ولماذا عساه يوصيك بهذه الوصية الغريبة؟ لأنه يخاف على سلامتي وهل قطعت له وعدا؟ لقد مات قبل أن أقطع له الوعد ثم سألته مثل أم تتظاهر بالطيبة لتجرى ابنها من لسانه وهل كنت فعلا ستقطع له ذلك الوعد يا حبيب جدتك؟ حرك رأسه مجيبا بنعم وعندها أمسكته من تلابيب ثيابه وقامت بتعليقه في الهواء بواسطة يد واحدة ثم قامت بصفعه على وجهه مستخدمة لليد الأخرى حاول إكليل مهاجمتها ولكن عاصف أمره بألا يفعل ابقى مكانك يا إكليل صرخ التاج منفعلة ولعابها يتطاير في وجهه أتترك ثأر أمك أيها الجبان؟ لم يتكلم والتزم الصمت بينما أكملت بغضب أبعد كل الذي قمت بفعله من أجلك تقول بأنك تريد أن تستسلم لم أقل بأنني أريد أن أستسلم فما معناه الكلام الذي تقوله إذن؟ إنها وصية أبي أبوك شخص تافه وحقير لا تسبيه يا تاج بل وأتبرز فوق جثته أيضا فقد عاصف السيطرة على أعصابه ولم يعد قادرا على التحكم بنفسه بعد سماعه تلك الإهامة وفجأة تحاولت عينه اليسرى لللون الأحمر القاتل واستطاع التخلص من قبضتها مستخدما قوته ثم ولكي يتحقق من أن انتقامه منها سيكون قاضيا فقد نظر نحو إكليل وصاح بكل قوتك ما انطلقت طائر الأمر بالهجوم حتى ضرب الهواء بجناحه وانطلق مندفعا نحوها ولكن قبل أن يصل إليها اعترضت تارى طريقة مهلا أيها الشجاع احتج عاصف هل ستقفين ضدنا يا تارى وهل أصبحتم فريقين يا أفراد عائلة الأباطرة حتى بات يتوجب علي اختيار فريق أقف معه ضد الآخر هل انتهوا أعداؤكم حتى انتقلت الحرب بينكم قال مبررا سبب ثورته لقد شتمت والدي الميت بعنادا صاح التاج اللعنة على أبوك راقبي لسانك يا تاج صاح بنبرة مهددة راقبيه فلن تمنعني تارى من قتلك في المرة القادمة أتترك الذي قتل أمك حرا طليقا وتأتي لفرد عضلاتك على جدتك المسكينة هل من أجل هذا قمت برعايتك وبالاهتمام بك هل غضبت مني عندما قلت لك بأنني سأتبرز فوق جثة والدك ما رأيك بأنني لست آسفة وسأكررها أمامك مرة أخرى نعم يا عاصف سأتبرز فوق جثة والدك وأبسق على وجهه وعلى وجه كل من يحاول منعك من أخذ ثأرك لم يحتمل تلك الإهانات المتتابعة لذلك انطلق نحوها مستأنفاً الهجوم ضدها وفي الوقت ذاته حرك إكليل جناحيه وارتفع عالياً في الهواء مبتعداً عن مجال دفاعات تارى ثم هبط من السماء بكل سرعته نحو تاج ولكن قبل أن يلتحم الجميع وتبدأ المعركة بينهم قالت تارى شيئاً كان من شأنه أن يقلب الطاولة رأساً على عقب وإذا قلت لك بأن نابل فيلي هو نفسه من قام بقتل والدك توقف مكانه عندما سمع ذلك الكلام وأمر إكليل بإيقاف الهجمة هو يعرف بأن تارى لا تكذب أبداً ورغم ذلك هتف معترضاً هذا الكلام مستحيل لقد كان أبي طوال الوقت يحذرني من الوقوف بوجهه فلماذا يقوم نابل فيلي بقتله؟ إنها صفقة أخرى هل في كل مرة يحدث بها شيء غير مفهوم تقولون لي صفقة؟ جواسس نابل فيلي ينتشرون في كل أرجاء مملكة أبابيل وقد نقلوا إليه سعيك في الثأر منه وأنك قد تقوم بتحريك عائلة الأباطرة ضده فطلب من والدك أن يصرف فكرة الثأر عن رأسك أخبرني بشيء يصدقه العقل يا تارى الحقيقة أحياناً تكون أصعب من أن يصدقها العقل يا عاصف ولكن والدي نجح فعلاً بصرف فكرة الثأر عن رأسي فلماذا يقتله نابل فيلي في الأخير؟ أجابت لكي يصبح الأمر أكثر تأثيراً عليك ثم تابعت تشرح كلامها لكي يوهمك نابل فيلي بأن تلك هي وصية والدك الأخيرة فيضمن أنك لن تخالفها طوال حياتك أبداً اختفت أنيابه ومخالبه بسبب الحزن ثم هتف بصوت باكن كم من المرات يجب أن أقتلك يا نابل فيلي؟ اقترب التاج منه بلطف هذا ما كنت أريد قوله لك ولكنني خفت أن لا تصدقني تمتم عاصف فعلاً لم أكن لأصدق هذا الكلام لو لم تقله تار وماذا ستفعل الآن؟ سألت أجاب باقتضاب مواصلة الثأر يجب عليك أن تسرع في استدعاء روزانا قبل غروب الشمس إذن أو ما أعاصف لها برأسه؟ ثم سار عائداً هو وإكليل نحو البيت ليطلب من الشيطانة روزانا أخذه للقاء عائلة الأباطرة من أجل طلب المساعدة منهم في الانتقاء ولكن قبل أن يبتعد الاثنان قال التاج ابحث عن أيوب توقف مكانه وأرسل نظرة نحو جدته من فوق كتفه لماذا؟ إن كان حياً فإنه سيكون مفيداً لك في معركتك القادمة تقصدين قبائل الأشاوس؟ هل تعرف عن تلك القبائل شيئاً؟ حدثني أبي عنهم قبل موته قال بغصة وهو يمضغ ريقاً من الحزن ثم أردف متسائلاً أخبريني كيف أستطيع إيجاد أيوب إذا ذهبت غرباً لآخر حدود مملكة أبابيل فستجد سلسلة طويلة من الجبال السوداء الشاهقة والتي يغرب خلفها نجم الشمس تلك هي الجبال المحرمة التي تسكنها قبائل الأشاوس وأضافت بتردد وعدم ثقة وإذا كان الحظ حليفك فإنك ستجده هناك بعد أن غادر عاصف وإكليل المكان التفت التاج نحو تارا وسألت لماذا كذبت عليه؟ لم تقل تارا شيئاً وزحفت عائدة نحو الغابة كرر التاج سؤالها لماذا قلت له بأن ناب الفيل هو من قام بقتل والده؟ من أجل حمايته قالت تارا ثم أضافت وهي تكمل زحفها نحو الغابة كنت أعرف أنك ستقومين بقتله لو أنه صمم على تنفيذ وصية والده وعدم الأخذ بالثأر كان يجب علي أن أكذب عليه حتى أحميه منك أخذ عاصف قطعة من ثياب والده العابقة برائحة دمه ثم اجتمعه وأصدقائه في ساحة البيت الداخلية أخرج قلادة الأباطرة من تحت ثيابه وأمسكها بيده ثم ضرب الأرض بقدمه اليسرى ثلاث مرات فانشقت الأرض وخرجت لهم الشيطانة روزانا سألت وهي تنحن احتراما هل أنجز سمو الأمير المهمة؟ قال بألم وهو يمد لها قطعة القماش هذا هو الدم لعقت الشيطانة بلسانها قطعة القماش ثم سألت وأين جثة والدك؟ لماذا تسألين عنها؟ يجب أن أتحقق بنفسي من أنه مات ذهبت لتتحقق بنفسها من أن بحر قد فارق الحياة فعلا فمن المؤكد أن عائلة الأباطرة سيسألونها عن ذلك الأمر لاحقا ويتحققون مما إذا كانت قد رأت الجثة بنفسها أم لا وحين فعلت وتحققت من أنه مات فعلا عادت مرة أخرى لعاصف وقالت بأدب ستختار شخصا واحدا فقط من أصدقائك ليرافقك للقاء عائلتك تقدم الحكيم واثقا وقال يخاطب البقية لن نتأخر عليكم سنعود سريعا بعد انتهائنا من لقاء الأباطرة ولكن عاصف الذي كان قد قرر شيئا آخر فقد قال سرابي سأل الحكيم ببراءة ما بها؟ هي من سترافقني من سيرافقك؟ تسأل بدهشة ستبقى أيها الحكيم فلديك ما تقوم به من أجل هنا صمت الحكيم ولم يعلق بسبب الغضب قال عاصف مبررا أنا أحتاج لحكمة عقلك هنا أكثر بكثير من أي مكان آخر هل تظن أنك ستضحك علي بهذه الكلمات أيها المتملق؟ ابتسم بلطف وهو يقول متسائلا كما لو أنه يريد مصلحة أنا أثق برأيك أيها الحكيم هل فعلا ترى أنني متملق؟ الحقيقة لا قال الحكيم بنبرة صادقة أنت فقط أبله ومتهور وهل يستطيع هذا الأبله والمتهور أن يثق بك؟ نظر إليه الحكيم بعدم الرضا ثم قال بعد لحظات أنت تعلم بأنك تستطيع أن تثق بي دائما قال عاصف يشرح لهم الخطة بعد أن اجتمعوا حوله ستصعد أنت أيها الحكيم على متن إكليل وتذهبان معا باتجاه الغرب لآخر حدود مملكة أبابيل حتى تجدا سلسلة من الجبال السوداء الشاهقة والتي يغرب خلفها نجم الشمس سأل الحكيم بجدية هل تقصد الجبال المحرمة التي تسكنها قبائل الأشاوس؟ هل تعرفها؟ بالطبع ثم قال ممازحا وهو لا يستطيع منع نفسه من الضحك لقد سمعت والدك يتحدث عنها قبل أن يموت وعندما نظر إليه الجميع باستياء قال مستعيدا جديته وما الذي تريد مننا أن نفعله هناك يا ترى؟ أريد منكم أن تفتشا عن أيوب أو هاثق من أننا سنجده؟ تسأل بخوف ماذا إن لم نعثر عليه؟ حينها ستنخفض احتمالية انتصارنا في الحرب قرأ إكليل الخوف في عينيه الحكيم لكنه لم يعلق وقال متسائلا ماذا سنقول لأيوب؟ ستقولان له بأن القملة الصغيرة المزعجة تريد منك المساعدة سأل الحكيم وماذا يعني هذا الكلام بحق السماء؟ أخبره بذلك فقط هو سيفهم وبعد أن صعد الحكيم فوق ظهر إكليل وانطلقا غربا نحو سلسلة الجبال المحرمة التفد عاصف نحو الشمالي وقال وأنت أيها الشمالي ستأخذ جثة أبي وتدفنها في مقابر القرية ثم تعود لهذا البيت من أجل انتظار عودة الحكيم وإكليل أما أنا وسرابي فإننا سنذهب الآن ونعود إليكم بعد الانتهاء من لقاء الأباطرة لكذلك قال شمالي وهو يهم بالمغادرة استوقفه عاصف قبل أن يذهب ستدفنه بجوار قبر أم وكيف لي أن أعرف قبر أمك من بين كل المقابر عندما تصل هناك ستقودك إليه رائحة الياسمي ولكن قد يكون هناك من هو مدفون بجوار قبرها حينها ستقتلع الجثة من تحت الأرض وتضع جثة أبي مكانها تمسكت سرابي جيدا بثياب عاصف بينما مده ويده ممسكا بيد روزانا هل أنت مستعد يا سمو الأمير؟ أكثر من أي وقت مضى انشقت أرض ساحة البيت الداخلية وهبطت الشيطانة روزانا برفقة عاصف وسرابي متجهة بهما نحو مدينة وبار المفقودة للقاء الأباطرة صحيح أن مهمة إقناع تلك العائلة لن تكون سهلة أبدا ولكن عاصف كان يشعر بالتفاؤل أكثر من أي وقت مضى ليس لثقته بنفسه بل لأن سرابي كانت معه ثلاثون في صباح اليوم التالي ذهب جواسيس منظمة الجاثوم للملك طاغين وأخبروه بأن عاصف وأصدقاءه اختفوا عن مجال مراقبتهم وبأنه لم يتبق منهم في قرية الجساسة غير شخص واحد فقط اسمه الشمالية فقال الملك طاغين محاولا أن يتظاهر بالثبات وعدم الاكتراف أمام حاشيته كيف غابوا عنكم وأنتم تعرفون أي مصيبة يخططون لها؟ تقدم قائد الجواسيس وقد كان ماردا ضخما اسمه مراقب في البداية كانوا جميعهم داخل بيت بحر ولكنهم اختفوا فجأة هذا تقصير لن أغفره لك قال ثائرا لم يحدث منا أي تقصير يا جلالة الملك ولكننا فعلا لا نملك تفسيرا للذي حدث قال مراقب بتوتر ثم أضاف وكأنه تذكر أمرا يقول أحد المعاونين بأنه شاهد طائرا ضخما يطير من ذلك البيت متجها نحو الغرب وإذا كان كلامه صحيحا فهذا يعني أن ذلك الطائر هو العنقاء صديق عاصف أنا لا يهمني العنقاء يهمني أن أعرف إلى أين ذهب عاصف في تلك اللحظة ومن اللاشيء ظهرت عميدة قرية الساحرات شواهر في وسط قاعة الملك وهي تقول الذي يخشاه جلالتكم قد حدث وانتهى الأمر التفت إليها الملك طاغين باهتمام ما الذي تقصدينه يا شواهر أفصحي اقتربت شواهر من العرش أحنت رأسها احتراما وأجابت أقصد أن عاصف ذهب للقاء عائلته وثب الملك من فوق عرشه كما لو أن حشرة لذغت ذهب بالتأكيد لكي يقنع الأباطرة بالتحالف معه في حربه ضدي لسنا واثقين ولكن هذا هو السبب الوحيد الذي قد يدفعه للذهاب إليهم كيف سمحتم له بالذهاب؟ لماذا لم تمنعوه بالقوة؟ خيزران لقد كانوا تحت حماية خيزران وزيرة الأباطرة لذلك لم نتمكن من استخدام القوة ضدهم وبالكاد كنا نستطيع استراق السامة قال معاتب النفسه كان يجب علينا أن نقتله منذ الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك ضدنا تكلم الماريد مراقب بعد أن طلب الإذن بالحديث لقد قمنا بتقديم اقتراح بقتل الفتى ولكن لم توافق عليه جلالتكم هل أصبح لديك لسان يا مراقب الكلب حتى تعاتبني؟ لا أجاب بخوف لم أكن أقصد إذن أقفل فمك اللعين هذا ولا تسمعني صوتك أطرق مراقب رأسه للأسفل وصوت بدأ الملك طاغين يحوم حول نفسه بتوتر شديد يفكر في حل للورطة التي وجد نفسه فيها وهو يتوق منذ زمن طويل للقضاء على عائلة الأباطرة ويعرف بأنه متفوق عسكريا عليهم ولكنه لم يكن من أولئك الذين يفضلون المواجهات المباشرة بل كان يفضل دائما كسب جولاته عن طريق الخديعة والمفاجأة ليكون انتصاره مضمونا تكلم أحد مستشاره مقترحا لماذا لا نتحدث مع بحر بشأن ابنه يا سيدي؟ أحسنت أيها المستشار هتف الملك معجبا بالاقتراح ثم أصدر أمرا أرسلوا لبحر من يخبره بأنني أريد لقاءه بسرعة هيا قالت شواهر لا فائدة لقد قتل ومن قتل أختك الكبرى بهدوء يدل على تعجبه ولماذا قد تفعل تاج مثل هذا الأمر؟ لماذا تقدم على قتله؟ لأنه كان على وشك أن يقنع ابنه بصرف فكرة الثار عن رأسه وحينها ثارت غين غاضبا وبدأ يحطم كل ما تصل إليه يداه ويصرخ هذه المرأة المجنونة لن تكف عن مضايقة حتى تنفذ ما برأسها مزق الستائر وكسر كل ما هو مصنوع من الفخار والزجاج وقام بطرد مستشاره ركلا من القاعة وعندما لم يعود هناك شيء آخر يستطيع تفريغ غضبه فيه فقد هدأ قليلا عاد الملك للجلوس فوق عرشه بخطوات بائسة حزينة تشبه خطوات رجل ثمل قام بطرده من الحانة بعد أن تسبب بالكثير من المشاكل للزوار نظر نحو شواهر وقال كمن يزيح عن صدره حملا ثقيلا في البداية قام التاج بقتل ابنتها جمانة والآن تقوم بقتل زوجها بحر اللعنة على تلك الأخت العاهرة صحيح أن الساحرات كنا يعرفن بأغلب الأحداث التي تقع في مملكة أبابيل بسبب الشياطين الذين ينقلون لهن كل كبيرة وصغيرة إلا أن عميدة قرية الساحرات شواهر لم تكن تعرف بأن تاج هي من قامت حقا بقتل ابنتها جمانة ظننت أن الساحرة أيار هي من قامت بقتلها بناء على أوامرك الأباطرة لا يموتون بسم عادي السمو الوحيد الذي قد يقضي عليهم هو سم الأفعتارة ثم أضاف ساخرا أما السمو الذي أعدته ساحرتك أيار فكان من الممكن أن يكون رائعا من أجل تنظيف البطن لا أكثر ولكن أنا واثقة من أن هذا ما حدث جلالتك فقد نقلت إلينا الشياطين أن جمانة في ليلتها الأخيرة تلك احتست كأسماء من تلك الجرة المسمومة كان السبب في القضاء عليها هذا ما تعرفينه أنت ويعرفه شياطينك ثم أردف ولكن ما حدث فعلا هو أن أختي تاج تدخلت من غير أن ينتبه إليها أحد ووضعت في تلك الجرة قطرة من سم الأفعتارة وبهذا كانت هي السبب الرئيسي في قتل ابناتها جمانة وليس أحدا آخر وما الذي قد يدفعها لفعل شيء فضيع كهذا لكي تستطيع أن تأخذ الولد منها ولماذا كانت ترغب في أخذه لتلك الدرجة لتحاربني به ولماذا هو بالذات لأنه يمتلك عقل البشر وقوة الجن فلا يستطيع أحد أن يقهره أبدا صمتت الساحرة شواهر مندهشة من ذلك المكر الذي تتمتع به تاج بينما أكمل طاغين تريد تاج أن تنتقم مني لأنني سرقت عرش زوجها جبار الأباطرة إنها تريد أن تعيد الملك إليه لكي تؤكد له بأنها لم تساعدني في المؤامرة ضده صمت قليلا ثم تابع هذا الولد ثأره الحقيقي ليس عندي بل عند جدته تاج ما رأيك في أن ندس إليه من يخبره بالحقيقة يا مولاي لن يصدق فقد غسلت أختي عقله وانتهى الأمر وبعد أن هدأ قليلا نظر نحو مراقب وسأله وطائر العنقاء ذلك اللعين ألم تعرف إلى أين ذهب بالتحديد لسنا واثقين كل ما نعرفه هو أنه اتجه غربا هل قلت بأنه اتجه غربا؟ تسألت شواهر أكد لها مراقب هذا ما قاله المعاون الذي يدعي بأنه لمح ذلك الطير إذن ذهب ليطلب المساعدة من قبائل الأشاوس قال طاغين غير مكترث بالأمر يعتقدون بأنهم سيجدون أيوب مساكين لا يعرفون أنه شبع موتا حين يعصل العنقاء لهناك ولا يجد أيوب ستقوم الأشاوس بقتله قالت شواهر ذلك بنبرة ذات مغزة ثم وعندما أدركت أن وجودها لم يعد ضرورياً فقد أحنت رأسها بأدب وطلبت من الملك أن يأذن لها بالانصراف لكنه استوقفها أريد استعداداً كاملاً في قرية الساحرات فقد تقوم الحرب بأي لحظة ثق جلالتك بأننا دائماً في أتم الاستعداد استدعى الملك وزير الحرب جرمي وشرح له الأخطار التي تحيط به وطلب منه أن يعمل في الأيام القادمة على التأكد من استعدادات جيش مملكة أبابيل ومنظمة الجاثوم وأمره بأن يرسل المبعوثين في طلب التحالفات مع الممالك المجاورة وبعد أن غادر الوزير جرمي من أجل تنفيذ أوامر الملك نظر طاغين نحو المارد مراقب وسأل بتردد يشي بأنه كان يخطط لأمر جلل هل قلت لي بأن واحداً فقط من أصدقاء عاصف ومن تبقى في قرية الجساسة نعم يا سيدي واسمه الشمالي صمت الملك طاغين ثم همس أحضره لي وفي المساء قام الشمالي بغصد جثة بحر وخياطة مكان الجرح ثم حملها نحو مقابر قرية الجساسة وفعلاً حتى قادته رائحة الياسمين لقبر جمانة والغريب في الأمر هو أنه وجد الحفرة التي بجوارها جاهزة كما لو أن جمانة بنفسها هي من قامت بإعدادها سلفاً لاستقبال زوجها فيها وما إن انتهى من دفن جثة بحر حتى غادر عائداً نحو البيت من أجل انتظار عودة الحكيم وإكليل ولكن وبينما هو في الطريق شعر بأن هناك من يقوم بمراقبته من خلف الأشجار وربما بسبب انخفاض ضوء الشمس التي أوشكت على الغروب فإنه لم يكن بمقدوره التأكد من حقيقة ما كان يشعر به فأكمل سيره عائداً نحو البيت وهو يضع يده على مقبض السيف تحسباً لأي طارئ ثم فجأة ومن غير مقدمات قام سبعة وثلاثون فارساً بتطويقه من جميع الجهات شاهرين سيوفهم بوجهه تقدم إليه أحدهم وسأل أنت الشمالي أليس كذلك؟ صحب سيفه من غمده وسأل من أنت؟ اسمي مراقب ما الذي تريده؟ ناب الفيل يطلب لقاءك لم يسلم نفسه لهم بسهولة ولكنهم كانوا أكثر بكثير من أن يستطيع مقاومتهم وحده لذلك فقد استطاعوا أخذه معهم بالقوة بعد أن أشبعوه ضرباً وأفقدوه الوعي ورغم أنهم أخذوه وهو فاقد للوعي إلا أنه كان يتمتم بين وقت وآخر قائلاً سيقتص منكم عاصف أيها القوادون لم يشهد أحد من أهالي قرية الجساسة ذلك الأمر الذي حدث مع الشمالي غير حمارين كانا يراقبان ما يجب من بين التشققات الخشبية لحائط إحدى الزرائب إلى عين تظن أنهم سيأخذونه؟ سألت قمرية زوجها سامري فأجاب قائلاً أظن أنهم سيأخذونه للمسلخة لكي يسلخوا جلده ويصنعوا منه الحقائب والثياب والأحذية واحد وثلاثون على ارتفاع يزيد عن ألف قدم راح إكليل يحلق في السماء البعيدة العالية حاملاً فوق ظهره الحكيم متجهاً به نحو سلسلة الجبال المحرمة التي تسكنها وتسيطر عليها قبائل الأشاوس أملاً في لقاء أيوب كي ينقل إليه الرسالة التي كلفهما عاصف بنقلها ثم وبينما هما في الطريق إذ قال إكليل متسائلاً عن ذلك الخوف الذي قرأه في عيني الحكيم لماذا خفت من الذهاب عندما كنت تتحدث مع عاصف؟ لم أخاف قرأت الخوف في عينيك وأنا أعرف قراءة العنون العيون قال الحكيم مصححاً ثم أضاف ساخراً ليتك تعرف كيف تتكلم لماذا خفت؟ كرر إكليل عليه السؤال أجاب بعد صمت قصير لأن عاصف لم يكن متأكداً مما إذا كان أيوب سيكون هناك أم لا وماذا في ذلك؟ أنت لا تعرف شيئاً عن تلك القبائل لذلك لا تشعر بالقلق من ذهابك إليهم يا إكليل أما أنا فقط قرأت عنهم كلاماً يدعو للخوف إنهم أقوياء جداً ولم يسبق لأحد من قبل أن استطاع هزيمتهم حتى إنه يشاع بأنهم أقوى من سكن الأرض نسع لهم عن أيوب فقط قال كما لو أنه لا يرى سبباً يستحق الخوف لو ذهبنا إلى هناك ولم نجد أيوب عندهم فسيقتلوننا لأنهم لا يثقون بالغرباء أجاب الحكيم مبرراً سبب خوفه صمت إكليل قليلاً ثم سأل لماذا؟ ألم تسمعني أيها الأبلة عندما قلت بأنهم لا يثقون بالغرباء؟ لماذا لم تخبر عاصف أقصد؟ لأنني لو فعلت لربما كان سيأمر بإلغاء المهمة ثم وبينما إكليل لا يزال يحلق نحو الغرب إذ لمح سلسلة من الجبال السوداء الشاهقة والتي كانت الشمس تستعد للغروب من خلفها فعرف أنه واصل للمكان المطلوب تمسك سنرتفع قال ذلك ثم زاد من علو ارتفاعه لكي يستطيع عبور قمم الجبال ولكنه ما كاد أن يتجاوزها ويصبح في المجال الجوي لتلك المنطقة حتى اعترض طريقه أحد أفراد قبائل الأشاوز وقد كان مخلوقاً ضخماً أسود غريب الشكل لديه جسد حصان مجنح ويملك رأس وجذع إنسان متضخم العضلات يمسك في إحدى يديه فأساً متوهجاً ويسأل بصوت ثقيل ما الذي جاء بكم لهذه المنطقة؟ بدأ إكليل يشعر في تلك اللحظة بأن هناك سائلاً دافئاً يتسرب من جسد الحكيم عليه فهمس قائلاً ما الذي فعلته أيها الحكيم؟ هذا الشيء الذي أشعر به في ظهري آسف لم أتمكن من السيطرة على مثانتي ما الذي تتهمسان به أنتم الاثنان؟ صرخ القنطور عليهما لا شيء مهم لا تشغل بالك بأمورنا التافهة قال الحكيم مرتعداً ثم أضاف هامساً في أذن إكليل يا للسماء أشعر بأني بدأت أفقد السيطرة على منطقة أخرى انتبه أيها الحكيم لا تفعلها إني أحاول الإمساك بها ولكنها تنزلق رغماً عني قال الحكيم ثم أردف إكليل هل سبق لك وأن رأيت في أحدك وابيسك من قبل شيئاً مخيفاً مثل هذا المخلوق؟ اقترب القنطور منهما بسرعة خاطفة ثم ورغم الضخامة التي اكتسبها إكليل مؤخراً إلا أن ذلك القنطور استطاع إلقاء القبض على جسده كاملاً مستخدماً فقط قبضة يد واحدة لم تجبا عن سؤالي ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال إكليل نبحث عن أيوب تمهل القنطور قليلاً عند سماعه الاسم ثم قال لا يوجد أحد هنا بهذا الاسم تكلم الحكيم من داخل قبضة القنطور يبدو أننا أخطأنا العنوان إذن هل تسمح لنا بالمغادرة؟ بكل سرور أنت فعلاً شخص مهذب ليت القناطير كلهم مثلك ستغادران الحياة بأكملها قال ذلك ثم بدأ يشد قبضته على إكليل والحكيم قاصداً أن يقتلهما خنقاً حاول إكليل الفكاك من ذلك المأزق إلا أن القبضة كانت محكمة للحد الذي يجعله لا يستطيع تحريك أي جزء من جسده وعندما اقتربت النهاية وأصبح الاثنان في ورطة حقيقية قال إكليل بثقة أيها الحكيم تشبث بي جيداً ماذا ستفعل؟ بدأ إكليل يشعر بحرارة تحرق جسده من الداخل ويشعر برشفة شديدة تضرب أعماقه وفجأة تحولت عينه اليمنى للون الأحمر القاتم مثل اللون الذي تتحول إليه عين عاصف اليسرى وقت الغضب ثم فتح منقارة واستطاع بطريقة لا يملك لها تفسيراً أن يخرج دفعة من اللهب أحرق بها قبضة القنطور تحرر إكليل واستطاع الطيران بعد أن تحول ريشه للون الأحمر بشكل كامل هتف الحكيم أهرب بكل سرعتك حاول أن يهرب بكل سرعته ولكن أفراداً كثراً من قبائل الأشاوس الذين كانت لهم أجساد أحصنة مجنحة وجذوع ورؤوس بشرية كانوا قد حاصروهما من جميع الاتجاهات مصوبين عليهم السيوف والسهام والفؤوس والرماح المتواهجة المضيئة قال إكليل وقد أصبح لسانه أكثر طلاقة وفصاحة بعد بلوغه لم نأتي لأذية أحد لماذا لا تدعوننا نذهب بسلام تقدمت منهما قنطورة عجوز جسدها السفلي وجناحاها أبيضاً لون كان لوجهها تفاصيل الإنسان تماماً باستثناء أذنيها التي كانت تشبهان أذني حيوان الوشق الطويلتين شعرها أشيب ولديها بطن متراخ بعض الشيء غير أنه بدى جيداً بالنسبة لعمرها المتقدم كانت تشد ثدييها المترهلين بواسطة حملات مصنوعة من الأعشاب وتمسك في يدها رمحاً متوهجاً هذه الجبال حرمت منذ القديم على غير الأشاوس وأصدقائهم لقد جئنا نبحث عن صديق لنا وليس لغرض آخر أيتها السيدة تلفتت العجوز حول نفسها ثم قالت وقد بدأ أنها شعرت بالخجل هل نديتني بالسيدة أيها الطائر المهذب؟ نعم فأنت سيدة حسناء أيضاً كف عن ذلك أنت تخجلني قالت بدلع لا يلائم حساسية الموقف همس الحكيم في أذن إكليل كنت أعرف أنك زير نساء ثم أضاف ولكن لم أكن أعرف أنك زير قناطر عرف إكليل بنفسه اسمي إكليل وهذا صديقي الحكيم قالت العجوز بشيء يشبه المرح وأنا اسمي جهيمة بهيمة؟ تسأل الحكيم متعجباً وهو يضحك لماذا بحق السماء يكون اسمك بهيمة؟ نظر جميع القناطير نحوه بغضب بينما همس إكليل له قائلاً سنلاقي حتفنا بسبب لسانك الطويل قالت جهيمة وهي تستعيد جديتها من هو الشخص الذي جئتم للسؤال عنه؟ عن صديق نظن أنه يقيم عندكم أجاب إكليل هل هو قنطور؟ بل غوريلا فقال أحد القناطير هل تسخر منا أيها الفار؟ باستياء تمتم الحكيم هؤلاء القوم لا يملكون حس الدعابة قال إكليل بأدب وكأنه يعتذر عن بذاءة لسان الحكيم بل هو إنسان واسمه أيوب أيتها السيدة حكت جهيمة رأسها بطرف إصبعها وكأنها تفتش في ذاكرتها عن ذلك الاسم بينما كان واضحاً من ردة فعل بقية القناطير أنهم لا يعرفون أحداً بذلك الاسم يبدو أننا سنموت همس الحكيم ولكن جهيمة قالت وكأنها تذكرت شيئاً ربما تقصداني ذلك الكائن البشرية الأسود صديق أميرة قبيلتنا أشاس هتف إكليل والحكيم في الوقت نفسه إنه صديقنا الذي نبحث عنه اقتدتهما جهيمة جواً حتى وصلت بهما عند فتحة كهف مظلم يحرسه سبعة من القناطير ذوي الشعور واللحة الطويلة وقد كانوا مختلفين عن المخلوقات التي رأوها قبل قليل فهؤلاء القناطير كانوا أكثرة عملقاً وقوةً وكل واحد منهم كان لديه في ظهره أربعة أجنحة بدت أطول وأقدر على الطيران والسرعة توقفي قال أحد حراس الكهف معطرداً الطريق من هؤلاء؟ يقولاني أنهما صديق أيوب وهمست له موضحة صديق الأميرة أفصح القنطور مجالاً لهم للعبور دون أن يعلق فأكمل الجميع سيرهم بلادنا تقع هناك قالت جهيمة وهي تشير بيدها نحو فوهة الكهف سأل الحكيم متعجباً أنتم تقيمون داخل كهف؟ بل هذه بوابة بلادنا أيها الفأر كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة للحكيم وإكليب فما إن تجاوزا فوهة ذلك الكهف حتى وجدا بلاداً أخرى كبيرة عامرة تشرق فيها الشمس رغم غروبها التام عن سماء مملكة أبابيل في ذلك الوقت كانت بلاداً شاسعة خضراء جبلية تكثر فيها المروج والغابات والأنهار وما كان يجعلها أكثر جمالاً وروعة هي تلك البيوت المتراصفة منحوذة في الجبال العالية والتي تشبه القصور في إطلالتها سألت جهيمة هل تستطيع التحليق لمسافات شاهقة أيها الطائر؟ قال إكليل الذي لم يجرب قدراته الجديدة بعد بلوغه أظن حاول أن تتبعني إذن طارت جهيمة عالياً يتبعها إكليل حتى تجاوزت السحب البيضاء المتراكمة وأكملت تحليقها في طبقات الجو العليا متجهة لأعلى قمة جبل في تلك البلاد كلها وعندما وصلا إلى هناك بعض وقت طويل من الطيران كان الإرهاق والتعب قد أصاب إكليل بسبب الارتفاعات الشاهقة المقطوعة وتيارات الهواء المضادة أما الحكيم فإن مزاجه بدى معكراً ومنظره يشي بتعبه ما بك أيها الحكيم أشعر بأن رأسي يتصدع من الداخل يا إكليل إنه ضغط بررت جهيمة بسبب الارتفاع العالي قال بغضب لماذا جئت بنا إلى هنا أشارت بيدها نحو الأمام وقالت هذا قصر أميراتنا أشاس وصديقكم أيبو يقيمو هنا نظر الحكيم نحو المكان الذي أشارت إليه جهيمة ولكنه لم ير شيئاً بسبب الضباب العائم في الجو يبدو أن التقدم في العمر أصاب رأسك بالخرف قالت وقد أزعجها أن يذكر لها أحد مسألة التقدم في العمر يبدو أن هناك فأراً يريد مغادرة هذه البلاد من غير لسانه يبدو أن هناك فأراً سيدخل في مؤ ما أهلاً أيها الحكيم قاطعه إكليله ويشير بجناحه نحو الأمام إنها محقة هناك قصر كبير وراء هذا الضباب سارت جهيمة بهما عبر أروقة القصر المضاءة بواسطة القناديل المشتعلة باللهب والمعلقة على الحيطان الصخرية حتى توقفت بهما أمام غرفة حجرية كان بابها مصنوعاً من ستار قماشي نقرت الأرض بحافرها ثلاثاً حتى تحرك ذلك الستار وخرج لهم من خلفه شخص أسود اللون كان له طول وعرض لا ينبغي لمخلوق بشري أن يمتلكهما هتف الحكيم قائلاً عيوب سألت جهيمة وهي تشير بيدها نحوهما هذان الاثنان يقولان بأنهما صديقان لك؟ لم يتعرف أيوب عليهما إنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الفأر والطائر هذا ليس صحيحاً قال ذلك ثم عاد لداخل الغرفة نظرت إليهما جهيمة بغضب هل كنتما تكذبان علي؟ لا لم نكن نكذب قال إكليد دعينا نشرح لك الأمر لا أريد أن تشرح لي شيئاً قالت ذلك وهي تلقي عليهم القبضة وتجرهما بعيداً عن تلك الغرفة وفي محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف استطاع الحكيم أن يخرج رأسه من قبضتها ويهتف عالياً باتجاه الغرفة القملة الصغيرة المزعجة تريد منك المساعدة يا أيوب ثم وقبل أن تبتعد بهما جهيمة فتح أيوب الباب وقال لحظة يا جهيمة لحظة واحدة توقفت جهيمة مكانها وسأل أيوب متعجباً هل قال أحدكما بأن القملة الصغيرة المزعجة تريد مني المساعدة؟ نعم أنا قلت ذلك من أنت أيها الفأر؟ أنا لست فأراً أنا الحكيم أي حكيم؟ حكيم قرية الجساسة هل نسيتني أيها الغوريلا الضخمة؟ وحين نطق لبط الغوريلا اتسم أيوب متذكراً وبعد أن شرحا له الموقف بأكمله وأخبراه بحاجة عاصف المسة إليه فجأهما أيوب بردة فعل كانت أكثر سقيعاً من برودة الجليد لقد اعتزلت الحرب سأل الحكيم تترك ابن صديقك يواجه الموت وحده؟ لم يعد بحر صديقي بعد انقلابه علي ومحاولته قتلي ولكن عاصف يحتاجك وأنا أحتاج أن أكون وحيداً تدخل إكليل قائلاً لقد أرسلنا إليك وهو يثق بأنك ستقف معه اسمعاً أنتم الاثنين تكلم بغضب لقد أخبرتكما بأن بحر لم يعد صديقي وبأنه لا شأن لي بأحد وبأنني اعتزلت الحرب وانتهى الأمر سأل الحكيم هل هذا آخر كلام لديك؟ سار أيوب عائداً نحو غرفته وهو يقول من الأفضل أن تغادر هذه البلاد سريعاً وتنسيا أمر لقائكما بي ثم قبل أن يزيح الستار ويدخل غرفته تكلم إكليل في محاولة أخيرة لثغير رأيه بحر ينقل إليك حبه وأسفه توقف أيوب مكانه وقال من غير أن يلتفت محاولة جيدة أيها الطائر الذكي ولكن هل تعتقد أنك ستغير رأي بهذه الكذبة؟ هو لا يكذب إنها فعلاً آخر وصية لبحر قبل أن يموت قال الحكيم التفت أيوب وأمائر الفجيعة في وجهه مات بحر؟ مقتولاً أجاب إكليل هل قال شيئاً آخر قبل أن يموت؟ سأل أيوب نعم أخذ الحكيم نفساً ثم أضاف بجدية قال بأنه لا يقدم لك اعتداراً فأنت الذي علمته بأن الأصدقاء ليسوا بحاجة للاعتدار وحينها فقط تيقن أيوب من أن صديق عمره قد مات فعلاناً إثنان وثلاثون انتقل عاصف وسرابي لساحة كبيرة حيث كان جميع كبراء عائلات الأباطرة يجلسون هناك في مسرح مدرج دائري الشكل مضاء بالنار من جميع الجهات يشبه مدرج أحد الملاعب الرومانية قديمة الطراز كان الجميع ينظر إليه بفضولاً ويتهامسون فيما بينهم متسائلين عن السبب الذي ربما يكون قد جاء ذلك الحفيد من أجله تمتم عاصف متسائلاً روزانا من كل هؤلاء؟ هؤلاء هم كبراء عائلتك يا سمو الأمير ولماذا ينظرون إلي بهذه الطريقة؟ يتسألون عن سبب قدومك ثم أضافت لا تهتم بهم واتبعاني امتثل عاصف وسرابي لطلب الشيطانة روزانا وسرى خلفها لمنتصف الساحة حيث كان في انتظارهما هناك شخصان يجلسان خلف ممبر صخري مرتفع القامة كان أحد ذينك الشخصين معروفاً بالنسبة إليهما وهي الوزيرة خيزران ولكن الشخص الآخر الجالس بجوارها لم يسبق لهما أن شاهده من قبل ورغم هذا إلا أن عاصف كان ينتابه شعور قوي يصل لدرجة اليقين يخبره بأن ذلك الشخص هو جده جبار الأباطرة كان مهيباً ضخم البنية أصلع الرأس ذقنه مرقشة بحبات شعر بيضاء وله شارب أبيض طويل ينتهي طرفاه بعقفتين نحو الأعلى يملك عينين ناعستين فيهما بريق جذاب وملامح وجه باردة تبدو غير مكترثة بشيء ورغم تقدمه في العمر إلا أنه بدى في كامل صحته وقوته وانتباهه توقفا هنا همست لهما روزانا بينما أكملت سيرها نحو المنبر الصخري لتقدم قطعة القماش الملطخة بدم بحر تناولت خيزران منها قطعة القماش تلك ولعقت بطرف لسانها الدم العالق فيها ثم سألت بصوت منخفض هل تحققت بنفسك؟ رأيته بعيني وهو غارق بدمه يا سيدة الوزيرة حسنا همست خيزران وهي تعيد إليها قطعة القماش وتقول مررها على كبراء العائلة فردا فردا حتى يتحققوا بأنفسهم من أن الذي أخذ منهم ابنتهم أصبح الآن ميتا وهنا تكلم جبار الأباطرة قائلا وهو ينظر نحو عاصف لا تخف أيها الفتاة اقترب وأخبرنا لماذا طلبت أن تقابلنا أمسك عاصف يد سرابي ثم سار بها متقدما نحو الأمام جئت أطلب مساعدتكم صمت قليلا ليعطي كلماته القادمة أكبر قدر من القوة ثم أردف بصرامة في القضاء على ناب الفيل خلق عاصف بطلبه ذاك اضطرابا شديدا بين كبراء عائلة الأباطرة فلم يتوقع أحد منهم أن يكون ذلك هو السبب الذي دفع ابن جمانا للمجيء من أجله أما جبار الذي بدى وكأن لديه علم مسبق بأمر ذلك الطلب فقد تلقاه ببرود شديد وهو يضرب المنبر الصخرية بقبضة يده الضخمة هدوء أيها السادة ثم نظر نحو حفيده وسأل ولماذا عساك تريد القضاء عليه أيها الفتاة لأنه قتل جمانا ابنتك اختار كلماته تلك بعناية وحرص معتقدا أنه سينجح في التأثير بها على جده ويقنعه أكثر بالتحالف معه غير أنه تفاجأ عندما سمع رده ولكن هذا لا يعني عائلة الأباطرة في شيء فلماذا تظن أننا قد نساعدك في طلبك؟ ألم تكن جمانا ابنتك؟ ثم نظر حوله ألم تكن فردا منكم؟ لم تعد كذلك قال جبار بسكينة تشي بعدم اكتراثه ثم تابع وقد تخلت جمانا منذ زمن طويل عن كونها فردا ينتمي لعائلة الأباطرة ألا تحبها؟ سأل بسذاجة لا قال جبار بشكل قاطع لم يستسلم عاصف وقال هل هذا يعني أنك لم تحزن عندما عرفت بأمر موتها؟ خيم السكون على القاعة بينما واصل عاصف استجوابه هل هذا يعني أنك لم تشعر برغبة ولو بسيطة في الانتقام ممن قتلها؟ ثم سأل سؤالا آخر من غير أن يعطي لجده فرصة الإجابة هل هذا يعني أن الزمان لو عاد بك قليلا إلى الوراء فإنك لم تكن لتحاول حمايتها من الموت؟ ورغم قوة الأسئلة والنبرة العدائية التي يوجهها إليه عاصف إلا أن جبار بدأ عليه من خلال النظر إلى ملامح وجهه بأنه كان يحسن جيدا ضد أعصابه فصرخ عليه عاصف لقد أخبروني بأنك شجاع ولكنني أراك تختبئك الجبان وراء صمتك أعاد الاضطراب مجددا يعم أرجاء القاعة ولو لم يكن كبراء عائلة الأباطرة حاضرين في ذلك الوقت لما كان أحد منهم سيصدق أن هناك من ظل حيا بعد أن رفع صوته في وجه جبار وناعته بالجبان ارتفعت قبضة اليد الضخمة مجددا وضربت المنبر الصخري هدوء أيها السادة ثم قال جبار بسكينة أخبرتك بأن جمانا لم تعد من عائلتنا وهذا يعني أن أمرها لم يعد يعني لنا شيئا ولو أن الزمن يعود بي للوراء قليلا مثل ما قلت لكنت سوف قاطعه قبل أن ينهي كلامه كفاك كذبا أرجوك لا تكمل ثم أردف بغصة لا تقول لي بأنك لو عرفت بالأمر فإنك لم تكن لتحاول حمايتها فلا يوجد هناك شيء في الدنيا يقنعني بأنك فعلا لم تكترث لشأنها لم يحتمل كبراء عائلة الأباطرة مشاهدة كبيرهم وهو يهان بتلك الطريقة فثاروا جميعا يطالبون بإيقاف الجلسة وإعادة ذلك الشقي من حيث جاء وهنا ونزولا لطلبات الجمهور فإن الوزيرة خيزران ضربت المنبر الصخرية بقبضة يدها ثم قالت انتهت الجلسة برفض طلب المشاركة في الحرب هذا ليس عدلا هتف عاصف معترضا لم تكترث لاعتراضه ونظرت نحو الشيطانة روزانا خذيهما من هنا عودي بهما لسطح الأرض سأموت قال في محاولة للاحتيال عليهم حتى يعيد النظر في أمر التحالف معه من المؤكد أن ناب الفيل قد عرف بأمر زيارتي لكم وأنه سيقتلني حال عودتي إلى هناك فهل أنا أيضا لا أعني لكم شيئا يا أفراد عائلة الأباطرة قالت الوزيرة خيزران تستطيع البقاء هنا تحت حماية الأباطرة إنشيت ولكن هذه الفتاة تعود من حيث جاءت هل أبدو لك تافها للحد الذي تظنين فيه بأني قد أتخلى عن أصدقائي خوفا من الموت هذا شأنك ثم أضافت وهي تنظر للشيطان خذيهما وقبل أن تأخذهما روزانا تكلمت سرابي وهي تنظر نحو جبار أنتم من تخلى عن جمانة وليست هي أصمتي أياتها البشرية القذرة انتفضت خيزران بردة فعلا سريعة لن أصمد حتى لو كنت سأدفع الموت الثمن لكلامي ردت بعناد موتي إذن قالت خيزران ذلك بغضب شديد يشي بنيتها في الهجوم وقد استطاع عاصف قراءة تلك النية في نبرة صوتها وعرف أنها ستقوم بمهاجمة سرابي فتحولت عينه اليسرى للون الأحمر القاتم وراح يحتضنها بكلتا يديه جاعلا من نفسه درعا لها في حال قامت الجنية خيزران فعلا بتنفيذ تلك الهجمة ولكن قبل أن يحدث شيء تدخل جبار قائلا دعينا نستمع لما تقول هذه الفتاة ولكن يا سيدي قطعها قبل أن تكمل لن يضيرنا شيء لو أننا استمعنا إليها يا خيزران ثم نظر لسرابي وقال اقتربي أيتها الفتاة وأخبرينا لما قطعه عاصف لديها اسم يا جدي اسمها سرابي ابتسم جبار بلطف متذكرا أمرا ما ثم قال حسنا اقتربي يا سرابي اقتربت سرابي من المنبر الصخري فتكلم جبار أخبرينا لماذا قلت بأننا نحن من تخلى عن جمانا وليست هي لأنكم قررتم الوقوف ضد مشيئة قلبها ومن يقف ضد مشيئات القلوب يخسر نحن لم نقف ضدها ولكن هذا هو قانون العائلة لقوانين تقف أمام سطوة الحب ثم أضافت الحب ليس شيئا نختاره إنه هو من يختارنا ويفرض نفسه علينا إنه يشبه المطر هل تستطيع إيقاف المطر أو منع دفاع المياه في النهر هل تستطيع إقناع الشجرة بألا تثمر لأن الفلاحة سيأتي بعد أيام ويقطف عن أغصانها الثمر أمسكت سرابي قليلا عن الكلام حتى ظن الجميع بأنها أنهت كلامها لكنها تابعت بثقة عالية كمحامية دفاع تحامي عن موكلها الحب جمانا لم يكن خيارها الوقوع في حب بحر لقد وقعت في حبه وانتهى الأمر لهذا وأنا آسفة لما سأقوله لكم ولكن كان من الغباء أن تضعوها أمام طريقين إما أنتم أو الحب لأنه كان من البديهي جدا أن تقوم باختيار الحب ولو عاد بها الزمان ألف مرة للوراء لكانت في كل مرة ستختار الطريق ذاته أرسل جبار نظرة صامتة نحو كبراء العائلة وكأنه يريد بتلك النظرة أن يخبر سرابي بأنه لا يتحدث بصفته جبار فقط بل بصفته القائد الذي يتكلم بالنيابة عن الجميع قال عندما كنت في السابق ملكا لأبابيل كان وقتها يعد طاغين أو ناب الفيل كما أصبح يسمي نفسه لاحقا من أشد المقربين لي باعتباري أنه الأخ الوحيد لزوجة تاج أصيب عاصف بالصدمة لسماعه لتلك المعلومة أكمل جبار ولكن طاغين خان ثقتي واستطاع بالمكر والخديعة أن يضم قرية الساحرات لصفه كما استطاع أيضا أن يحشد لنفسه جيشا كبيرا من البشر والعفاريتي والشياطين والمردة أطلق عليهم اسم منظمة الجاثوم كانت الأخبار تصلني من وقت لآخر بأنه يخطط للانقلاب ضدي ولكن زوجتي تاج كانت تؤكد لي أن أخاها لا يمكن أن يفعل شيئا قد يضرني أو يضر عرش مملكتي غير أن الأيام أثبتت لي لاحقا أنني كنت مخطئا عندما صدقت كلامها سأل عاصف بدافع الفضول ما الذي حدث؟ وهو ينظر لحفيده أجاب هزم طاغين غدرا الجيش النظامي لمملكة أبابين ثم أنزل قواته في جزيرة الأرباب وحاوط قصر الملك من أجل تصفية الأباطرة ولكننا قاومناه بكل ما نملك من قوة ورغم هذا مات أكثر من نصف عائلتنا في تلك المعركة بينما استطاع النصف الآخر أن يهرب بعيدا كان جبار يصف الأحداث ببرود ولكن الجميع كانوا يعرفون بأن داخله يحترق أكمل قائلا وبعد أن هربنا من تلك المجزرة بحثنا في كل أرجاء أبابيل عن مكان آمن نتحصن فيه فلم نجد غير غابة مهجورة تقع بالقرب من قرية صغيرة آمنة يسكنها البشر اسمها الجساسة فقررنا أن نتخذ تلك الغابة مكانا لنا ثم ولكي أضمن أن أفراد عائلتي سيعيشون هناك من غير مفاجآت قمت بالاجتماع مع همام شيخ تلك القرية واتفقت معه على أننا لن نؤذي أحدا من أفراد قريته مقابل أن لا يتطفل أحد منهم علينا في الغابة فوافق على ذلك ولكنه اقترح علي أمرا ماذا اقترح عليك؟ سأل عاصف مهتما اقترح أن لا يستخدم أحد من أفراد عائلتنا قدراته الخاصة أمام أفراد قريته لكي لا نثير الانتباه إلى أننا مختلفون عنهم مما قد يتسبب لاحقا في اكتشاف طاغين لمكان إقامتنا وهكذا أصبحت تلك الغابة أرضنا وعشنا فيها زمنا طويلا بسلام التفت جبار نحو سرابي ثم وجه إليها كلامه ولكن بعد أن قررت جمان الارتباط بالمخلوق الطيني بحر والذي كان يعمل في السابق قائدا لمنظمة الجاثوم أصبحت الغابة غير آمنة بالنسبة لنا فقررنا مغادرتها والتشرد مرة أخرى للبحث عن مكان جديد نقيم فيه أخذ جبار نفسا عميقا ثم تابع بخذلان صحيح أننا مطاردون ومهددون بالخطر ونعيش الآن تحت الأرض حيث لا شمس ولا سماء ولا كرامة ولا كبرياء ولكننا على الأقل نعيش في أمان وهدوء ونحن لسنا مستعدين لترك مكاننا هذا من أجل المشاركة في حرب لا تعنينا وفي تلك اللحظة فقط شعر عاصف بأنه استطاع أن يضع إصبعه على مكان الجرح ماذا لو قلت لك بأنني سأعيد لعائلة الأباطرة قوتها ومكانتها بين الممالك المجاورة صمت قليلا كما لو أنه يريد اختبار وقع كلماته في نفس جده ثم أكمل متابعا ماذا لو قلت لك بأنني سأدعكم تعودون للعيش فوق سطح الأرض ملوكا مثل ما كنتم من قبل ماذا تقصد؟ الملك قال بثقة الملك مقابل مشاركتكم الحرب معي دهش جبار من ذلك العرض وتسأل ألا تطمحوا في أن تكون ملكا لأبابيل في حال انتصارك؟ لا فطموحي أكبر من ذلك بكثير وما هو طموحك أيها الفتاة إن كان ليس ملك أبابيل؟ وهنا التفت عاصف نحو سرابي وقال بطريقة مفاجئة طموحي هو أن أنجح في جعل هذه الفتاة تقع في حبي مثل ما أنا غارق في حبها تعجبت سرابي من ذلك الرد غير المتوقع وذلك الكلام الذي كان خارج سياق الموضوع تماماً وشعرت بحياء شديد الذي جرى لك؟ همست لا شيء غير أنني أحبك كان ذلك الموقف ربما يعمل على تذكير كبراء العائلة بما حدث سابقاً بين جمانا وبحر لذلك فإن جبار قال قاطعاً اللحظة العاطفية دعنا نعود لموضوعنا أيها الفتاة غير أن عاصف لم يكن منتبهاً فقد كان سارحاً في سرابي تدخلت الوزيرة خيزران عاصف ثم صاحت بصوت عالاً عاصف وحين التفت إليها قالت تبصق الكلمات من فمها جدك جبار يكلمك نظر عاصف نحو جده بخجاب وقال جبار عائداً للموضوع حتى لو أننا تحالفنا معك سيبقى طاغين يتجاوزنا بمراحل سيكون معنا حلفاء أخرون حلفاء قبائل الأشاوس عاد الاضطراب ينتشر بين كبراء الأباطرة للمرة الثالثة لقد كان من الصعب عليهم أن يصدقوا بأن قبائل الأشاوس قد تشاركه الحرب فمن المعروف عن تلك القبائل أنها تعتبر نفسها غير مهتمة أو معنية بكل ما يحدث في أبابيل رغم أنها جغرافياً تقع داخل حدود المملكة قال جبار هل أنت واثق من أن الأميرة أشاس ستشارك معك في الحرب؟ في الحقيقة هو لم يكن واثقاً من ذلك الأمر ولكن ثقته المطلقة في الحكيم وإكليل هي التي دفعته لأن يقول نعم كان جبار يعرف أن مشاركة قبائل الأشاوس ستكون مفيدة كثيراً في المعركة وأن حفيده ربما مع كثير من الحظ قد يستطيع تحقيق الانتصار وهكذا وبعد أن اتفق الطرفان على أن تستعيد عائلة الأباطرة الملكة مقابل تحالفها مع عاصف فإن جبار ضرب المنبر الصخرية بقبضة يده الضخمة وأعطى الأمر لوزيرته خيزران بتجهيز خيول الحرب المجنحة وإعداد صفوف الجيش ثلاثة وثلاثون وكخطوة أخيرة قبل اشتعال فتيل الحرب عاد عاصف وسرابي مع الشيطانة روزانا لقرية الجساسة من أجل رؤية الحكيم وإكليل والشمالي وإخبارهم بأنهما نجحا في الحصول على مساعدة الأباطرة ولكن عندما ظهر عاصف في البيت وفتش ببصره المكان لم يجد أحدا بانتظاره فأثاره ذلك الأمر أين هم؟ كان يجب عليهم أن يكونوا هنا في هذه اللحظة شه همست الشيطانة روزانا وهي تضع يدها عند فمها في إشارة لعاصف بأن يصمت ثم أغمضت عينيها وركزت جميع حواسها عند أذنيها وكأنها ترصد شيئا غريبا يحدث وحين تأكدت من الأمر بعد قليل فتحت عينيها وهمست بخوف القرية سألت سرابي ما بها تضج بجواسيس ناب الفيل يبدو أنه عرف فعلا بأمر زيارة سمو الأمير لعائلته وأصدر أمرا بالقبض عليه ثم اقترحت وهي تنظر باتجاه عاصف دعنا نرجع قبل أن يكتشف أحدهم أمر وجودنا لا أستطيع فربما يكون أصدقاؤنا في خطر يجب أن تختار يا سمو الأمير بينهم وبين العودة لجدك جبار حتى تقود حرب الانتقام بنفسك سأختار الخيار الثالث قال بتحدي ما هو سألت وهنا تدخلت سرابي والتي كانت تعرف كيف يفكر عاصف سيذهب للتفتيش عنهم وحين ينتهي سيعود ليقود حربه ستكون في خطر مميت أيها الأمير لو أن أحدا من الجواسي قطعها منهيا النقاش لا أستطيع أن أغادر من غير أصدقائي حتى لو كلفني ذلك إلغاء الحرب بأكملها بدأ عاصف وسرابي في طرح جميع الاحتمالات الممكنة لغياب الأصدقاء وتوصلا في الأخير إلى أن الحكيم وإكليل يملكان حجة مقبولة لغيابهم وذلك بسبب المسافة البعيدة لسلسلة الجبال المحرمة ولكن اختفاء الشمالي كان هو الشيء المقلق بالنسبة لهما وخصوصا بعد امتلاء القرية بالجواسيس فاقترحت سرابي ما يلي لماذا لا نتفقد آخر موقع ذهب إليه الشمالي؟ تقصدين مقابر القرية؟ نعم فربما نجد هناك خيطا يقودنا إليه التفت عاصف نحو روزانة وسأل هل تستطيعين أخذنا لهناك؟ لا أستطيع فأنا لا أملك أوامر بذلك سأذهب لتفقد الأمر بنفسي إذن قال ذلك ثم التفت يحادث سرابي ابقي هنا تحت رعاية روزانة ريثما أذهب وأعود وإياك أن تغادر هذا المكان مهما حدث هل تفهمين؟ سآتي معك قالت ضاربة بكلامه عرض الحائط ألم تسمعي روزانة وهي تقول بأن القرية ليست آمنة؟ وهذا ما يجعلني أصر على مرافقتك ردت بعناد لست مستعدا لأن أعرض حياتك للخط لم يكمل جملته تلك لأن السرابي تجاهلت كلامه واتجهت نحو الباب أزالت المزلاجة والتفتت إليه وسألت بمكر هل ستأتي أم أذهب للبحث عنه وحدي؟ كانت الشيطانة محقة في توقعاتها فقرية الجساسة كانت تعج بالكثير من الجواسيس الذين يمشطون الطرقات ذهابا وإيابا للتفتيش عن عاصف شعرت سرابي بالخطر فقالت بتوتر إنهم يملؤون طرقات القرية لا تقولي بأنك خائفة ألا يحق لي أن أخاف؟ لا يحق لك وأنا معك أحست سرابي بالخجل من ذلك الكلام فقالت لتغير الموضوع دعنا نواصل السير ووصل الاثنان السير باتجاه المقبرة متسللين بحذر شديد عبر دروب القرية الوعرة حتى لا يتم اكتشاف أمرهما مهتديين بضوء القمر في الرؤية ثم وبينما هما يسيران إذ صادفا ثلاثة من الجواسيس في طريقهما وكاد أن يتم اكتشاف أمرهما ولكن لحسن الحظ كانت هناك زريبة خشبية بالقرب منهما فاستطاع عاصف أن يدخل إليها بسرعة وأن يسحب معه سرابي قبل أن يلاحظهما أحد وما إن أصبح في الداخل حتى جعل عاصف يرسل نظراته نحو أولئك الجواسيس من خلال التشققات الصغيرة لخشب حائط الزريبة وعندما اطمأن إلى أنهم لم يلاحظوه أو هكذا ظن في البداية التفت نحو سرابي ليطمئن عليها فشاهد أمامه حمارين ينظران إليه بحب ويقولان له في نفس اللحظة كما لو أنهما يرددان أنشودا لقد كبرت أيها الجحش البشري وأصبحت حمارا فحلا عانقهما عاصف عناقا قويا يشي بفرحته ثم أخبرهما بأنه جاء للبحث عن صديقه وما إن عرف سامري بسبب مجيئه حتى قال له بأنه وزوجته شاهدا ليلة البارحة أشخاصا على ظهور أحصنتهم يوقفون شابا ما ويأخذونه معهم بالقوة هل تعرف ما هو اسم ذلك الشاب؟ لا أعرف فقد كانوا يتحدثون معه بلغة البشر كيف كان شكله؟ لا أذكر فالبشر جميعهم متشابهون في الأشكال ولا أستطيع أن أميز واحدا عن آخر وأنت لولا رائحتك الناتنا التي ما زالت علقة بك وأذكرها لما كنت أنا وزوجتي تعرفنا عليك كان طويلا بعض الشيء قالت قمرية وهي تحاول أن تتذكر يرتدي ثيابا واسع بيضاء يعلق سيفا على ظهره وكان يبدو شجاعا جدا وهو يحاربهم وحده رغم أنهم كانوا يفوقونه عددا وعده هل حاربهم وحده؟ وقد أشبعوه ضربا وأخذوه معهم أصيب بالفجيع عندما عرف ذلك الخبر والتفت نحو السرابي ليترجم لها ما قاله الحمارين ولكن السرابي كانت مجغولة بشيء آخر فقد كانت تراقب الجواسيس الثلاثة من خلال التشققات الصغيرة في الحائط الخشبي للزريبة وتبدو قلقة ومتوترة ما بك يا السرابي؟ أحد الجواسيس يحدق باتجاهنا أجابت بتوتر ألسق عاصف أذنه بحائط الزريبة مصيخا السمع لما يحدث بالخارج واستطاع أن يستمع لأحد أولئك الجواسيس الثلاثة وهو يقول لصديقيه الآخرين أقسم لكم إنني لمحت شيئا يدخل تلك الزريبة أأنت واثق فنحن لم نلمح شيئا قال الاثنان الأخران بشك سأتحقق من الأمر بنفسي قال الجاسوس وهو يسير نحو الزريبة لكي يبرهن لصديقيه صحة كلامه همست قمرية بعجل تحدث عاصف اختبئ أنت وهذا الذكر الذي معك قبل أن يراكم الجاسوس هذا ليس ذكرا يا قمرية إنها أنثى وكيف لي أن أعرف وهي ترتدي كل هذه الأقميشة فوق جسدها هذا الكلام غير مهم قطع سامري عليهم النقاش تعال معنا سوف نخبئكم لا همس عاصف فهؤلاء هم من أخذوا الشمالي ويجب أن أعرف منهم إلى أين ذهبوا به ثم نظر نحو سرابي وقال اذهبي معهما سيساعدانك في الاختباء ريث ما أنتهي دخل الجاسوس الأول للزريبة وقد انقضت مدة طويلة على بقائه بالداخل دون أن يخرج بنتيجة الأمر الذي أثار شكوك زميليه الآخرين صح عليه أكثر من مرة ولكنه لم يجبهما فقرر الذهاب لتفقده وما إن دخل الجاسوسان إلى هناك حتى سمح لهما ضوء القمر الخافت المتسلل بخفة من بين التشققات الخشبية لجدار الزريبة بأن يشاهد أمامهما كائنا طويلا وضخما يشبه وحشا خرافيا تشوع إحدى عينيه بلون أحمر قاتم ولديه في كل يد خمسة مخالب معقوفة ذات نهايات حادة وتبرز من فمه أربعة أنياب سيفية حاول كل واحد منهما النجاة ولكن الموت كان أسرع إذ قتل ذلك الوحش أحدهما وأبقى على الآخر حيا أرجوك لا تقتلني قال الجاسوس متوسلا لن أفعل إذا أجبتني سأجيبك يا سيدي عن أي شيء أين ذهبتم بالشمالي؟ ولن تقتلني بعد أن أخبرك أعيدك بالأمان تكلم طلبه الرئيس فأخذناه له أمسكه عاصف من تلبيب ثيابه وصرخ بوجهه وماذا بعد؟ صدقني هذا كل ما أعرفه هل هو حي أم ميت؟ لقد وعدتني بالأمان يا سيدي ولن أخلف وعدي أجبني هل هو حي أم ميت؟ قال الجاسوس لقد قتله ناب الفيل هزه عاصف بقوة حتى كاد يقتله اللعنة عليك ما الذي تقوله أنت؟ هذا ما حدث وأنا لا ذنب لي اقتربت سرعب دعوه يا عاصف لقد أعطيته وعدا بالأمان لقد أصبح لديه ثأر ثالث سيحارب العالم كله من أجل أخذه صحيح أنه لم يعرف الشمالية منذ مدة طويلة ولكن بعض الصداقات لا تحتاج لعمر طويل حتى تؤتي في مارها كان الشمالي صديقا وفيا لا يمكن للحياة مهما امتدت أن تعوضه عنه أراد أن يقتل الجاسوس لكنه في الأخير تركه يذهب وفاء للوعد الذي قطعه له غير أنه سيكتشف بعد قليل بأنه ارتكب خطأا فادحا حين سمح له بالذهب فقد عرف ذلك الجاسوس من خلال سرابي عندما نادت عاصف قبل قليل باسمه أن ذلك الشاب هو نفسه الشخص المطلوب والذي يفتشون عنه منذ مدة ذهب الجاسوس يركض بكل سرعته في طرقات القرية متجهن نحو الماردي مراقب قائد فرقة الجواسيس حتى يخبره بما يعرف أربعة وثلاثون بعد أن عرفا ماذا حل بصديقهم الشمالي تسلل الاثنان عائدين نحو البيت حيث الشيطانة روزانا بانتظار عودتهما في البداية لم يشعر عاصف بشيء ولكن الشك بدأ يتسرب لقلب سرابي بعد أن لاحظت اختفاء الجواسيس من الطرقات فجأة والسهولة التي كان يسيران بها في دروب القرية همست ألم تلاحظ شيئا غريبا؟ ماذا؟ الطرقات تكاد تكون خالي وهل كنت تريدينها مليئة بالجواسيس؟ لا ولكن أخاف من أن يكون خلف هذا الاختفاء المفاجئ أمر ما؟ لا تقلقي طمأنها لقد اقتربنا من البيت على كل حال انعطف الاثنان يمينا ثم سارى عبر زقاق ترابي ضيق ينتهي بمدخل الحي الذي يقع فيه البيت ولكنهما ما كادا أن يتجاوزانه بخطوات قليلة حتى حاوطت فرقة الجواسيس عليهم المكان من جميع الاتجاهات وأمروهما بعدم التحرك اقترب المارد مراقب منهما وهو يقول لما كن أعرف أن صيدك سيكون بهذه السهولة قال عاصف وهو يخفي سرابي بيده خلف ظهره من أنت وما الذي تريده؟ اسمي مراقب وأريد منكم أن تأتي معنا مسح بعينيه المكان مفتشا عن مخرج قد يستطيع أن يهرب هو والسرابي من خلاله ولكن الكثير جدا من الجواسيس كانوا يحيطون بالمكان ولا يدعون له فرصة ولو صغيرة للتفكير بالهرب لا تتعب نفسك قال مراقب فلن تستطيع مهما حاولت بدأ عاصف يفكر بالمواجهة ولكنه ملابث كثيرا حتى ركلت تلك الفكرة بعيدا عن رأسه ليس لأن فرقة الجواسيس كانوا أكثر منه فقط وليس لأنه يدرك استحالة التغلب عليهم بمفرده ولكن لأن السرابي ستكون أول من يتعرض للخطر في حال قرر الاشتباك سأتي معكم قال مستسلما ولكن هذه الفتاة لا شأن لكم بها ها الذين لا يملكون فرصة للمقاومة لا يضعون شروطا أنا من تبحثون عنه هذه الفتاة لا دخل لها سأتي معك قالت سرابي اسمتي أنت اسكتها عاصف ولكنها عاندة لست تفهم أننا جميعا في مركب واحد لست ذاهبا لكي أقضي وقتا ممتعا هناك سأتي معك للجحيم وما دخلك أنت لتواجه الموت معي هل تظنين أن الموت لعبة؟ لأنني لأنني ترددت قليلا ثم قالت لأنني آتم بك وأنا لا أريدك أن تتعرض للخطر لأنني أحبك أعلق مراقب ساخرا واقع في الحب ومنظرك يدعو للشفقة من أخبرك بأن الحب يجعل منظر الشخص يدعو للشفقة؟ منظرك الذي يوحي بأنك قد تبلل ثيابك من الخوف هو من أخبرني أن لست خائفا منك أو من أعوانك الذين معك أعرف قال مراقب أنت خائف على هذه الفتاة التي تواريها خلف ظهرك وتحاول حمايتها وهذا بالضبط ما يدعو للشفقة تخيل لو أنها ليست معك ألم تكن لتقاتل في هذه اللحظة وتموت شجاعا كما يموت الأبطال بدلا من أن نأخذك لناب الفيل وتموت هناك ذليلا كما تموت الخراف لم يتكلم عاصف وظل صامتا أكمل مراقب حربه النفسية حتى إنها لا تحبك اسكت أنت صاحت سرابي منفعلة أثبتي له خطأ كلامي انظر إليه وقولي بأنك تحبينه نظر عاصف نحوها فأشاحت بنظرها للبعيد مما أكد له بأنها لا تحبه معها حق في أنها لا تحبك فأنت مخلوق مختلف عنها وصل مراقب حربه النفسية ولماذا عساها تقع في حب مخلوق مختلف عنها كليا وحش قد يغضب منها يوما ويأكلها بأنيابه أو يمزقها بمخالبه مثل ورقة إنها تعلم بأنك لا تصلح لشيء غير أن تكون كلب حراسة لها أما حين تقرر هي الوقوع في الحب فستختار شخصا من جنسها البشري همست سرابي في أذنه لا تستمع إليه إنه يريد فقط أن قطعها عاصف قبل أن تكمل لن أكون حزينا لو أنها أحبت مخلوقا بشريا المهم أن تكون سعيدة فراء تقوله لتواسي به نفسك قال مراقب برود أنت أصغر من أن تعرف كيف يكون الحب الحقيقي بلى أعرف قال بسخرية يكون من طرف واحد مثل قصة الحب التي تعيشها أنت أنا أحبها للحد الذي أريدها فيه أن تكون سعيدة وآمنة نعم أتمنى من كل قلبي لو أنني كنت ذلك الشخص المحظوظ الذي سيوفر لها كل ما تحتاج إليه ولكن لو كانت سعادتها مع شخص آخر فسأكون مبتهجا وسعيدا وراضيا من أجلها لم يعرف مراقب كيف يرد فصاح منسحبا ذلك النقاش ألستأتيان معنا أم نستخدم القوة في أخذكما؟ كان الوضع خطيرا فقد يتم إلغاء كل شيء في حال استطاع المارد مراقب إلقاء القبض عليهما ولكن يبدو أنه لا يوجد طريق آخر غير الاستسلام كاد عاصف أن يفتح فما ليقول بأنهما سيأتيان معهم طوعا دون الحاجة لاستخدام القوة ولكنه قبل أن يتكلم كان هناك من يتخاطر معه في تلك اللحظة أصمد مكانك أنا أتار في الطريق إليك فابتسم أسعيد لأنك ستأتي معنا؟ سأل مراقب وهو يشاهد الابتسامة بل سعيد لأنك لن تغادر هذه القرية حيا ماذا تعني؟ هل اخترت المواجهة؟ بالضبط لن تستطيع مواجهتنا وحدك من قال بأنني سأقوم بمواجهتكم وحدي؟ هل ستقاتلنا أنت وهذه البشرية الضعيفة إذن؟ تحولت عينه اليسرى للون الأحمر القاتل وقال انظر خلفك يأتك الجواب وعندما نظر المارد مراقب وجميع الجواسيس للخلف شاهدوا في الهواء امرأة لها شعر غجري أسود اللون يتخلله بعض خصل الشيب الرمادية وبشرة ضيضاء مجدودة مثل جلد حصان سباق تمتلك ملامح وجه هادئة تشبه وقت غروب الشمس تقف بجوارها كبرى جن سوداء شكلها مخيف لها رأس مسطح مثل صفيحة درع إغريقية وعينان باردتان يشع منهما بريق الموت ولسان محيل متشعب لونه مثل لون جلدها تقوم بإخراجه من وقت لآخر بينما تصدر فحيحا مرعبا استعد عاصف للمشاركة في المعركة ولكن تارق ترحت شيئا آخر خذ الفتاة بعيدا من هنا أنا وتاش سنتكفل بالأمر حملها بين ذراعي ولكن قبل أن يغادر تكلمت جدته لماذا لم تخبرني عن أمر هذه الفتاة يا عاصف لأني كنت أعرف بأنك ستغضبين مني لو أنني أخبرتك هل فعلا تحبها؟ نعم أحبها تبا لك ما أغباك ألم يثمر فيك تعليمي؟ قد حدث الأمر رغما عني ألم أعلمك أن تأخذ حاجتك من النساء ثم تحذفهن بعيدا؟ سرابي ليست كبقية النساء وما الفرق؟ جدتي ما هذا الكلام؟ أخبرني ما الذي يجعلها غير بقية النساء وهنا قال عاصف بمشاعر مختلطة بين التوتر والخجل والغضب ما رأيك في أن نترك أمر هؤلاء الجواسيس جانبا ونتعارك أنا وأنت؟ هل تريدين ذلك؟ هل هذا ما جئت إلى هنا من أجله؟ تدخلت تارة معه حق دعينا ننتهي من هؤلاء الجواسيس أولا سأتفاهم معك بعد أن ننتهي من أمر هؤلاء الحمقى أيها الأحمق الغبي قال التاج ذلك ثم بدأت المعركة وقد شكلت هي وتارة ثنائيا لا يقهر في مواجهة الجواسيس بينما قام عاصف بإبعاد سرابي عن ساحة القتال وربما كان انشغال تاج وتارة في العراق كان هو السبب الذي جعلهما يغفلان عن ملاحظة المارد مراقب وهو يتسلل ذاهبا خلف عاصف قال عاصف وهو يحمل سرابي ويركض بها نحو البيت سأطمئن عليك عند روزانة ثم أعود لمساعدة تاج وتارة ستكوناني بخير لا تعود إليهما لست أنا الذي يترك أصدقاءه خلف ظهره ويهرب أعرف لكن أخاف عليك من الاشتباك في تلك المعركة قال وهو لا يزال يحملها بين يديه وينعاطف بها يمينا وفر خوفك للوقت الذي نبدأ فيه القتال ضدنا بالفيل وهل ستشارك معهم في القتال؟ وهل كنت تظنين أنني سأقف متفرجا بينما يأخذ الآخرون بثأري؟ صمتت قليلا وكأنها كانت مترددة في إخباره بالأمر الذي كانت تفكر به سأخبرك بشيء عن تاج عندما نصل للبيت قالت متشجعة أعرف ما الذي ستقولينه لي حقا تعرف؟ يبدو أنك تتساءلين لماذا كانت غاضبة بشأنك قبل قليل؟ لا هناك شيء آخر ترددت سرابي قليلا ثم باحت أظن أنها هي المرأة التي رأيتها تطلق كادت أن تقول له بأن تاج هي تلك المرأة التي رأتها تطلق السهم من عند النافذة وتقوم بقتل والده بحر ولكنها قبل أن تكشف له عن السر كانت هناك قذيفة قوية قد وجهت لرأس عاصف من الخلف جعلته يفقد توازنه ويسقط أرضا لم يلتفت ليرى مصدر الضربة بل قفز نحو سرابي ليتحقق من أنها على ما يرام قال لها وهو يجد صعوبة بالغة في البقاء متوازنا أهل تأذيتي؟ رفعت رأسها لتخبره بأنها بخير ولكنها ما كادت تنظر باتجاهه حتى اتسعت عيناها من الخوف وصاحت بكل صوتها تحذره مما هو قادم من الخلف إليه انتبه خلفك لم يتمكن عاصف من الالتفاف فقد أصابته قذيفة غادرة أخرى في الجزء الخلفي من رأسه جعلته يسقط على وجهه فاقدا وعيا تشجعت سرابي وراحت تهاجم المارد مراقب وحدها ولكنه استطاع بكل سهولة أن يطبق عليها من عند عنقها ويرفعها عاليا سادا عليها بقبضته مجرى التنفس حاولت أن تستنجد بعاصف ولكنه كان لا يزال فاقدا الوعي ولم ينتبه عليها وهي تنفذ أنفاسها الأخيرة معلقة في الهواء بوسطة ذراع المارد مراقب تحاول تخليص عنقها من حصار قبضة يده ولكن من دون فائدة حركت بؤب أي عينيها لتنظر نحو عاصف الممدد أرضا مدت إليه يدا وكأنها تريد لمسه لآخر مرة في حياتها ولكن يدها كانت أقصر بكثير من أن تصل إلى وجهتها أغمضت عينيها استعدادا للرحيل فرأت في الظلام أمها فيروز وهي تنظر إليها مبتسمة وتقول أقد اشتقت إليك يا ابنتي وأنا أيضا اشتقت إليك يا أمي تعالي معي قالت ذلك ثم أمسكتها فيروز من يدها وسارت بها في فضاء مظلم ينتهي ببقعة ضوء بيضاء تشبه بقعة ضوء صغيرة في نهاية نفق مظلم إلى أين؟ سألت سرابي بفضول حيث أصبحت أقيم في العالم الآخر ولكن قبل أن تبتعد الاثنتان كثيرا توقفت سرابي لحظة وكأنها تذكرت أمرا مهمة قالت وهي تفلت يد والدتها لحظة أريد أن أقول لعاصف شيئا قبل أن أذهب معك فتحت عينيها بصعوبة وهي لا تزال معلقة في الهواء بواسطة ذراع المارد مراقب كان جسدها قد أصبح عاجزا تماما بسبب نقص الأكسجين ولا طاقة فيه لمزيد من المقاومة كل ما استطاعت فعله هو أن تعيد تحريك بؤب أي عينيها نحو عاصف وتقول له بصوت مختنق أحبك يا عاصف أنا أحبك وفي تلك اللحظة فقط فتح عينيه وكأن تلك الكلمة استطاعت أن توقظه من سباته العميق اختفى من مكانه ليظهر فجأة خلف المارد مراقب غرس أنيابه الصيفية في عنقه مما جعله يفلت سرابي من قبضة يده اشتبك الاثنان في معركة ضارية كان فيها عاصف أقوى بكثير من أي مرة خاض فيها نزالا من قبل ورغم ذلك إلا أنه لم يتمكن من إيقاف مراقب واستمرت المعركة بينهما لبعض الوقت حتى جاء التاج دعه لي يا عاصف قالت وهي تأخذ مكانه في القتال تنحى عاصف جانبا وذهب ليرى سرابي التي كانت ممددة أرضا لا تتحرك قام بهزها من كتفها ولكن دون فائدة همس لها عند أذنها بهدوء كما لو أنه يحاول إقناعها بشيء ما سرابي لا تموت ولكنها لم تستجب فأمسك رأسها بكلتا يديه وصاح أرجوك لا تذهبي أنت أيضا قولي شيئا يا سرابي 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 اقتربت منه تارا وقالت أعطيها قبلة الحياة ماذا؟ يجب أن يصل الهواء إلى أعضائها الداخلية وإلا فستفقدها شعر عاصف بالغرابة وهو يسمع ذلك الكلام فقالت تارا ستموت الفتاة بسرعة انفخ في فمها ووضع شفتيه على شفتي سرابي أغمض عينيه بسبب الخجل وجعل ينفخ الهواء ببطء في فمها لمرة ولمرتين ولثلاث مرات حتى بدأ صدرها في التحرك ارتفاعا وانخفاضا هذا يكفي قالت تارا ولكن عاصف لم يكتفي وظلت شفتاه ملتصقتين بشفتيها عاصف هذا يكفي كررت تارا لكنه لم يتوقف فصاح التاج عليه أخيرا بعد أن انتهت من أمر المارد مراقب هذا يكفي أيها الأحمق لقد أصبحت فتاتك بخير فتحت سرابي عينيها بعد أن بدأت تستعيد وعيها ما الذي حدث؟ قال وهو يحتضنها لقد ظننت أنني خسرتك جابت وهي تلف يدا على عنقه لن تخسرني أبدا قال التاج بنبرة صوت تدل على أنها ليست راضية عما يحدث هل تريداني منها أن نغادر المكان لكي نفسح لكم المجال أكثر؟ شعرت سرابي بالخجة فحررت عنق عاصف بينما قالت تارا يجب أن يأتي جيش الأباطرة في أسرع وقت فالأخبار لن تلبث طويلا حتى تصل طاغين وحينها سيأمر بتحريك كل جيوشه ضدنا سأل عاصف أين تتوقعين أن تكون المعركة يا تارا؟ أظن أنها ستكون هنا في قرية الجساسة ثم سألت هل ستشارك قبائل الأشاوس معنا؟ لا أعلم فالحكيم وإكليل لم يعودا من هناك بعد علقت تاج بقلق سنحتاج لمعجزة حقيقية لننتصر في حال امتنعت قبائل الأشاوس عن المشاركة بدأ عاصف متوترا من سماعه ذلك الكلام فقد اقترب موعد المعركة فعلا ولم يرجع إكليل والحكيم من هناك بعد ماذا سيحدث له ولحلفائه إن كانوا أقل قوة وقدرة من المواجهة؟ أمسكت سرى بيده وقالت لا تقلق كل شيء سيكون بخير لم يعلق وسار بصمت وشرود نحو بيوت قرية الجساسة إلى أين؟ سألت لإخلاء القرية من السكان يجب أن نقلص خسائرنا بأكبر قدر ممكن نعدت سرى بالمتعبة وسارت خلفه تتبعه باذلة جهدا كبيرا في التوازن من مهلا سآتي معك؟ تسألت تارة بلطف إنها تحبه كثيرا أليس كذلك يا تاج؟ أعيدك بألا يستمر هذا الحب طويلا التفتت تارة نحوها وتسألت بقلق ما الذي تخططين لفعله هذه المرة؟ لا شيء قالت تاج وصمتت خمسة وثلاثون قاد جبار جيش الأباطرة من خلال البوابة التي فتحتها لهم الشيطانة روزانة وبدأ المقاتلون في التدفق لأرض الجساسة ممتطين صهوات خيول الحرب المجنحة واحتاج الجيش وقتا طويلا حتى استطاع العبور بشكل كامل لتصبح القرية لاحقا أشبه بخلية نحل حية قامت الوزيرة خيزران بتوزيع الجيش إلى خمسة أقسام رئيسية رأس وميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة وكانت تردد بصوت عالم من وقت لآخر بينما تقوم بإنزال القوات منازلها لا نتوقف عن القتال حتى نسقط أرضا ونموت والمقاتلون كلهم من غير استثناء يرددون خلفها أما جبار فقد كان طوال الوقت يحاول تجنب لقاء زوجته تاج ويحاول كل ما صادفها في طريق أن يذهب من طريق آخر ولكن في إحدى المرات قالت له تاج قبل أن يستدير ويصد عنها متى ستعترف بأنك كنت مخطئا في الحكم علي يا جبار التفت إليها وقال كمن يعتذر طاغين آلمني كثيرا يا تاج ولماذا تعقبني بذنب غيري ألم تكون أنت من كان يخبرني بأنه لا يسعى للانقلاب ضدي لقد كنت ضحية مثلك وقد كذب علي أخي طاغين مثل ما كذب عليك ثم أضافت وهي تحني رأسها احتراما وتقديرا وتكمل حديثها بنبرة صادقة ولكن انظر إلي اليوم يا سيدي ومولاي أنا في صفوف جندك أستعد للتضحية بنفسي من أجل أن تستعيد ملكك وعرشك أو مألها جبار برأسه دليلا على رضاه ثم همز بعد أن نستعيد الملك نعود للعيش في جزيرة الأرباب حيث قصر مملكة أبابيل مثل ما كنا فيما مضى ثم أضاف مداعبا وهو يربط على شعرها بحنو وربما نرزق بمولود ذكر يكون نائبا لعرش أبيه شعرت تاج بالكثير من السعادة لسماعها ذلك الخبر وابتسمت مثل طفلة يخبرها والدها بأنه سيقوم باستحابها إلى السوق لشراء الحلوى بعد الانتهاء من أداء واجباتها اليومية قالت بأمل هل تظن أن أساطير قد يعود عندما يصله خبر استعادتك الملك؟ ذلك الولد العاق غمغم جبار ثم أضاف بغضب ما حاجة به في الرخاء إن لم يكن عونا لي في الشدة قام عاصف بإدخال سرابي للغرفة القديمة التي كان ينام فيها مع أمه عندما كان صغيرا وقال لها بحزن ستبقين هنا ريث ما تنتهي هذه الحرب ولكن الجميع سيشاركون معك في هذه الحرب لماذا أنا الوحيدة التي لا تريد مساعدتها؟ أمسك رأسها بكلتا يديه وقال بقاؤك بخير لهو أكبر مساعدة قد تقدمينها لي يا سرابي لذا أرجوك كوني بخير من أجلي وأنت؟ قالت برجاء هل تعيدني أن تكون بخير؟ لا أستطيع أن أعيدك بذلك لماذا تقول هذا؟ إنها حرب كبيرة تلك التي نستعد لخوضها ولا أحد يستطيع أن يضمن الخروج منها كنت على الأقل تستطيع أن تقدم لي وعدا زائفا بالعودة بدلا من هذا الكلام المخيف لم أعتد على تقديم وعود زائفة ثم أردف هل ستصغين لطلبي؟ لم تكن راضية ولكنها في الأخير أومأت برأسها موافقة ثم وقبل أن يغادرها ليأخذ مكانه في الجيش أطال النظر إلى عينيها اللامعتين مثل بحيرة صافية والقلقتين مثل عيني سنجاب مرعوب تأمل تفاصيل وجهها الجميل كما لو أنه يريد الاحتفاظ لنفسه بنسخة من ملامحها في أدراج ذاكرته فيظل يتذكرها دائما حتى لو أنه مات في المعركة طبع قبلة على جبينها ثم قال أحبك صمت ينظر إليها معتقدا أنها قد تبادله تلك الكلمة ولكنه كان مخطئا سأنتظرك حتى تعود من حربك سالما ثم أقولها لك قالت برجاء أعيدك إذن بأن أبذل قصارى جهدي حتى أعود إليك قال بشغف لم تشرق شمس اليوم التالي حتى جاءت عيون الأباطرة التسعة من أقاص قرية الجسازة تنقل إليهم الأخبار باقتراب جيش الأعداء سيد جبار إن طاغين يقود جيشا ضاربا باتجاهنا إنهم كثر ولم يسبق أن شاهدنا جيوشا بتلك الضخامة والعتاد من قبل التفت جبار نحو عاصف يسأله لماذا تأخرت قبائل الأشاوس عن الوصول؟ لا أعرف أجاب بحيرة لم يصلنا ردهم بعد لم يصل كماذا؟ قال جبار كمن ضربته صاعقة وأضاف هل هذا يعني أنك لا تعرف إن كانوا سيشاركون معنا أم لا؟ لم يجب عاصف وظل صامتا فصرخ عليه جده أجبني لعنك كالآلهة لقد أرسلت لطلب التحالف معهم ولكن لم يصلني ردهم بعد ولماذا أخبرتنا بأنك قد حصلت بالفعل على موافقتهم؟ هل كنت تكذب علينا؟ ظننت أنني سأحصل عليها ظننت؟ هل تعتقد أن الحرب دعابة أيها المتهور لتقول ظننت؟ تجعلني أشارك بكل أفراد العائلة ثم تقول بأنك ظننت؟ أي قائد حرب أبله أنت؟ لقد سنتك بالجميع حتى إنني أحضرت الإناث للمشاركة ستقضي علينا أيها المتهور تدخلت الوزيرة دعنا ننسحب يا مولاي ما زال أمامنا متصع من الوقت لن نستطيع يا خيزران يلزمنا الكثير من الوقت حتى ينسحب كامل الجيش قد يصل طاغين في أي لحظة وحينها ستكون فرصة سهلة بالنسبة له لكي يقتل الذين لم يتمكنوا من الانسحاب ننجو ببعضنا أفضل من أن نهلك جميعا يا سيدي وقد تبعوني إلى هنا لأنهم يثقون بي قال ذلك وهو يشير بإصبعه نحو أفراد عائلة الأباطرة ثم تابع بحسب ولن أعرب وأترك خلفي واحدا منهم يواجه الموتى بمفرده ماذا سنفعل إذن؟ لا خيار أمامنا غير الحرب قال ذلك ثم ضرب خاصرة حصانه بقدميه ليخفق الحصان بأجنحته ويرتفع عاليا عن الأرض هتف ملوحا بيده الضخمة وهو ينظر نحو جيشه النصر للأباطرة فردد جميع المقاتلين خلفه النصر للأباطرة لم يمضي وقت طويل حتى بدأ الجميع يسمعون رفرفة أجنحة في الهواء قادمة من البعيد جعلت الأرض تهتز من تحت أقدامهم وعندما نظروا باتجاه الأفق شاهدوا في الهواء جيشا استطاعت مقدمته فقط أن تحجب نجم الشمس من السماء لقد وصل الموت ستة وثلاثون استفى الجيشان بعضهما مقابل بعض وقد كانت جيوش الملك طاغين وحلفائه من الممالك المجاورة تفوق بكثير الأعداد المتواضعة لجيش الأباطرة اقتربت ساعة البدء إذن وبدأت الهزيمة تطوف فوق الرؤوس كتب طاغين رسالة سرية في رقعة من الجلد ختمها بختم مملكة أبابيل وكلف رسولا يحملها لجبار سار الرسول مقتربا حتى توقف على مقربة من جيش الأباطرة ثم صات بطريقة مستفزة وهو يلوح برقعة الجلد جئت أحمل رسالة من جلالة الملك إلى المدعو جبار الأباطرة تقدم نحو الرسول فوق صهوة حصان حربه المجنح وقد كانت تلك الإهانة بالنسبة إليه تعني بداية الحرب ماذا لديك؟ سأل بكبرياء همس الرسول مجيبا وهو يمد رقعة الجلد المطوية جئت أحمل إليك ولأفراد عائلتك الحياة فتح جبار رقعة الجلد المطوية تلك وقرأ ما جاء فيها سلم لنا عاصف تنتهي هذه الحرب كانت صفقة بسيطة وسهلة وقد جاءت في التوقيت الصحيح ولكنها وصلت ليد الشخص الخطأ فصحيح أن تقدم في العمر جعل من كبير الأباطرة أكثر ميلا للسلام والرخاء والهدوء وأصبح في مقدوره تقديم تنازلات كثيرة مقابل حياة آمنة له ولأفراد عائلته ولكن التقدم بالعمر لم يصل به بعد لأن يصبح نذلة طوى جبار رقعة الجلد بعد أن فرغ من قراءة ما جاء فيها وأرسل نظرة خاطفة نحو طاغين المتحصن خلف جنوده والمبتسم الواثق من نجاح صفقته ثم نظر نحو الرسول وتمتم فالجئة تحمل إلينا الذل والعار وفجأة رفع قبضته الضخمة عاليا وهدف النصر للأباطرة ثم قام بقطع رأس الرسول معلنا بذلك اندلاع الحرب اشتبك الجيشان في ملحمة كبرى كانت تعني لكل الطرفين البقاء أو الفناء لم يشارك الملك طاغين في القتال وظل متحصنا خلف جوقة من خيرة ساحراته المقاتلات يراقب بثقة أحداث سير المعركة بينما كان جبار في الطرف الآخر يحارب بكل ما يستطيع من قوة أبل التاج وتارى بلاء حسنا هذه المرة أيضا كثنائي لا يقهر في القتال جنبا إلى جنب أما عاصف فإنه كان يحارب بكل بسالة وهو يشق طريقه نحو الأمام متجها لقلب جيش العدو كانت المعركة تسير بشكل غير متكافئ تقريبا بل غير متكافئ بشكل نهائي فقد كانت الكفة ترجح دائما لمصلحة الملك طاغين وحلفائه من الممالك المجاورة فبالإضافة للقوة الكاسحة كانت أعداد جيشه كبيرا جدا للحد الذي ربما يهجم فيه أحيانا عشرة من جنوده أو أكثر على فرد واحد فقط من مقاتلي جيش الأباطرة رغم الهزيمة الساحقة التي كانت ستلحق بعاصف وحلفائه الأباطرة عاجلا أم آجلا إلا أنهم لم يستسلموا وواصلوا القتال بكل شجاعة لاحظ جبار حفيده المتهور وهو يقاتل شاقا طريقه لقلب جيش الخصم فعرف الخطة التي يفكر بها زحف مقتربا منه واصات عليه قائلا إلى أين تخال نفسك ذاهبا أيها المتهور قال عاصف وهو مستمر في القتال لإنهاء هذه الحرب وكيف ستقوم بإنهائها بقتل طاغين وهل تظن أن قتله سيكون بهذه البساطة لا أعرف ولكنني سأخبرك بعد أن أجرب هل ترى الساحرات اللائي يصطففن حوله إن أضعف ساحرة منهن تستطيع هزيمتك بسهولة يجب أن يقوم أحدنا بقتله لأننا إن لم نفعل سنهلك جميعا اقتربت منهما خيزران قاطعة عليهم الجدال لتنقل إليهما تقرير سير المعركة بدأ جيش طاغين يطوقنا من الجهة اليمنى مصيبة قال جبار لو استطاع جيشه تطويقنا فستكون هزيمتنا ساحقة سأل عاصف الذي لم تكن لديه خبرة في إدارة المعارك ماذا تقترحين أن نفعل يا خيزران؟ يجب أن نجد طريقة لنكسر بهذلك الطوق قبل أن يتمدد ويلتف على كامل جيشنا صحيح أن جبار كان يقاتل بشراسة منذ بداية المعركة غير أنه أيضا كان يحاول أن يبقي نفسه آمنا قدر المستطاع وذلك لكي يصبح في مقدوره تسلم الملك في حال حدثت المعجزة وانتصر ولكنه الآن يدرك أن الهزيمة ستلحق بأفراد عائلته إن لم يتصرف بسرعة وينقذ الموقف نظر نحو خيزران وقال احمي ظهري ماذا ستفعل؟ سأكسر الطوق قبل أن يتمدد هذه ليست فكرة جيدة يا سيدي لو لم أفعلها فسيموت الجميع ولن ينجو منا أحد في جميع الأحوال سنموت جميعا فلتبق أنت لآخر المعركة لكي أموت مرتين مرة بالحزن على موت الجميع ومرة على يد طاغين كادت خيزران أن تقول شيئا ولكن جبار أسكتها إنه آخر طلب أطلبه منك إحمي ظهري قال ذلك ثم ركل خاصرة حصان حربه المجنح بكعبي قدميه وانطلق نحو ذراع الطوق الأيمن لجيش العدو وما هي إلا لحظات حتى نجح وحده في إيقاف زحفهم عن التقدم وجعل يجندلهم واحدا تلو الآخر انتبه التاج لذلك فلم تصدق ما الذي يفعله جبار هناك؟ لقد حاولت منعه قالت خيزران يجب أن نخرجه تمتم التاج بينها وبين نفسها ثم نظرت نحو تارا وهتفت استعدي سنقدم المساعدة لجبار لا قالت تارا بشكل قاطع يجب علينا أن لا نترك أماكننا فبهذه الطريقة ستعم الفوضى ويجد الأعداء ثغرة في قلب جيشنا ليهجم علينا من خلالها فليذهب جيشنا للبراز المهم هو أن لا يموت جبار قالت خيزران متدخلة التزمي بمكانك يا تاج هل واصل بك الحمق لتصدري لي أمرا يا خيزران؟ هل نسيتي من أنا؟ لم أنسى ولكن أتمنى أن لا تنسي أنت أيضا أن سلامة الجيش وأفراده مسؤوليتي ولماذا لم تمنعي جبار من الذهاب إلى هناك؟ لقد عصى أمري وذهب تفرج علي إذن وأنا أعصي أمرك وأذهب كاد التاج أن تذهب ولكن تارى أوقفتها لن يكون جبار مسرورا وهو يراكي إلى جانبه ولكنه سيموت إن لم نقدم له المساعدة لقد اختار مصيره أنا سأذهب قال عاصف متدخلا لا منعته خيزران سقوطك أنت وسيدي جبار في وقت واحد يعني سقوط الجيش بأكمله لم يتمكن أحد من الذهاب لمساندة جبار وبقي وحيدا يصد بمهارة عالية كل من يحاول الوقوف بوجهه قتل الكثير 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 منهم حتى إن جرمي وزير حرب الملك طاغين لم يتمكن من الصمود أمامه لدقائق معدودة وهو الذي كان يعد واحدا من أشد المقاتلين بأسا وقوة وعندما طفح الكيل وأصبح وجود جبار هناك يشكل عائقا حقيقيا فإن الملك طاغين قام باستدعاء عميدة قرية الساحرات شواهر وقال جبار لن يموت إلا غدرا فأومأت له برأسها وذهبت سبعة وثلاثون كان الجميع منشغلين بالقتال عندما سمعوا صيحة كانت تشبه صيحة النفخ في الصور وعندما التفتوا نحو مصدرها شاهدوا جبار وقد اخترق ظهره رمح طويل مصنن أسود اللون اشتعلوا رأسه بلهب بنفسجي وقد نفد من الجهة الأخرى لجسده وبالرغم من أن تلك الضربة كانت القاضية إلا أنه لم يسقط وظل يحارب بعضها أيضا غير أنه كان من الواضح جدا للجميع بأن دفاعاته انخفضت لحد كبير وبأنه لن يصمد كثيرا حتى يسقط وينتهي كان الموقف حرجا للغاية ويتطلب تدخلا سريعا لرفع وتحسين روح معنوية لمقاتلي الأباطرة فمنظر كبيرهم جبار وذلك الرمح السحري مغروس في جسده قد نجح في بث الرعب بقلوبهم وإحباط معنوياتهم القتالية حتى إن تاج وهي تاج لم تفعل شيئا عدا أنها اكتفت بالسقوط أرضا على ركبتيها من هول الفاجعة وأمسكت رأسها بكلتا يديها ثم همست بخوف شبار الوحيد الذي لم يقف مكتوف اليدين هو عاصف فقد قذف بنفسه بكل تهور للمكان الذي يقف فيه جده من غير أن يحسب حسابا للعواقب تكالبت الأعداء عليه ولكنه استطاع باستخدام الحقد المتفجر في قلبه أن يقف في وجههم لبعض الوقت متحديا ما الذي جاء بك أيها المتهور؟ سأله جبار بصوت مرهق لكي أخرجك من هنا اتركني واذهب أستطيع أن أحمي ظهرك لبعض الوقت هيا لا نترك لهم شرف قتلك قال عاصف بعناد ذلك الفتى همست خيزران باستياء تحادث نفسها وهي تشاهد عاصف يقفف بنفسه للتهلك تلفتت حولها وكأنها تبحث عن حل لإخراجه من هناك ثم هتفت منادية آياتها الشيطانة روزانا جاءت الشيطانة روزانا تلب النداء سيدتي اذهبي لتأمين خروج آمن لعاصف وسيدك جبار أمرك قفزت الشيطانة لحزام الموت من أجل محاولة تأمين الخروج الآمن لهم وفعلا نجحت الخطة لحد كبير فقد تمكنت روزانا من مشاغلة الأعداء لبعض الوقت ريث ما يقوم عاصف بإخراج جده المصاب من تلك المنطقة ولكن قبل أن تكتمل خطة الخروج الآمن وبشكل نهائي أمسكت الساحرة شواهر رمحا سحريا آخر كان رأسه مشتعلا بنار بنفسجية وبدأت بتصويبه نحو هدفها الثاني انتبهت إليها الوزيرة خيزران ولكنها لم تتمكن من صنع شيء فقد كانت هي الأخرى منشاغلة في صد تقدم الأعداء وكل ما استطاعت فعله في تلك اللحظة هو أن تتمنى من كل قلبها أن يحدث شيء أي شيء يمنع ذلك الرمح من إصابة عاصف أرجعت الساحرة شواهر يدها الممسكة بالرمح للوراء بقدر ما تستطيع حتى يكون اندفاعه قاتلا أغمضت عينا وصوبت بالعين الأخرى على الهدف عضت على لسانها مستخدمة لثتها الخالية من الأسنان أخذت نفسا عميقا بواسطة أنفها الكبير ثم وقبل أن تقذف الرمح ذاك باتجاه عاصف حدث شيء ما لم يكن أحد يتوقع حدوثه اندلعت فجأة من السماء نار حارقة قضت دفعة واحدة على الساحرة شواهر نظر الجميع لمصدر اللهب فشاهدوا طائرا ضخما أحمر اللون له جناحان طويلان وذيل يشبه ذيل الطاووس وكان يستريح على متنه فأر يمتلك لحية طويلة تشبه لحية عنز فحل يا سلام رائحة شواء اللذيذ قال الحكيم وهو يستنشق رائحة الحريق المنبعثة من جسد الساحرة شواهر المتفحم والملقى أرضا ثم أضاف وهو ينظر نحو الجثث التي ملأت ساحة المعركة يبدو أننا تأخرنا كثيرا عن الاحتفال صحيح أن عاصف كان مفجوعا بسبب الإصابة التي تعرض لها جده ولكنه لم يستطع منع نفسه من أن يبتسم عندما شاهد أخيرا صديقيه إكليل والحكيم واطمأن إلى أنهما بخير كما أنه لم يستطع أيضا إخفاء انبهاره عندما نظر للبعيد وشاهد قبائل القناطير التي تغطي بأعدادها الضخمة مغرب السماء ومشرقها وهم يحلقون بأجنحتهم خلف أميراتهم آشاس في استعراض عسكري مهيب انشق أحد القناطير عن السرب وراح يحلق مقتربا من النقطة التي يقف فيها عاصف ثم وبعد قليل تبين بأن هناك كائنا بشريا أسود اللون يجلس على متنه ورغم أن الكائن ذاك كان يمتلك طولا وعرضا لا ينبغي لمخلوق بشري أن يمتلكهما إلا أنه باد ضئيلا جدا وهو يستريح فوق جذع القنطور ابتسم كاشفا عن أسنان ناصعة البياض بينها سن واحدة ذهبية اللون وقال بلطف كأنه يلاعب طفلا صغيرا لا تزالين حمقاء أيتها القملة الصغيرة المزعجة قال عاصف بامتنان ودموع الفرح تتسلق حباله الصوتية لقد تأخرت وخفت أن لا تأتي قال أيوب وهو لا يزال متسما الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه يا ولد ثم ذهب ليأخذ مكانه أحدثت تلك التعزيزات فرقا كبيرا في ميزان المعركة فقد بدأت قوات الملك طاغين وحلفائه تنحسر وتتراجع للوراء بعد أن كانت تصحف متقدمة نحو الأمام من غير أن يستطيع أحد إيقافها هتف عاصف يحادث الحكيم الذي كان يجلس على متن إكليل أريدك أن تذهب للبقاء بجوار سرابي لن أذهب لمكان سأبقى لأحارب معك ولكنك لن تستطيع فعل شيء هنا فأنت لست إلا فأ صمت مستدركا فداحة خطأه فقفز الحكيم من فوق ظهر إكليل واستقر على كتف عاصف وهمس سيكون من دواعي سروري أن أخبرك لاحقا في أي مكان من جسدك سيدخل هذا الفأر أيها الأبلاح لم أكن أقصد قال معتذرا لا تغضب مني هذا ليس وقتا أغضب منك فيه وأضاف سأبقى لأقاتل معك ولكنك لن تستطيع بجسدك هذا أن تفعل شيئا على الأقل أستطيع أن أكون عينيك الخلفيتين شيئا فشيئا بدأ حلفاء الملك طاغين في الانسحاب من أرض المعركة عندما بدأوا يدركون الخسارة وربما هذه الثغرات التي تسبب فيها انسحاب الحلفاء هي ما ساعدت الأباطرة ومقاتلي قبائل الأشاوس على تطويق جيش الأعداء وضربهم في وقت واحد ومن جميع الاتجاهات لم ينضي الكثير حتى باتت الهزيمة وشيكة على طاغين خصوصا بعد أن انسحب حلفائه ومات أكثر من نصف تعداد جيشه وانخفضت معنويات النصف الآخر لمستويات متدمية ثم وعندما أصبحت الهزيمة شيئا لا مفر منه فقد أعطى أمرا لجوقة ساحراته بأن يأخذنه بعيدا عن ساحة القتال وبعد أن بات النصر أكيدا لعاصف وحلفائه رأى التاج أن مغادرتها موقعها لن يؤثر كثيرا على سير المعركة وهكذا فقد انسحبت تدريجيا من هناك ذاهبة لمكان آخر وكانت في انسحابها حريصة كل الحرص على أن لا ينتبه إليها أحد وفعلا لم ينتبه إليها أحد أو هكذا ظنت هي غير أنها بالتأكيد كانت مخطئة في ظنونها فبعد أن غادرت أرض المعركة زحفت تارا نحو الموقع الذي كان يقاتل فيه عاصف وقالت تحادثه أريدك في أمر مهم تكلمي ليس هنا وأضافت بثبات أن نذهب لمكان آمن فقاقر عاصف والحكيم وإكليل من مواقعهم وذهبوا خلفها سأل عاصف ماذا هناك؟ لماذا جاء معك؟ قالت وهي تنظر باتجاه الحكيم وإكليل ثم أردفت أريدك على انفراد قال عاصف تكلمي ليس هناك أحد غريب أنا لا أخبئ عنهما شيئا قالت تارا بنبرة تشي باقتراب مصيبة تهجي عاصف ما بها صمتت قليلا وامتد صمتها ذاك أكثر من الحد المسموح به في مثل هذه المواقف كانت تنظر طوال الوقت لعيني عاصف المندقيتين لون كما لو أنها تحاول معرفة إذا ما كان الوقت سيكون مناسبا لأن تقول له السر الذي اتمنتها عليه صديقتها جمانة أم لا أسمعك قال بنفاد صبر ها ما بها تاج تكلمي قالت تارا أخيرا منذ وقت طويل طويل جدا كان هناك طفل صغير وأم تحبه تحبه جدا كان يعيشان في كوخ بعيد بعيد جدا ذات يوم رحلت تلك الأم عن ابنها الصغير وتركت له عند صديقتها سرا خطيرا خطيرا جدا ثم تسألت ألا تعني لك هذه الأحجية شيئا تذكر غاصف تلك الكلمات التي قالتا له أمه في الليلة ذاتها التي ماتت فيها وقال أذكرها ولكن كيف وصلت لك وكيف عرفت بشأنها أنا هي الصديقة التي تركت أمك عندها ذلك السر الخطير جدا ماذا تعني؟ وهنا قالت تارا فقد حان الوقت يا عاصف لتعرف كل شيء ثمانية وثلاثون ذهب التاج نحو البيت الذي تختبئ فيه سرعبي اتجهت مباشرة نحو الغرفة التي سابقا كانت جمانا تنام فيها هي وطفلها فهو المكان الوحيد في العالم الذي قد يخبئ عاصف فيه أشد أشيائه ثمنة أزالت اللحاف من فوق الفرشة الأرضية فوجدتها هناك مكومة حول نفسها مثل قنفذ تنظر إليها بعينين ممتلئتين بالرجاء والخوف هل انتهت الحرب؟ سألت سرعبي هل عاصف بخير؟ لن يكون بخير إلا إذا اختفيت أنت ما الذي تعني؟ يجب أن يتزوج عاصف من إحدى فتيات الأباطرة حتى يصحح الخطأ الذي اقترفته والدته قبل سنين طويلة ووجودك على وجه هذه الأرض سيمنع ذلك إنه يحبني ومن أجل ذلك يجب أن تختفي من الحياة ولكن هذا لن يغير من الأمر شيئا فعاصف سيظل يحبني حتى بعد أن أموت القليل من الوقت كفيل بأن يجعله ينساك نهائيا صدقين لا قالت غير مصدقة أنت لا تعرفين عاصف نظرت تاج بعين الشفقة نحوها وقالت كمن يعطف على مسكين هي أبدو أنك أنت التي لا تعرفين الرجال يا عزيزتي دعيني أخبرك بمعلومة صغيرة عنهم قالت تاج برتابة إنهم مخلوقات أنانية جدا لا يحبون إلا أنفسهم فبعد أن تموت لن يظل عاصف حزينا عليك طويلا بل سيقع في حب أول امرأة تفتح له قلبها فهكذا هم الرجال لا شيء ينسيهم فتاة أحبوها إلا فتاة أخرى يقعون في حبها كذب اقتربت تاج منها بخطوات تشي بشر وهي تقول للاسف لن تعيش طويلا حتى تختبر تلك الحقيقة بنفسك أحكمت سرابي الغطاء على نفسها وكأنها تتخذ من الغطاء درعا تحتمي به أغمضت عينيها وانتظرت حدوث المعجزة تقدمت تاج منها أكثر أخرجت من جيبها خنجرا حادا سرقته من أحد فرسان المنظمة عندما كانت تقاتل في أرض المعركة فقد كانت تريد أن يبدو موت سرابي كما لو أن أحد فرسان الجاثوم هو من قام بفعلها رفعت الخنجر عاليا ثم وقبل أن تغرسه في جسدها حدثت المعجزة إذ حطمت تار باب الغرفة وزحفت بسرعة بالغة حتى وقفت بوجه تاج توقفي قالت تارا وهي تخرج لسانها السام المتشعب بعينين سودا وين قالت تاج ما الذي جاء بك؟ لأمنعك عن قتل المزيد من الأشخاص الخطأ وجهت تاج الخنجر نحوها وقالت سأقتلك إن كان هذا ما ينقص خطتي لكي تنجح أعرف أنك ستفعلين أي شيء لإنجاح خطتك قالت تارا ثم أضافت أليس لهذا السبب بالذات؟ قمت بقتل بحر وقمت من قبل بقتل ابنتك جمانة لا لم أقتل ابنتي جمانة قالت تاج ببرود مصطنع لتداري ارتباكها بلى فعلتي أصرت تارا كنت تعرفين أنه لا سبيل لك لأخذ الولد إلا بعد أن تتخلص من أمه كنت تعرفين أنه هو الوحيد الذي قد ينجح بتحقيق أهدافك بالقضاء على أخيك طاغين وإثبات أنك لست متأمرة معه للانقلاب ضد عرش الأباطرة وبالتالي تستطيعين استعادة مكاناتك في قلب زوجك جبار لا نفى التاج هذا ليس صحيحا أنت تعرفين أن ما أقوله صحيح أصرت تارا قوة الجن اللانهائية العقل البشري محكم الصنع للبشر هذا هو الشيء الوحيد الأخير الذي كان ينقسك لاكتمال الخطة من الذي حش رأسك بهذه التخريف؟ غطيت جسده برماد العنقاء وهو لا يزال في غيبوبته وأنت تعلمين جيدا بأن ذلك الشيء كان من الممكن أن يكون كافيا لقتله ولكنك لم تبالي بذلك هذا لأنك يا تاج لا تهتمين إلا بمصلحتك الخاصة ما تقولينه سخفات لا أساس لها من الصحة أكملت تارا متجاهلة ذلك الإنكار كنت طوال الوقت تخدعين عاصف تقولين له بأن ناب الفيل هو من قتل أمه وكنت طوال الوقت أيضا تحاولين منعه من الوقوع في الحب وكل ما فعلته أنت منذ البداية حتى الآن لم يكن إلا بدافع حبك لجبار ألا يحق لي أن أثبت لزوجي بأنني لم أساعد في الانقلاب على عرشه؟ ألا يحق لي أن أثبت براءتي؟ بلى يحق لك بالطبع ولكنك تجاوزت حدودك كثيرا لست أنت من ترسمين الحدود لي يا تارا لماذا تصرين على قتل الفتاة والتسبب لعاصف بصدمة لن يشفى منها طوال عمره؟ إنه أحمق لا يعرف مصلحة نفسه دعيه يختار ما يراه مناسبا يجب أن يصحح خطأ والدته قالت سرابي متدخلة ولماذا يتوجب عليه تصحيح خطأ لم يقم هو بارتكابه؟ أجابت تارا قاطعة على تاج الحق في الرد ليس هذا هو السبب الوحيد الذي تريد قتلك من أجله يا سرابي تساءلت سرابي وهي تنظر نحو عيني تارا بفضول وبراءة هناك سبب آخر؟ لأنك الوحيدة التي كنت شاهدة عليها وهي تقتل بحر ثم أضافت وفي الحقيقة كانت تاج تريد قتلك في ساحة البيت الداخلية بتلك اللحظة ولكنها تعلم بأن ذلك الشيء كان من الممكن التسبب في انهيار حفيدها عاصف مما قد يجعله يقوم بإلغاء الحرب بأكمالها فقررت تأجيل التخلص منك لوقت آخر صاحت سرابي بحق أنت قاتلة يا تاج قاتلة إخراسي أسكتتها تاج بغضب ثم قالت تتوعدها سيأتي دورك في الموت أيتها البشرية القذرة ولكن بعد أن أنتهي من القضاء على هذه الأفعى التي تحب دائما إدخال نفسها في الشؤون التي لا تخصها فقالت تارا بثبات أنا هنا بأمر من جمانة أثارت تلك الكلمة دهاشتاج فسألت ماذا تعنين بأنك هنا بأمر من جمانة تمهلت تارا قليلا كما لو أنها كانت تعد قدر حساء على حرارة هادئة ألا تريدين أن تعرف لماذا قمت بالذهاب للقاء جمانة قبل موتها في تلك الليلة؟ صمت التاج ولكن عينيها صاحت أخبريني ذهبت تلك الليلة من أجل إخبارها عن أمر السم في تلك الجرة فأخبرتني جمانة بأنها ستشرب منه ما الذي تقولينه أنت؟ تسأل التاج بذهود قالت تارا تميط لثامة عن النصف الأول للحقيقة لقد ماتت جمانة وهي تعرف أنك وضعت سما لها في الجرة أنت تكذبين؟ انظري إلى عيني يا تاج أنت تعرفين أنني أقول الحقيقة لماذا شربت من الجرة إذن إذا كانت تعرف بأنها ستموت؟ لكي تحمي ابنها كانت تعرف أنك قد تفعلين أي شيء متهور لكي تأخذ الطفل منها وكانت تخاف من أن تواصل منعك من أخذه فيدفعك اليأس في نهاية المطاف لتخلص منها ومنه معا كذب قال التاج هذا كذب ثم كشفت تارا عن النصف الآخر للحقيقة عن الأحجية التي قامت جمانة بتلقينها لابنها قبل موتها بلحظات على شكل قصة قصيرة غير مكتملة الأركان وأخبرته بأنه في يوم من الأيام هو من سيكمل الجزء الناقص منها ويصنع نهايتها بنفسه ذات يوم رحلت تلك الأم عن ابنها الصغير وتركت له عند صديقتها سرا خطيرا خطيرا جدا هل تريدين أن تعرف ماذا أوصتني جمانة قبل أن تموت؟ ماذا؟ سألت لاهيثة أوصتني بأن أنتظر ابنها حتى يكبر ويشتد عوده ويصبح قويا ثم أخبره في الوقت المناسب بالحقيقة حتى يأخذ بثأره قالت تارا ثم أردفت ولكن هذه المرة يأخذ بثأره من الشخص الصحيح والذي هو أنت صاح التاج وهي ترخي دفاعاتها تماما وتستعد للهجوم عليها سأقتلك قبل أن تخبريه لقد أخبرتني بكل شيء وانتهى الأمر وها أنا اليوم أصنع نهاية القصة بنفسي قال عاصف ذلك وهو يطعن جدته تاج من الخلف بمخالب يقتر من نهاياتها سم تارا ويضيف قائلا هذه من أجلك يا جمانة ثم طعنها بمخالب يده الثانية التي كان أيضا يقتر من نهاياتها السم وهذه من أجلك يا بحر سقطت تاج على ركبتيها وهي تلتفت نحو حفيدها غير مصدقة ما يحدث إنحنى عاصف عليها وهمس في أذنها قائلا قلت لك ذات مرة بأنه لا يكفي أن توقفيني بل يجب عليك التخلص مني وإلا فسأقتلك يوما نظرت إليه تاج بصمت صحيق كان أبلغ من ألف كلمة عتاب أوه يا جدتي تمتم بصوت خفيض علمتني كل شيء كل شيء إلا شيئا واحدا مهما وهو أن أشد الطعناتي ألما لا تأتي إلا من أقرب الأشخاص إلينا تخيلي أنني كنت طوال الوقت أطارد ثأرا مزيفا ولم أكن أعرف أن دمك هو ثأر الحقيقي اذهبي إلى الجحيم ولا تنسي أن تحجزي مكانا إضافيا هناك لتستقبلي فيه أخاك طاغين عندما أنتهي من حربي وأرسله مكللا بالهزائم إليك وإلك من جبار قالت وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لا تقلقي هو من أعطاني الأمر بقتلك وبعد أن مات التاج بلحظات صرخ الحكيم بصوت عال متألما وكأن شيئا ما حادا كان يقطع أجزاءه ويمزقها سقط أرضا لفرط الوجع الذي يشعر به ثم فجأة بدأت لحياته التي تشبه لحية عنز فحل ووبر جسده في التساقط شيئا فشيئا أحس الجميع بالقلق عليه ولم يعودوا يعرفون ما الذي يحصل له أو ما الذي يستطيعون فعله من أجله قال متوجعا لقد مات التاج من غير أن تلغي التعويذة ويبدو أنني سأموت معها تدخل التارة بقلق كان يجب علينا فك التعويذة عنه قبل أن نقوم بقتلها يا عاصف لا تموت صاح عاصف وهو يشعر بالذنب أنت أيضا سامحيني فقد كنت طوال الوقت أتخيلك في رأسي ترقصين لي وتقولين ما رأيك برقص أيها الحكيم وحين لاحظ ردة فعلها التي تدل على أنها غير راضية فقد قال سامحيني فأنت لا تعرفين إلى أي مدى قد تصبح فيه عقول الرجال فاسدة أحيانا أسامحك قالت فلتسامحون ولترأ في السماء بحالي قال ذلك ثم أغمض عينيه وتوقف صدره عن الحركة نظر إليه الجميع بحزن بالغ لقد فقدوا صديقا عزيزا عليهم وشخصا طيب القلب رغم بذاءة لسانه الوداع أيها الحكيم قالوا جميعا ثم ما هي إلا لحظات قليلة بعد ذلك حتى جاءت سحابة ضيضاء تشبه رغوة حليب ساخن غطت جسد الفأر الممدد وبدأت تلك السحابة في التوسع والتضخم والاستطالة حتى إنها أصبحت تغطي نصف مساحة الغرفة وعندما بدأت تلك السحابة أخيرا في الانقشاع ظهر لهم جسد رجل بشري طويل ونحيل مثل ساق قصب سكر لديه شعر منفوش غير مصفف يجعل منظره العام أشبه بمكنسة أوساخ لديه لحية تشبه لحية عن زفح وكان شاربه الحليق هو الأمر الذي أكسب أنفه بروزا متقدما قالت تارى مندهشة وقد زالت عنه التحويذة همس عاصف أيها الحكيم هل تسمعوني؟ رمش بعينيه لعدة مرات قبل أن يفتحهما غير مصدق بأنه لا يزال حيا نظر إلى يديه وأطراف جسده البشري تحسس وجهه بأنامله كما لو أنه يريد التحقق أكثر من أن تعويذة اختفت عنه وأنه لم يكن يحلم في تلك اللحظة ثم هتف لقد عاد جسدي لم يهتم الحكيم لجسده العاري والذي بات منظره يشبه جسد سلحفات عجوز خرجت للتوي من صدفتها بالراحة يرقص سعيدا في الغرفة محتفلا بإلغاء التعويذة أما عاصف وسرابي وإكليل فإنهم من شدة الفرح جعلوا يشاركونه الرقصة احتفالا بعودته للحياة تسعة وثلاثون انتهت الحرب أخيرا بانتصار عاصف وحلفائه ولم يتبقى عليهم فقط غير اقتحام قصر مملكة أبابيل وخلع الملك المتحصن بساحراته المقاتلات في الداخل وعلى الرغم من هيئة جبار التي أصبحت قريبة من هيئة شخص ميت والمنظر المخيف للرمح الذي كان لا يزال مخترقا جسده ويشتعل رأسه بنار بنفسجية إلا أنه أصر على الوقوف حتى آخر لحظة والمشاركة في اقتحام القصر مع المقاتلين اعترض عاصف يجب أن ترتاح يا جدي هل ظن أنت أنني سرابي حتى تأمرني فأطيع أمرك قال جبار مداعبا ثم أضاف بصوت جاد فقد شاركت معك في بدء هذه الحرب وسأقوم بمشاركتك في إنهائها منتطين صهوات خيول الحرب المجنحة الضخمة اجتاز عاصف وحلفاؤه البحر متجهين نحو جزيرة الأرباب حيث المكان الذي ينتصب فيه قصر مملكة أبابين حاوطت القوات القصر من جميع الجهات غير مكترثين بالساحرات ألا يكن يربضن فوق الأسوار العالية لارتفاع لقتل أي شخص يخطو نحو القصر خطوة واحدة صاح عاصف وهو يلتفت نحو الحلفاء أريد طاغين حياً فصحت بعده الأميرة أشاس لأتباعها الذين لا يطيعون غيرها ابن صديقنا بحر يريد طاغين حياً وعندما تأكد من أن تعليماته وصلت لجميع أفراد الجيش فقد رفع يده عالياً ثم أشار بها نحو القصر معلناً بدء عملية الاقتحام استطاع حلفائه دخول القصر بسرعة ومن غير سقوط ضحية واحدة رغم المقاومة الشرسة التي أبدتها الساحرات ضدهم ثم وفي غضون وقت قصير استطاع نفر من القناطير إلقاء القبض على طاغين وإحضاره حياً وفي الساحة الخارجية الفسيحة الممتدة أمام قصر مملكة أبابيل والتي قام فيها طاغين سابقاً بإعدام أعيان قرية الجساسة عندما جاءوا إليه بقيادة شيخهم همام ركع الملك المخلوع تحت قدمي عاصف مهزوماً ذليلاً قزماً مثل نهاية كل خائن فنظر الجميع نحو عاصف في انتظار أن يقوم بقتله معلناً بذلك انتهاء الحرب وفعلان كاد عاصف أن يقتله ولكن طاغين همس قائلاً إن فعلتها فإنك لن تعرف مكان صديقك الشمالي هل الشمالي لا يزال حياً؟ سأل بلهفة وهل كنت تظن أنني قد أحرق ورقة الأخيرة بهذه السهولة؟ أخبرني أين هو؟ أخبرني أنت أولاً ما الذي قد تدفعه لي مقابل ذلك أي شيء؟ ثم أضاف متردداً ولكن إياك أن تفكر بالحياة افعلها وخلصني إذن فلن تعرف مكانه قبل أن تعطيني وعداً بالحياة لقد طلبت ثمناً باهظاً صح عليه وهو يهزه من ثيابه وصديقك الشمالي يستحق قال ببرود ثم أضاف بفحيح هامس ما رأيك يا ابن جمانة؟ حياة مقابل حياة أليس هذا عدلاً؟ بدأ عاصف أنه كان يفكر في الأمر بجدية الشيء الذي لم يعجب أبداً جده جبار فقال بحزم اقتله أشار عاصف بيده نحو أصدقائه إكليل والحكيم وسرابي ثم قال لو قمت بقتله يا جدي فإن هؤلاء لن يسامحوني أبداً أن أتركه حياً بعد الذي فعله بناه أعرف أنه ضرب من الجنون تمتم بشروم وأننا في هذه الحرب خسرنا الكثير بسببه ولكن حتى أجد صديقي الشمالي فأنا لا أملك حلاً آخر غير أن أدفع لطاغين ما يريده تدخلت الوزيدة خيزران لماذا لا نبحث عن صديقك بأنفسنا؟ لن تجدوه قال طاغين متدخلاً لو أن الحظ حالفكم ووجدتموه بعد سنين طويلة فإنه سيكون حينها قد أصبح هيكلاً عظمياً همس عاصف وهو ينظر نحو جده نحن لا نملك خياراً آخر فقال جبار رافضاً تلك الفكرة وبصوت عال لن أسمح له بمغادرة هذا المكان حياً ثم تقدم نحو طاغين ليقتله غير أن عاصف وقف بوجه جده إن حاولت قتله فإنك تحاول قتل الشمالي وهذا لن أسمح به استفى جيش الأباطرة خلف جبار في إعلان واضح وصريح لقيام حرب جديدة فتحرك أيوب والأميرة أشاس وتحركت معها جميع قبائل الأشاوس مصطفين خلف عاصف معلنين بذلك استعدادهم الكامل للوقوف معه قال جبار موجهاً كلامه لأميرة القناطير هل ستقفين ضدنا يا أشاس؟ نحن لا ندين لكم بشيء قالت الأميرة بنبرة صوت قوية ثم تابعت ولكننا ندين لبحر بالكثير ونحن لن نسمح لأحد أياً كان بأذية ابنه تدخل الثارة في المنتصف بين الجيشين هل ترضون بي حكماً؟ لا أمانع فأنا أثق بحكمتك قال جبار بحصفة وأنت؟ سألت وهي تنظر نحو عاصف لم يتكلم لكنه أومأ لها برأسه موافقاً كان تدخل تارة حكيماً فلو أنها لم تفعل ذلك لكانت الحرب اشتعلت بين الأباطرة وبين حفيدهم عاصف نظرت كبرى الجن باتجاه جبار وقالت بنبرة صوت محايدة فلتبدأ أنت رغم إصابته إلا أنه تقدم متحدياً الجميع وتكلم برصانة تليق بمكانته لقد أخذ طاغين العرش بالخيانة وأهاننا لزمن طويل قتل الكثير من أفراد عائلتنا غدراً وجعلنا طوال تلك السنين الفائتة نعاني عدام الأمن والاستقرار يكفي أنه جعلنا نسكن الغابة كحيوانات مشردة تخاف كل يوم شباك الصياد يكفي أنه جعلنا نسكن جوف الأرض كحشرات تخاف الموت دهساً بالحذاء إنه يستحق الموت بدون رحمة ثم رددت الأباطرة خلف كبيرهم قائلين إنه يستحق الموت دون رحمة نظرت تارى نحو عاصف وقالت حان دورك في الكلام بحقد قال عاصف إن طاغين أخ تاج وهذا سبب كاف لقتله قالت تارى إذن فأنت تريد قتله بالطبع أريد ذلك فبسببه عشت زمناً طويلاً من غير أب وعاشت أمي زمناً طويلاً من غير زوجها الذي تحبه ولكن هناك فرق بين الأشياء التي نريدها والأشياء التي نستطيع أو لا نستطيع القيام بها ثم أضاف موضحاً وهو يوزع نظرة بالتساوي على الجميع أنا أريد قتله ولكن لا أستطيع لأني إن قمت بذلك فهذا يعني أنني أقوم بقتل صديقي الشمالي ركز نظره على جده جبار وأكمل يقول لقد كان الاتفاق واضحاً منذ البداية يا جدي أن أعطيك الملكة مقابل مشاركتك الحرب معي واليوم أعطيك الملكة الذي وعدتك به أما طاغين فإنه لي أفعل به ما أشاء صمت التارى تفكر في حجة الطرفين وكان الاثنان محقين في الكلام الذي قالاه وربما جبار يكون هو الأقرب للصواب في كلامه فطاغين يجب أن يموت ولكن ليس بسبب الأفعال التي اقترفها في الماضي فقط بل منعاً للكوارث التي قد يفعلها في المستقبل القادم من أجل استعادة الملك غير أن تارى في الأخير لم تلتزم كامل الحياد في حكمها ومالت لابن صديقتها جمانة حيث قالت بحزب يأخذ جبار الملك ويفعل عاصف بطاغين ما يشاء بدأ من ملامح جبار أنه لم يوافق على الأمر فاستبقت الأميرة أشاس الأحداث قائلة ويحك يا جبار فقد رضيت بثارة حكماً هل تريد مخالفة الحكم؟ قال جبار مستعيراً الكلام الذي قاله حفيده قبل قليل هناك فرق بين الأشياء التي نريدها والأشياء التي نستطيع أو لا نستطيع القيام بها ثم أضاف قبل أن يستدير ويرحل أنا أريد مخالفة الحكم ولكنني لا أستطيع ليس ضعفاً بل لأنني لم أعتد أن أقول كلاماً ثم أرجع فيه وهكذا نظر عاصف نحو طاغين وقال أنا أعطيك وعداً بالحياة مقابل أن تعيد لي صديق الشمالي اتصم طاغين ولمعت عيناه بخبص هذا هو العدل قال قادهم طاغين عبر الأنفاق والسراديب والممرات السرية والتي قامت بحفرها له الساحرات فيما مضى باستخدام التعاويذ البالغة الخطورة والتي كانت بالتأكيد ستتسبب بمقتل أي شخص يحاول العبور منها دون أن يكون ملماً بالكمائن والفخاخ المزرعة فيها توقف طاغين بهم أخيراً أمام زنزانة ضيقة لا تتسع لأكثر من شخص واحد حيث شاهدوا في منتصفها شاباً يجلس متربعاً كان هزيلاً يرتدي ثياباً بيضاء واسعة متسخة وقد بدأ عليه الجوع والعطش والإرهاق وبقايا من آثار تعذيب مبرح ورغم ذلك إلا أنه كان هادئاً وهو يغمض عينيه ويبتسم بأمل كما لو أنه في تلك اللحظة كان يراقب وردة تتفتح أيها الشمالي ابتسم وهو لا يزال مغمضاً عينيه ثم قال شيئاً غريباً لقد وجدت الرب أربعون لم تدم فترة حكم الملك جبار كثيراً فقد تدهورت حالته الصحية لمستويات منخفضة جداً وذلك بعد أن اجتمع أطباء الجن من أقاص الأرض وقرروا إخضاعه لعملية جراحية طارئة يقومون فيها بنزع الرمح السحري الأسود ذي الرأس المشتعل بلهب بنفسجي من جسده في البداية اعترض الحكيم على ذلك القرار قائلاً بأنه قرأ في أحد الكتب القديمة كلاماً مفاده أن ذلك الرمح السحري لا يبدأ مفعوله إلا بعد أن يقوم أحدهم بانتزاعه من جسد المصاب به ولكن رئيس أطباء الجن وهو عفريت طاعن في السن اسمه نوار تصدى للحكيم أنتم بني البشر تحبون دائماً حشر أنوفكم الطويلة في الأشياء التي لا تفقهون فيها شيئاً لم يكن الوقت مناسباً للرد لذلك نظر الحكيم نحو جبار وقال لا تدعهم ينتزعون ذلك الرمح من جسدك ثم أضاف بنبرة توسلية أرجوك قال رئيس أطباء الجن متدخلاً هذا أمر لا يعنيك أيها البشري سلامة الملك أمر يعني الجميع رد عليه الحكيم من غير أن يلتفت اسمعني أيها الفضولي مهما بلغت بك الأمور فإن سلامة الملك لن تهمك كما تهمنا فنحن أبناء جنسه أما أنت لا واهتمامك كله مبني على المصلحة ثم أضاف مؤكداً المصلحة فقط هل أنهيت كلامك؟ سأل الحكيم ملتفتاً إليه هو ذاك إذن اسمعني أيها الجني الأبلة لقد خضنا معاً في الأيام الماضية حرباً مستحيلة كدنا جميعاً أن نفقد أرواحنا فيها قاتلنا إلى جوار بعض بكل قوة حتى انتزعنا النصر من بين أنياب الهزيمة لقد حدث ذلك حين كنت أنت والحمق الذين معك تحكون مؤخراتكم في بيوتكم آمنين فلا تحاول أن تقنعني بأنك تهتم بشأن جبار أكثر مني وعندما اشتد الحوار بينهما كان لزاماً على الملك أن يتدخل دعهم أيها الحكيم ثم تابع بصوت واه فلن أبقى طوال عمري أحمل هذا الرمح في جسدي سنجد لك حلاً ولكن دعنا ننتظر لبعض الوقت تدخل نوار ساخراً تجد له حلاً في كتبكم القديمة التي لا تصلح لشيء بل عند قبائل الأشاوس فقد وصلوا لمراحل متقدمة من العن قاطعه جبار إنهم يعتبرون أنفسهم خارج حكمي وأنا لن أطلب منهم شيئاً هذا ليس وقت الكبرياء صاح الحكيم عليه قال رئيس أطباء الجن مبدياً استياءه عجبي لا ينتهي كيف ترفع صوتك بوجه الملك؟ نظر الحكيم نحو جبار محاولاً إقناعاً لن نخسر شيئاً لو أننا طلبنا منهم المساعدة شعر الأطباء ومعهم رئيسهم بالإهانة فقالوا نطلب من جلالتكم أن تختار بيننا وبين هذا البشري الجاهل فهمس جبار للحكيم بلطف أشكر لك اهتمامك ولكن دعهم يفعل ما يرونه مناسباً صاح الحكيم مقهوراً إنهم أبقار لا يفهمون شيئاً يا جبار قال الملك بحدة أيها الحكيم أنت تنسى كثيراً من أكون آسف قال وهو يخفض رأسه معتذراً لا بأس انصرف الآن ودعهم يكمل عملهم تمتم الحكيم في أذن نوار قبل أن ينصرف سأقتلك بحداء إن حدث شيء لجلالته كان كبراء الأباطرة مجتمعين في مجلس الحكم عندما جاءهم رئيس أطباء الجن نوار ليعلن لهم أنه سيبدأ هو وفريقه بإجراء عملية انتزاع الرمح طلبت منه الوزيرة خيزران الحضور معهم ولكن نوار أكد لها أن حضورها لن يكون ضرورياً وأنها قد تشاهد هناك أشياء ستتمنى لاحقاً لو أنها لم تشاهدها ربما تكون محقاً قالت خيزران وأضافت بحزن فأنا لن أحتمل رؤية سيدي وهو بين الحياة والموت هذا ما قصدته قال بأدب تكلم أحد كبراء عائلة الأباطرة وكان اسمه بركام هل هناك ما نستطيع تقديمه لكي نضمن سلامة الملك؟ الهدوء يا سيد بركام أجاب نوار بوجه خاشر أطلب منكم ومن جميع الموجودين في القصر التزام الهدوء التام رأي ثمانه عملنا فنحن في حاجة لأكبر قدر من التركيز ولا نريد لأي شيء أن يتسبب في تشتيت انتباهنا قالت الوزيرة خيزران وهي تنصرف سأتكفل أنا بذلك آياتها الوزيرة أوقفها نوار قبل أن تذهب ماذا هناك؟ تسألت قال بنبرة صادقة تمني لنا حظا موفقا أومأت له خيزران بحزن وقالت ابذلوا كل ما تستطيعوا في إحدى القاعات الفسيحة للقصر الملكي والبعيدة جدا عن احتمال حدوث أي صخب ممكن الوقوع كان الملك جبار ممددا فوق سرير مريح يتنفس بعمق هواء مملكة أبابيل المتسلل مع أشعة الشمس عبر نوافذ الطويلة المفتوحة تحلق أطباء الجن حوله بالقلق الطبيعي الذي يسبق قيام أي عملية خطيرة وحساسة اقترب نوار منه واستأذن بأدب جلالتك حرك جبار رأسه آذنا له بالكلام سنحقن جسدك بمادة تفقدك الوعي لبعض الوقت لا داعي لذلك استطيع تحمل الألم فأجاب هامسا وهو يقترب من الملك خطوة إضافية غيابك عن الوعي سيساعدنا في أداء عملنا بشكل أفضل فلن يستطيع الأطباء العمل تحت وطأة نظراتك لهم فكر الملك قليلا ثم قال متفهما وهل سأغيب كثيرا إلى أن ننجح في استخراج الرمح فقط من جسدك لا بأس قال واهبا لهم الإذنى في بدء عملهم وبعد أن حقنوه بالمادة المخدرة انتظروا قليلا حتى اطمأنه إلى أنه فقد الوعي تماما وأنه لم يعد يشعر بالأشياء التي تدور حوله بعد ذلك أغلقوا النوافذ وأزدلوا الستائر وأوصدوا الباب بالمزلاج ليتأكدوا أكثر من أن أحدا لن يفاجئهم وهم في وسط عملهم ثم أشعلوا الكثير من الشموع في أرجاء القاعة لتوفير إضاءة جيدة وعندما أصبح الجو مهيئا للعمل همس رئيس أطباء الجن قائلا افتحوا السرداب ذهب نفر من الجن لنقطة محددة بعلامة سرية في أحد حيطان تلك القاعة وقاموا بالطرق عليها سبع مرات عد ذلك اهتز الحائط ثم انقسم لقسمين ليخرج منه شخص ما يخفي رأسه كاملا بغطاء ولا يظهر من ملامح وجهه شيء إلا عيناه الزرقوان قال وهو يتقدم نحو الملك الممدد فوق السرير والفاقد للوعي كيف صارت الأمور؟ رد عليه نوار كاد الحكيم أن يعطل خطتنا ويقنعه بالاستعانة بقبائل الأشاوس لا تهتم لذلك المعتوه قال ذلك الشخص ثم أردف اعملوا الآن على التخلص من جبار أولا فهو الشيء الوحيد الذي قد يفسد علينا خطتنا القادمة نقتله؟ سأل رئيس أطباء الجن أجاب ذلك الشخص لا فحينها سيبدو الأمر كما لو أنه خطة مدبرة ماذا نفعل إذن؟ دعوه يموت ببطلة فنحن لسنا في عجلة من أمرنا ثم أضاف ساخرا كما أنني أتوق شوقا لمعرفة من سيختار جبار لولاية عرش أبابين من بعده وإذا قتلناه الآن فسيفوتنا معرفة ذلك أمرك؟ قال رئيس أطباء الجن وهو يحني رأسه استدار ذلك الشخص وسار عائدا للمكان الذي جاء منه وهو يتمتم ربما لم أعد أملك جيشا لأواجه به الجيش الأباطرة ولكن القتال ليس الوسيلة الوحيدة للانتصار متى تعطين ما وعدتنا به يا سيدي؟ عندما أستعيد الملك يا نوار عندما أستعيد الملك وكيف ستستعيده وأنت لا تملك جيشا بالحب؟ قال تعطين ذلك بابتسامة خبيثة ومن غير أن يفسر معنى كلامه ثم دفع بجسده مغادرا من السرداب السحري والذي كان ضمن الأنفاق والسراديب والممرات السرية التي لا يعلم أحد بوجودها والتي حفرتها له الساحرات في القصر عندما كان ملكا وغاب عن بال عائلة الأباطرة الملكية لاحقا أن تفتش عنها بسبب المصيبة التي يمر بها كبيرهم جبار بعد وقت طويل أعلن الأطباء أنه مستطاع انتزاع الرمح ولكن ولسوء الحظ انتشر السحر في جسد الملك بطريقة لم يتمكن من إيقافها كما صرح نوار أنه يشعر بالكثير من الندم لأنه لم يستمع لكلام الحكيم عندما نصحهم بالتمهل وعدم الاستعجال وأخيرا نقل إليهم بحزن شديد هذا الخبر الملك جبار لن يكون في مقدوره أن يعيش لأكثر من ثلاثة أيام لاحقا عندما أفاق جبار من غيبوبته ونقلوا إليه الخبر لم يجزع كثيرا أو يحزن بل كان متماسكا وثابتا كما لو أن ذلك الأمر لا يعنيه كل ما فعله بتلك اللحظة هو أن أصدر أمرا باجتماع عاجل يوم الغد لكبراء عائلة الأباطرة وطلب فيه بحضور عاصف وأصدقائه للاجتماع واحد وأربعون في صباح اليوم التالي كان كبراء عائلة الأباطرة بالإضافة للوزيرة خيزران وعاصف وسرابي وإكليل والحكيم والشمالي جميعهم متحلقين بشكل دائري منتظم تاركين مسافة خمسة أمتار بينهم وبين الملك جبار الممدد فوق السرير والذي كان يستعد للفظ أنفاسه الأخيرة ما يعزيني هو أنني سأموت وأنا مطمئن بأن مملكتي وشعبي وعائلتي بخير ثم التفت نحو عاصف وأضاف معاتبا غير أنني سأكون أكثر اطمئنانا لو أنك قتلت طاغين اقترب عاصف حتى يجلس عند رأسه وهمس بنبرة صوت معتذرة كان موته يا جدي يعني خسارة الشمالي ثم أضاف ليطمئنه كما أن طاغين لم يعد لديه جيش يقاتلون به وما عاد وجوده خطرا علينا متجاهلا ذلك الكلام همس جبار بلهجة مترددة تشي بقلقه أنت لا تعرف طاغين ثم أردف متمتما ليتك قتلته لم يجادل الحفيد في الأمر أكثر وكل ما فعله هو أنه أمسك بيد جده الضخمة وكأنه كان يريد أن يتشبث به لكي لا يستطيع الموت أخذه للعالم الآخر نظر جبار في وجوه كبراء العائلة فردا فردا ثم مرر بصره نحو الحكيمي وإكليل والشمالين وابتسم بشيء من اللطف وهو ينظر باتجاه سرابي وأخيرا رسى ببصره على وجه الوزيرة خيزران وقال بحنكة أعرف أن لديك ما تقولينه تمتمت متلعثمة سنشتاق إليك كثيرا يا سيدي يا عزيزتي خيزران وأنا سأشتاق إليكم أيضا قال جبار بشجن ثم أضاف ولكن ليس هذا ما كنت تريدين قوله ليس كذلك مضغت الوزيرة خيزران غيقا من الخجل وقالت جرات العادة أن ينصب الملك وليا لعرشه حتى إذا ثم صمتت الوزيرة وكأن الكلام خانها في تلك النحط فأكمل جبار الحديث عنها قائلا حتى إذا ما تتولى نائبه الملك من بعده ليس هذا ما كنت تريدين قوله أو مأت خيزران برأسها موافقة وهذا ما طلبت الاجتماع بكم من أجله أيها السادة قال ذلك ثم أعاد مرة أخرى نظرا في وجوه كبراء العائلة وكأنه في تلك اللحظة كان يختار منهم الأصلح لكي يصبح من بعده ملكا إنه يثق بأنه يستطيع انتقاء أي أحد من كبراء عائلته لقيادة المرحلة القادمة وهو مطمئن على أن حبيبته أبابيل ستكون بخير قال بنبرة جادة لم يحدث أن عصاني أحد منكم من قبل ولا أرغب بأن يعصيني أحدكم في رغبة الأخيرة هذه لم يتكلم منهم أحد وكأنهم بصمتهم ذاك يعاهدونه على عدم عصيان رغبته الأخيرة ثم ومن دون مقدمات وبطريقة تشبه عادات القدر في إنزال الأحكام الغير متوقعة نظر الملك جبار فجأة نحو حفيده عاصف وقال أنت ثم أردف بحزب ستكون الملك أصيب الجميع بالدهشة لسماعهم ذلك القرار فعاصف هو آخر شخص كان من الممكن أن يتم اختياره ملكا قادما لأبابيل فبالإضافة لكونه مخلوقا هجينا وهذا يعني أنه ليس شخصا ينتمي بشكل كامل لعائلة الأباطرة الملكية فهو طائش ومندفع ومتهور للغاية غير أن الملك جبار كان يرى فيه شيئا آخر فقال أريدك أن تعتبر الشعب أصدقائك يا عاصف أن تحميهم بكل قلبك من أي خطر قد يواجهونه في المستقبل تماما مثلما كنت طوال الوقت تحمي إكليل والحكيم في المعركة مثلما قذفت بنفسك للموت من أجل مثلما تنازلت عن قتل طاغين لكي تضمن سلامة صديقك الشمالين مثلما تحب سراب وتخاف عليها أريدك أن تحب أبابيل وتحب شعبها ولكن يا جدي أنا لا أصلح لأن أكون ملكا الذي يعرف كيف يكون صديقا جيدا سيكون ملكا رائعا لم يعلق عاصف قال جبار هذا آخر طلب يطلبه منك جدك العجوز أيها الولد صمت عاصف دليلا على موافقته بينما أكمل جبار كما لو أنه يوصيه أريد منك وعدا بأن تحافظ على هذه الأرض وتؤمن للجميع الرخاء والسلام والازدهار وضع عاصف يده على قلبه كما فعل أمام فيروز حين وعد بحماية ابنتها أعيدك بأن أحافظ على هذه الأرض ونؤمن للجميع الرخاء والسلام والازدهار نظر الملك جبار لكبراء العائلة وقال أريد أن أسمع منكم بأنكم قبلتموه ملكا حتى أغادر وأنا مطمئن رغم الحيرة التي منزلت في نفوسهم إلا أن كبراء العائلة لم يعصوا الأمر الأخير لكبيرهم وأعطوا لعاصف قسم ملوك أبابيل وهم راكعون السمع والطاعة في الرخاء والشدة في العدل والظلم في السلم والحرب في الوفاء والخيانة في الحياة والموت وبعد أن انتهت مراسم تنصيب الملك الجديد فإن جبار طلب من حفيده أن يقترب كما لو أنه يريد إخباره بسر خطير لو عاد بي الزمن للوراء يا عاصف لكنت في الحقيقة سأحمي ابنتي جمانا من الأخطار بكل قوتي ثم أضاف بغصة أتعلم لا شيء أشد رعبا من أن تتظاهر بالثبات بينما داخلك يتحطم قطعة قطعة قد بكيت كثيرا عندما وصلني خبر موتها لكن بصفتي كبير العائلة وقد احترمت القانون وتظهرت بأن لا شيء يحدث صمت قليلا للحد الذي اعتقد معه عاصف بأن جده قد أنهى كلامه ولكن جبار لم ينتهي وأكمل معترفا أقسمت بيني وبين نفسي أن أثر لها عندما أعرف الفاعل وتحين الفرصة لذلك عندما قامت الأفعاتار بإخباري في ساحة المعركة بالحقيقة أعطيتك من إذنه بقتل تاج هل ما زلت تحب جمان يا جدي؟ سأله بطريقة مباغتة فأجاب بصراحة تليق باللحظات الأخيرة لشخص مثله عندما سألتني سابقا أمام كبراء العائلة إذا ما كنت أحب جمان أم لا قلت لك لا حتى لا أثير حفظته بينما في الحقيقة كنت أقصد ألف نعم ألف ألف نعم أصاب الذهول قلب عاصف عندما سمع تلك الإجابة التي تشبه تماما آخر شيء قالته له جمانا قبل أن تغمض عينيها وتموت كان حينها طفلا خائفا ولفرط ما كان يرفض فكرة أن تذهب أمه وتتركه وحيدا في هذا العالم المخيف فإنه لم يستوعب خبر موتها وذهب ليجلب للحكيم كل النقود التي يملكونها في ذلك الوقت من أجل أن يشفيها من الموت واليوم يصبح ذلك الطفل التائه المشرد المكسور ملكا لأبابي ولكن الأمر الأكثر خطورة من كل ذلك هو أن عاصف للتو فقط أدرك بأن كل الأحداث التي وقعت معه منذ ولادته وحتى اليوم كان يعرفها سلفا فقط طالعها حرفا حرفا كلمة كلمة سطرا سطرا حدثا حدثا وذلك عندما كان طفلا يحدق بخشوع راهب في العينين البندقيتين لوالدته يقرأ فيهما البداية والنهاية أنت أيضا اقتربي قال جبار ذلك وهو ينظر تجاه سرابي اقتربت منه مثل ما طلب منها فقال ربما كنت محقة فيما قلته تلك المرة لقد أخطأنا بحق جمانا كثيرا عندما تخلينا عنها والحب شيء لا نملك سلطة منعه أو حدوثه ثم قال مرددا كلامها إنه كالمطر ولا أحد يستطيع إيقاف المطر ابتسمت لسماعها ذلك الكلام بينما أكمل جبار لها قائلا لا أعلم إن كان ما سأفعله بعد قليل سيكون صحيحا أم لا لكنني واثق من أنه سيغضب الكثير من كبراء عائلة الأباطرة غير أننا يجب علينا تصحيح أخطائنا عندما تتيح لنا الأقدار فرصة تصحيحها أليس كذلك يا سرابي؟ أو مأت برأسها وهي تضم يديها بخجل وحزن بينما أثارت تلك الكلمات التي قالها جبار الفضول في نفوس الجميع وباتوا يتساءلون فيما بينهم وبهمس خافت عن الشيء الذي سيفعله الملك قال جبار وهو ينظر لعاصف ضع يدك في يدها اقترب عاصف من سرابي وأمسك يدها حاول الملك جبار أن يستوي في جلسته فوق السرين كما لو أنه يعلن احترامه للشيء الذي هو بصدد القيام به أخذ نفسا عميقا وصمت لبعض الوقت حتى يطفي للمشهد وقاره وهيبته هو لا يعرف الصيغة الصحيحة ولا الكلمات المنمقة والتي يجب أن تقال في مثل هذه المناسبات لذلك فإنه قال بشكل مباشر جدا ومختصر أعلنكما زوجا وزوجا أغضب ذلك الأمر كبراء العائلة فقد كانوا يتوقعون أن يتزوج ملكهم القادم واحدة من فتياتهم للحفاظ على السلالة الملكية داخل عائلة الأباطرة ولكن ها هو جبار يكسر القانون بشكل لا يمكن إصلاحه ويعلن زواج حفيده الملك القادم من مخلوقة بشرية عادية كما لو أنه بذلك الفعل أراد أن يكفر عن خطأه السابق عندما وافق على التخلي عن ابنته جمانة حين قررت سابقا للزواج من بحر ثم وحين لمح الاعتراض باديا في وجوه كبراء الأباطرة فقد قال لا قوانين تقف أمام سطوة الحب لقد فعل جبار أشياء كثيرة في حياته تدعو للفخر غير أن مباركته لزواج عاصف وسرابي المخلوقين المختلفين ولذين يحب كل واحد منهم الآخر كانت هي أكثر الأشياء التي سيفخر بأنه فعلها قبل أن يغادر الحياة نظر أخيرا نحو حفيده باحترام شديد وقال مستأذنا بجدية والآن اسمح لي بالانصراف يا مولاي الملك عاصف وأغمض عينيه إلى الأبد اثنان وأربعون وبعد سنة واحدة لم تكن طفلة عادية أبدا فهي لم تخرج من رحم والدتها باكية مثل بقية المواليد بل خرجت صامتة تقلب بصرها في الأشياء مدهوشة كما لو أنها تفاجأت بوجود كوكب آخر غير الكوكب المظلم الضيق الذي كانت تعيش فيه حملها عاصف بين يديه برفق ولم يكن بعد قد لاحظ فيها شيئا يثير الدهشة أو الغرابة لكنه عندما ضمها إليه ليضع قبلته عليها اكتشف المفاجأة حيث كانت رائحة الياسمين هناك في انتظاره عالقة على جسد طفلته الملطخ بدماء الولادة وعندما قرب وجهها أكثر من مجال أشعة الشمس كانت دهشته أعظم وأعظم عندما شاهد بريق عينيها البندقيتين اللون ما بك يا عاصف؟ سألت سرابي المتعبة لا 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 شيء لا شيء هذا ما قاله شاردا وهو يدقق النظر بعمق في تفاصيل وجه الطفلة كما لو أنه جواهرجي عتيق يتفحص بالعدسة المكبرة حجرا ثمينا عثر عليه تمتم بينه وبين نفسه وهو لا يزال يحدق فيها بعدم تصديق لا يمكن أن تكون هذه مجرد مصادفة هل ابنتنا بها شيء؟ تسألت سرابي بخوف لقد بدأت تقلقني وقد استجاب الرب لدعائي تمتم لقد أعاد لي أمي حية عندما استنشق رائحة ابنته العابقة برائحة الياسمين وشاهد لون بريق عينيها البندقيتين اللون شعر بأنه يحمل أمه جمانة بين يديه وفهم أخيرا درسه الأخير وهو أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه مثل ما كانت والدته تقول ولكن في التوقيت الصحيح إنه الحقيقة الوحيدة وكل الأشياء زائف همس لقد آمن للتوي بأن الرب كان هناك منذ البداية وبأنه الذي كان طوال مغامراته يحميه ويصد عنه الأخطار ويكتب له الحياة في كل لحظة موت وشيكة من أجل أن يخبره في النهاية عن أصدق قصة عرفها التاريخ منذ وقتا طويل طويل جدا كانت السماء وما زالت وستظل دائما تجيب ثم وبينما كانت الطفلة لا تزال ساكنة بين يدي والدها إذ وقعت عيناها على والدتها المستلقية فوق السرير الملكي والغارقة في عرقها اللانهائي فانتفض جسدها الصغير اللزج مثل سمكة زينة صغيرة أخرجوها للتو من حوضها المائي زحفت سرابي على مؤخرتها بصعوبة بالغة حتى أسندت ظهرها على رأس السريب غطت بطرف لحاف عرية ثدييها الممتلئين بالحليب رفعت يديها المرتجفتين في الهواء وقالت دعني أراها ثم تسألت هل أهل هي بصحة جيدة يا عاصف؟ إنها بخير قال وهو ينحني ليضعها برفق بين يديها عندما أصبحت بين يدي والدتها مدت أصابعها الصغيرة نحو خصلة نافرة من شعرها البني الناعم وألقت عليه القبض بقوة لا تتوافر لدى طفلة في مثل عمرها ثم وبينما هي تمسك بخصلة شعرها النافرة تلك إذ جعلت تتدبر بصمت وخشوع راهبة في عينيها السودوين كما لو أنها في تلك اللحظة كانت تقرأ فيهم البداية والنهاية وعندما فرش الليل عباءته على سماء مملكة أبابيل واختبأ القمر خلف سحب الليل الرمادية المتراكمة ليأخذ غفوته هناك من غير أن يزعجه تطفل أحد قام الملك عاصف بإغلاق بوابة جناحه الملكي أطفأ الشموع والقناديل المعلقة على الحائط ثم اقترب من زوجته وطفلته الصغيرة جمالة تمدد بجوارهما فوق السرير وجعل يحكي لهما قصة من تلك القصص التي كانت والدته قديما ترويها له وحين انتهت الحكاية اقترب من ابنته بلطف وقال لها في أذنها الشيء الذي من خلاله ستعرف في السنين القادمة أن قصة ما قبل النوم انتهت وأن موعد النوم قد حان تذكري طوال عمرك يا بنيتي أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم صمت قليلا كما لو أنه يتخيلها تسأله قائلة أي دعوة يا أبي؟ فأجاب هو والسرابي في اللحظة ذاتها ومن غير تخطيط مسبق نعم أي دعوة استمعتم إلى أبا بيل تأليف أحمد آل حمدان قرأته لكم ريهام زيدان اشتركوا في القناة